أغلب الكورسي اللي انت بتاخده هي تطبيق نظري ولازم انت تطبق عمليه وتجرب حتى تشوف زكاة الأمور ماشية ولا أولا نهي نحن هنتعلم نظري وبعدها هنروح ونطبق عمليه بسم الله نبدأ كورسي شوبيفاي دروب شبنج لـ 2023 نحن ببداية سنة 2023 انا قررت من أول اسبوع الفكرة دايرة معي من شهرة 12 بالـ 2022 اليوم انا قررت ان انا اعمل كورس شامل شوبيفاي دروب شبنج من الألف الى الياء للمبتدئين بكرة كانت انه اطلع بشي جديد انه انا ركز على الاشخاص اللي عندهم رأسمال جدا جدا قليل صار قلت ليش انه انا ما ادمج هذا الكورس التعليم الشامل بتحدي مهم جدا للمبتدئين بالأخص الاشخاص اللي رأسمال قليل اللي ما بيتعدى كم 100 دولار تمام فاللي صار انه انا اعملت هذا الكورس شمولي فيه طرق مجاني فيه طرق مدفوعة الاهم بالـ 2023 بالاضافة انه انا عملت تحدي اخذنا بكل هاي التعليمات كل شي انا اعطيته تعليمات او كل شي معلومات موجودة بالكورس اخذتها وطبقتها بمتجر عملت يعني بلشت متل اي مبتدئ عادي رأسماله كتير قليل قررت انه انا بهذا الحدي اختار منتج اعمل متجر متل براند مميز واطلق هذا المتجر وعملوا تحدي الـ 24 ساعة هلا التحدي هاد احلى الشي فيه انه نحن هنستخدم تكلفة كتير قليلة لحتى نشوف هاي التكلفة القليلة قديش هتجيب النبيعات اوكي فهذا التحدي انا وانتح هنمشي فيه مع بعض بهذا الكورس هنتعلم هنشوف اهم الهكس والتراكس بـ 2023 شوية المنصات العلانية القوية هنغطي المنصات الاقوى بـ 2023 هنحكي عن كل شي بالتفصيل وبعدها هنختار المنتج وهنبدأ بالتحدي سوء هيكون الموضوع كل ياته شامل هنغوص بقلب الكورس ونتعلم خطوة خطوة من الالف الى الياء لحتى ان احنا نحسن قدر الامكان ونعمل نفس هاي النتائج اللي انا هعملها هلا انا مبدئيا ما بعف قديش انا هعمل النتائج ولكن انا بدي اعمل احسن الشي عندي يعني انا هاعمل كل شي انا حكيته بالكورس هطبقه على ارض الواقع تمام يعني هنشيل الشي من تطبيق نظري لتطبيق عملي تمام؟ هلأ خلينا نغوص فورا بالكورس الفرق بين هذا الكورس اللي نحنا هنبدأ فيه وبين الكورسات التالية اول شي هذا الكورس نحنا هنبدأ فيه باقل رأس مال وانت حتشوف قدامك وحتشوف كل التكاييف اللي هنحطها ونحاول القدم كأن نقلل بشكل كبير رأس المال لحتى نشوف قديش نحنا فينا انا كمبتدئ من الصفر قديش فيني التكلفة هذا البزنس كلي اوكي بعدها هناخد اهم الاستراتيجيات المجانية والمدفوعة للبحث عن المنتجات هنحكي بشرح كامل لاهم الاستراتيج المنصات القوية حاليا اوكي انا هاشرح عنها هاي المنصة هاي المنصة هاي المنصة هاي المنصة وطبعا هاي المنصات انا واثق من يومي انه هاي المنصات هي الاقوى حالية من 2023 هنعمل تحدي ال 24 ساعة لتحقيق المبيعات من اليوم الاول بتطبيق عملي هلأ الفكرة الموضوع انه انا حطيت حالي بتحدي معناها لما انا اضع نفسي بتحدي لازم انا اعمل احسن الشيء عندي اوكي سو هاي هتكون فرصة لألك تمشي مع شخص هو اريدي شغال بهذا البزنس نتمنى انه نجيب اكبر عدد مبيعات بالبوجيت الصغيل عنه هلأ بعدها حنظر النتائج والمبيعات والمتجر وهي الشغلات كلياتها طبعا هذا الكورس 2 بواحد اللي هو كورس شامل من الافيلياء للمبتدئين وتحدي 24 ساعة بنفس الوقت يعني احنا مثل ما انا احنا عملنا 2 بواحد بعد الكورس من اول دقيقة لاخر دقيقة مجانا محمد هل نحنا بعد ما نشوف هذا الكورس لازم نروح نضغط على لينك معي لحتى نحنا ناخد تتمة او لحتى نحنا يكون في شيء مدفوع لا اول دقيقة ما فتحت ان هادا الفيديو الى اخر لانت حتطلع من هادا الفيديو هتكون كل المعلومات اللي انا عطيتها مجانا ولا انا هاخدك لا ولا منصة ثانية ولا ايشي بغض النظر عالى المنصات المدفوعة اللي انت حر انك انك او تمشي فيها او انت تختار الطرق مجانية مثال بحس عن المنتجات في طرق مدفوع وطرق مجانية انت حر فيك تختار ما لك ما يجب انه كتتاخد طريقة مدفوعية ولكن انا اللي بدواصل لك يا انه انا بالنهاية ما حاخدك لمكان تاني او اضغط اللينك المعين لا لا هذا الكور ماذا سنفعل بهذا التحدي بالضبط بعد ما اخذنا كل المعلومات والستراتيجيز واقوى المنصات سنطلق في 2023 نبحث عن هذا المنتج الرابح سنختار هذا المنتج ونختار اي منصة اعلانية لهذا المنتج وليش ما الاسباب اللي بتخليني ان اختار هذه المنصة بدل هذه المنصة سنبني متجر احترافي لا لا نحن سنبني براند احترافي كلمة متجر قليل كثير على هذا الشيء اللي نحن نعمله لانه نحن طلعنا للناس براند ستور بشكل احترافي من الصفر انشاء فيديوهات للمنتج للاطلاق وبعدها انشاء حمل اعلانية الميزانية الميزانية للاعلان ستكون بميت دولار كل شيء قبل الحمل اعلاني نحن بنحاول قدر المكان ونحن ما نصرف كتير بجد علي ستكون باقل رأسماء يعني سنختار الشغلات اللي ما فيها كتير صرف اعطيك مثل الشو بي فاي فينا ناخده بس بواحد دولار لمدة 3 شهر وتبقى الحمله ستكلف ميت دولار مبدئيا ليش انا عملت هذا الكورس بهذا الوقت تحديدا وليش الكورس هذا مجاني ليش ما كان هذا الكورس مدفوع هلأ نقطة الاولى ليش انا عملت هذا الكورس بهذا الوقت لانه هو حاليا بالالفين وثلاثة وعشرين الدروب شبنج بوقت الذروة شو يعني هذا الكلام ايه يعني هلأ حاليا بالمنصات اللي انت متوافرة عندك وبخص التيك توك صار فيك انت بكل سهول انك تنجح باقل رأس مال ليش الكورس مجاني اولا ليكون مرجعية لكل شخص لايملك رأس المال للبدء يعني اي شخص كان رأس ماله ضعيف جدا هو ما بده يستثمر او ما معه اساس انه يستثمر بكورسات مدفوعة فمبدئيا انا بحط منك انه هذا الكورس القيم الموجودة فيه هي اكتر من كتير كورسز مدفوعة يمكن حديث يسأل اوكي هلالكورسات العربية انت بتقصد او الانجليش انا بقصد الكل حتى بالانجليش هذا الكورس بنافس الكورسات المعمولة باللغة الانجليزية المدفوعة النقطة التانية الاثبات ان الدروب شبنج هو البيزنس رقم واحد للمبتدئين هلا مبدئيا دائما احنا بنسمع انه لحد يبدأ الدروب شبنج الدروب شبنج هو بيزنس فاشل والدروب شبنج انا بمزعك انك تبدأ فيه وبدك خمس تالاف لتبدأ دروب شبنج وبدك ثلاث تالاف لتبدأ انا هعطيك ببساطة وانا عملت هذا الكورس قدامك وجربنا وعملنا كل شي لحتى اثبت لك انه هذا الكورس الوحيد اللي انت فيك تحتاجه لحتى انك انت تنجح من الالف الى الياء رح اغطي معك كل خطوة ولكن في نقطة جدا مهمة لازم انت تعرفها اذا انت ضيعت اي خطوة او اذا انت تخطيت اي خطوة بعتقد يعني هتكون الصورة بالنسبة لك مالة كتير واضحة لانه هذا الكورس انا وقت اللي عملته عملته هو متل عبارة عن صورة بازل البازل في قطعة صغيرة لازم تتكون من الالف الى الياء اسم نحط كل هاي القطع لحتى انت تكون معك الصورة واضحة احتمال انت تفوت اي معلومة او تضيع اي مكان فتوقع بمشكلة او اساسا بتكون فيه نصيحة قيمة جدا بقسم انت تخطيتها فالالأسف رح توقع بمشاكل لقدام هل الشغل اللي بعده لاثبات انه يوجد ربح من التجارة الالكترونية تصور لحد الان نحن اليوم بالالفين وثلاثة وعشرين لليوم هاد في ناس مقتنعة مية بمية انه انه ما فيش اسمه ربح من التجارة الالكترونية قد يكون هاي الاشخاص جربت وخسرت قد يكون هاي الاشخاص بحياته ما جربت ولكن خلاص اتثبتت الفكرة انه ما فيش اسمه ربح متجارة الالكترونية بشكل عام سواء كان سواء كان سواء كان بالامازو بكل مكان فيه ربح ولكن لازم انا لحتى انا طلع نتائج من اي شي او من اي بزنز انا بدي ابدأ فيه لازم انا اتعلمه بدون بدون مهارات اي بزنز انت هتبدأ وللأسف هيكون مصيرك هو الخسارة هلا النقطة اللي بعدها اللي اسبات انه ركز كتير ميح به هاي النقطة اسبات انه اي شخص في يبدأ بالدروب شبينك حاليا حتى لو ما كان عنده ولا خبرة ولا لغة هلأ بالنسبة للخبرة هتاخد من هذا الكورس اما اللغة فانا بنصحك انك انت اذا كنت صفر باللغة الانجليزية حاول انك ولو تتعلم شوي ولو النقاط البدائية يعني حيث انك انت بس تعرف اساسا شو بتعني هاي الكلمة شو بتعني هاي الكلمة لانه بالنهاية هذا البزنز هو اللي هيكمل معك لقدام فبدون هاي الخبرة اه وبدون هاي اللغة البسيطة جدا للأسف ما فيك انك تكمل فانا بنصحك ان يكون عندك ولو لغة بسيطة جدا بالنسبة للغة الانجليزية لحتى انت تقدر ما حقلك انك تخلص حالك لحتى انت بالبداية تبدأ تدير بزنز تبعك بكل سهولة حتى لو حسيت انه في اماكن انت ما لك فاهم ففيك انت ترجم فيك انت تبحاول فيك انت تعمل اي شيء ولكن انك انت تقعد وتقول لا خلاص انا بما انا ما معي اللغة الانجليزية انا ما خلاص انا هذا البزنز من بالوالي بحب طبنك اي بزنز انت هتبدأ وبالديجرة كترونية لازم انت على الاقل لتكون اللغة الانجليزية تبعك حتى لو كانت ركيكة ولكن لازم تكون موجودة تمام لازم لتكون موجودة الخبرة هالنقطة جدا مهو خيني ارجع الخبرة اذا انت خلصت هذا الكورس من البداية للنهاية اوكي انت عرفت بالزبط انا عن شو عم احكي بس لحتى انا اتعلم وحتى انا اتقن اي شيء لازم كرر لازم كرر بشكل دائم لذلك انا انا بقول لك انه تابع هذا الكورس على عدة مراحل انا بديك انك او فيك انت تتابعه مرة مرتين ثلاثة عدة اوقات او انت فيك تاخد قسم ترجع تعيده اه تخلي يوم تاني قسم بعده ترجع تعيده ولكن حاول قد الممكن انك انت تكرر لحتى انت تترسخ المعلومة بزهنك بدون تكرار المعلومة ستطير فورا يعني اوكي انت فهمت ولكن بعد شوي بتحس حالك ان اوكي يعني لسه في مكان او لسه انا ما فهمت فلما انت تعيد مرة تانية شو بيصيرهم يعني خلاص انت وصلت للفكرة اول مرة ولكن انت شبعت هاي الفكرة بالمرة التانية لما انت كررتها تمام النقطة الاخيرة لا تتخطأ اي قسم لان المعلومات موصولك لا تابع ببعض ما انا حكيت هي عبارة عن بزل وهي البزل اي شي حينقصه للاصف اذا انت ضيعت اي قسم يعني حتكون في حلقة مفقودة بالنسبة لك 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 انا اليوم اذا بتتعلم بزنز جديد لازم انا كون واسق مية بالمية انه انا حابب انو انا اتعلم هذا البزنز فان انت كنت شخص ملول انت كنت شخص ما لك خلق انك تتعلم ان انت شخص او يوو هذا الكورس طويل انا ما بدي ضيع وقت اذا وقتك سمين اكتر من هذا الكورس انا بنظرك انك ما تتابعه فورا مبتدئ م��طل لانه ببساطة هتكمل انت الكورس وانت زهقان وانت مالل وانت مالك حابب انك تكمل هلا في كتير ناس عندهم فكرة انه اوكي بما انه هو عمل هذا الكورس مجاني فاكيد ما فيه قيمة ابدا لانه الناس دائما بتحب تعتبر انه كل شي بيشتروا بمصاري او بيدفعوا حقه فهذا الشي هيكون قيم كتير ولكن للأسف فيه ناس كتير بالمقابل انا بحب وبنهلك وانا كنت واحدة دولناس وانا تعلمت حتى من المحتوى المجاني لمحتوى مجاني سواء كان بقناتي اكتر من مئة وعشرين فيديو عن او بقنوات تانية انا بنصحك انك انا ما بقل لك تابع قناتي ما تتابع حدا تاني انا بدي ياك انك انت تاخد فكرة كاملة ولكن انت بالنهاية تقرر شو انت حابب انك انت تتابع وحابب انك تكمل اسمي لهذا الكورس انا ما حالك قديش اخد مني وقت وانا هعمل لك العاطف ولازم انت تتعاطف معي لانه انا اخد مني اكتر من اسبوع انا ببساطة اعمل لك من اخر اذا انت حاسس انك انت متحمس انك انت تكمل هذا الكورس كامله اليوم قبل بكرة او حسيت انه لا لا خلاص انا فيني احضر فيديو ثلاث دقايق او اربع دقايق فانا منصحك انك تطلع من هذا الفيديو تروح فولا تحضر فيديو ستاني ماذا يحتوي هذا الكورس بداية احنا لازم نعرف هذا الكورس شو بيحتوي وانا شو هي النقاط المهمة جدا اللي انا غطيت لك اياها وانا بنظري انت كم مبتدأ انت حتى لو ما عندك ولا مهارة بالدروب شابينج انا بنظري كل شي انا عملته وكل شي انا خليته وكل شي انا وسقته بهذا الكورس انت بحاجة لاله هو البيزنز اللي افضل من كل البيزنز الموجودة تانية اوكي هل ممكن تسمع قنوات تاني يقول لك لا في بيزنز احسن من الدروب شينج في هذا احسن في هذا احسن في هذا احسن انت بنسبة لك اذا انت حسيت اوكي انا حابة تعلم من محمد او من شخص تاني كمان يحكي عن دروب شوفينج انا بنصحك ان كنت تعمل هيك اذا انت حسيت انه بدروب شوفينج او لا لك انا بدي تعلم بنفسي بزنز تاني فكمان فيك انت تعمل هي الخطوة وفيك تبليش فورا النقطة الاولى اللي سنغطية هي معايير المنتج الرابح معايير المنتج الرابح كتير مهم لحتى انت تعرف اساسا ليش انت بدأك تبع هذا المونتج بحبيه اله خطوات قوية جدا ورائعة بالتولز اللي نحن حنستخدمها بشكل مجاني تطلع عنا منتجات كتير رائعة بالمحتوى المجاني بالطرق المجانية عفون ولكن مكشور انك انت تتعلم حرفيا بالخص ازا انت ما كان معك رأسمان يعني انا اليوم ما معي رأسمان لحتى لحتى انا اخذ تولز مدفوعة تبحثني عن المنتجات لازم انا اتقن حرفيا هي الطرق والتولز اللي انا في توصلني لمنتج الرابح بشكل مجاني النقطة اللي بعدها اللي حنحكي فيها عن افضل الطرق للبحث عن المنتجات بطرق مدفوعة هلا في كتير طرق مدفوعة فيك انت تجربة ولكن انا من خلال تجربتي وخبرتي بهذا المجال وبما اني انا جربت اكتر من تسعين بالمية من التولز المدفوعة الموجودة به بالدريب شبنك فانا توصلت لقوى الادوات لحتى انت تبحث فيها عن منتجات طبعا انت لازم تابع القناة اللي بتعرف انه انا دائما حريص على اني طلع احسن التولز لاني التولز انا ها اعطيكيها بهذا الكورس هي رقم واحد بالدريب شبنك لحتى انت تلاقي منتجات هلا تقولي محمد ليش في طرق مدفوعة وفي طرق مجاني وليش انا لازم اساسا اشتري هاي تول المدفوعة ببساطة لانه هي هتوفر عليك وقف وجهد وحتى فلوس لبداية هنحكي عن استراتيجية للبحث عن منتجات الفيسبوك متل ما بنعرف نحن الفيسبوك هي منصة ضخمة جدا وفيها منتجات قوية جدا بسوء كان او كان بشكل عام فنحن لازم نغطي منتجات الفيسبوك ونتعلم كيف فينا نحن نلاقيها هنتعلم اقوى استراتيجية للبحث عن منتجات عن طريق الامازون يا جماعة الامازون فيه تولز رهيبة جدا رهيبة لدرجة انه ما تتصوح انه هاي انه هاي التولز مجانية تمام فاتي ما تتخيل انك انت تلاقي منتج بشكل مجاني من الامازون وهذا المنتج اعمل نقل نوعية كبيرة بالنسبة للمسيرة تبعك بعدها هنتعلم عن البحث عن منتجات عن طريق التيك توك وبعدها هنتعلم عن اقوى اداة للبحث عن منتجات تيك توك فقط وبعدها هنتعلم عن اداة البحث بعدها هناخد اقوى اداة للبحث عن المنتجات بشكل شامل كيف محمد شامل عن طريق سناب شات عن طريق بنترست عن طريق المؤثرين عن طريق تيك توك والفيسبوك. هنغطي كل هاي الشغلات بادات واحدة. وهي الادات الاقوى حاليا من موجودة. تمام? بعدها هنختار هذا المنتج الرابح. بناء ان احنا على الاستراتيجيز اللي احنا عملناها وعلى البحث اللي نحنا عملناه. فلزلك انا بدي اياك انها كده تكون معي خطة يعني خطوة بخطوة. ليه كلا لك شالا? بدي اياك تعتبر ان انت هلأ برحلة. انت هلأ ماشي مع شخص. وهذا الشخص هو دايل بزنس اعتبر حالك انت شريكه او اعتبر حالك انت من التيم تبعه. يعني اعتبر انا وانت حاليا عم نشتغل بتيم واحد. اوكي? وانا عم اعمل كل هاي الشغلات قدامك وانت موجود معي بهذا التيم. وعم نبحث عن منتجات. وبعد لقينا هذا المنتج. وعرفنا كيف نسوق له وكيف نعمل له اعلانات وكيف نطلقه. وكيف هنختار المنصة. فالموضوع هيكون مشجع كتير بالنسبة لك لانك انت هتخوض هاي التجربة. تمام? بعدها نحن نفيد اختيار اسم احترافي للمتجر. للاسف في كتير مبتدئين وحتى في كتير ناس ما بادئين من وقت آآ متوسط وطويل. عندهم مشكلة واغلب المتاجر طبعا اسماء جدا سيئة وجدا رديئة. يعني لحتى لدرجة انك تحس انه يعني بتقعد تقول انه معقول هذا اسم متجر. فنحنا كمان هنغطي هاي الشغلة. وحنختار اسم. وحتتعلم انت من الاسم اللي نحن نختاره للمتجر. هتعرف كيف آلية اختيار الاسم. وكيف نحنا بالاساس قادرين ان نحنا نلاقي اسم يكون احترافي للمتجر. لانه الاسم بشكل عامل كتير خطير ومهم بالنسبة للمتجرك. بدي اياك كتير. بدي اياك ما يعني هذا الشي ما تاخده كتير بعين الاعتبار. اللي هو الاسم الاحترافي. بعدها كيف نختار المنصة الافضل لمنتج. يعني انا كيف اعرف اي منصة المنصة اقوى لمنتجي. تمام? وبعدها هنختار الوال متجر. هنعمل لوغو سوبر احترافي مجان. لك انا مات لك احترافي. يمكن احترافي حتكون طريقة عادية وبيزيك. تمام? ولكن احنا هنعمل شي سوبر احترافي وبشكل مجاني. تمام? بعدها هنختار اقوى ثيم احترافية لمتجري مجانا. هلا. في لغض كتير كبير بهذا الوضوع. في ناس خلاص واصلين لمرحلة انه اوكي. انا بالنسبة للي. انا بما انه عندي ثيم احترافية وانا شارية 200-300 دولار او حتى 100 دولار. خلاص انا بما انه صار عندي الثيم احترافي انا اي منتج بحطه انا اكيد حبيعه فورا. لان الشخص بس فات وشاف الثيم احترافي حيشتري. وانا بحب اشرك انه هاي المعلومة خاطئة مية بالمية. لاني انا هلأ راح ابني متجر بمنتج بثيم احترافي ولكن مجانا. اوكي? فنحنا راح نبني براند كامل بشكل احترافي بتكلفة صفر. تخيل معي. نحنا راح نبني هاد المتجر بصفر دولار. طبعا بغض النظر عن سعر. انا ممكن حد يقول اوكي محمد ولك انت اشتريت الدومين بغض النظر عن سعر الدومين. لانه انت بدون دومين ما فيك انت تبدأ بالبزنس كلياته. تمام? فنحنا هنشتري الدومين هو تقريبا من حوالي من عشر الى اه اربعة عشر دولار. فنحنا بكل احوال هنشتري الدومين تمام? هلا. بعدها هناخد اقوة استراتيجية اعلانات على الفيسبوك. اقوة استراتيجية اعلانات للتيك توك. طبعا هدا كله للمبتدئين. والفكرة من الاستراتيجية انك انت تطلع مبيعات. اي متاح تطلع مبيعات من اليوم الاول تمام? من اليوم الاول قايز ركزوا معي. نحنا هون ما جاي نضيع وقت نحنا جاي نطلع مبيعات من اليوم الاول تمام? ما هناخد استراتيجيز قديمة استراتيجيز اساسا هي ماء الا طعمي اساسا او استراتيجية احتمالة كلفك الف دولار وانت اطلع صفر دولار لا انا بدي اياك انك انت بهذا الكورس تبدأ باقر رأس مال وتطلع نتائج من اليوم الاول وانا مسؤول عن كلامي اوكي طبعا انت لازم تطبق حرفيا اوكي اذا انت ما طبقت حرفيا للاسف حيضيع تعبك كله على الفاضي هلا بعدها رح نتعلم التسويق عبر المؤثرين واهم الاسرار وكيفين انا نلاقي هذول اشخاص كيفيني انا اتواصل معهم وكيف في اساس ان هن يردوا عليه اوكي طبعا احنا كلاتنا نعرف هلا للاسف اه الكل تسعين بالمية بيعاني من انه ما حدا عم يرد عليه كتير بيبعتوا ولا ميت شخص ميتين مؤثر ثلاث بيت مؤثر صفر ما حدا بيرد عليك ابدا فانا رح علمك اليوم كيف هذول الناس يردوا عليك وكيف هذول الناس المشاهير يتواصلوا معك ويعملوا معك ديل وتحقق نتائج بكل سهولة تمام ليش لانه هن هيتنا متعامله مع tecnología مع متجرة وبشرك بعدها هنتعلم عن التسويق عبر المحتوى المجاني وانا كمان هذه هاي هذا هغطي ولكن هغطي الستراتيجي ليماشي بالالفين وتلاتة وعشرين ما هجبلك سراتيجي من الفين وستلاش الفين وستلاش الفين وَلفيان وطمرأث �ativa VIII لا اتوجب لك استراتيجيه رقم واحد ح بعدها سنتعلم كيف نحن ننشؤ فيديوهات احترافية لمنتجي على تيك توك وفيسبوك هون في كتير ناس بتضيع للأسف أغلب الناس يعني بيحتاروا كيف أنا بدي أعمل فيديو للمنتجات تبعي كيف أنا بدي أعمل فيديوهات للإعلانات كيف أنا بدي أكون فيديو تبع الإعلان تبعي وعلى العلم تصور يعني الفيديو اللي هيشوفه الشخص اللي عم يقلب بالفيسبوك أو بالتيك توك أو بالسناب شات بأي مكان فالإعلان تبعك أو هيجدبه وخليه يروح ويضغط شبنا ويروح ويشوف المتجر أو يشتري أو لا أو هيعمل ما هيهتم أبدا حتى لو كنت أنت عم تبعي أحسن منتج بالعالم تمام؟ الفيديو هو أول شي بيشوفه العميل المحتمل لمنتجك تمام؟ نحن هنختصر ونعمل فيديو احترافية للتيك توك والفيسبوك هلأ النقطة اللي هنغطيها بعدها هي الوكيل بالصين الاجنت شو يعني محمد ايجنت؟ الاجنت هو عبارة عن شخص موجود بالصين هو نقطة الوصل بينك وبين المعامل الموجودة بالصين شغلة هذا الشخص أنه ينقي لك البرودكت تبعك ويعطيك أحسن جودة ويعطيك أحسن سعر وأحسن فترة شحن وبالمستقبل سيغطي لك في حال انت بلشت واستمرت فيك انت تستخدم الويرهاوس تبعه فيك انت تعمل لوجو كوستومايز باكيجين كل هاي الشغلات مجرى ما يكون عندك هذا الشخص فببساطة انت ستنحل كل مشاكل السورسينج والفلمنت وهي القصص كلها كل شي بيتعلق بالصين هذا الشغل هو اللي حيحلك المشاكل كلها هلأ بعدها منجي لتحليل المبيعات اللي نحنا حققناها من اليوم الأول تمام؟ وكيف نحنا حققنا هاي المبيعات حنعمل التحليلات كلها وقديش صرفنا وقديش كلفنا وكيف نحنا عملنا هاي الشغلات وبالنهاية وهذا القسم انا بالنسبة لي كل شي نحنا انت شفته هذا من قبل هاد المايند سيت التفكير تبعك هو اهم من كل شي نحنا حكينا من قبل بدون التفكير وطريقة التفكير اللي انت عم تفكر فيها للأسف انت هتخطئ بأغلب المجالات الموجودة هون لانه ببساطة اي بزنس موجود حول العالم اذا ما كان فيه طريقة تفكير معينة تمام؟ للأسف هتكون على الاغلب النهاية الفشل اوكي من يجيب انت محمد هذا الكلام بك ما بده تفكير يعني فيك انت هلأ تفوت وتشوف انه اغلب الشركات الناشئة تسعين بالمئة منها بتفشل لانه الاشخاص اللي بدأوا احتمال يكون معهم رأس مال قوي احتمال يكون معهم استراتيجي قوية احتمال يكون عندهم مهارات ولكن بينقصون عامل الاهم اللي هو طريقة التفكير اوكي المايندسيت فانا راح علمك بهذا الكورس المايندسيت كيف انت فيك تعمل مايندسيت قوي لانه لحتى انت تبدأ الدروب شيفينج والتجارة الاكترونية بشكل عام لازم تكون عندك طريقة تفكير معينة اوكي طريقة تفكير المحارب يعني اذا انا بدي فكر بشكل عادي فتكون نتائج عادية ولكن اذا انا كان عندي مايندسيت قوي راح اعمل نتائج اكتر بكتير من كتير ناس موجودين حوالي فانا بدي اياك اتابع هذا القسم بكل دقة لحتى انت تتعلم كيف تعمل او تبني مايندسيت قوي بطلب منك انك تشارك هذا المحتوى على جميع المنصات ليش لحتى انت تساعد شخص ثاني لاحتمال انه هذا الكورس هيكون بالنسبة له هو مثل انت هدية حتهدية لحتى ان احنا نوصل لهدول الناس نحنا منشارك هذا الكورس على الواتس اب وعلى غروبات التليجرام وغروبات الفيسبوك لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن لمن؟ للشخص اللي ما معه رأس مال للشخص اللي رأس ماله قليل انت اخذت قيمة من هون اوكي لا تبخل على شخص ثاني انا ما بخلت بولا معلومة حطيت اي دو ماي بست اوكي انا عملت احسن شي عندي لحتى اني انا اوصل بكورس انت فيك تبدأ فيه باقل رأس مال انا فيني اعملك كورس بكلفة خمس تلاف دولار اوكي وبدو رأس مال للخمس تلاف دولار ولكن انا اصريت وعملت كل شي من الالف الى الياء باقل رأس مال لحتى انت كمبتدأ قاعد بي يمكن انت ما عندك شغل يمكن انت عم تشتغل وبدك تطلع مثلا ويكون عندك بزنز مع جلن بيطلع لك رقم محدد كل شهر فانت اللي بديه منك لك السوق كتير كبير تمام لا تبخل على حد لا تقول لا انا حصلت على هذا الكورس لازم ما حدا يعرفه غيري ليش لا لك شغل لو كان تفكير الناس هيك كان اغلب الناس ما طالعوا وعملوا محتوى مجاني ما طالعوا وعملوا محتوى مدفوع وبخلوا على كل الناس وكل حدا خلى الاستراتيجية لواحده فلذلك للك شغلة السوق بيسعى لجميع شباب وصبايا للكل في اي شخص يبدأ فيه لا تبخل على شخص تاني هو بحاجة معلومة يمكن يروح يتدين أو ياخد قرض لحتى يروح يشتري كورس بثلاث تلاف واربع تلاف دولار فببساطة هل ثلاث اربع تلاف فيه هو يستثمرن بالمتجر تبعه يستثمرن بالبزنز تبعه يستثمرن بالدربشيفين بشكل عام لك مع تبخل على حدا سأتمنى اتتفاعل sigue تم اضgam delayed لك прис scalp الناس تسبب اتتفاعل مع ning تنشر هذا الفيديو كما تعلم عن Harmonic ساقوم alright فقط اتفاعل مع الفيديو باللائك ولكمين لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس اكتب لي بالتعليقات انت شو المساعد بيدك مثلا انت حضرت قسم ولكن حسيت انه انت ما فهمت اول شغلة بتعملها شوف القسم مرة ثانية احتمال انت اول مرة ما وصلت لك الفكر مرة ثانية احتمال فورا وصلت لك من حالة المشكلة ولكن اذا انت تخطيت مرحلة وقلت لا في شي انا نقصني وانا ما عرف كيف توب كل شي انت حاب ان كنت تعرف عنه بالتعليقات بالاضافة اكتب لي كمان من اي بلد انت انا سعيد جدا انه بالوطن العربي وبيوروب وبيامريكا وباستراليا بكل مكان عم يتابعوا القناة انا ساعاتي لا توصف انا ما كنت تعرف بيوم الايام انه قناتي حتوصل لاغلب الدول العربية والاجنبية فانا مبسوط انه الفيديوز والصوتي عم يوصل لكل الناس اللي مبادئين جديد سواء كانوا باي دولي فانت اكتب لي من اي بلد وانا كتير بشرفني انك انت عم تتابعني بالبلد انت عم تتابعهم من البلد اللي انت موجود فيه حاليا فيه كتير ناس بيبعتولي على انستغرام من الطلاب ومن الناس اللي بتابعو القناة بلشوا والتابعوا الاستراتيجيات الموجودة بالقناة وعملوا نتائج وبعتولي على انستغرام انا الان BET حمسني لالي انا ماتحمس اولا انا دائما بتحمس فيكوا انتوا ولكن بديك انت اللي عملت نتائج تحمس ناس تانين انهم بدهم يبدأوا تمام حمسهم حتى اذا انت كان لك تجربة سيئة كمان اكتبها ما في اي مشكلة لحتى الناس تتعلم الفكرة من الكومنتس هي موجودة تحت لحتى الناس تسأل اسئلة ويجاوبوا بعضهم ويساعدوا بعضهم فانت اعتبر الكومنتس تحت موجودة اذا انت كنت عندك عالي ساعد الناس اللي عم تسأل اذا انت كنت جديد وما لك عارف او في نقطة ما في متى اسأل اوكي اذا انت عامل نتائج كمان اكتبها وخلي ناس تبارك لك وخلي ناس تسألك كيف انت عملت هيك ومن انت من اي بلاد لحتى تقدر ان يكون في هذا التواصل بيناتكم صدقني حتى لو بدأت انت لواحدك اليوم ولكن بالطريق لازم انت يكون في معك ناس تانين على الاقل اللي حمسوك لحتى انت تكمل فمك شور انك انت تعمل لايك وتعمل كومنتس وتشارك هذا المحتوى مع الناس بالنهاية طبعا انا عملته مثل تحدي اوكي مثل تحدي هذا كورس وفيه تحدي بنفس الوقت تارجت معين اذا انا وصلت له حعطي هدية واذا ما وصلت له حعطي هدية اكبر اوكي فبالحالتين في شخص هياخد هدية قيمة جدا طبعا لقدام انا هحكي بالضبط عن هذا التحدي وعن هاي التحدي وعن هاي التشالنج اوكي محمد هلا نجي على شروط التحدي هلا بما ان هو تحدي لحتى ما يكون انه انا خلاص انا بس بدي اعمل تحدي وامشي فيه لا انا بدي شي حفزني اكتر وحفزك انت لحتى تتابع الشي نحنا هنعمله بما انه تحدي لازم نكون فيه الحماس عالي الآن نحن اننا لرفع هذا الحماس قررت انه اذا وصلت لعشر مبيعات بهذا التحدي راه اعطي استشارة مجانية للرابح واحد لمدة ساعة ولكن اذا انا موصلت لعشر مبيعات بهي اليوم الاول فانا اعطي استشاره لمدة ساعة لكل شخص بثلاث رابحين فهل التحدي ها هيكون هل انا ساحقق 10 مبيعات بهيوم واحد او لا شروط التحدي كثير سهلة اذا انت حابث تشارك بهذا التحدي لحتى التكن احد الرابحين ببساطة فيك انت تعمل لايك وشير وكومنت وسبسكرايب يعني موضوع كتير بسيط بداية بدنا نقارن الدروب شيفينج مع البزنز الثانين هلا اذا احنا بدنا نحسب انت كشخص هلا عم تتابع هاي القناة انت هلا مهتم بالدروب شيفينج اوكي فبما انك انت شخص مهتم بالدروب شيفينج بشكل كبير فطبيعي جدا انك انت تكون سامع عن شي اسمه الامازون اف بي اي لانه الدروب شيفينج والامازون اف بي اي يعني كتير متعلقين بعض اعطيك مسال في كتير ناس اشتغلوا بالامازون اف بي اي وبعدها اشتغلوا بالدروب شيفينج او فيه ناس يشتغلوا بالمالازون اف بي اي وفشلوا وبعدها انتقلوا للدروب شيفينج وانا انت واحد من هاي الامثلة لانا بالبدايات بلشت بالامازون اف بي اي فشلت وانتقلت للدروب شيفينج فاحتماستكم انت generosity وانت من قبل شowski الب cowpal out اكتبbenบ dir leis cc اذا انت شغال بالامازون وزواجهتك مشاكل وهل انت تركت الامازون او لا هلا بداية انا حقارنه بس بالامازون حقارنه بالعملات الرقامية وحقارنه بالأفليت لانه المجالات تعتبر شوي بعيدة عنها ويمكن يمكن حد يكتب التعليقات اوكي محمد انت انصحنا بالدروب شبين او الافليت او الكريبتو بالدروب شبين لانه هذا يعني بالنسبة لك هذا البزنس هو انت ببساطة موضوعك بسيط رأسمالك بسيط نسبة امورك بسيطة ونسبة نجاحك عالية انت نغ tutoring هلطان result اول شي بالنسبة لامازون رأس مالاتك او سيكون انقص من 1000 وun سيكون اكثر من 1000 ولكن المتعارف عليكم ولكن بالأمازون بالنسبة لي خمس تلاف او تحت شوية او اكتر شوية ولكن احطينا ثلاث تلاف لانه في منتجات سعر اقل من نص دولار احتمال الاشخاص جيبوها ويعملوا ستوك ويبدأوا شوية على الامازون ولكن كبداية ثلاث تلاف دولار يعني انت تبدأ بالأمازون ثاني شغلة انه انت تدير متجرك بنفسك وانت اللي تضع القوانين بتعمل برايفيزي بوليسي ريفان بوليسي انا بدي اربط عشر يوم ريترن انا بدي تلاتين يوم ريترن انا بدي قرانتي تلاتين يوم بدي قرانتي ستين يوم تسعين يوم انا انا المسيطر هون على الوضع كله براند كلياته ماشي تحت تصرفي انا انا بحط قديش مدة شحن وانا بحط سياسات كلياته وانا بشرح وبحط وكل شي اي عميل يدخل لمتجرك واشترى منتجك هو مجبر انه يتبع القوانين اللي انت حاطة بمتجرك تمام اتفقنا اتفقنا اما هون بالنسبة للامازون دائما بشكل يومي يبعتوا لك تحديثات يبعتوا لك تغييرات بالبوليسيس تبعهم بيبعتوا لك انك انك لا تعمل هيك لا تستعمل هيك او الليستنج اعدل اسم الليستنج في كلمة لازم انت ما تحط تمام فانت هون يعني المسيطر هو الامازون وانت تحت اشراف الامازون يعني انت انا بوصل لك مثل انت كأنك موظف عند الامازون تمام انا حرفيا وقتلي كنت اشتغل مع الامازون تحس حالي كأنه موظف عند الامازون تعمل هيك تعمل هيك تمام فهون ما في حدا هيك تعمل هيك تعمل هيك بينما بالامازون عميل واحد عميل اثنين عميل ثلاثة فدائما سيبعتوا لك ايميل دائما في كل يوم تفتح الامازون تلاقي بالداش بورت فيه تحديثات وبدأك تقرأت تحديثات ما اليه ذلك هلأ هون الشغلة مهمة انك انت بتشحى من الصين من ستة لاثناشر يوم تمام او من ستة لعشرين يوم مثال حسب الدول انت حت ترسلها بينما بالامازون بشحانه من واحد لثلاثة ايام وهي طبعا هي تحتسب اكيد للامازون وهذا الشي بالفعل شي رائع جدا انه الزبائن بتوصل الوردر بشكل سريع جدا تمام هلأ هون انت بتدفع بتدفع الشحن فقط بالنسبة للك انت وقت تشتريت الزبون طلب انت حتروح تطلب هذا المنتج اذا انت عم تشتغل على اكس بريز احتمالكم متضمن سعر الشحن واذا انت عم تشتغل بموقع تاني احتمالكم مثلا سعر المنتج كذا وسعر الشحن مثلا اضافة مثلا ثلاثة دولار اربع دولار او او اثنين دولار حسب تمام هلأ بينما هون انت حتدفع لامازون عملية التغليف وعملية الشحن والنسبة اللي هن هياخدوها على كل مبيعة تمام بيختلف الموضوع انت هون هتقبط مثلا انت هون بيع تبع عشرين مثلا انت حق منتجك مع الشحن خمسة حيضل لخمسة عشر بينما هون بتختلف الامور انت قريدي الستوك موجود فهن كل مبيعة حتم باع حياخدو عليها عمولة اجرة التغليف واجرة الشحن تمام هلأ بالنسبة للمنافسة بالدروب شبنك معروفة المناسبة بالدروب شبنك بين المتوسطة للضعيفة بينما على الامازون الامازون شي تاني تماما الامازون منافسة المنافسة عالي بسبب الصينيين يعني هذا الموضوع اذا انت عم تشتغل بالامازون بتعرف انت انا شو عم تحكي بالضبط ليش تصور انك انت تشتري منتج لحت تبيعه على الامازون انت شوفت منتج رابح وقررت ان ادت بيع هذا المنتج على الامازون فانت اشتريت هذا المنتج بسعر سبع دولار قررت انك انت تبيعه ب24 مثال اوكي تتصور انه الصيني تتفاجأ بعما انت جهزت ووصلت لبضاعه وقال انك تبيعه ب24 بتلاقي المنافس اول منافس جنبك عبيع نفس منتجك بسبع دولار شو يعني هذا الحاكم يعني هو اخده لسه بسعر اقل من سعرك انت من الصين وعم يبيعه بنفس السعر انت اشتريته اساسا من الصين تمام يعني هو عم بيعه بسبع دولار انت كيف هتنفسه اكيد ما هتنزل تحت السبع دولار لانه انت اساسا التكلفة عليك سبع دولار بسعر المنتج تمام ليش صار هذا الشي لانه الصينيين بين بعضهم بيعرفوا هنن بيوصلوا للسورس للمصدر بيعرفوا كيف هنن يعني يتفاوضوا بين بعضهم انه بيحكوا نفس اللغة بينما الصيني انت عم تحكي معه على علي بابا الانجليزي تبعه جدا ضعيف وخلاص هو بيعف ان انت زبور جاي لالامازون وحيعطيك سعر غالي فهي الشغلات لالامانة انا قعد فيها كمان وصار معي نفس الشي انا احكي لك من تجربتي هذا كل شي انت شايفه هو مكتوب خلال تجربتي انا تمام في شغلات تانية اكتب تحت التعليقات اذا انت شغال مع امازون او اكتب لي شرائك بين الامازون والدروب شيفينج هلأ شغلة تانية بالنسبة للدروب شيفينج ان انت بتجرب عدد منتجات بنفس الوقت اوكي خلاص انا شغلت منتج رابح يجربه وعملتجت اليوم بكرة ما لو رابح بسكر وبرجع بجيب منتج تاني وبجربه لحتى لقيت منتج رابح بينما هون انت لقيت منتج طبعا انت المسؤول اذا كان رابح ولا ولكن بكل الاحوال في حال انت ما بعت مصر عندك مبيعات انت المسؤول عن المخزون اذا ما نباع تمام شو يعني هذا الحكي يعني بداية بعد الستة شهور انت لازم تدفع اجرة المكتوب المكان ستدفع اجار المكان المحطوطة في بضاعتك سيحسبو لك بالمتر المربع قديش انت اخذ مساحة وعلى اساسه سيحاسبوك انه انت ممبع معك الستوك موجود فانحنا سندفعك عليه فانت صارتون الخسارة عندك ضرب اثنين بالاضافة لا شي مهم جدا دات العملاء وهذا انا بالنسبة لي اهم شي ومستحيل ان انا فرط فيه تمام تتوصل لاميلات العملاء اسماء ادرس تباعهم رقم تليفونهم تعملهم ايميل ماركتنج اسمائس ماركتنج تبيعه منتج ثاني ثالث وبتعملهم عروض واعلى فالريتاركتنج جدا كبير بينما من الامازون مستحيل انت فيك تشوف اصلا الايميل تبع الشخص اللي اشترى منك المنتج تمام اذا بعت لك رسالة حيبعت لك اياها الامازون مثل المسج وانت حضرت عليها ولكن حينحط احتمال اسم الشخص اللي الزبون اللي اشترى منك المنتج او اللي هشترى منك المنتج ولكن اي معلومات عنه هتكون مشفرة ما هتعرف اي شي ابدا عنه هون الزبون ملزم بالدروب شابينج او بمتجرك بالشو بيفاي الزبون ملزم باتباع سياسة الخصوصية الخاصة فيك انت شو يعني هذا الحكي يعني مثلا انا حطيت سع الشحن من 6 الى 12 يوم قبل الست ايام اذا بعت لك العميل فقدت له نحن سياسة الشحن عنه من 6 الى 12 يوم تبعت له اللينك روحوا اقرأ قال لك الريتارن كذا انه المنتج فيه انكسر معي انا مثلا او انا ما حبيت المنتج فحسب انت البراج الريتارن بوليسي وكل شي انت فيك تبعت له لينكس انه اوكي حبيبي نحن هاي القوانين عنا بالمتجر طبعا مو شرط انه القوانين انت تكون اخدم مكاتر انت اللي حطيت هاي القوانين هو لازم يحترمه ويتتبعه تمام لانه هو قبل ما يشتري المنتج كان لازم يدخل ويقره واذا ما اراه فهي المشكلة هي ما لا المشكلة تبعك هي المشكلة تبعه بينما بالنسبة لالامازون باغلب الاحيان بيكون الزبون دائما على حق يعني الامازون لازم تعرفوا رقم واحد بالنسبة لان هو الزبون وبعدها تجي احتمال تجي باخر مرتبة تمام السيلر هو اخر مرتبة لانهما يفكر انهم عندهم ملايين السيلرز على الامازون ولكن هن بهمهم بشكل يومي انه هن يزيدوا العملاء عندهم تمام فمين اللي حيكموهم بالنسبة لالامازون اكيد العميل لانه العميل ما حيتوقف بس عليك حيشتري منتج منك ومن غيرك ومن ثالث ورابع عن طريق الامازون ولكن انت اذا رحت في الف حدى بليون بيجي بدالك وبيبيع منتجات فالذلك الامازون هيحطك باخر اللي يستتبعه ما هيهتم فيك ابدا تمام هلا بهذا القسم نحنا بدنا نحكي عن شي جدا 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 مهم اللي هو المعايير والمواصفات اللي نحنا بدنا نقيم من خلال المنتج تبعنا هلا متل ما انك شايف عنا هون بالداشبورد كاتبين انه المعايير والمواصفات اللي لازم تتواجد تحصريا بمنتجك اوكي لك لك شرلي مو الفكرة انحنا نلاقي منتج نحنا عجبنا لازم نحنا نبيعه او نحنا نلاقي منتج حاليا اوكي طالع واو ولكن هو هذا المنتج ولا له اي طعمة تمام ليش يمكن فيه اشخاص معين يشتروا هذا المنتج منك انه حركتهم العاطفة وشتروا ولكن بشكل عام بديك انا انك انت تكون البزنس تبعا قائم على حل المشكلة ديك لاشغالي انت كا انت حتبدأ البزنس مبتدأ اوكي شوي تاني حصير رائد اعمال انت اسم رائد الاعمال دائما بيرربط بشي اللي هو السولفينج بروبلم دائما و تقريب Kelliك كلما بتحل مشاكل اكبر كلما انت وصلت لعملاءك وكلما انت بعت بشكل اكبر يعني هل رس خيل فكرة بزهنك بعمل ناحي LE comes the problem انا المنتج سيكون لازم يحل مشكلة مستحيل انا بيع منتج نحن المشكلة انا بيع منتج لا يحدث بأكل المشكلة ام مستحيل انا بيع منتج ما بينهن طعمة اmişان انتفقنا هاي الشغل اتفقنا هاي الشغل اصحان لا يوجد مشكلة لا يوجد مشكلة الثاني يمكنك أن تبيع منتج مطور عن منتج آخر يحل المشكلة ماذا يعني محمد الكرم ؟ أعطيك مثال على السماعة أبل نزلت سماعة التي هي الـ AirBuds Pro أبل نزلت أول منتج من الـ AirBuds Pro طبعا نزلت الـ AirBuds Pro سوف نتحدث عن هذا المنتج هذا المنتج يوجد منتج خارج جدا ولكن عندما نزلت هذا آخر تحديث أول شي إذا نفتح نحن نشوف كل شيء تقريب حتى الشكل نفسه كل شيء يشبه كل شيء نفس المنتج الأساسي ولكن هذا المنتج يأتي أعطيك مثال واحد لحتى لا أضع طول المثال عن الـ AirBuds Pro هذا المنتج الذي يأتي بالـ AirBuds Pro يوجد منتج خارج جدا يوجد منتج خارج جدا لماذا؟ لحتى الـ AirBuds Pro هناك الكثير مواصفات جديدة ولكن هذه أحد المواصفات الجديدة لا يوجد أن تظهروا بنفس الشكل بنفس اللون بنفس كل شيء نفس القديم ولكن الشيء الجديد شغلات معينة إذا كنت تبيع منتج أو حابب أن تبيع منتج أول شيء يجب أن تبحث إذا كان هناك منتج مطور أكثر من هذا المنتج نفسه ولكن مطور أكثر لماذا؟ هذا سيفيدك بالتسويق حتى في حال إذا كان الناس شاهدون هذا المنتج مئات وآلاف وملايين مرات ولكن تظهروا بشيء جديد ولكن تظهروا بمشكلة أكبر ساعتها كلما كان هذا المنتج بيع أكثر كلما زادت فرصتك بالنجاح بشكل أسرع إذا كان لدينا منتج مطور على المنتج الأساسي شغلة ثانية لازم هذا المنتج يستهدف جمهور معين إذا كان المنتج يستهدف عامة الناس فصدقني ستصلوا في كل البجئة تبعك ولكن إذا كنت اخترت نيش معين ثم اخترت منتج نيش ثم اخترت منتج نيش سب نيش يعني مجال الكبير نعطي مثال بيوتي وبعدها سب نيش مثال وبعدها سب نيش بقلب السب نيش الأساسي اللي هو الأداة التي تشيل الرؤوس السوداء من الوجه حصرا فنحنا صرنا نيش الأساسي بيوتي سب نيش سكين كير ولسا نحنا جمنا منتج بقلب هذا السب نيش اخترت بشي معين اختصيت بجمهور معين صار في عندك جمهور محدد جدا مين محمد الجمهور مثال على هذا المنتج الناس اللي عم تعاني من الرؤوس السوداء الناس اللي بيعملوا كل فترة جلسات تنظيف بشرة ولكن نساتهم بيعانوا من المسام اللي بقلبه أو ساخوة الإسكليات فهذا مثال فنحنا لازم يكون المنتج بيستهدف جمهور معين هلا نجي للنقطة الرابعة اللي هي لازم يكون المنتج محدد بالإياس وباللون لك ركز معي كتير منيح هاي النقطة كتير مهمة وهي النقطة راح توفر عليك ألاف الدولارات في كتير مبتدئين وقعوا بهذا الفخ لقوا منتجات رابحة كانت رائعة جدا ولكن وقعوا بمشكلة كتير كبيرة تمام؟ هلا كبداية احتمال أنت تلاقي منتج لنفرض أنه أنت لقيت منتج وهذا المنتج كان في منه عدد قياسات تمام؟ هلا هذا المنتج كان بيع وهذا المنتج فيه فيه له ناس وفيه ناس تشتري وفيه ناس مبسوطين كتير وعم يحقق نتائج وكل شي تمام ولكن في عنا مشكلة بالسايزز هلا الكلورز احتمال تكون مشكلة كتير كبيرة ولكن الالوان لا مشكلة كتيرة ولكن اياسات لك لقيت الشغلة امريكا يوجد اياسات معينة يوكي يوجد اياسات معينة بالنسبة للأحزي والقلوسة حتى مثلا مثلا تشتري بوت نايكي فإذا ترى بقلب البوت كاتب لك اليوروب وفيه كثير مقاسات مثلا كل بلد تعتمد وحدة قياس معينة كل بلد تعتمد وحدة قياس معينة خلاص اتفقنا على هذه الشغلة ما هي المشكلة التي تسواجين محمد؟ ما هي المشكلة التي ستواجهك؟ المشكلة واكبر المشكلة ستواجهك هي الريفاوند المرتجعات المنتجات احتمال مثال لنفرض ان تشتري بالجنس انت تعرف اياسك لا نفرض ان اياسك ولنفرض ان اياسك بليوروب 32 لا نفرض ان اياسك باليوروب 30 وانت تعرف وانت قاعد بأوروبا مثلا وانت راح تشتري من محل حتى الاياسات اللي بيع هو هي اياسات أوروبية احيانا احتمال يكون الآلب ما اجي عليك تمام واحتمال كتير كبيره كمانه يكون حتى لو نفس الاياس ولكن الآلب او قالب البنطلون الجنس هذا ما اجي على اياسك فشو المشكلة هل انا المشكلة بالاياس لا المشكلة بالفورم بالالب تبع هذا البنطلون الجنس تمام وهي نفس المشاكل اللي بيعوا فيها البيجينرز حتى بيشتغلوا بالاحزية اللي بيشتغلوا بالاحزية اللي بيشتغلوا بالالبسة تي شيرتس بانتس كل شي يعني بنفس هاي المشاكل هلأ انت بعد بعد ما تصي محترف بعد ما انت تعرف كيف تتحدد الاياسات وتجيب حتى سامبلس وتقيسهم وتجربهم وتعرف كل الاياسات وكذا ما فيه اي مشكلة لماذا انت عندك بجد تشتري تجيب ما عندك اي مشكلة ولكن بالبداية انا لسه يعني رأس مالي بالحضيض تحت كثير ما له قوي ابدا وانا صعب ان انا جازب فيه فانا اول شي بعض عن الاياسات الالوان الكتير ما فيه مشكلة انك تشتغل بمنتج قد يكون في منه لون لونين ثلاثة ولكن حتى بالالوان لازم تتميز بها الشغل كيف يعني محمد يعني مثلا اعطيك مثال لنفرض انه هذا المنتج او اي منتج في منه ثلاثة الوان اول شغل انت لازم تعمله لازم انت تتواصل مع السبلير طبعك بحيث انك انت تقدر تلاقي لون رابع وكمان حتى كنت تلال لون رابع هذا احتمال اول الاحتمال الثاني انك انت ما تبيع كل في حال زي ما كان فيه لون رابع الاحتمال الثاني انك انت ما تبيع التلات الوان مجموعة مع بعض كنت اتبيع او لونين او لون او لون واحد او لونين ما تبيع كل ثلاث الوان لايش محمد مبدو بيع ثلاث الوان ما هو موجود ثلاث الوان وكل ما ذجعة بيع ثلاث الوان اذا انت بعت نفس المتجر التاني والتالذه والرابع والخامس انت الآن صرت نسخة عن هؤلاء الثاني فأنت مبدئياً ما تميزت بشي الشغل الثاني النقطة الثانية والجد المهمة اللي هي أنك أنت أظهرت وكأنه أنت عندك نفس المنتج الحرفين الموجود عندهم وفي حال العميل إذا شاف متجرك وشاف متجرهم وآخر شي تذكر أنه أو بحث ولقى بي عليكس بريس وراح وشاف نفس الثلاث ألوان فأوكي حيقلك هؤكي هون ثلاث ألوان هون ثلاث ألوان عليكس بريس ثلاث ألوان ولكن إذا كان في حتى لو نفس اللون موجود بي عليكس بريس إنت إذا كان إستهدفت لون أو لونين فشو هيصير هون سيروح الشخص يشوف أنت متجرك فيه لونين المتجر الثاني فيه ثلاث ألوان و عليكس بريس فيه ثلاث ألوان المتجر الثاني ثلاث ألوان عليكس بريس ثلاث ألوان إنت فقط لونين أهى معلات هذا المتجر احتمال يكون مائم شحن أو هو مالو دروب شبنج هذا برند نظامي فهو سيقرر ان يشتري من عندك حتى لو سعرك أغلى هذه نقطة كثير مهمة وهذا سر من أسرار الكلور بالنسبة للتجارة الإلكترونية والأخص بالمنتجات فركز كثير على الألوان وحاول انك لا تقلد الناس الثانية بالألوان خمسة قبل الأخير منتج صغير الحجم لسهولة شحن وغير قابل للكسر لألك معلومة كثير مهمة عندما تشحن منتج وزنه فوق الكيلو جهز حالك لتكاليف الشحن العالية عندك قد تدفع من البوكت ستطلع من جيبتك ودفع أجهة الشحن هذه الرقم 1 عندما قصد انك تغلي سعر المنتج لانه الشحن الثاني لانه شحن الثاني فالنسبة للخدمة سيقول لك لا أهمني غيرك عنده قد تدفع شحن الثاني انت لك لانك قد تدفع شحن الثاني مثال ما نعمل به الحالة نبعد عن المنتجات الثقيلة ونروح ندور منتجات صغيرة وخفيفة الوزن هذه نقطة كثير مهمة النقطة الثانية المهمة طبعا سهولة الشحن حتى بالنسبة للشحن تكون الأمور اسهل تمام؟ لانه لك شغل بشركات الشحن الترانسبورت وفي حالة المنتجات سيكون هناك منتجات صغيرة متوسطة تضع مكان منتجات كبيرة لا يكون هناك منتجات كبيرة فاحتمال يضطروا ان يضعوا بمكان معين لا أحد أخلاق بهذه التفاصيل دعوني منتجات صغيرة تمام؟ اتفقنا هذه الشغلة الآن غير قابل للكسر ما يعني محمد يعني مثلا احتمال انه يكون هذا المنتج انت اللي تبيعه وزجاج وهذا زجاج قابل للكسر لما نحن نشحن من الصين والمرة انا اعطيت مثال اعتقدت على انستغرام وجدت كيف كان السبلاير وعم يدور بالمنتجات فتخيل انت منتجك بين آلاف بل مئات آلاف المنتجات وانت منتجك قابل للكسر مستحيل يصل يعني اذا وصل بشكل يعني بدون اي كسر فاحتمال يكون تبعه كثير قوي وحتى مغلف في شكل كبير وصين والتغليف كثير قوي وورق مقوة وصرف كثير لا توقع انت ستحصل على هذه الخدمة كبداية نحن نعمل بها الحالة من بعد عن المنتجات القابلة للكسر كل شي نحن يتكسر نحن نقرب عليه ضيف على هذا الموضوع كمان الليكويد ماذا محمد الليكويد امرين هنا الاول شي الليكويد يعني المنتجات التي هي منتجات سائلة ستتكسر حتى لا يكون محطوظة بزجاجة ستنكسر او حتى لو كانت محطوظة بعلبة بلاستيكية احتمال هذه العلبة تكون مفتوحة تنكب خلاص وعد بمشكلة ثانية تمام بالاضافة للمنتجات الكهربائية الحساسة جدا لك ركز معي انت كمبتدئ ما لك لاقي اي مشكلة انت كبداية تحاول انا بسميها وحتى بحكي مع الطلاب لما انت تبدأ امشي جنب الحيط اوكي بصي محترف امشي فوق الحيط تمام فنحن مبتدئ نمشي جنب الحيط ليش لحتى نحن اي مشاكل انا عرفت المشاكل التي ستواجهني انا لا اقرب عليها تمام الآن الخمس اشياء نحن ذكرناهن هون انا فيني اضعهم بكفة واحدة والبتنت حتى انت كاتبنا غلط اللي هي البتنت انت البتنت بكفة ثانية تماما ماذا محمد هي البتنت ياريت تحكينا عن البتنت نحن مبتدئين لا نعرف ماذا عن البتنت او نحن نعرف البتنت ولكن لا نعرف كيف يصبح منتج البتنت اوكي تنهيدي لان انا للاسف واحدة ببداية مشواري بالبتنت بالبتنت ماذا محمد هو البتنت ببساطة هو براءة الاختراع كيف يعني براءة الاختراع انت سامحي الكلمة كثير اكيب تعرف ماذا معناتها ولكن بالبتنت الفكرة ليس فقط ان انا كشخص عندي هذا المنتج لنفرض نفس المنتج اللي حكينا عليه وانا سجلت وسجلت له براءة اختراع هذا يعني ان كل الناس تبيع هذا المنتج لا انا بس تبيع هذا المنتج انا اللي بعطي الحق لناس تانين انه يبيعوا هذا المنتج او لا بتحت تصرفي انا كيف شو معنات هذا الحكية محمد هحكي لك قصة بسيطة صغيرة انا صارت معي لما انا كنت بيع بالامازون شفت منتج رائع جدا مطور كل شيء يعني تبعت كل هاي الستيبس ولكن فاتتني اهم الشغلة اللي هي البتنت بسيطة انا بسيطة انا بسيطة الامور ستكون معك اسهل لان انت اي مشكلة ستواجهك حتى لو تسكرت صفحة المنتج انت ما عندك فانت فعليا ما لك خاصر شيء فانت بسيطة توقف الاعلانات وبس ستبحث عن المنتج ولكن هي بكل حواكي مان مشكلة بس انت لما يكون عندك واتفيق تاني يوم وتلاقي الليستة او صفحة المنتج تبعك تسكرت فتخيل انت اذا عندك بين ال 1000 و 1500 قطع المصير تبعهم حيكون او انت تشحنهم لمكان ثالث تتكلف عليهم رقم واحد او انت تعطيهم لجهة خيرية تمام وهذا انا للأسف اللي صار معي انا محكي لك هاي القصة الصغيرة اللي صار هو كالتالي انه انا بعد ما فقت ثاني يوم كان المنتج يبيع بشكل رائع تمام وحتى نعمل بطريقة احسن من الشخص اللي عمل براءة الاختراع غيرنا اللون وحوالي قدم كانوا نعمل شي حلو بس نحنا كنا يعني انا كنت ما بعف شي اسم البتلت تمام فقت بيوم الايام وانا متعود كل يوم على 25 مبيعة فانا في يوم الايام بتفاجأ انو انا صفحة المنتج تبعي ما لقيتها اوكي بحثت عن المنتج بحثت ما لقيتها دخلت على الداشبر الخاص بالامازون فالامازون قعتي لي تحزير انو المنتج تبعك احنا قفلنا الليستة وهذا المنتج ما عادي يمباع عبدا على الامازون الا في حال واحدة حطوا لي الايميل تبع الشخص اللي صاحب براءة الاختراع وانا تواصلت موعدة مراته ولكن للأسف ما كان يرد عليه طبعا هو حق هو ما يرد عليه لانه اكيد ما بده حدا شخص تاني يجي به احسن من منتجه او نفس منتجه فللأسف اضطريت ان انا اشحن البضاعة لمكان ثالث وهذا المكان ثالث تبرع فيهم اوكي لحتى ليش طبعا هذا الشيء انا عملته انا ليش ما شحنته لانه بصراحة امريكا لا يوروب هتدفع شحن هتدفع هتتوقع مشاكل كتير تاني اوكي فانا خلاص قررت ان انا اني انا اتخلص من هذا الستوك وهو موجود بامريكا اوكي انت ما عندك استوك اوكي الامور اسهل ولكن كمان انت لما تكون انت عم تبيع كل يوم عشرين خمسة وعشرين خمسين اردل باليوم من منتج تاني يوم تتفاجأ انك انت فيه وتلاقي شو بي فاي بعتلك رسائل نحنا سكرنا لك صفحة المنتج لانه انت المنتج تبعك فيه على باتنت عقوق ملكية فانت المنتج تبعك باي باي طار بالهواء كل شيء انت عملته اوكي طلعت بروفيت ولكن حتى احتمال في يووي يقاضي محاكم فانت لا تدخل بهذا الشيء انت لا تقرب علي ابدا كل شيء منتج فيه باتنت انت لا تقرب علي تمام اوكي محمد كيف انا فيني كمتدئ اعرف اذا كان هذا المنتج باتنت او لا تمام هلأ الشيء نحنا هنعمله انه لازم نعرف شيء جدا مهم اول شيء نحنا فينا نعمل انحنا في نروح الفايفر وفينا نحنا نكتب بس كلمة باتنت فحيطلعوا لك ناس ان 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 تقربوا بها وفينا نحنا نقرب بها فى البساطة تعطينا المنتج واسم المنتج ان يشوفوا اذا المنتج عليه باتنت او لا فاني بقول لك فكتبيعو او لا هى الرقم واحد الرقم التانية اذا كان هذا المنتج عم يباع مع الكل يعني اذا انت ادخلته لقيت يعني في كثير متاجع بيع من هذا المنتج فانت ان خلاص تطمر انه يعني هاي الطريقة المجانية انه هذا المنتج ما فيه اي مشاكل تمام هذو الطريقتين ولكن حتى تدفع عن طريق الفايفر ليس 10 دولار مثلا أو 15 دولار هي الخدمة ولكن انت تتطمن تعرف حالك مثلا لو انا بالبداية دافع 15 دولار لشخص اقل ان هذا المنتج باتد اكيد انا لم اتشتري 1500 دولار لحتى اخسرتهم بالامازون فهذا القسم انا كنت كثير مهم بالنسبة لي حتى انت سامع ان المنتج من قبل يحل مشكله ولكن مو غلط ابدا انك انت تسمع هاي المعلومات مرة ثاني بالاخص المعلومة الاخيرة اللي علاقة بالبتنت البتنت بنصحك اذا منتجك فيه اي او او اذا انت حسيت ان منتجك هو بتنت فبترجى منك انك انت بالفعل فورا تروح وتبحث عن الموضوع وتحل هاي المشكلة باسرع وقت ممكن في حالة كان فعلي بتنت سكر المنتج لتبع المنتج فورا سمام هلا دروب شيفينج هنبسط الفكرة للاشخاص اللي ما بيعرفوا شو هو الدروب شيفينج اساسا دروب شيفينج عبارة عن انك انت تبني ستور هدا هو الستور تبعك وفي عندك انت سبلاير بالصين طبعا انت المنتجات هي مالا موجودة عندك انت كلمة عليك انك انت تسوق لهي المنتجات بمتجرك وفي حال اجتك مبيعات عن طريق الكوستومر اللي موجود هون اذا دخل على المتجر تبعك واشترى احد منتجاتك بكل بساطة انت هتعمل شي اسمه فلفيلمنت اللي هو انك انت تدخل او لا تاخد الداتا تبع هذا العميل وترسله للسبلاير وتدفع سعر المنتج بعدها السبلاير هيشيل كل شي امفويس بالصيني كل الفواتير المكتوبة بالصيني وحيرسله دايريك دا العميل اللي دخل واشترى المنتج هلا في نقطة جدا مهمة اغلب الناس كتب تقول بكومنتات اوكي محمد طيب ليش الشخص مايروح فورا على العلي اكس بريس ويشتري المنتج او يروح على الاي باي او حتى يروح على الامازون ليش يا ترى هو هيشتري بس من عندي هاد الشي اللي نحنا هننسلط الضوء عليه اليوم وحبينلك ليش الجيرل ستور حاليا فقط الجيرل ستورز اللي كانت مبنية من ثلاثة واربعة سنين هي الشغال لانه صار عندهم سماع لانه صار في عندهم مبيعات وهنا طبعا يعتبروا المنافس طبعا هنا ينافسوا الامازون اوكي والاي باي ولكن انت حاليا اسوأ فكرة انك انت تعمله انك انت تروح وتبيع او تعمل شي اسمه جيرل ستورز لانه ببساطة العميل ما نمضطر اساسا انه يشتري من متجر فيه كل المنتجات وببساطة هو يروح بس على الامازون او على اي باي ويشتري ولكن نحنا لهون عم نحكي عن شي اسمه الاكس بريس اوكي انت كمتجر متخصص بنيتش معين واذا صبنيتش بيكون لسه افضل يعني انت اذا كنت مختص بمجال مثال البيوتي ولكن انت لسه بالسكين كير مو بالبيوتي بشكل عام ولكن لا بالسكين كير فهون انت بتاخد ثقة للعميل بشكل اكبر من الامازون من الاي باي ليش؟ لانه العميل عارف مية بالمية انه كل السيلرز او تسعين بالمية من المنتجات الموجودة بالامازون واللي موجودة بالاي باي هي جاي من السيطور يشوف المنتج تبعك وكان المنتج تبعك معمول بطريقة بشكل عام وكانت الامور كلها تمام فهيتشجع حيصير في عنده فضول انه يشتري من المتجر طبعا هون هتكون التجربة تماما عن امازون ومختلفة عن اي باي هتكون تجربة خاصة بالنسبة لهذا العميل لانه هيرجع مرة و مرتين و ثلاثة يشتري منتجات تاني واحتمال يكون منتج تبعك احتمال مثلا منتج يخلص مثلا مثل المنتجات الكريمات او مثل المنتجات اللي لازم اعادة استخدامه فهيتطر العميل يشتري مرة و مرتين و ثلاثة و عشرة هاي الفكرة اذا انت لساتك فعندك فكرة انه ليش العميل اذا هذا السؤال عم تزول بدهرك فانا حليت لك هاي المشكلة والدليل انه في كتير متاجر دروبشمينج عم تحقق الملايين بشكل سنوي من هاي العملية فالعملية ناشحة ميمي ولكن ما لا ناشحة على الطريقة التقليدي هل منيجي المرحلة الاولى اللي هي انا برأيي هي المرحلة الاهم على الاطلاق اللي هي الويننج برودكت فور دروبشمينج يعني المنتج الرابح اللي انت حتبيعه على مبدأ الدروبشمينج وعن فيه كتير ناس بتحكي انه لازم انت يكون عندك متجر احترافي وهذا المتجر انت اي شيء يكون بوجود فيه كلها الناس حتشلق انه احترافي وفيه ناس بتقولك اوكي لا التسويق بيلعب كتير دور وانا معهم مية بالمية ولكن الاهم انا كمبتدئ بالنسبة لي الرقم واحد هو المنتج الرابح هلأ فيه ناس تقولك اوكي انا هلأ جب لي اي منتج انا فين يبيعه انت هلأ نحن صرنا بمرحلة الاحترافية نحن ما هنحكي على دول الناس نحن وابتدئين نحن هلأ بادئين من الصفر اوكي يعني انا بادي هلأ من تحت الصفر ما انا عارف اساسا كيف بدي ابدأ و بدي ابدأ بطريقة صحيحة قبل ما نبدأ ونبحث عن المنتج الرابح الشي لازم تعرفوا انه انا مراهن على نفسي انه انا عملتلك كورس بحيس انك انت تبدأ باقل رأسمال يعني في ناس حتى لو معهم ميت دولار رح يقدروا انه هن يبدأوا بهذا البزنس والاضافة للناس اللي حتى هن محتارين وما نعرفين شو هو الرأس المال فانا بالنسبة لي انا برجح انك انك انت تبدأ من الخمسمية لالالف ولكن اذا انت تعلمت وشفت هذا الكورس بشكل صح انت فيك تبدأ بمبلغ اقل اوكي فيك تبدأ بمبلغ اقل اذا تعلمت الستراتيجيز انا هحكي هلأ عن استراتيجيات مدفوعة هحكي عن استراتيجيات مجانية وبتمنى منك انك انك انت تدقق بالستراتيجيتين المدفوعة والمجانية لانه في حالة عندك تبادي ورأسمال كتير قليل وبدأت بالخطة المجانية انت اكيد ما هتقدر تستمر لازم كمان يكون في عندك خطة مدفوعة فاللي هنعمله هلأ هنعمل استراتيجيتين مدفوعة ومجانية بكل المراحل نقطة جدا مهمة انا لازم احكي عنها الناس اللي بتسأل انه انا ببلد محظور فيه بوابات الدفع انا اغلب البلدان العربية للأسف بوابات الدفع فيها محظورة اذا انت ببلد محظور اوكي او انت ببلد ما في بوابات الدفع قدامك طريقين ما في طريق ثالث ده بناء على كل الطلاب الموجودين عندي اللي مروا بنفس الظروف ولاقوا الحلول اذا انت كنت ببلد محظورة في بوابات الدفع اسهل واسرع طريق حتى انت تبدأ انك انت يكون لك حدا بيعايش بالدول الاوروبية يسهل لك هاي المواضيع كل هاته وتنتقل وتبدأ بكل سهولة النقطة الثاني الطريق الثاني اللي انت فيك تبدأ فيه عن طريق شركة بريطانية انا حكيت بالكورس القديم اذا حابب ترجع للكورس القديم انا حكيت بالتفصيل ما تغيرت انا ما ارجع عيده هون لانه ببساطة الاستراتيجي هي نفسه بكل بساطة انت بتروح على موقع اسمه First Information وتفتح شركة بريطانية ما تكلفك اقل من 100 دولار تمام الموضوع اقل حتى بعد ادخل 50 دولار فيك انت تعمل هاي الشركة وببساطة فيك انت عن طريقة تعمل Stripe ولكن ميك شور ال VPN جدا مهم بالنسبة لك وانا حكي حتى كمان بالنسبة للتسويق ال VPN ما تفتح Stripe وما يكون عندك VPN هي نقطة واحد رقم واحد النقطة الثانية اياك ثم اياك ثم اياك ثم اياك ثم اياك لحتى انت تتجنب الاغلاق سواء كان من من Stripe سواء كان من PayPal انك انت تخبره انك انت عم تشتغل بنظام تمام بكل بساطة انت عم تشتغل تمام تجارة الكترونية انت عم تبيع مونتجات هاي المونتجات انه بمجرد ما يعرف انك انت عم تشتغل بنظام حساب درب شيفينج حيتقفل الحساب تبعك بيوم واحد فقط بأسرع من البرق انا مريت بهذه التجربة وفي كتير الناس مروا بهذه التجربة فانا ببساطة ما بديك انت توقع بنفس هذا الخطأ مكشور انك انت ما تخبر ال Stripe ان انت عم تشتغل بالدرب شيفينج ما تخبر ال PayPal بمجرد ما يعرف انك انت عم تشتغل بهذا النظام رح يوقف ال PayPal تبعك فهم ولكن هلأ في كتير الناس عم يعانوا من انه لا يستطيع ان يفتحوا حساب PayPal وما عم تزبط معهم الفكرة بكل بساطة اذا انت كنت بالبدايات انا بنصحك انك انت تتخلى عن PayPal يعني اعطيك مثال فيك انت تبدأ بدون PayPal ولكن بمجرد ما انت تبدأ مكشور يعني كون انت اكون اكيد انه المتجر تبعك فيه عرض قوي جدا فيه منتج قوي جدا يعني العميل اللي حيدخل خلاص ستصير غمامد حتى هو كان بقرر يدفع بالPayPal ولكن من شدة اعجابه بالعرض سيشتري فورم بالPayPal فيه كتير ناس بتعمل هيك تمام لازم تعرفوا انه 70% من الناس او اكتر من 70% حوالي 75% يدفعوا بالPayPal وحوالي 25% ل3% يدفعوا بالPayPal يعني خلينا نقول PayPal شوي 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 الناس بلشت تكرهه حاليا الPayPal عم يفرض كتير اوامر جديدة سواء كان على البائع ولا على المشتري اوكي فالناس بلشت تطلع من الPayPal اوكي ولكن كمان انت ببلد عربي يعني انا بنصحك انك بس تبدأ بالVisa Card ماستر كارد هاي الاصص كلياته تمام؟ هلأ اول شي نحنا لازم نعقوله نحنا نبحث عن الWinning Product هلأ الWinning Product هي اهم خطوة على الاطلاق انت كمبتدئ تمام؟ نحنا هنحكي هلأ بخطط استراتيجيات مجانية واستراتيجيات مدفوعة هنبدأ بالاستراتيجيات المجانية وانا هلأ هلأ هعلمك كيف انت فيك تعمل ببساطة استراتيجية وتبحث عن منتج بكل سهولة هلأ اول شغل اللي احنا بدنا نعمله لازم يكون في عنا بتروح على جوجل Facebook Add Slavery بعد ما انت فتحت هون هتطلع لك اول نتيجة Add Slavery وبعد شغطة فيسبوك تضغط عليها فهياخدك هلأ على صفحة تانية الصفحة هاي خلينا نسميها مكتبة الفيسبوك مكتبة الفيسبوك هي بتضم كل الناس اللي عم يعملوا اعلانات حاليا على الفيسبوك لمنتجاته طبعا مو كل الناس عم بيعوا دروب شبنج مو كل الناس عم بيعوا منتجات بصيني لا كل الإي كومرس بشكل عام ولكن هلأ هعطيك طريقة كيف انت اتميز وتلاقي هدول الناس بالذات يعني تلاقي الدروب شوبر اللي عم بيعوا منتجات موضوع كتير بسيط هلأ بداية اول شغلة لازم تعرفة انت بالنسبة لك لازم تحدد البلد اللي انت لازم تبقى فيه هلأ انا هوفر عليك و هعطيك كمان نصيحة بداية اذا انت كنت حابب تبدأ ورأس مالك جدا 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 قليب نصيحتي لك انك انت تبعد عن الدول اللي فيها منافسة منافسة عالية يعني بداية بعد عن شي اسمه تمام؟ هلأ اليوكي بتكون حل مناسب بالنسبة لك الاعلانات مالك غالية بنفس النسبة لامريكا ولكن اقل بشوي حتى المنصات التسويقية بتفرق و هلأ هنحكي عن كل شي هنغطي كل شي تمام؟ بالنسبة لك انت هذا الفيديو انت هتطلع من هذا الفيديو انا بضمالك انك هتطلع من مبتدئ الى محترف خلاص هلأ هتعدي انت بعد هذا الفيديو مرحلة المبتدئ هتنتقل للاحتراف هلأ بداية بالنسبة لك اول شي شي للمنبالك انك انت تبيع باليوكي تمام؟ باليو اس اي رقم واحد رقم اثنين تختار او بلد او بلد اوروبي او واحد من الفور بيك كونتريز هلأ البلاد الاوروبية اذا انت عايش ببلد اوروبي سيكون موضوع اسهل لانك انت اذا قررت تبيع ببلدك ستكون الامور بالنسبة لك سهلة بالنسبة للترجمة واللغة طبعا حتى بالكوستومر سيرفيس اما اذا انت كنت بدك تبيع منتج انت بدولة عربية وبدك تبيع بدولة اوروبية مساخين قول انت تبيع باسبانيا او فرنسا او فرنسا صعب جدا انك تترجم ترجم جوجل حتى تطلع الترجم غلط سيطلع المتجر تبعك فاشل مئة بالمئة تمام فبداية احنا بنروح على اللغة السهلة اللي هي الانجليش اوكي امريكا بيحكوا انجليش ولكن في دول تانية بيحكوا انجليش اللي هي بريطانيا كندا استراليا وكمان في نيوزيلندا ولكن انا بدي اياك تركز تاخد استراليا كندا او بريطانيا تمام استراليا كندا بريطانيا هدول الدول الثلاثة بفيدوك حاليا اذا انت كانت الانجليزي بسيطة حتى لو كانت الانجليزي بسيطة امورك محلولة لانه ببساطة انت الموضوع كله باليوم حياغب منك ساعة او ساعتين انك انت تدير المتجر و تدير الاعلانات و تدير هذه القصص كلها طبعا بداية هتاخد شغل كثير ولكن بعدها هتكون الامور اسهل مجرد انت تدخل بالجو فحتبلش شوي 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 تصير امور اسهل يعني في اسئلة مكرم ستجي انت اول مرة تكون صعب بعد شوية تصير اسهل انت مر عليك قبل المرة سؤال تصير بشكل اسهل فالامور هتصير سهلة شوي شوي تمام طبعا حتى بالنسبة لك انك تعمل متجر ما بيتطلب منك انك انت تكون الانجليزي لازم تكون بشكل بسيط و اذا حتى كانت الانجليزية تبعك جدا سيئة ببساطة فيك انت تشوف هلأ كيف حنحنا حنعمل متجر او فيك انت اذا انت ما لك حابب تعمل متجر لك كمان احنا في عنا خدمة فيك انت تعمل متجر واصل مع التيم تبعي كمان على الانستغرام كمان هنم فيهم يعملوا لك متجر اوكي محمد انا بداية ما ليعارف اي مجال ها ابدأ ولا ليعارف اي نيتش هادخل وما ليعارف اساسا اذا انا بدي اعمل متجر عام او بدي اعمل نيتش ستور او وان برودكت ستور هلأ ليكلأ لك شو هتعمل بكل بساطة موضوع جدا سهل ولكن بده تراك يعني بده شغلة بسيطة بساطة حتى ننتقل جنرال ستور خلاص نحنا انسينا حكينا عنا حان اموع جلب بيبع عنا شي اسمه نيتش ستور وفي شي عنا اسمه او الوان برودكت ستور اوكي متجر منتج واحد هلأ كنصيحة حتى لو كان رأس المال تبعك عالي او كان رأس المال تبعك قليب بكل الحالتين انت لازم تبدأ بالوان برودكت ستور تمام هلأ نحنا هون موجودين لحتى نحن نبحث عن مجال الذي سندخله ولا نعرف ما هي المنتجات الرابحة ولا نعرف ما أبدا ولكن بمجابة نحنا ندخل بالجو ستكمل الصورة الفكرة ستبدأ مثل البوزل ستبدأ حتى تضع البوزل ستصبح الصورة كاملة الموضوع قد يكون صعب بالبداية متشتت نحنا تخطينا اسم المتجر تخطينا كثيرا وبدأنا بالمنتج الرابح لماذا؟ لانه على اساس هذا المنتج ستبنى الشغلات الثانية نحنا هون في مكتبة الفيسبوك أول شغل نحن نعمله نحن نبيع بالدول التي نحن لناها فنحن فينا بكل بساطة أو نحن نبحث عليهم هون أو نكتب هون بهذا السندوق مثلا ستبنى الشغل ستبنى الشغل هنا نحن نختار الـ بعدها سنأتي لهذا المربع جدا مهم كيف نحن نأخذ الـ كيف نحن نأخذ هذه الـ أهم شيء نحن نعلم أول شغلة هناك عبارات معينة يكتبونها 99% من الـ 50% off today free shipping free worldwide shipping get yours now هذه الكلمات البسيطة مختصة بالـ فهنا نتعمد و نكتب هذه الكلمات لأن هذه الكلمات تحفز العميل أكثر حتى يدخل يشتري عندما يجب العرض 50% أو free shipping أو هذه الأساس فنحن بداية نأخذ كلمة كلمة فمثال نحن نكتب 50% off أوكي free shipping مثال free shipping تمام free shipping تمام هلأ 50% off free shipping هتبلش هلأ تطلع عنا نتائج هاي النتائج كلها هدا منتج drop shipping و انا حكيت عنه فيديو بالـ winning products هاي منتجات drop shipping منتجات هون drop shipping نحن نحن ببداية السنة في الـ Valentine's و كمان في قريبا العطلة السنة الصينية هلأ هنحكي معلوم هنحكي عن هاي الشغلات بعدين لحتى انت هلأ اذا عندك سؤال اذا انا بدي بيع بالـ Valentine's بلحق أو لا فهلأ هنحكي بعدين بكل هاي الشغلات هلأ بداية انا اللي يهمني هلأ هلأ تلاقي منتجات هذا منتج العلاق بالـ Valentine's منتج تاني هون منتج تاني هون علاق بالحيوانات هلأ نحن اخذنا فكرة بداية حيوانات حيوانات فانت شايف هون نحن هلأ مبدئيا بشكل عام انا اول فكرة هلأ انا اخذتها انه اغلب الاعلانات انا شفتها شيء علاق بالـ Valentine's الـ Valentine's والحيوانات تمام هذا كله ينضم تحت قائمة الـ Valentine's تمام هلأ هناك شيء علاق بالـ Makeup شيء علاق بالشوز انت بكل بساطة تبحث بشكل يومي كما انت تختار اي منتج من هاي المنتجات لازم انت على الاقل تنقي عشر منتجات عشر منتجات لحتى انت تختار واحد من هاي المنتجات هلأ كيف انا بدي اضم كل هاي المنتجات بتروحوا بتعمل شيء اسمه Google Sheets بعدما تروح لشيء اسمه Go To Sheets افتح صبحة جديدة هاي عملناها بالعربي مثل المنتجات الرابحة خلينا نشيل هذا العنوان ونكتب هونه منتجات انا حتى الكيبورد عندي انجليش منتجات منتجات رابحة اوكي فهي 2023 فانت هون هون حتحط اسم المنتج الرابط اللينك تبع المنتج اي منصه اي منصه اي منصه ما يصير عندك عشر منتجات كل ما كان عدد المنتجات اكتر حاول انك تكتر عدد المنتجات اكتر ماكس خمسة عشر منتجات لحتى انت ما تضيع ماكس منتجات اوكي ماكس من عشر الى خمسة عش اوكي منرجع للفيسبوك تمام نرجع لهون ونبلش مثال نحن هنه هن بالبداية خليناخد هذا المنتج خليننعمل فهو يطلع لك Order Now أو Shop Now بدايةً لازم تضغط على هذا الزر حتى يأخذك على المتجر بدايةً سيطلع لنا متجر Shopeefy متجر Drup Shipping هو معمول الشو بي فاي و يتسوق له بطريقة Drup Shipping هناك أخطاء بالمتجر لأن المتجر قائم على أغلب الصور عن طريق العلي إكس بريس حتى ترى تفاوض بالصور بدايةً بدايةً هنالك ترى كما ترى هناك ترى كما ترى بدايةً هنالك ترى كل شيء بمجرد أن تنزل شوي لتحت تبدأ بالضيع الصور تبدأ بالصور تشعر الصورة مكررة الصورة موجودة أول صورة هنا و أعطيها في التصريح الصور كلها من علي إكس بريس فهون العميل ترى هذه الصورة لنفرض أن السعر كان قليلاً غالي راح على إيباي شايف نفس الصور بنصف السعر راح على إكس بريس و شاف نفس المنتج بربع السعر فتأكد 100% ما سيشتري من عندك فالناس اللي بتسأل دائماً ليش أنا عندي منتج رابح و عندي متجر رابح و أنا ما عم بيع هذا أحد المشاكل اللي انت عم توقع فيه أنك انت عم تاخد كوبي بيست هاي الصور طبعاً نحن نحكي عن هذا الموضوع هلا بعدين و بس نعمل متجر وهي قصص كلياته هنحكي ببساطة كيف نحن نفاد هاي الأمور كلياته هلا هذا أحد المنتجات اللي يعني بيع طبعاً هلا هاي الاكستنشن اللي اسمه بيبي سبي أوكي الاكستنشن هاي طبعاً هخلي لك كل الروابط تحت تمام هلا هاي الأداة اللي حلو فيه أنه فيها تطلع لك السيلز تمام السيلز دبع هذا المتجر ولكن يعني ماله بشكل دقيق مية بالمية تمام يعني أعطيك مثال إذا حدا دخل و حتص ريفيو للمنتج للمنتج احتمال تنزل مبيع بهذا بهي الاكستنشن تمام هلا هذا المنتج 9 من 10 تمام الشغلة الثانية هذا المنتج يباعمد منزاعات بعدما نشوف ما في بيع كثير اوكي هلا أنا ما بيهمني أنك أنت تراقب المبيعات هون بيهمني شيء أكثر أنك أنت تشوف هذا المنتج عام يباع بشكل متكرر يعني هذا المنتج هون لازم تنزل شوما تلاقي هون ترجع تنزل شوي تلاقي هون تلاقي هون فأنت شو بيصير عندك فكرة اوكي هذا المنتج عام يباع كذا مرة اوكي هذا المنتج رابح خلاص فأنا بكل بساطة احتمال أني أنا ضيفه للقائمة تبعي تمام؟ ليش؟ لأنه نحنا طبعا أنا حكيت في فيديوهات سابقة لازم المنتج تبعنا أول شيء يحل مشكلة ثاني شيء يكون العرض مغري ثالث شيء يكون هذا المنتج يونيك ما لموجود بمتناول اليد يعني ما لموجود بأي ماكاة يعني المنتج هاد الشخص ما في يروح على المول اللي موجود قريب من بيته ويشتري هذا المنتج او يروح على الامازون او حتى احتمالي لقيب الامازون ولكن انت نازم تتميز بطريقة مختلفة حتى يشتري اوكي؟ بدي حاول قدر الإمكان أنا اني أنا اختصر عليك وما طول بكتير الفيديو وحكي بشغلات ما لكتير سبيسيفيك يعني ما لكتير مختصة بشيء نحن 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 هلأ هون بمهمة ان نحن نلاقي منتج رابح للأسف أغلب الأدوات المجانية ما بتظهر لك المنافسة كيف هي الأصص كلاتها ولكن بتحاول قدر الإمكان نكي انه تعطيك نتائج تعطيك نتائج قريبة من الواقع تمام؟ هلأ بداية هذا المنتج لا سأأخذه لسببين السبب الأول أنه طبعا هذا منتج نفسه بعتقد نفس المتجر منذ ماك شايف هذا هذا المتجر عامل كذا إعلان حسنا فكرة أنه هذا المنتج كمان طبعا 4 جانواري هذا اليوم حسنا هذا الإعلان اشتغل اليوم وهذا شيء من الطبيع جدا أنه ما يجيب مبيعات من اليوم الأول جايب مبيعات ولكن احتمال كتير كبير أنه المبيعات تظهر من اليوم الثاني والثالث والرابع فبداية ما في حتى صاحب البلد نفسه ما في يحكم على هذا المنتج هذا المنتج إذا كان رابع أو لا ولكن من السبب الأول أنا أعرف والناس اللي بيشوفوا الأقوى المنتجات الرابعة بالقناة بيعرفوا أنه نحنا بنحكي دائما عن المنتجات بس هي رابحة أوكي يعني المنتجات اللي متأكدين نحنا مية منها مية بمية أنها هي رابحة هلا خلينا نشوف المنتج الثاني المنتج الثاني كمان عن نفس هذا الشخص عن نفس هذا الستور هنفتح المنتج نحنا شفنا منتجين لنفس المتجر تمام؟ طبعا اللوغو حلو عامل أزورة أوكي كلب وقطة لأنه يبيع شيء لا بالحيوانات القطط أو الكلاب نفس المبدأ نفس الصور لعلي إكس بريس للأسف طبعا ولكن معمول بطريقة حلوة يعني الصور هاي كواليتي تمام؟ يعني احتمال العميل يتشجع أكثر من المنتج اللي شفناه أول مرة تمام؟ هلا هون هذا المنتج ببساطة طبعا أنا طبعا فيني أخذ فكرة عن كل المنتجات اللي هو عم بيع ولكن في شيء جدا مهم بالنسبة لي اللي هي الرفيوز الرفيوز ليش؟ هذا من روسيا أوكرانيا تصور أول بلدين فيهم حروب روسيا أوكرانيا حاطت أول ريفيوز أول 2 ريفيوز على العلم أنه يعني أغلب الشركات الشيء ما بتصل لهذه الدول هي رقم واحد أوكي نحنا دائما نحط حالنا مكان الشخص الحشتري هذا المنتج بداية أوكي سكام اه 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 شو معناته أوكي أوكي يعني أنه هاي المنتجات اه يعني منيحة أوكي ولكن ما في أي شرح عن المنتج أوكي أنا زبدي يدخل أشتري أوكي أوكي يعني أوكي هو كوبي بيست أخذ من العلي إكسبريس نصيحتي لألك أول شيء لازم تعطي بالنسبة للرفيوز نحنا ما عشرة ريفيوز كمان سوبات أوكي أحسن شيء لحتى نحنا يعني أنك أنت تعمل الرفيوز أقل الشيء لازم تجيب من بين الثلاثين بين الثلاثين والستين أوكي ولكن أنا ما عندي مشكلة أنك تجيب أول خمسين ريفيوز من العلي إكسبريس ولكن آخر عشرة اللي هنن سيظهروا بصفحة المنتج هات اللي هو مثلا نقول هون واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانة لإشتري منتج وأنت أكيد دائما بهمك الناس عن هذا المنتج اوكي انت نصحتني The cat was similar اوكي ما في شيء ما في شيء أبدا اوكي يعني إذا الشخص حسنوا سكام يقولوا ديس لايك مثلا فبعين هذا الشيء كله تمام بالإضافة تأكد أن هذه الأعلام لا تضيفة أبدا تمام لماذا؟ لأن الشخص ننفض بالـ United Kingdom سيشتري منك هذا المنتج هو على معرفة مسبقة أن تبيع بهذا البلد فهو يدخل ويشوف أمريكا ويشوف روسيا تركيا اوكي 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 فبيشوف عدة اوكي اوكي هادا هذا المتجر بالصين أنا ما هشتري منه تمام على العلم لك تشاهد يعني هلا فيه مبيعات احتمان تكون هذا المنتج اوكي هذا المنتج نفسه طبعا توقعت عنه لأنه هذا المنتج للأمانة منتج رابح أكثر من المنتج الأول لسبب أنه أغلب الناس اللي عنده بيتس الأم بيعوا هذا المنتج الكل عم بيع هذا المنتج هلا لأنه هلا الكمبيتشين جدا عايق لهذا المنتج فطبيعي جدا ما يعمل مبيعات ولكن طبيعي جدا أنه يعمل مبيعات من هذا المنتج طبعا بيعه بسعر حلو 24-99 أيوه يورو تمام هلأ نحن شفنا هذا المنتج حالية مرتين فينا نحن لحتى نتأكد لنطمئن أكتر فينا نخلي هاي الصفحة مفتوحة ونراقب المبيعات هلأ أنا بدي أعد أترك شغلي وقعد لأ بفتح صفحة تاني وبدور على منتج داني هاي نقطة بالنسبة لك إذا قررت تبيع هذه المنتج نصيحتي لك أول شيء يجب أن تفحص عن كونتنت جديد أنا لم أعندي مشكلة أنك تجد كونتنت جديد وتبيع المنتج بـ 29 يورو هذا يقوم بيعه بيعه 29 يورو لأنك اختلفت وعملت شيء ثاني هاي رقم واحد رقم اثنين إذا أنت طبعا تلاقي لك شغل هاي الشغلات حتى هاي الشغلات كمان بلشت يعني فوت هلأ على براند عالمي أو تخل على براند محترم حتى لو كان دروب شيمينك ما بتلاقي الفيزا أو باي أو فري شيمينك هاي لون هاي لون هاي لون هاي لون يعني بتحس أنه بليز بس ثق بي بس أنه وصاق فينا نحنا 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 شيء أصلي لا لا ما في داعي أنك أنت تكون كتير لطيف حتى أنت تورجي هاي المعلومات أو حتى أنت تورجي أنه بس يشتري لا لا خليك أوكي طلع الفايد القيمة من هذا المنتج طلعه هذا المطلوب منك هلا بالنسبة لصفحة المنتج هاد هاي أول غلط هون سوباد أوكي الشيء الثاني المهم أنا بالنسبة لي أنا أول شيء بحب شوفه أنه تكون هاي الجيف أو جيف تكون أول شيء تمام لأنه هاي الصورة هي نفسها قريبة كتير لهذه الصورة أوكي وهي الصورة هي نفسها قريبة لهذه الصورة فأنا ما أنا مهتم ثاني مرة أرجع أشوفها أو أرجع أشوفها ثاني مرة هاي رقم واحد ولكن إذا أنا أرى أعتقد هو نفس المنتج هاي نفسها من ثلاثة هاي ولكن إذا أنا أرى هون كيف يحل المشكلة للحيوان تبعي أنا هون ارتفع الدافع عندي لحتى أن أشتري هذا المنتج الكلمة اللي أنا أحكيه يمكن يكون بسيط ولكن هذا الكلام بيتدرس بجامعات لناس بديهم يتعلموا البيع لحتى أن تكون رجل مبيعات لازم تعلم هاي التفاصيل تمام؟ كل شي تمام؟ أنا عجبني هذا المنتج بدي أهم شي اهتم بالربيوز اهتم بالصور بهذا المنتج اهتم بالكونتنت بالفيديو اللي هيجيب الشخص لعندك رقم واحد بالمتجر تبعك اهتم بالصور وبعد اهتم بالربيوز وأنا ميكشور مية بالمية أنك أنت هتعمل مبيعات رائعة جدا حتى هو ما لم يكلف نفسه وانه يحكي كثير حكي بس عن البيعات 18-16 بيجنس داي حتى المقبول هذا البيجنر ولكن حتى هذا الرقم يعتبر عالي مثلا بالنسبة ل نحن نبيع الى بريطانيا مثلا أنا بالنسبة لي كنت تبيع بفترة بين الـ 8 يام والـ 12-13 يوم ماكس 16 يوم كلمة بيجنس داي يعني بيجنس داي السبت والأحد ما له محسوبين من البيجنس يعني احتمال خمس ايام بالاسبوع يعني تقريبا شهر مدة الشحن مدى اكتبا شهر انك انت كمان تلاقي طريقة شحن طبعا هلأ نحن نشرح كيف نحن لقي طرق شحن رائع جدا حتى نحن نشحن المنتجات بوقت بسرعة وبأسعار منها هلأ نبدأ هذا المنتج نحن بالمرحلة المجانية نحن نشي هاي بس بالمرحلة المجانية نحن نبيع هذا المنتج نحن نضع المنتج ونأخذ اسم المنتج نسبة لي اقتنعت مبدئين بهذا المنتج ولكن بابداع مختلف سأسوق له بطريقة جديدة سأعمل متجر بطريقة مختلفة حتى الرفيوز حتى الرفيوز سأعمل بطريقة بشكل قوي المنتج الأول ثالث حاول قدر الامكان انك انت لا تأخذ من نفس النيتش لا تأخذ من نفس المجال حاول انك انت تتنوع نقطة جدا مهمة ما بيهم ابدا اذا المنتج عجبك او لا ما بيهم اذا انت حبيت المنتج او لا لانه بالنهاية العميل هو اللي حيشتري ولست انت يعني مو انت اللي حتشتري المنتج فرأيك ما له كتير مهم تمام تأكد انك انت انت تكون معجنب بهذا الموضوع ما تتدخل ابدا ما تحط العاطفة تبعك انه الان ما حبيت هذا المنتج فانا ما حبيت هذا المنتج لا انت تطلع من هذا الموضوع اوكي اعمل تست لهذا المنتج الفكرة انه نحن نعمل عشر منتجات هاي نحن نعمله تست لهي المنتجات هلا اوكي هلا انت براودك سؤال اوكي محمد هل يا ترى انا بدي افتح لكل متجر لكل منتج متجر وسمي الاسم كذا كمان هلا سيحل لك كل هاي الامور وعلمك كيف انت تعملها بمتجر واحد الشيء نحن نسميه هو الهايبرد اوكي الستورد هلا سيحكي بها الموضوع بعدين ولكن هلا خلينا ملاجزين على حتى اننا نجد منتج اوكي هلا هذا انترستنج المنتجات السماعات رائعة جدا ولكن انت كمبتدئ راح تفتقر للكرياتي راح تفتقر لانك انت تعمل ديزاينز جديدة احتمال تفتقر للتسويق والكومبتشن يعني احتمال تكون شوية عالي عليك المنافسة في حال انت اخترت انك انت تبيع هاي المنتجات عن طريق الاعلانات ولكن اذا انت اخترت انك تبيع منتجات السماعات عن طريق التسويق عبر المؤثرين اللي احنا هلا كمان هنحكي عنها فانا بنصحك انك تبيع ولكن لازم تختار جمهورك المستهدف يعني مثال اوكي من الجمهور المستهدف للناس اللي يركض والناس اللي يروح الجم الناس اللي مولعين به هاي الشغلات فانا ببساطة في ان اختار فانا ببساطة في ان اختار شخص بيحكي عن الفتنس او شخص بيحكي عن الصوتيات حتى انت فيك تلاقي مؤثر بيحكي عن الصوتيات لانه هادون الناس هادون الناس كلمتهم مسموع اشتري هذا المنتج اشتري هذا المنتج بيروح الشخص اللي يتابعه بيشتري فورا مدون ما يفكر ولا يفكر بالسعر تسويق عبر المؤثرين رائع جدا وكمان هلأ هنحكي بطريقة مجانية حتى كيف كنت تتسوي عن طريق المؤثرين هلأ ما هنأخذ هذا المنتج لانه نحن هلأ هنحن نحاول قدر امكان ونحن نلاقي منتجات قريبة بالنسبة لانه فبالنسبة لك حتظل تبحث لحتى تطلع 10 منتجات هذه الفكرة المجانية هي عن طريق مكتبة الفيسبوك نحن نبحث عن هذه المنتجات عن طريق تيك توك نبحث عن طريق الموبايل لان الموبايل أسهل من اللابتوب فهلأ نحن نذهب ونكتب تيك توك مادمي بايت مثل الكتابة المكتوبة فوق ولكن هلأ ستطلع كل الفيديو سواء كان من شهرين سواء كان من ثلاث شهور سواء كان من سنة ولكن هلأ سنفعل حتى تطلع لنا أحدث النتائج الغرض ونحن نجد هلأ المنتجات اللي عاملة واو فاكتور يعني المنتجات اللي ضار به هلأ كثير ترندي فحن نضغط على الإشارتين هدول اللي موجودين فوق اللي على اليمين فوق وننزل ونختار طبعا هو يعطيك date posted ففي الالتايم وفي اليستردي نضغط على مور فبتلع لنا this month last three month هلأ أنا أنت أدامك طريقين أو تختار last three month أو this month الأحسن إذا أنت حابة أن تذهب مع الفلنتين تأخذ هذا الشهر سوف نختار فقط هذا الشهر و نعطي أبلاي سوف ننزل لتحت سورت باي مست لايك اكتر شي سوف تطلع لنا كل هذه المنتجات الترندي حاليا نحن نقلب و نبحث عن منتجات سوف ننزل لتحت و نرى مثل هذا المنتج هذا المنتج ماله عملي و سيئ جدا فهذا المنتج ينصح أن تبيع هذا المنتج فهذا المنتج ليس مليح سوف نرى الشيء اللي أريد لا يوجد منتجات لا يوجد منتجات هناك شيء منتج الفكرة أن تجد منتج يلفت للنظر و يكون هذا المنتج رائع المنتج يعمل الصيف و شتي يجب أن يصبح منتجات السيارة بالأخص البلدان اللي فيه كثير تلج و طبعا بالصيف يعمل و يحمي من الشمس منتج عادي كثير و هذا المنتج نتائج 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 عبارة عن سبري ينظف ايباد ينظف بشكل عام حسنا هذا المنتج من خمسة ايام هذا المنتج هو منتج قديم ولكن رائع جدا تستهدف الناس بيعود الناس اللي يهتمين بالهوم كيتشن الناس اللي العلاب الديكوريشن بيهتموا بديكور البيت هاي الشغلات مميزة فيه ناس بتحب يكون عنده أطعم البيت يونيك هذا المنتج رائع و تتبيعه بسعر رائع جدا وتعمل بروفيت منه رائع جدا ولكن الفيديو هاي اللي عم نشوفه هي مالا اعلانات هاي الفيديو هاي اللي عم نشوفه هي عبارة عن التسويق عبر المحتوي يعني ناس عنده منتجات و يعملوا كونتنت حتى يظهروا وشن مثلا هذا الشخص انا مبعف من الشخص هذا اللي عم يشرع عن هذا المنتج يعني الفكرة انك انت كمان فيك تسوق عن طريق المحتوي طبعا هنحكي هلا بعدين عن هذا الموضوع الموضوع جدا سهم تمام بساطة انت بس بتجيب منتج بتعرض هذا المنتج حتى بدون ان انت تطلع بالكاميرا اوكي خلينا نشوف شي ثاني هذا منتج ثاني كمان قوله على الكتشن عم يرجو ان هذا المنتج يحمل وزن منيح وهذا منتج ثاني اوكي هذا الفيديو عبارة عن عدد منتجات يعني رائعة جدا متح المشاكل فهذا المنتج مرة ثانية اللي نحن شفناه مرتين فنحن شو نعمل هون بس نشوف منتج مرتين خلي عينك على هذا المنتج هذا المنتج العلاق بالكتشن هذا المنتج بقطع بصل بقطع خيار وعدد استخدامات كمان رائع جدا حسنا خلي ننزل إلى تحت اوكي هذا المنتج كمان ترندي و تشتيل ترندي أديم السنة الماضية اوكي بعتقد نعم يحكي هذا الشخص عن انه هذا المنتج اوكي بوعفشي اللغة اللي كاتبين فيها اوكي بعتقد اسباني انه يشرح هذا المنتج ماله كثير يعني مع انه هذا المنتج عمله بيعات رائعة جدا ولكن مبعف بعتقد يعني الشخص اللي بشتري هذا المنتج كانت الكواليه تبعه سيئة جدا اوكي هذا المنتج حكينا عنه من فترة وانا كتير كتير نصحت فيه انك انت تبدأ بهذا المنتج هذا المنتج رائع جدا يشتغل مع الانفلونسس يشتغل على التيك توك يشتغل بالفيسبوك هكذا المنتج سهل كتير يعمل لك عشر تلاف الشهر ببيعات هذا المنتج نازل بسبعة اتناعش نحن اخترنا اخر شهر بعد عدد سبعة اتناعش وعنده حوال 450 لايك دعنا ندخل نشوف اللي يطلبه هذا المنتج او حتى هذا الشخص يعمل كونتنت عن هذا المنتج هو بس حتى ما يظهر وجوه بس يظهر وجوه هذا المنتج لك اللي انت عم تشوفه قدامك هو كونتنت لهذا المنتج هلأ الكاميرا هلأ هتروح فانا هلأ هكمل الكورس بدون الكاميرا وحتى ما تشحن البطارية التانية لان انا كتناسي كمان البطارية التانية وحا ارجع بعدين اظهر بالصورة ولكن هلأ هتطلع بس الصوت والفكرة تكمل عادي بدون تظهر الصورة لبي ما تشحن هذه البطارية هلأ مثل ما انك شايف هون المتجر جدا عادي ما فيه اي اي شيء حتى بطيئ كما حتى الصور لسهل ما تفتح اوكي شارح عن المنتج عامل اوب سيل باعتقد اوكي عامل اوب سيل ولكن تحسه متجر عادي جدا يعني انا فيني بكل بساطة اتفوق على هذا الشخص ولكن حلو موضوع انه هو جايب الكنتنت تبعه هو الصور تبعه اللي هو عامله عامله جيف بس فقط لا غيره جدا سهل ولكن فينا بكل سهولة نتفوق على هذا الشخص ونعمل شي احسن منه بكتير عم يبيع هذا المنتج منتج حوالي تقريبا لالخمسة وثلاثين دولار هذا المنتج رائع جدا انا فيني بكل بساطة اخذ هذا المنتج وحطه بالقائمة تبعي هيك كانت هاي الطريقة انك انت تبحث عن منتجات بس انت تعمل بالتك توك وتتفرج ملاحظة طبعا هذا المنتج كمان انا حكيت عنه منتج كمان رائع وناجح كمان فيني انا حط هذا المنتج وعمله متجر بس لهذا المنتج لانه هذا المنتج يحلم شكل كبير للاشخاص اللي بيعدوا فترات طويلة على الديسك توب ويشتروا على الكميوتر فهذا المنتج رائع جدا هاي كانت هاي الادات التانية المجانية على طريق تك توك هلا بدنا نروح للادات المجانية التالتة اللي هي رائع جدا الادات التالتة اللي نحنا حنحكي عنها هي الامازون نحن لاتي نلاقي منتجات رائع جدا منتجات طالعة جديد او منتجات حالي يرتفع صوتها محمد رتفع صوتها فكما برنات طلع규 الOpenroph Porter ستقف منها اللي هي نطقي منتجات تكون جديدة او científic وتعاليها الطلب عالية والقناء把 الجانب لا يهمتهي لو كان المنتج جاد ستيد ولكن الناس عندنا الآن مجموط التالب عالي جدا تمام فاللي هنعمله هو كالتالي انه نحن من روح على جوجل ونكتب امازون موفرز ان شاكرز تمام طبعا نحن هنستخدم هاي الاداء يعني هاي الفكرة وفكرة ثانية ما تروح على امازون دوتكم لا بتروح تكتب امازون موفرز ان شاكرز الشي اللي هنستخدمه طبعا انت فيك تستخدم البيتستيلر النيو ريليس وفيك تختار موفرز ان شاكرز هذول الثلاثة تستبست لحتى تتلاقي منتجات رائعة ولكن انا بحب دائما النيو ريليس وكي ولكن مو غلط كمان نحن نشوف الموفرز ان شاكرز شو الموفرز ان شاكرز المنتجات احتمالكم كتير قديمة ولكن هلأ حاليا هم تعوي المبيعات قوية جدا ورتفع الرنج تبعا مثل هذا المنتج مثلا علي 4500 ريفيو وهو هلأ حاليا رنج رقم واحد مثال احببد ان شاء المجالات خاصة مستخدمك وانات conhecer ال کاك فيقت ممتازة فيك تفوت وتبحث حاليا بالأخص فالانتاين الجيلوري حاليا قوي جدا الالكترونيكس سنحكي بالنسبة للالكترونيكس أنا بنصحك كمبتدئ أول منتج لك حاول أنك تتبع عادي شوية عن هذا الالكترونيات وخاصة المعقدة بدايتك صعب جدا الخصائر وهذا صحة والقدم كأنك تجد منتج سمبل سهل بسيط وتبعد عن الالكترونيات والليكويد الليكويد هي المواد السائلة أو المواد اللي فيها زجاج وتتكسر بسرعة الالكترونيات لا الالكترونيات الالكترونيات وهنا الأشخاص عملت بطريقة يدوية الهوم كتشن ممتاز كمان عندك الكتشن والدينينغ ممتاز طبعا أنا أعطيك أحسن شيء حتى لا تضيع وقتك أنت وتفتح كل هدول السوفتورز ما بتقرب عليها البيت ممتاز السبورت والسبورت والتولز هوم هدول حاليا طبعا التويز ستدخل بعد فترة بمشاكل مشاكل الشهادات فمبدئيا تختار أي شيء مثلا دعنا نأخذ البيت دعنا نبدأ بالبيت البيت ممتاز بإحتمال هناك الكثير من أطعمة وهي قصص كلياتها لحتى أن تجد منتج تأخذ وقت كبير لماذا؟ لأنك على الأغلب ترى منتجات قديمة ولكن حاليا ارتفع على الرنج مثل هذا المنتج حواليا خمسين ألف أكيد أنت ما ستدخل بهكسو تنافسي وعالي جدا ويباع بشكل ضخم جدا على الأمازون حلوة ولكن نسبة النجاح فيها ما ستتعدل 60% ولكن إذا نرجعنا هلا لهن دعنا نرجع كمان ونروح على أوي سوري نطلعنا كلاتها نرجع نفود ونروح هون نضغط هون على المنتجات الحديثة كيف يمكننا أن نتأكد أن هذه المنتجات الحديثة؟ مثلا هذا المنتج لأبل طبعا هذا 2 generation 2 generation 2 generation 20 review منتج جديد منتج جديد طبعا أبل لن تنافس حاليا مثلا طبعا هون هذه الأشارات العلقة بالساعات والإلكترونيات وهذه الأصص مثلا مثلا هذا المنتج حكينا عنه من فترة شيء قريب عليه وعملنا متجر كامل عن هذا المنتج 105 دولار هذا من شركة أعتقد أنه لا تقرب على الماركات وهذه الأصص فهذا المنتج مهمة بالنسبة لي أخذت فكرة شاهدت هذا المنتج حسنا لقد وجدت منتج فوق لقد وجدت منتج فوق لقد وجدت منتج ثاني فقط نرجع لا أعرف حسنا لقد وجدنا منتج فوق ولكن إذا نزلنا إلى تحت الآن هون يعطيك الشغلات الجديدة بالـ Home بالـ Tools وهذه الأصص حسنا هذا المنتج عليه فقط هذا المنتج أعتقد مبيعات هائلة حتى وصل لـ 2400 هذا المنتج 261 69 ولكن أرى أنه مهم نفتح هذا المنتج نرى ما هو الحلو به هذا المنتج هذا المنتج ليس له التنافس يعني التنافسية عالي كثيرا ما هذا المنتج يا محمد دعنا نرى إذا نرى فيديو لهذا المنتج ما بعتقد فيه له فيديو أوكي هذا المنتج هو عبارة عن منتج بحل مشكلة كثير كبيرة يعني هذا المنتج في مكان للـ USB في مكان للـ بلوك طبعا هذا البلوك بيشتغل بس بأمريكا أنت إذا بدك تبيع ببريطانيا البلوك بيختلف عن هذا تمام وإذا أنت بدك تبيع به طبعا أنا أعمل لك لحتى أنت اللي هو هذا البلوك اللي هي هاي القابس اللي بنحط بالكهرباء تمام البلوك هاد له علاء بأمريكا في بلوك خاص بيوروب في بلوك خاص بالـ United Kingdom فميك شور إذا أنت بدك تبيع بيوروب بيختلف عن هذا انت بدك تبيع بالـ United Kingdom بيختلف عن هذا هلا عليه بس 56 ريفيو ولكن هاي الأداة السحرية اللي أنا عنديها اللي اسمه Jungle Scout طبعا هي أداة مدفوعة تمام اوكي محمد أنا كيف بدي أشوف مثلك النتائج وعرف كيف يبيع هذا الشخص بكل بساطة فيك أنت تنزل أد إكستنشن اسمه الهليوم 10 اوكي هليوم 10 فيها تطلع لك النتائج فور فري بعتقدت استيل فور فري أنا بعتقدت أخمر نزلناها كانت فور فري بتمنى أنه لساتا مجانية حتى أنت تشوف كيف يبيع هذا الشخص طبعا مثل ماك شايف الديلي سيل 171 أوردر وهو رائع يعني هذا المنتج رائع أم تنزل هذا المنتج بعشرة اتناعش 2022 عشرة اتناعش 2022 يعني الشهر الماضي تمام 171 واحد وثمانين ألف بعشرة اتناعش يعني تقريبا نحن اليوم لسه ما صلوا شهر تقريبا ولكن التوقعات يعني حاليا صار بايع 80 ألف فهيك منتج بحل مشكلة كبيرة ضخمة شو هي المشكلة بحل هذا المنتج يا محمد أول شيء أنه هذا فيه له عدة مآخذ سواء كان USB سواء كان بلوك عادي سواء كان ففيك أنت تستخدمه 1 2 3 4 يعني فيك تتحط كل الأجهزة تبعك بنفس هذا يعني يختصر عليه كثير شغلات سواء كان USB وسواء كان بلوك العادي تمام منتج رائع جدا بحل مشكلة كبيرة والريتنج تبعه طبعا هم فيه كثير منافسي موجودين ولكن حاليا هذا أو الشخص اللي يبيع هذا المنتج معه من نتائج رائع جدا 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 مثل ما لك شايف رائع جدا هيك منتج مميز بالأخص إذا انت عملت له كمان فري كونتنت تمام يعني شو فري كونتنت محمد يعني أنا ببساطة فيني أطلب هذا المنتج لعندي وفيني أنا أصور هذا المنتج للحملات التسويقية تبعي فيني صور هذا المنتج وحط هاي الصور بشكل احترافي على متجري وفيني هاي الفيديوز أعمل فيديوز لهذا المنتج بدون ما أنا أطلع طبعا بصور المنتج وجرب وورج كيف أن هذا المنتج ما بيأخذ مكان ورسه إذا الشخص بدي يحطه بمكان ديق ما بيأخذ مكان كبير فمتل ما لك شايف المنتج رائع جدا وبيتحرك 360 درجة أو 180 درجة أوكي وبعمل كمان فيديوز وبعمل كونتنت وفيني كمان أحصل على مبيعات طبعا كنت تحابة بيع بهذا المنتج طبعا سيحكي على التسويق بالمحتوى هلأ بعدين ولكن بشكل عام فيك تطلب هذا المنتج لعندك طبعا المنتج الكوريه رائع جدا أوكي هيك منتج سهل أعطاله قليلة جدا أوكي حتى يكون معه قرانتي 30 يوم حتى إذا كان فيه مشكلة بالمنتج وعمل هذا الزبون فالسبلاير هو اللي حيرجع المنتج وهو اللي حيتكفل بهذه الشغلات هلأ مبدئيا نحنا مناخد اللينك تبع هذا المنتج ومنحطه عنا بالجوجل شيتس اللي نحنا عملناها تمام هلأ منرجع محل ماكنة لقينا هذا منتج تمام منرجع منبحث عن منتجات ثانية مو شرط بنفس المكان فينا ندور بأماكن ثانية مثلا هون الشي العلاق بالهومو كيتشين تمام هلأ الرنك رقم واحد هون نحن عنا هذا المنتج أخذ رقم واحد هذا المنتج أخذ رقم اثنين هذا المنتج أخذ عنا تمام فخلنا ناخد مثال هذا المنتج هذا المنتج عنده 23 ريفيو هو منتج بسيط جدا اللي هو بيعمل الرغوة تبع النس كافي تمام بيعمل الرغوة بالحليب يعني الاشخاص بيروح على ستار بوكس ليحصلوا على هاي الرغوة ولا يحصلوا على هاي الرايعة انت بكل بساطة هذا المنتج حقه حوالي ستة دولار طبعا هذا هو أكيد ما هيبيع هلا مبدئيا هو بوضع اللونشنج عم يبيع بستة دولار ولكن مايكشور هذا هيوصل لتساط عشر دولار بعد فترة يعني بعد يمكن ان تفتح هذا الفيديو احتمال يكون السعر ارتفع بشكل كبير المنتج رائع جدا ولكن اذا انت بدك تبيع هيك منتج لازم تعرف انه فيه تنافس عالي جدا يعني هلازم ننزل لتحت مشوف فيه برندات تانية كبيرة هذا المنتج بيع عشر أو بسبتعاش بواحد وعشرين طبعا هذا السعر طبعا وانت اذا حتبيع هذا المنتج حتبيع بواحد وعشرين طبعا هلا انت بتشوف تمانين الف هون الف هون لانه هي امريكا امريكا تمانين مليون اوكي حوالي تمانين مليون فشي طبيعي تشوف هاي الالقام الكبيرة ولكن انت ستبيع ببلد اصغر طبعا اذا انت كنت شاطر بالقهوة وبتحب القهوة انا متاكد اذا انت شخص محب القهوة ستعمل كنتنت رائع جدا لهذا المنتج لماذا؟ لأنك عم تعمل كونتنت لشيء انت بتحبه سواء كان بالمتجر تبعك او سواء كان حتى زي انك بدك تعمل اعلانات انت حتطلب المنتج لعندك يعني المنتج انت فيك تشتري من هذا الشخص نفسه ويوصل لعندك بخمسة دولار او عشرة دولار وتعمل كونتنت وتبيع هذا المنتج هلأ بمجرد ما انت بلشت تبيع عشرة خمسة عشر قطعة بشكل يومي فيك انت تنتقل لمرحلة البراندي يعني الفكرة عند وصل لك اياها اذا انت كنت مفكر انه انت حتظل طول عمرك عالق بالدروب شيفينج فانت بتكون غلطان لانه الدروب شيفينج هو بس كبداية لحتى نحن نلاقي منتجاتنا الرابحة وننتقل لمرحلة تانية اللي هي التريبيل سواء اذا كنت عم تبيع ببلد هو مال وبلدك فانت حتطر انك انت تحط المنتج تبعك بمخازن او اذا انت عندك ايجنت بالصين وهذا الاجنت عنده ويرهاوس بيعدد دول فانت بكل بساطة بتشتري ستوك وبتحطه عند طبعا هي الطريقة المثلة الطريقة البيست يعني هو اللي انا بستخدمها انك انت يكون هذا الشخص حتى لو انت بعت كان ويرهاوس لهذا الاجنت بالصين ولكن انت عم تحط مثل ما انك شايفون تحط البراند تبعك بتعمل الباكيجينج تبعك وتحط ستوك عنده فحيكون الامور جدا رائع بالنسبة لك طبعا انت از براند ستور اكيد ما هتبيع بهاي الاسعار اكيد يعني حتى الشخص اللي بيفود ويشتري من امازون عارف انه هون فيه صينيين وعم يتنافسوا يعني بيعرف انه هذا المنتج بيسوء اكتر من هيك تمام هلأ خلينا نشوف قديش عم يبيع هذا المنتج لحتى نشوف قديش بالضبط هلأ ما بدين هذا المنتج نزل بستة اتناش الفين اتنين وعشرين تمام يعني شهر تقريبا او اكتر من شهر بشوي المبيعات الشهري ستة وعشرين الف عم يبيع كل يوم مية وستين قطعة تمام هلأ بعد شهر بترجع بتلاقي عم يبيع ميتين وخمسين او تلاتميت قطعة ولكن يبيع المنتج على ما تراه في قطعة تانية بيع عشرة 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 البقية عشرة بس هذا اللون عم يبيعه بخمسة اللي بعتقد اللون الاسود ايثينك خين نزل لتحت نتأكد بس اللون الاسود عم يبيعه بخمسة باقي الالوان عم يبيعه بعشرة دولار بعد فترة بتلاقي عم يبيع الالوان الثانية او الكل عم بيع عشرين دولار فهلأ بداية هو بس بدي الفكرة ليش هو نرخصها للسعر بس لحتى يوصل للصفحات الاولى بمجرد ما هذا الشخص وصل للصفحة الاولى وارتفع الرنج تبعه فهو فورا حيرفع السعر وحيتنافس مع ناس تانين وحيبقى السعر تبعه وعلى فس ولكن هو هلأ لحتى يوصل للصفحة الاولى عم يبيع السعر فهذا الشيء انت ما لك على فيه بكل بساطة انت فيك تبيع المنتج بس 19.99 بتجيبه بأربعة او ثلاثة دولار وتبيعه على الاقل عشرين دولار في حالة تتحولت للبراند وصار براند تبعك مشهور اكيد انت فيك ترفع السعر للأربعة وعشرين دولار هذا كان احد المنتجات فيك كمان انت تروح وتشوف براند تانية او عفوا منتجات تانية هلأ شفنا منتج هون رابح حطينا شفنا منتج فوق هذا الرابح حطينا انا فين اكمل انزل وكمل للعشر منتجات هذا المنتج فكرة جديدة اوبغريدد عن الصندل العادي هذا الصندل محطوط عليه اضاءة بحيث انت اذا كنت بمكان معتم فيك تستخدم هاي الاضاءة بدون ما تستخدم ضوط جواريس هلأ الفكرة مربكة شوي او ما بعتقد الكل حيتقبله ولكن في ناس تحب السرعات تحب هاي الشغلات الجديدة فاذا انت احعاب انك انت تبدأ او تبدأ بهذا منتج طبع هذا المنتج هلأ حال لسه جديد على التيك توك بعد الاستماع الموجود ولكن انا اذا بدي اسحق كل هذول منافسين انا بكل بساطة بروح بجيب الشارك اللي انا عملت عليه مرة من فترة عملت المنتج الرابح للشارك الصندل اللي على شكل شارك ويضيف عليه هذا القطاع طبعا اذا بحاجة لديك رأس مال اوكي الحلو ان كنت اتميزت ان كنت اجبت شكل جديد منتج مطلوب باع منه مئات الاف القطاع المنتج اللي انا قلت لك عليه الشارك سليبرز فهيعمل نتائج جدا رائع اكتر من هذا المنتج ليش لانه الناس ما حتشوفوا بي اما زون وانه حتشوفوا بس عندك ولكن يجب ان يكون عندك رأس مال فاذا انت عندك رأس مال فيك تستسمر بهيك منتج الشارك سليبرز وفيك انت تضيف عليه هاي القطاع وحتعمل نتائج رائعة جدا اذا انت معك رأس مال تعمل هذه الخطوة هي الخطوة مجنونة ولكن رائعة جدا هلأ هون البيتس بعتقد البيتس سنقلب هايك وحتى نشوف نحن منتجات اغلب المنتجات بعتقد في شي منه جديد منه قديم ولكن اوكي خينيشوف هذا المنتج بعتقد هذا المنتج بشوف هايك منتج خينيشوف هذا المنتج شوه عبارة عن شو خينيشوف نفتح الفيديو لحتى نشوف هذا المنتج الجديد اوكي الفكرة مثل ما انه بالبيتس دائما فيه حلول دائما والناس بتبحث عن الحلول للحيوانات حلول الفكرة ولكن هناك بدائل كتير لقلة لا بمثال ونشوف نشوف قديم عم يبيع هلا المشكلة التي ستواجهك بهذا المنتج أنه هذا المنتج لا يناسب حلال الحنفيات او كل الصنبول لا يناسب الكل فاحتمال لا يكون مناسب 100 ولكن دائما يبيع بشكل عام هذا الشخص يبيع بكل سبعين ويجب أن تكون مهمة لا تنسى بالنسبة لي فأنا أغضى عن هذا الفكرة أنه لا أرجع كلها منتجات رابحة ومنتجات رابحة ومنتجات حتيما لا تنجح معك بشكل كبير فهذا المنتج لا أقرب عليه أبدا لأنه هناك بدائل كثير فأنت تنزل وتبحث كل شيء ترى هنا مثلا بيبي أنا أريد أن أرى بمجال البيبي هناك شيء نازل جديد هذا منتج جديد هذا منتج قديم ولكن هناك 35 فأنت كلما تنزل هذا منتج رائع جدا تمام كما ترى كلما أنت تنزل أكثر كلما أنت تجد منتجات أكثر تمام هذا منتج ثاني هذا المنتج نفتحه يعني شاهد الطفل سأعطيك تحليل لماذا نعمل هذا المنتج على شكل جهاز تحكم تبع التيفي لأنه الطفل أول شيء يركض عليه هو جهاز تحكم يبدأ عضوض فيه تمام لكنني أعتقد أن هذا المنتج يحتاج ليسنس بالبداية بالنسبة لك ولكن رائع جدا وبينغلى هذا المنتج يعني مثل عضادة تمام مثل ما ترى بدل ما يعض إيديه يعض على الجهاز فهو بدل ما يعض جهاز التحكم موجود في البيت فأنت تعطيه هذه القطعة ويعضها رائع جدا هذا المنتج أنا بالنسبة لي أبغامر بهذه المنتج لأنه منتج رائع ولو أنه لساته جديد وعليه بس 2.5 طبعا هو يرفعه أكثر لساته جديد من حالة لنشينج طبعا أنا كيف بعرف هذه الشرات لأنه أنا شغل بالأمازون فأنا أعرف لما نجيب منتج جديد هناك شيء اسمه مرحلة اللنشي لحتى أن تعمل لنش لمنتج يجب أن تبيعه بسعر أقل بنصف السعر لحتى أنت تبدأ الناس تتعرف على البرادة فـ 1500 قطعة بالشهر يعني ما له كثير كبير ولكن رائع جدا إذا أنا شخص مبتدئ بدي أبدأ بهذه القطعة لا تجد أن تجد أحد يبيع نفس المنتج فهذا الشخص فهيك منتج روعة بدل ما الطفل يستلم جهاز التحكم بيأخذ عضادة على شكل جهاز التحكم فهي الفكرة لما أنت تدور على منتجات بالأمازون مجانية حلوة بسيطة بتلاقي منتجات جديدة بتلاقي منتجات رابحة بتحلل السوق هناك فيك تشوف كم يبيعه فيك تشوف المبيعات اليومية الشهرية تشوف كل شيء كل شيء بيخص الأمازون فيه سوفت ويرز بتطلع لك المبيعات تطلع لك هاي الشغلات طبعا فيك تفوت بقلب النيتش فيه شيء اسمه السبنيتش يعني مثلا فيك النيتش البيبي فيك أنت تفوت على البيبي كير مثلا البيبي سيت الكار سيت الفيدينج المبيعات اليومية مثلا انا بدي انا بدي روح لسه للأمهات اللي عم يجي يعني للأمهات الامهات الي عم يرضعوا الامهات الي عندهم بيبي جديد مثلا هذا المنتج رائع جدا مثلا هذا المنتج منيح هذا المنتج بيرفكت للأم بالاخص الحوامل واللي يعني عندهم صعوبة بالنوم ويتقلبوا كتبوا بهي القصص فهيك منتجات رائع جدا كما ترون هذا المنتج رائع هذا المنتج يبقى درب شبنك اذا انت فيك بكل بساطة تروح بقلب النيتش بقلب المجال يعني بقلب المجال يسا تدخل بمجال بقلب المجال تمام هاي بيوصل لك حسنا نرى هذا المنتج انا هذا المنتج اول مرة بشوفه المنتج هو عبارة بعتاد الامازون بيهذا المنتج لا لا بنجي تمام هذا المنتج بيختلف عن كل هاي المنتجات الشيء اللي فاتني فيه انه ما بيشبهه ولا منتج موجود تحت اوكي شو الفكرة من هذا المنتج الفكرة من هذا المنتج انه بيساعد على الاسترخاء عن النوم بالاخص اوكي شوف النساء الحوامل وقت تكبر بطنهم ما بحب بيعتقد فيه منهم بيحبوا يناموا على بطنهم اوكي شو ولكن هذا المنتج يحل هذه المشكلة فالوجه سيكون هنا وبعده سيكون المكان البيبي لا أعتقد أنه حللت الموضوع صح ولكن دعونا نرى كيف يباع هذا المنتج هذا المنتج نزل بـ 24-10-2022 يعني لسهاتهم بمرحلة اللونشينج لسه كثير جديد أنا أعتقد أنه سترى هذا الفيديو سترى نتائج ثانية غير هذه النتائج أمشهور يعني أعتقد أنه سترى نتائج ثانية سترى نتائج ثانية سيرتفع أكثر ولكن كمان هناك شخص سترى نتائج فاحتمال لا نسب كل يعني ما نسب كل البيبي تمام أو البطن يعني البطن الموجود في ألو البيبي لا أعرف تماما هذا المنتج وهذه المشكلة التي يحلها حتى سعر 69 يعني وهنا سترى 49 وهنا سترى 69 طبعا نضغط هنا فقط نضغط هنا نضغط هنا فقط ثلاثة يعني هناك ثلاثة أمازون ثلاثة ثلاثة لا يوجد أن الشخص يغير هذا الرقم وهنا نفس الشيء يعتقد هنا أكثر هنا يقوم بأطاع أكثر وهنا كمان تقريبا أيضا هذا المنتج كمان فكرة فيك أنت تشوف أفكار تانية يعني تكتب اسم هذا المنتج تأخذ الاسم تشيل أمازون هاي مثلا تكتب هاي هاي الكلمة وتروح فيها على العليكس بريس وتأخذ أفكار تانية يمكن تلاقي منتج لسا أحسن من هذا المنتج مثلا أوكي فهي كانت كل الطرق المجانية لحتى أن تبدأ بالشوبيفاي هلأ بدنا نروح للطرق المدفوعة هلأ مبدئيا أنا اخترت لك يعني بناء على تجربتي أنا مجرب كل السوفتوير وجربت كل الأدوات مبدئيا أنا آخر سنة عم أشتغل بأداتين فقط وهذه الأداتين هلأ سأشرح لك كيف يمكن أن تستخدمهم وكيف يمكن أن تطلع منتجات رابحة وكيف يمكن أن تطلع منتجات رابحة لأول مرة هلأ سأتحدث عن موضوع نزل به بالأخص بهذه الأدات في أدات جديدة نازلة ثلاث شغلات جديدة سأتحدث عنهم وأنا متأكد مليون بالمئة لأنه هلن نازلين جديد ستسمع عنهم أول مرة طبعا هذه الأدات بكل بساطة تجربها بثلاثة أيام بواحد دولار تبدأ بخطة سبعة وسبعين دولار لحتى أن تصل تبدأ من أرخص شيء لحتى أنت بعد ما تعمل وتبحث عن متجات ثانية وفيك تتطور وتأخذها بشكل سنوي طبعا كلما زادت المدة كلما كانت الأدات هذه الأرخص بالنسبة لك أنا بالنسبة لي كوني أنا أبحث بشكل يومي عن المنتجات فأنا أستخدم بأخذ هذه الخطة بشكل سنوي وحتى الأدات الثانية هلأ هذه الأدات في ورشة عمل كاملة أنا حكي فيها بالقناة تبعي كيف تستخدم هذه الأدات ولكن من قبل كان موجود تيك توك وكان موجود وينيك هلأ هذه جديدة وفي عنا التوب برودكتس وفي عنا نيو برودكتس والتوب ستور إذا أنت حابب تتعرف أكتر كيف تستخدم هذه الخاصية رجاء على فيديو ورشة عمل بتلاقيه بالقائمة ورشة عمل بحث عن منتج تشوف هذا الفيديو وتشوف كيف فيك تتلاقي منتجات رابحة ولكن أنا بما أنه شرحت عنا قبل هذه المرة فحنبدأ بشي تاني تمام اللي هي البرودكت سيرش هلأ هاي الأداة مبدئيا إذا أنت حابب تروج عن طريق تيك توك رقم واحد إذا أنت حاطط كل اهتمامك بالتيك توك أنت ماء لك غينة عن هاي الأداة المحتوى اللي إحنا بحثنا بالتيك توك بحثنا عن ناس عملوا كونتنت مجاني ولكن هون أنت حتشوف شي تاني الناس اللي عم تدفع مصاري لحتى تطلع نتائج يعني الناس اللي عم تعمل حملات تسويقية يعني نحن هلأ هنبحث عن كل البرندات اللي عملين حملات تسويقية لمنتجات دروب شيفينج وعملين مليونز عالمين هلأ هورجيك برندات عاملين ملايين هلأ أحسن وأسهل طريقة لحتى نحن نلاقي منتج بكل سهولة طبعا هون أنت هونيك يمكن بدك يومين أو ثلاثة إلى حتى تلاقي عشر منتجات رابحة هون بدايتين تلاقي مئات بكل بساطة شوف شو هنعمل أول شي نحن هنختار البلد نحن نبيع فيها أنا بدي بيع مثال أمدي بيع باليونيت ستيت مثلا أنا بدي بيع بأكبر دولة مثلا أنا غيرت رأيي لأننا أخذنا بريطانيا وأخذنا أخذنا 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 اليونيت ستيت أنا بدي بيع بدي مهتم بالناس اللي بيعوا على منصة الشوبيفاي هلأ الكاتيكوري فينا أنا أختار شي معين ولكن أنا بحب أني أنا خليها مفتوحة لحتى أنا يطلع لي أكبر عدد ممكن تطلع لي أفكار جديدة تمام الامبريشينز أنا فيني خليها من المئة ألف فيك تبلش من خمسين ألف ولكن كمان الأحسن أنك تبدأ من المئة ألف اللايك ريت يفضل على الأقل واحد بالمئة تمام هلأ مننزل لتحت وتبلش هلأ هون تطلع لنا منتجات عاملة نتائج قوية جدا جدا مثلا مثل هذا حاليا الفلنتين قريب هيك منتج طبعا أنا لم أستطيع تبيع هذا المنتج لأنه هذا المنتج هلأ كل الستورز تبيع منه حتكون فيه تنافس وحيكون فيه تنافس شديد جدا أنت ما في داعي أنك تدخل بهي المعمعة وتضيع فلوسك فأنت شو ستعمل ستختار المنتجات الثانية مثلا مثل هذا المنتج هذا المنتج الذي يقوي أعصاب الإيدين تمام؟ هذا المنتج رائع جدا جدا مواصلة 150 ألف أربعة فاصلة أمانة ألف لايك ثلاثة فاصلة ثلاثة لايك ريت أوكي هذا بالنسبة لي أنا أحقق المعايير اللي أنا بديها هذا المنتج بحلم مشكلة هذا المنتج جديد هذا المنتج واو فاكتور هذا المنتج عليه لايك عالي فهذا وعليه 43 آدس شي مخيف حسنا تخيل 43 آدس يعملون لهذا المنتج هذا المنتج هذا المنتج أنا بالنسبة لي فأنا أضع هذا المنتج باللست لا يمكن أن تضع لست بكل بساطة تعمل هون تعمل هون المنتج لا يمكن أن تعمل جوجل شيتس حسنا ننزل لتحت هذا المنتج ثاني هذا المنتج ثلاثين آدس وصل إلى 250 ألف ثلاثة ثلاثة لايك انترستينغ كمان بأخذ هذا المنتج رائع جدا هذا المنتج خاف العيوب أنا بسميه أنه حتى الشخص اللي عنده تاتوي بكل بساطة يستخدم هذا الباودر ويختفي التاتوي أوكي التاتوي هذا منتج ثالث مئتين وخمسة وسبعين ألف ثلاثة انتبه لك ترى الأرقام المرعبة مثل هذا مثل هذا حتى لو وصل إلى ثلاثة مليون أول شيء هو كريم أنا لا أدخل بالكوزماتيك الشغلة الثانية علاء بالعين شغلتين بس أربعة لا ترى ترى هذا هون هذا المنتج رجعنا نزل إلى تحت رجعنا نزل إلى تحت هذا البرند غير هذا البرند تمام هلأ ما هو الاستنتاج أنه أنا شفت هذا المنتج لسا ما نزلت سطرين شفته ثلاث مرات خلاص أنا هذا بالنسبة لي أنا إذا كنت أريد أن أفعل تست سأفعل هذا مثلا هذا سيكون من أول ثلاثة منتجات سأفعل تست هون منتج هذا المنتج سأفعل تحت ما هو أفعل تحت منتجات من تحت السيارة تمام المنتج رائع جدا و تيك توق هذا منتج تيك توق بحث و هذا منتج تيك توق هذا تيك توق تيك توق فيسبوك و لكن هذا المنتج أكثر تيك توق هلأ ننزل نروح إذا كنت بخطة مكا أنت برو ستطلع لك كل هذه النتائج ولكن بكل أحوال ستطلع لك نتائج رائع مثل ما شفت من أول صفحة أنت وجدت منتج رابح هذا منتج رابح ولكن هذا فقط للفالنتين بعد الفالنتين ستكون أمور شوية صعبة هذا منتج رابح هذا منتج مزيل شعر تمام؟ هذا منتج رابح جدا عشرين آد ثلاثة مليون بلوت سبيكر رائع جدا ومثل ما ترى هاي كواليتي تمام؟ وسعره ممتاز وحتى الهام شروع ممتاز شوف هذا المنتج ركز معي خلي نشوف هذا المنتج الناس بتتبيع البيتس شوف إذا فتحنا هذا المنتج سوف فتح لك الآن منتجات ثانية ستشوف كثير منتجات ولكن أنا بدي أحاول إمكاني أن أرجيك أكبر عدد ممكن من المنتجات الرابحة حتى داخت فكرة هذا المنتج بكل بساطة شو هو؟ هو عبارة عن هذا الوعاء اللي يشرف فيه الدك مي شوف هذا الوعاء العادي هذا بأي لحظة ممكن ينكب ويوقع ويعمل مشكلة ولكن هذا لازم الكلب يضغط بأنفه لحتى تطلع المي شايف؟ مثل ماك شايف يعني هذا الشيء بالنسبة للإختراع هذا هذا إختراع بالنسبة لي تمام؟ ومنتج رائع جدا 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 وشيرز ولايكس وهي قصص كله فهون بتعرف أن هذا المنتج رابح جماعة البيت إذا أنت عندك متجر تخذ هذا المنتج وبيعه فورا بمتجرك أوكي بتنزم هذا منتج ثاني رائع جدا 77 أدس نروح على الصفحة الثانية أنا متأكد وأنا واثق من كلامي مستحيل تطلع من صفحة لأنت ما تلاقي على الأقل على الأقل خمس منتجات رابحة لذلك أنا وقتلي بعطيك أداة صدقني أنا واثق مستحيل أنا نزل فيديو أو أحكي عن أداة بقناتي إلا ما يكون مطلع منه النتائج عامل رزلت قوية جدا وحتى بتوصل لمرحلة من نظرة بتعرف المنتج هذا منتج أنا أتحدث عنه من قبل 8 أدس 35 مليون هذا منتج ثاني اللي اسمه The Exfoliating Gloves كمان منتج رائع جدا 3 مليون 26 أدس بعد عن كوزماتيك هون هذا منتج رائع كمان 38 أدس هذا منتج شوف جينا إلى هنا The JMIX 222 أدس هل أنت متخيل؟ كمان هذا الشخص يدفع يوميا إذا كنت نفكر ألف دولار يعني أنا أعتقد هذا الرقم قليل 222 أدس أوكي 3.2 مليون Like Rate رائع جدا ما هذا المنتج يا محمد؟ هذا المنتج بكل بساطة هو عبارة عن أنت بتحط البروتين والماء بدل ما أنت تحرك 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 فبكل بساطة يأتي هذا المنتج تفرج بس تحط طبعا هون عاملين لك يا هوني كيف أنت لازم يعملوا حركات لحتى يلفت والنظر فشايف؟ أنت ما بدأت تعمل شيء أبدا هو بيعمل كل شيء بسواني بدل ما أنت تعمل تحرك الكوب العادي إلى 10 أو 15 دقيقة هذا بيسواني يحل لك المنتج منتج يحل المشكلة وسهل وبسيط وهذا المنتج أنا بالنسبة لي قبل تيك توك بروح فيه مع الانفلونسر بروح مع الفتنس الانفلونسر الذين يعملوا فتنس وبعطيهم هذا المنتج وبعمل كونتنت رائع جدا حتى أنا فيني يدير هذا الكونتنت بكل مواقع التواصل اجتماعي هذا المنتج يعني بكل بساطة بيوصل لعشر مبيعات بشكل يومي بكل سهولة ولكن في شيء جدا مهم إذا كنت تبيع هذا المنتج لازم أنت تنافس براند مثل هذا اللي شفته هذا براند يعني هذا واصل كثير لحتى أن تتفوق على هايك شخص لازم أنت تجيب عرض جدا قوي هذا المنتج حكينا عنه من قبل كمنتج ناجح هذا المنتج اللي أنا تنبأت له أول ما نزل هذا المنتج أنا تنبأت لهذا المنتج والناس اللي إذا كنت من الأشخاص اللي حضروا هذا الفيديو وانتبهت لسه كان المنتج عليه أربعة خمسة أوردر بس حتى بالعلي إكس بريس علي أربعة خمسة أوردر وأنا قلت أنه هذا المنتج سيكون من أكثر المنتجات مبيعة بالشتة وبالفعل هذا المنتج هو أحد هذا أحد البراند اللي عم بيعه عنده خمسة عشر آد ووصل لسبعة مليون وعم بيعه تسعة وثلاثين طبعا تجيبه أقل من عشر دولار على العلي إكس بريس هذا المنتج قبل شوي فمثل ما قلت لك كلمة هذه الأداة سحر يعني أنا إذا بحكي ساعتين أو ثلاث ساعة عن هذه الأداة فأنا ما بو فيها حق ولا واحد بالمئة لماذا؟ لأن هذه الأداة أنا بالنسبة لي هي كنز هذه الأداة يعني اللي عمت لي نقلة نوعية بالتيك توك حصرا بالتيك توك هذه الأداة عمت لي نقلة نوعية لأن هذه الأداة هي اللي عرفتني على كل المنتجات الرابحة وعرفتني على كل براندس الثانية وكيف في كنت تعمل شيء أحسن منهم حسنا الوينيك بروتكتس الوينيك بروتكتس هي عبارة عن بذل ما أنت طبعا هو يفضل أكيد أن كنت تتدور بنفسك ولكن هون عم يقول لك إذا أنت مالك حار تتعذب في كنت تتلاقي المنتج مثل هذا المنتج نحن شفنا قبل شوية حكينا عنه باي ذوي شايف هذا هو المنتج شفت بأوي أعصاب الإيد وبيطلع العروق اللي موجودة فيه ناس بتحب إيد تكون العروق الظاهرة مثل ماك شايف شفت اللي هون هي العروق الظاهرة فيه ناس بتحب هيك تمام بالخصص الناس اللي بيعنون الجيم وهذا منتج ثاني كمان نحن شفنا اللي اتلك عليه اللي هو عبارة عن سبيكر منتج رائع جدا هاي كواليتي شكله مميز كثير الجولد روز هذا عامل كثير تأثير يعني هذا الشباب والصبايا هيك قطعة أنا متأكد مستعد انه يتدين ويشتري من متجرك هذا المنتج لانه هذا المنتج بقيمة كثير كبيرة بالنسبة بالخصص للأعمار من بين الـ 18 و ماكس 30 بيحبوا كثير هاي المنتجات هاي 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 حانت هذا الاشياء من قبل موجود لم يجب إذا كنا ويصبح الأمر مما يوجد موجود محمد هنا يا صديقي هنا الـ TOP عن تيك توك لا ستجد مكانا أولا الأن سأخبر من الآخر بالإضافة الـ New كل شيء منتج جديد موجود هنا الـ TOP من أكبر المتاجر التي تعمل المبيعات بالنسبة للي هذه الشغلات تساوي أكثر من قيمة كل هذه المنصة هذه الشغلات التي تنزلت جديدة لو كانت يصدقني هذا الرقم ولا شيء الواحد دولار أو السبعة وسبعين دولار بالشهر مثلا واحد دولار ثلاثة ايام أو سبعة وسبعين دولار بالشهر ولا شيء بالنسبة للمبيعات التي ترى نبدأ فيهم واحدة واحدة ملاحظة الشيء اللي انت تسمعه هلأ الشيء اللي انا عم يشرحه هلأ هو لأول مرة على اليوتيوب بشكل كامل ما حدا لسه على اليوتيوب حكاء عن هذه الشغلات حصري بهاي القناة لذلك مثل ما قدت لك مكشور انك انت تنشر هذا المحتوى مع الناس اللي لسه ما لوا عارفين كيف يبدأون الناس اللي يعني انا بتصلنا كثير رسائل اوكي محمد احنا اشترينا كورسات وللأسف هاي الكورسات دفعنا الاف الدولارات واكتشفنا بعدين انه الكورس تبعك فيه ومحتوى اكبر بكتير يعني اتصور انا بمحتوى مجاني عم اعطيك هي قيمة خيل لو انا بدي اعطيك محتوى مدفوع قديش هتكون قيمة كتير كبيرة اوكي الفكرة هون بهذا البزنس مو انك انت انك انت تتعلم تبيع عشر مبيعات عشرين مبيعات طلع الف الفين عشر تلاف دولار بشهر الفكرة انك انت عم تتعلم بزنس هذا البزنس هو المستقبل تمام يعني فيه شيء اعمق بكتير من انك انت تعمل رزلت قوية تمام فاذا انت بس كنت عم تبحث عن النتائج صدقني بعتقد هذا البزنس ما حيال بقلك كتير ولكن اذا انت كنت عم تبحث عن التعلم وعن الخبرة وعن النتائج وعن كل شيء بشكل متكامل فهذا البزنس بالنسبة لك خلنا نبليش بالتوب برودكتس هلا اللي حتفاجأ فيه انك حتلاقي منتجات نحن حكينا عنها مثلا هذا المنتج رقم واحد هذا المنتج رقم اثنين هذا المنتج رقم اثنين هذا المنتج رقم اثنين يعني عن الويكس عن الشو بي فاي عن وو كوميرس احنا بشو حنعمل حتى نختصر على حالنا نضغط بس شو بي فاي تمام هاي الستورز اللي موجودة هون كل شو بي فاي تمام كما انك شايف في حتلاقي كوزماتيك كتير هذا المنتج انا عملت على ستور وحكينا عنه وعملنا هذا الستور الاشخاص اللي يتذكروا هذا الفيديو وهذا المنتج كمان حكينا عنه فحتشوف منتجات رائعة جدا 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 طبعا هون فيك تعمل الشو بلوكه تعمل مربوكه تعمل growth rate وهي شغلات كلي هذا الويكلي رنكينج שהشو قوي جدا حتى الكنتري مثلا انا بدي انا بدي اعرف مين اخوة عطوني اقوة في الامارات اخي انا بدي افتح ستور بالامارات اليوم اعطوني اقوة منتج هذا اهتمام يكون اهتمام اللي يكون في عندهم ستوك نزيل يعني تصور يعني هيك اداة انت هلأ انت عايش بالامارات بالمناسبة اكتب لي تحب التعليقات انت باي بلد عايش يعني تصور انت هلأ عايش بالامارات انت هلأ بس من هذا الكورسر تعرف انه هذا اقوى منتج حاليا بالامارات اوكي الرنك رقم واحد وصل لتنين مليون هون بيجيكم التاني هذا يعني شي شي طبع شوف قديش هذا الـ Growth Rate قديش هذا مرتفع 183 بالمية هذا ما انا مرتفع بس بشكل يعني هذا لساته محافظ على نفس المستوى هذا محافظ على نفس المستوى هذا مرتفع بشكل ما اناه 50 بالمية هون 3 بالمية مثل ما اناك شايف 44 بالمية واحد بالمية هذا حيرتفع على تسعة وثلاثين بالمية شوف هون تسعة وثلاثين بالمية مرتفع مثل ما نزلتك هون بس صفحات لانه تعرفت بالامارات ما بعتقد فيه كثير منافسة ما فيه منافسة منافسة ضعيفة جدا اوكي مثل ما اناك شايف هاي كل المنتجات هذا منتج رائع جدا هذا منتج عبارة عن الربش يعني هاي المكان تحط فيه القمامة ولكن بشكل حضاري جدا خلي نفتح لك حتى تشوفها حتى تعرف انا شو عم حكيه يعني انا هذا الفيديو الكورس طال عشر ساعات صدقني انا هكون مبسوط لانه كل ديئة بهذا الفيديو فيه قيمة جدا عالية بالمجابة انت تكون عندك منتج رابح انحلت مشكلة التسويق انحلت المتجر يعني حتى انت يعني انا هبني متجر بعدين هلأ بالفقرة اللي هتشوفها اللي هتشوفها هبني متجر بثيم مجانية مية بالمية وهي الثيم ستعمل فيه ثيم مجانية عام لنتاج اكتر بكتير من ثيم مدفوعة اوكي فما لعلاء اذا انت كنت تستخدم ثيم مدفوعة او مجانية الفكرة بالمنتج اوكي اوكي هلأ منظر من الناس نلاقي هون مثلا خلينا ناخد بلد ثاني اوكي هنضغط هون ونختار بلد نعمل انشيك هون ونختار بلد ثاني لنفرض هلأ حتى في هون العراق بس ما معتقد ان تلاقي نتائج كبيرة هنا في تركيا في الكويت يمن بس ما معتقد ان تلاقي كتير نتائج قوية لانه اوكي ساودي اريبيا انترستنك انترستنك كمان نلاقي هذا المنتج رقم واحد هذا رقم اثنين فانت شو اوكي انا شو هلأ فهمت انا فهمت ان هذول الاثنين عم يبيعوا بالامارات وعم يبيعوا بالسعودية تمام وهذا المنتج نفس الشي ومتلاقي منتجات تانية هذا منتج نفس الشي فينا قبل خلينا نروح على بلد مثلا 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 اوكي انا بديعرف بامريكا او مثلا خلينا خلينا نروح على بلد ثاني اللي هو اليونيتد كينغدوم اللي اغلبنا هلأ مثلا كنت مبتدئ كنت مبتدئ الكوزماتيك محتى الاول اربعة تمام هنا الخامس السادس هذا الثامن تمام تمام فمتلا ما رأيك هذا المنتج رائع جدا كمان حكينا عنه هذا المنتج كمان حقق نتائج قوية جدا مثلا ما رأيك هايك انت بتبحث عن منتجات قوية جدا هذا المنتج رائع جدا كمان حكيت عنه بأقوى مية منتج وهذا المنتج حكيت عنه فاغلب المنتجات اللي انت بتشوفه هون انا حكي عنها من قبل لانه انا مثل ما قتلك تعرف انه هاي المنتجات نحنا مجاربين وعمليها تست او حتى نمتنبئة بمستقبل اوكي هون في شيء انترستين ركز معي هذا المنتج المنتج الاساسي منه هو ايربوتس ماكس لشركة ابل المنتج سعره تقريبا حوالي 500 دولار ولكن هون في شيء هاي كوليتي تفرج علبة رائعة شوف الشيشي خرافي جدا بسعر 30 باوند بس طبعا انت بتاخده بسعر الكتير من الاليكسبرس مليون ثلاثمية هون ست ست ايام وصل ل مليون ثلاثمية تمام فهذا منتج انا كمان بشيله فورا بحطه من ضمن الثلاثة اللي انا حبيع يعني انا ساختاره من ضمن الثلاثة اللي انا سابني عليه المتجر اوكي سو هل خلصنا من الخلصنا من خلصنا من التوب برودكتس هلنا هنروح على نيو برودكتس هون هنشوف منتجات جديدة هنشوف منتجات جديدة موجودة هلنا هيتطلع كثير كوزماتيك هيتطلع كثير شيء هير كير هير ليس وهي الأصص هلنا هنبدئيا بروح الشو بي فاي فورا انا ما عندي ولا هذو احد هتشتغل بس بالشو بي فاي تمام هاي منتج جديد اوكي هذا المنتج رائع اخينا ارجوك هذا المنتج لان هذا المنتج يو اس بي هير ليس تخيل يعني صبية موظفة متاخرع الشغل فيها تستخدم هذا المنتج بالسيارة اوكي مثل ما راك شايف كل بساطة تحط باليو اس بي شغال رائع جدا منتج رائع وطبعا هذا اللي يعمل هو خاص بهذا المنتج تمام انت ممكن استعمال خاص بهك تحط علامة مائية كمان كل سهولة منتج رائع جدا وصل للمليونز او 2 مليون وطبعا هذا اكتر شيء هذا اكتر شيء وصل طبعا انت فيك كل بساطة بروح انا هذا جاي 2 مليون بيعمل شيء قريب عليه اوكي بصور هذا الفيديو بسيارة مثلا او عطيه لانفلونسر ستصور لي هذا الفيديو خلنا نشوف صفحة المنتج انترستنج هذا انا كمان بحطه من ضمن الثلاث منتجات اللي انا هعمل مثلا اللي انا هفين اعملهم تست مثلا مثلا ماك شايف براندد ستور سيمبل بسيط سهل ما في عجاء ابدا ما في كتير صور علي اكس بريس لا بكل بساطة يعني عاملينه بطريقة احترافية جدا وعملي باندل كمان فيك تشتري شيء ثاني تمام هذا التسويق تمام طبعا هون في اعطيك قرديد ثلاثين يوم والشبنج هون كمان فيك تقرأ عن الشبنج مثلا هون كانت بي لك انه يوصل ليوم او يومين بعد ما قدتت البروسيسنج تايم ستتوصل على الترايكينج ولكن من ثمانه لاثنعشر يوم شوف هذا متجر دروب شبنج هلأ انت بالبداية قلت له هذا اكيد براند هذا اكيد هن عندهم ستوك شوف من ثمانه لاثنعشر بزنس داي يعني احتمال يوصل هذا لخمسة وعشرين يوم اذا نحن نحسب السبت الاحد لحتى انت تحصل على هذا المنتج الناس ما عندها مشكلة الناس شايف منتج وبراند ستور براند ستور اكيد ستشتري بيفور افتر شايف هاي الشغلات تلعب دور هون كمان حاكين هون يعني عملي لك الريفيوز هاي القصص كده طبعا هون هون هاي خلينا نفتح هون بس نشوف طبعا البيبي سباي هاي هي موجودة بنفس النجعة لهون شايف هون فيك تتلاقي هون بنفس الاداة هي تابعة لاداة البيبي اتس اوكي يعني هي موجودة هي البيبي اتس تمام خلينا نشوف او فيك تروح تكتب جوجل كروم اكستنشن وتكتب بيبي سباي اوكي بتطلع لك اوكي من تسعة وثلاثين دقيقة شفنا هذا المنتج من ساعتين شفنا من ساعتين شفنا اوكي فانا شو بعمل هون شفت ثلاث مرات اوكي شو بعمل انا هون بخلي هاي الصفحة مفتوعة وبنتقل صفحة ثانية وبنطر النتاج تمانية من عشرة تداي تراكينج ليفت اوكي تمانية من عشرة تماما فانا شغالتون هون هون بيحسب لك مثلا قدش انت بتفتح لا دقيقة ميمية ولكن تعطيك نتائج حلوة تمام يعني على الاقل بتتأكد ان هذا المنتج رابح سو هاي كانت طريقة ثانية اللي احنا حكينا عنها دقيقة نسكر هاي ونسكر هاي ونسكر الامازول ما عبدنا يا هون خلينا نرجع لهون يعني انت اللي عم تتعامل معي بهذا الكورس كان انه انا عم نبحث عن منتج لنفسي تمام فالحلو موضوع انه نطلع من هذا انه انت متل متل معلم وطالب لا لا يعني انا بالنسبة لي انت انه انت عم نبحث عن المنتج مع بعض تمام فهلأ نحنا خلصنا من نيو برودكت فيك تختار البلد بدك يا كمان كالعادل كونتري فيك تختار المبريشنز مثلا اخر سبعة ايام اما بدي اخر شهر بدي اخر سبعة ايام مشيلي الاخر شهر اعطيني بس اخر سبعة ايام اوكي هاي اخر سبعة ايام هذا المنتج شتوي هلأ حاليا الموسم المنتج تبعنا من نفس القائمة فانا اتطمنت هلأ تمام انه هذا المنتج اوكي ويتامنت خلينا نشوف انت ليك للك شغل انا مستحيل شوف منتج يعني بيلفتلي نظر وما افتح فورا تمام شوف هذا المنتج هذا المنتج عبارة عن شايف هذا القديم اللي بيعمل الرموش تمام للصبايا هذا جاي مع مثل بيحمي بيحمى شوي وبعد نحط عرمج فبيعمله مثل شألة لفوق موعبت منها تكون وصل لك فكرة الصبايا بعتقد هذا المنتج هذا المنتج العادي هذا المنتج العادي هذا المنتج العادي تمام تمام المنتج السعره حوالي 6-7 دولار بعتقد على اليكس بريس وينباع حوالي 23 دولار اوكي يعني شيرز رح يوصلوا ألف كومنتس رح يوصلوا ألف لايكس 200 ألف رح يوصلوا ثلاثة مليون بيرفكت هيك منتج كمان أنا بعطيها أو أنا كمان يعني بضمهم بين المنتجات الأولى اللي أنا بدي أعملها تستينج تمام هلا خلينا نطلع من هذا المنتج خلينا نطلع من هذا القسم ونروح على توب ستورج ركز معي هون هون نحنا بكل بساطة هنجيب توب ستورج اللي شغالين وعملين إعلانات على تيك توك وعن طريق الشوي فاي يعني منصر عنده منصر شوي فاي وعم يعملون إعلانات عن طريق تيك توك هذا أول عنده 17 أدس أوكي الإمبرشنز واصل 14 مليون نفتح نحنا ونشوف شو عم يبيع هذا الشخص تمام؟ هذول الناس أنا بدي أعجب كمان تدخل يعني هاي الأداة اللي نضافت هاي الجديد هاي قوية جدا 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 بتخوف تمام؟ نفكر بها هذا المنتج كمان متج شوك عم يباع باليونيتد ستيت هل ترون؟ هذا بكل بساطة أنا فين أخذ هاي الفكرة أوكي محمد أنا بدي كونتنت أنا ما معي كونتنت ما بدي أشتري كونتنت أنا بكل بساطة شوف شو بيع تعمل بتجي لهون بتشوف اد إمبرشنز أوكي بتعطيني أقوة واحد عطيني أقوة واحد أوكي فأنا واصلة 58 مليون تمام؟ شو بيع من أنا هون بفتحه تمام؟ وبشوف ما في حدا طالع بالفيديو ما في عارض أزياء طرفي ما في حدا مشهور طالع بالفيديو يعني بكل بساطة أنا شو بعمل هون بضغط هون على داونلود شايف؟ وصار عندي الفيديو هذا أنا أول فيديو هعمل تستنك وهذا أول فيديو هجب لي مبيعات وأمشور هذا الفيديو اللي أنا نزلته هلأ إذا أنت بتشغل عليه الإعلام بتعمل عليه نتائج بكل سهولة طلق قيمة الوضر واصلة من 10 تالاف هذا التقييم من 10 تالاف لل 60 ألف هذا الرقم مخيف جدا تصور أوكي هذا أول هذا نحن نشوف الثاني 10 مليون أوكي هذا البرند الشو بي فاي سنتأكد أي شيء أنه يبيع منتج دروب شابينغ وبعدها سنتأكد أنه طبعا هو على منصة شو بي فاي أوكي طبعا هون تشوف الترافيك تفرش تفرش ترافيك ترافيك هذا المنتج أول مرة ترافيك هذا المنتج أول مرة ترافيك منصة سريع هذا الأشخاص يعملون لفترة طويلة رائع جدا منتج قوي أكيد هناك تسخين ونصف 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 ترافيك سوف نفتح صفحة المنتج نتفرج على هذا ال ستور طبعا هلأ أكيد سترى برند ستور بشكل قوي مخيف تفرج يعني ولا أروع من هكي أوكي فورا نضع لك 2 قاعدين وانت فورا هلأ سيختار لك لما أحضر نتفلك أو أحضر نتفلك أو أحضر الإكس بوكس يجب أن يكون لدي هذا المنتج شاهدت كيف هون أخذوك أخذوك لعالم ثاني لتسويق ثاني خلوك تضطر أنك تفرج شاهد أدما التوى وأدما تحرك لا توقع الكاسة هذا الشيء مخيف جدا يعني صدقني طبعا هذا المنتج طبعا هنا أكيد وحطي لك اسم المنتج نفسه خلوك نروح لحتى نشوف البروداكت بيش اه اوكي بعتقد أطلعنا شيء ثاني اه صفحة المنتج نفسه ما لقيناها خلونا نرجع بعتقد نحن فتحنا منتج ثاني خلونا نروح للشوب لحتى نشوف كيفية المنتجات طبعا اه بعتقد هذو المنتج اوكي هذا هو المنتج عني 248 ريفيو حقه تقريبا تسعين دولار او 89 دولار 80 دولار مد بين 80 و 90 دولار اوكي تفرج اه يعني الصفحة جدا سيمبل ولكن شايف هون هاو تيوز انا بيعشع شي اسمه هون بيعشع اشوف هاي الشغلات كله اوكي عندهم ثماني برودكت اشوف اللايف سيل مخيف من واحد وعشرين داية من ثلاث ساعات من 14 ساعة من 15 ساعة من يوم طبعا هلا تستنى تلاقي اربع خمس مبيعات اجه بالساعة اوكي رائع جدا هذا المنتج هذا المنتج يعني انا بعتقد اه فيه كتب بكل بساطة تبني يعني تبني امبراطورية كاملة بمتجر بس من منتج واحد تمام بهيك منتج طبعا هنه مسمينه اسم تاني لحتى انت ما تروح تلاقي طبعا حتى تترجمت هذا الاسم بالعروية ما هتلاقي له معنا اوكي ثو هيك كانت الخطوة اللي انا سعيد جدا اني عم شاركة معك واني انا عم علمك هاي الشغلات الجديدة واللي انا متأكد مليون بالمئة انت ما هتلاقيه مكان تاني ولا بيادات تانية توب برودكت نيو برودكت توب ستور يعني تخيل انا متأكد فيك انت تقعد ساعات ساعة و ساعتين و عشر ساعات وانت عم تبحس هون و عم تتفرج رح تصوي الخبير يعني ستطلع من هون انت عندك خبرة بالمتهاجر عندك خبرة بالمنتجات عندك خبرة بالتسويق عندك خبرة بالإعلانات عندك خبرة بال الو جي سي الفيديوز يعني هون بحر انا بالنسبة لي اني انا حط اشتراك شهري سبعين دولار او مئة وخمسين دولار ولا انه انا روح جرب منتجات و ضيع هاي المنتجات و ضيع هاي المسلا الرأس المال كله على انا عم جرب منتج وراء منتج بينما هون بكل بساطة هذا المنتج رقم واحد و عم يقل لك اوكي خود الكونتنت وعمل يعني متجر وانطلق فون هذا الامور سهلة ولكن هناك ناس تحب تصعبه على نفسها موضوع جدا سهل الوقت احيانا يأخذ وقت ولكن موضوع جدا سهل فهلا نحن نحن نعمل هذه سنفعل هذا نجد حتى غير موضوع جيد ما يمكن ان تزعجنا وอ ресورنا لان انا مركز معك نغير كل شيء بالنسبة لي أريد أن توقف كل شيء توقف تتفرج على شيء ثاني وركز فقط بهذا الفيديو نحن بالنسبة لي هذا أهم قسم بالكورس كامل لماذا؟ لأنني أريد أن أتحدث عن أداة هذه الأداة بالنسبة لي بالدروب شفينج هي بالنسبة لي هي أيدي اليمين لماذا؟ لأن هذه الأداة أنا أستخدمها لكل شيء يستخدمها للإعلانات يستخدمها للتسويق حتى ترى المتاجر الثانية يستخدمها بالفيسبوك بالبنترست بالتيك توك بالسناب شات مع المؤسرين يستخدمها بشكل أداة شاملة هذه الأداة بالنسبة لي بالنسبة للدروب شفينج هي الأداة رقم واحد كشاملة كأداة شاملة بالنسبة للدروب شفينج بالفعل أثبتت فعاليتها وسعرها معقول جدا هي أداة بسيطة وفيك كما تبدأ فيها فور فري ولكن ما ستعطيك نتائج قوية وفيك أنت تشترك فيها اشتراكها بسيط جدا طبعا أنت فيك تاخدها بس لشهر واحد أو لثلتة شهر ماكس الاشتراك فيها هذا الحيلزبك مبدئيا فيك أنت تاخد هذا في حال إذا كنت تحابب أنك تعمل عدة متاجر في حال أنك أنت تعمل مجال كتير كبير أنا بنصحك أنك تاخد هاي البريميوم ولكن إذا كنت كنت لسه مبدئ جديد كنت ببساطة تبلش بالستارتر 49 يورو بالشهر ولكن أنا جبت لك خصم رائع جدا خصم للتشور كاملة فيك تلاقي اللينك بالدسكريبشن محطوط فهذا اللينك فيك أنت من خلاله تحط الكود الخاص فيني أنا ونخلال هذا الكود فيك أنت تاخد 30 بالمئة خصم على هاي الأداة الأداة أنا حكيت عنها قبل المرة ولكن هذا القسم أنا سأغطي بشكل شامل لأنه نحن هلأ بكورس وطبعا الكورس شي طبيعي جدا أنه أنت تفصل كل شي بالتفصيل وحتى لو أخذ وقت الفائدة أنك أنت تستفاد أكتر يعني مثلا أعطيك مثال شو الفائدة بدل ما أنت مثلا تاخد هاي الأداة وبلش تجرب لوحدك وما تعرف كيف إذا أنت بتخلي هذا الفيديو مثل مرجعية لألك فيك بأي وقت ترجع له لحتى أنت تتعلم الستراتيجيز لحتى أنت تعرف بدل ما أنت بس تستهدف منصة واحدة تستهدف عدة منصات الفكرة لألك شغلة إذا أنت مركز بس بمنصة واحدة يعني مثلا هلأ كبداية أنا بنصحك 100 بالمئة أنك أنت تركز كل تركيزها بمنصة واحدة المنصة الأقرب لألك أنه هي تعمل لك نتائج أو المنصة اللي أنت مبدئية من خلالها قادر أنك أنت تروش مثلا إذا أنت تقعد ببلاد عربي مثلا حسيت أنه أنا بالنسبة لألي التيك توك صعب كتير أنه أنا أبدأ فيه فأوكي أنا بحط خطة تانية اللي هي الفيسبوك تسويق عبر المؤثرين أو السناب شات هذول الثلاثة متاحين عندك بكل سهولة والتيك توك كما متاح عندك ولكن في بعض الدول فيه محظور أو مثلا فيه بلا أو فيه مشاكل أو كونه كبادئين جديد ما عم يعرفوا كيف أنني يزبطوا الأمور فالأمور بسيطة جدا إذا أنت كانت الدولة تبعك محظورة أو في عندك مشكلة أنا بنصحك أنك أنت تعمل شركة بريطانية وتعمل في بي إن وتنطلق بالتيك توك بأزي جول ببساطة كتير تمام؟ الموضوع ما حيطول معك لماذا؟ لأنه أنت هنا تخيل أنك أنت من بلدك وأنت داير الفي بي إن وعم تحط الأدرس اللي أنت بدك إياها بأي مكان بالعالم وفيك أنت بكل بساطة تشغل إعلانات التك توك وتبلش تطلع مرابح مبدئيا أنا كبداية بأي مرحلة كنت سواء كنت مبتدئ سواء كنت محترف أنا منصحك أنك أنت تركز على منصة وحدة أول ما تنطلق المنصة لا تستطيع أن تنتظر شهرين وثلاثة يعني هناك أرباح وأنا كافي أنا عم طلع مثلا مثلا كل يوم مثلا 500 دولار بروفيت خلص أنا كافي ما عد في داعي يعمل شيء تاني لا الخمسمائة اللي تطلع من هذه المنصة إذا أنت بتطلع من ثلاث منصات تانية خمسمائة 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 فستدقني موضوعه حيطور بالنسبة لك بشكل كتير كبير حتى لو ولو مية تمام؟ هتفرق معك بشكل كبير لأنك أنت مبتدئ بالنسبة لك هي الخطوة هي خطوة أوبجريد يعني هي خطوة مطورة بالنسبة لك لأنك أنت إذا أنت عم تتعلم بهذا المجال فأكيد أنت ما تتعلم بس أنك أنت بس تعمل متجر وبس تلاقي منتج رابح وبس أنك أنت خلاص احتمال تنجح أو لا اللي بدي أعمل منك أنك أنت تكون مصمم على النجاح أوكي؟ فهذه الأداة لحتى أن تكون شامل بالدربشمينج يعني أنت مثلا تطلع من هذا القسم أنت عارف شيء اسمه الفيسبوك آدز، أنت عارف شيء اسمه البنترس، أنت عارف شيء اسمه سنابشات، تسويق عبر المؤسرين، تيك توك فهذه الأداة جمعت لك كل هذه الشغلات كلياتها لحتى أنت تنطقي بالمجال يعني مثلا نفرض نحن مثل المتجر الذي سنفعله وهو ون برودكت ستور تمام؟ بعد فترة نحن بعنا المنتج هذا لعدة أشخاص لألف ألف 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 شخص هل يا ترى الأشخاص سيرجعوا يشترون المنتج مرة ثانية منا؟ احتمال كثير كبير لا فكيف نحن بما أنه هن يعرفونه وشاري من عنا من قبل ومبسوطين بالنتاج أنه نحن نبدأ ونتحول من البرودكت ستور لا من ون برودكت ستور لنيتش ستور فأبسط طريقة لحتى أن أعمل نيتش ستور هاي الأداة فيها أنا تعطيني أفكار كتير جديدة فيني أنا تعطيني الطرق تسويق فيني أنا من خلال هاي الأداة شوف المنافسين تبعي كيف عم يشتغلوا مع مين عم يتعاملوا شو العروض اللي هنا نعملينا وأنا على الأساس نطلق هل هذا الداشبورد اللي انت شايفه قدامك هو داشبورد بسيط جدا وهي الأداة سهل كتير أنك تستخدمها ولكن لازم يكون في عندك شوية استراتيجيات استراتيجيات بسيطة ما لكتير صعبة ولكن هاي الاستراتيجيات البسيطة بتعملها تفرر كتير كبير هلأ في ناس تقول اوكي محمد ولكن نحن نحبين بس نبدأ بالطريقة المجانية زي ما معك رأس مال أنا حكيت بالطرق المجانية واي نط بلش فيه احتمال يكون الموضوع شوي طويل بالنسبة للك يأخب منك وقت احتمال تتعسر بداية ولكن بيبقى نافع كتير بس انا اذا كنت مرتاح ليش ما انا بلش واشتغل بمنصة حتى لو كانت مدفوعة وتعملي نتائج بأسرع وقت ممكن تمام هي الفكرة الفكرة انك انت ما عم تشتري اداة انت عم تشتري الوقت كمان تمام لما انا اشتري اداة فهي عم عم توفر علي الوقت عم تطلع لي نتائج ما فيني انا شوفها بالتيك توك او بالفيسبوك او بما كان تاني عم تطلع لي هاي الادات نتائج انا فيني بلش من اليوم اللي بعده فورا ابني المتجر وانطلق تمام فهلا مبدئيا هي الادات الداشبورد انت شايفه قدامك الداشبورد بسيط جدا 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 هلا بهذا الداشبورد منلاقي نحن بكل منصة مثلا الفيسبوك لديك هذا المنتج هذا المنتج هذا المنتج هاي المنتج اللي انت شايفه قدامك حاليا في الفيسبوك طوح 10B بناء حاليا هي اليوم هاي المنتجات الرائعة جدا انا whether this paper is identified or this part of the noorder مثل إلى بها الكثير من المنتج هذا المنتج هايده يفتح العلب وتشترك اطلع ساته البيوت البيوت ليكون صعب جدا اذا كان العلبا جدا في شكل قوي على قم انا اros велحب مخت!, comes and becomes an mister هذه المنتجات حاليا هي رائعة هذا المنتج كمان بيرفكت ولكن كأن نحن نبدأ تنصحنا محمد بالكوزمتك كبداية هلأ ليك لو أنت محترف و ستعمل متجر مثلا هتبدأ فيه الكوزمتك الأمور ستكون عليك أسفل إذا كنت مبتدئ من الصفر و ما عندك هذه الخبرة الكبيرة العالية فأنا منصحك تبعد شوية عن هذه المنتجات لأن احتمال أنت توقع بمشاكل أنا أريد إياك بالبداية أنت كمبتدئ ما توقع بولا مشكلة أنا أحاول بهذا الكورس أن أحكي و أغطي كل النقاط لحتى أنت لا تكون في مكان لديك مشكلة فيه و على الرغم من ذلك بما أن كل شخص له تجربة شخصية يعني أنا قال لي تجربتي الخاصة، أنت قال لي تجربتك الخاصة، الشخص الثالث قال لي تجربته الخاصة فتجربتي وتجربتك وتجربت شخصتين تختلف عن بعضها ولكن الخبرة هي اللي بتلعب دورنا مثلا أنا وقت لي بوعب مشكلة أنا سأقدر بسرعة كونه أنا عامل كثير متاجر ومحقق كثير نتائج وشاغل بكل المنصات الإعلانية فأنا ستكون الضرر بالنسبة لي جدا و بسيط ولكن أنت بالبداية ستكون بالنسبة لك احتمال الضرر يوصل أنك تسكر المتجر أو أنت توقع بمشكلة تمام؟ فأنا أريد يمنك أنك تكون بالساف سايد هلأ لحتى أننا سنكون بالساف سايد حنبعد عن الكوسماتيك تمام؟ ولو أن هذا المنتج رائع جدا ولكن أنا بنصحك كبداية ما تهرباني هلأ نرى هنا ونضغط الضغط الجامعة تيك توك أدز التيك توك أدز ستطلع لك التوب تين تيك توك أدز حاليا وهذه هي المنتجات التي نرى هذا المنتج خلنا نفتح نرى ما هو هذا المنتج أعتقد هذا المنتج حكينا عنه وشفناه من قبل الآن الحلوى بهذه الأداة أنه تطلع لك نتائج فيك ببساطة تختار الستراتيجية التي تبدأ بها وعلى أساسها تطلع لك نتائج مثلا هذا المنتج الذي يركب الرأس الحنفية وفيها تتحرك 360 درجة كمان حكينا عليه ولكن هنا اللي يبسط لك بها الفكرة كانت تجيب أي منتج كل الناس بتعرفه وكل الدرب شبر عينهم عليه هنا مثلا الأشخاص كلهم عينهم على نفس هذا المنتج تمام؟ احتمال كثير كبير منهم يأخذوا هذا المنتج لكن أنا لا أريد أن أخذ هذا المنتج لا أريد أن أخذ أي منتج موجود هنا تمام؟ أريد أن أخذ منتج يكون نغوص أكتر قليلا حتى نطلع شي ثمين أكتر تمام؟ هناك هنا كمان البنترست تمام؟ البنترست اليوم سنحدث عنه أنا لم أتحدث عنه من قبل اليوم سنحدث ونرى كيف نطلع منتجات كما ترى هذه المنتجات المشهورة حاليا على البنترست تمام؟ تسألني محمد ما رأي بالبنترست؟ أنت تشتغل على البنترست مثلا؟ البنترست أنا بين الفترة والفترة بجربه أطلق حملات عليه ولكن أنا لا أعتمده كمنصة إعلانية من الأولى بالنسبة لي؟ لا البنترست والسنابشات لا يوجد اهتمام كبير بالنسبة له لأن البلدان التي أستهدفها أعطيك مثال أنت تشتغل أو تطلق إعلانات بالسعودية ستتصل فيني أو تكتب لي تحب التعليقات محمد ما رأيك بالسنابشات؟ سأقول لك رقم واحد فيسبوك والسنابشات بسعودية؟ لا لا فيسبوك انتهى حصرا سنابشات والإنستجرام لماذا؟ لأن كل منصة تعتمد على البلد التي يستخدمون الناس أكثر فيه تمام؟ فهي نقطة جدا مهمة ركز عليها منيح لأنه ستفيدك كثير من المستقبل لحتى أن تتحلل الإعلانات والحملات التسويقية التي تستخدمها بمتجرك حسنا؟ هنا نقطة اتفقنا عليها اتفقنا عليها أمناها مع جراب هدول كل شيء يوجد هنا كل شيء يوجد علاقة بالبنترست هنا بالداشبورد على اليسار كما ترى في الداشبورد نحنا فيها حاليا اللي هي هنا بعد أن ننزل فيه الفيسبوك الآن سنكلم بطريقة مفصلة وبسيطة وأتمنى أني اشرح بطريقة وأنا بسط لك الفكرة لأن هذه الأداات حرفياً إذا استغلتها وإذا استغلتها وإذا قدرت أنك تشتغل عليها بشكل صح وتطلع نتائج انا متأكد فورا بعد الشهر هتلغي الشهر وتروح تاخده بشكل سينئ ليش لانه انت ساعته هتبلش بالمنتج التالي منتج التالت بعد تدير متجر تاني تدير متجر تالت تمام وبعد بتعمل تيم ونقطة جدا مهمة كمان التيم بالنسبة لك بالمستقبل لقدام كتير مهم لانه بهذاك الوقت انت ما لك فاضي انك انت تحمل متجر وتضيع وقتك وتدير هاي وتعمل هاي فهه هتكلف ناس تانين اوكي انت احتمال يكون تركيز تستبعك على ايجاد المنتجات والحملات التسويقية اوكي مت مثل انا حاليا فينا انا مسلا اوكي لاقي منتجات رابحة مسلا دير حملات تسويقية او عدل على الحملات التسويقية ولكن في شغلات تانية توكل مهام لناس تانين الفريق التيم كتير مهم للك ولكن من البداية نحن لساتنا خينقول مبتدئين ما بدنا اي حدا اوكي نحن نبدأ لوحدنا ونعمل كل شي لا واحدنا ما تكسل ولا تمل باي مكان حاول قدر امكان انك انت تصغي وتعطي ادنك لحتى انت تحصل على معرفة حتى لو كنت ادي سامعة من قبل التكرار بالنسبة لك هيعلمك مرة تاني مرة وتاني وتالت لانه الخبرة الخبرة بتجي بالنسبة لك وبالنسبة لالي وبالنسبة للاشخاص اللي صلوا لكيب هالما هي التكرار يعني حتى انه معلوم انت سامعة من المرة ولكن هي معلومة حتضف لك قيمة كبيرة لانك انت المرة قولها سمعت شي وهلا انت زيد خبرتك شوي شوي حتسمع بطريقة تانية وحتاخدها بمعنى تاني اوكي اتفقنا على هذا الشي اتفقنا ببداية نحن هلأ بالفيسبوك ادس هلأ الفيسبوك ادس بالنسبة لانه فينا نحن بكل بساطة نطلع منه منتجات وهي المنتجات تكون رابحة بالنسبة لك فيك ببساطة تختار منتج تعدل عليه شوي وهلأ نحن هنتعلم بالمشوار تبعا بهاي المسيرة كيفينا نحن نتفوق على كل المنافسين كيفينا نحن نعمل شي بالفعل مميز هلأ هون انا بدي منك تعمل شغلات بسيطة كثير انه اول شي مثل ما انك شايف هون هون محطوطة اخر سبع ايام انا بدي منك تحطها اخر ثلاثين يوم اوكي بعد ما نحن حطيناها اخر ثلاثين يوم هنروح الكنتريز بالنسبة للي هلأ انا بكل الكنتريز لا ليش هلأ يمكن الناس والاهتمامات قريبة على بعضها ولكن اذا بتروح ليوروب لاوروبا مثلا ببلدي انا الاهتمام تختلف عن جيرماني مثلا او المكان انا ساكن فيها بيختلف عن امريكا اوكي فكل بلد فيه لهم ترديشن خاص فيه لهم ثقافة معينة فهنين بيتبعوا هاي الثقافات وبيكون لهم تقريبا بين خلصين نفس الاهتمامات تمام تفقنا على هذه الفكرة تفقنا يا محمد هلا بالنسبة لي نحن قلنا اا كانت احد الاستراتيجيات اللي انا نصحتك فيها حتى اذا كان انت رأسمالك قليل انك انت تبدأ ببلد او يوروب او انك انت تبدأ باحد الدول اللي هي اا بريطانيا او اا استراليا او كندا بعد انتبه انا ما قلت لك الولايات المتحدة ليش لانه ما بديك انت توقع ببحر كله حيتان وانت تكون سمك صغيرة تمام انت انك تكون سمك متوسطة بين سمكات متوسطة تانية احسن انك تكون بمحيط كبير فيه اكل كثير ولكن القروش اكل كله الاكل وحياكله كمان بعد انا محاول ان اعطيك امسان لحتى انك انت تلمع الفكرة بزهنك وانا فهمت سوف نختار كندا سوف نختار كندا سوف نختار كندا لماذا لم أضع دول ثانية مثل جيرماني لأنني قلت لك أن تأخذ أوروبا كثقافة وتأخذ أوروبا كثقافة ثانية هناك الكثير منتجات مشتركة بيناتهم رابحة ولكن أخذ كل شيء لواحد سوف نختار كندا نستطيع أن تبدأ بكل بلد لواحد وتمتعد كندا ثم سوف نختار كندا ثم سوف نختار كندا ونختار كندا ونختار كندا ونختار كندا لأنه لا أتركز بمنصة وأخرى و سأطلق بمنصة واحدة فلا باهتم بالشغل الثاني هلأ نذهب على الاتفاق هون فيك انت مثلا تختار الناس اللي حطوا اكتر love الناس اللي كان عاملين ايموجي مضحك او كذا تفاصيل كتير بسيطة في كتا تستخدمها كل هذا اوكي الكومنتس مثلا انا قديش بدي الكومنتس مثلا انا بدي خلينا نقول على الاقل 300 كومنت اوكي من 250 ل 300 كومنت اوكي اللايكس او فيك انت تختار الجندر فيك تختار الميل او الفيميل وفيك كمان انت تختار شو نوع الفيديو انا بالنسبة بحالتنا هاي انا هاختار بس الفيديو تمام هلأ مبدئيا بسطنا الامور بشكل كتير كبير علينا هلأ هنزل ونتفرج على هاي المتجد هلأ فيه شغلة كمان جدا مهمة فينا نحنا نضغط هون الفيرست سين تمام انا بدي مثلا نشاف اخر ثلاثين يوم كمان اوكي انه امتا نشاف اخر ثلاثين يوم اوكي كما ترى ثلاثة ايام ستة ايام وعشرين يوم هلأ هنلاقي ارقام اكبر ولكن بشكل عام مثلا مثل هاد اوكي خد مثال حين اخذ مثال هذا المنتج اللي له علاق بالفالنتاين هذا لسه زيرو داي بسعة جانواري اليوم عشرة هلا هو حين حسب لما تقلب الساعة طناش حين حين حسب يوم مثل ما رأيك شايف الفين لايك ثلاثة اربعمائة كومنت اوكي لا منتج فرج مام تمام يعني بالفالنتاين مو كل الناس بتهدي مثلا البويفريند او الجيرفريند في ناس تهدي كتير الامهات والابهات فكمان فرصة بالنسبة لك انك انت تستهدف الناس اللي بدي يهدوا الابهات والامهات هلأ مثل ما رأيك شايف خلينا ندخل ونشوف هذا الات بشكل لحتى نشوف ونحلل ونفصل ونشوف شو الامر بعد ما شفت نزلنا بس اول درجة طلع معنا منتج بشكل فولي هلأ الحلو بهذا المنتج فيك تستهدف الميل والفيميل ولكن هنا مستهدفين الميل لحتى مثلا الشباب يهدوا الامهات ولكن مستهدفين الاثنين هلأ اذا منشوف نحن بنضغط هنا لحتى نروح لصفحة هذا المنتج انا اهتميت حابب اعرف كيف هذا المنتج كيف ينباع المنتج هلأ مبدئيا مثل ما رأيك شايف هذا هو المتجر مستخدمين فقط لونين شي حلو ولكن هون الاتو كارت بطن مستخدمين لون احمر وهو اللون باور جدا مليح هون شوي للأسف ما عجبني ابدا بتحس هذا الشكل شايفه بالالفين وستطع عشر هذا الشكل شايفه بالالفين وثمنتع عشر فما بحب انا تكون هون الامور معجوة جدا تماما طبعا لما نعمل المتجر وهي القصص ستعرف ماذا بقصد الضبط شايف اعملي لك كمان هون live style image حينزل نشوف هون كمان اذا في شي كمان حاكين هون على كل مثلا مثلا ما هذا محمد انحا ما نفهم من هون مثلا اذا الام خلانه بشهر ابريل اوكي فمسلا خلنا نقول هذا اللون على ابريل فمثلك شايف خلنا نكبر الصورة هاي خلنا نكبرها شايف هاي ثلاثة الوان لكل شهر بيعني الشخص نفسه شي كثير حلو مميز واطعة للتذكار الناس بتحب هاي الشغلات الناس بتحب الشغلات التذكارية اوكي بتذكرها بالذكريات بهذه القصص كلها اوكي بديك تحلل تمام الفكرة مو بس اننا لقينا منتج نحن ولا بنعرف اوكي المنتج عين بيع ولكن احنا ما نعرفين لماذا هذا المنتج عين بيع لازم تتعمق اوكي لك انا ما بديك انت بس تكون بائع تجيب منتج تبيعه لا لا انا بديك تتعلم هذا البزنس بشكل حقيقي تمام بديك تتعلم وتتعمق بالتعلم كل ما زادت الانا لليوم هاد بتتعلم كل يوم وانا بيقول لك اياها انا بيعرف ان هناك كتير ناس ويحكوا معك ان هن البروفيشنال وان هن البروفيكت وخلص ان هن خاتمين كل شي انا عن نفسي بيقول لك انا محمد انا كل يوم بتعلم شي جديد مستحيل ان يمرأ اليوم او يمرأ اليوم كله انا ما اتعلم شي جديد اوكي لازم تتعلم كل يوم شي جديد هلأ طلعنا شوية عن الموضوع ولكن خلنا ندخل بالموضوع مثل ماك شايف هوا المتجر عندهم كل شي لعلى بالجالوري هلأ اذا نضغط هون احتمال ما طلعنا دغري المبيعات لهذا المنتج ولكن بشكل عام هذا المتجر بيع تمام هذا هو المنتج مباع من 24 داية اوكي ننزل للتحت مننزل 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 هلأ انا نصيحتي لقلك هلأ انت اوكي محمد انت شو نصيحتك لقلي اذا نبدي بهذا المنتج هلأ يمكن لحتم انت تشوف هذا الفيديو احتمال يكون لسه ما اجل فالانتين او احتمال انه خلص ولكن على الحالتين ما تشتغل بهذا المجال لسببين السبب الاول انه المنافسة حاليا جدا عالي السبب الثاني انه قريبا جدا ستكون اخر شهر واحد وبداية شهر اثنين ستكون عطلة رأس السنة الصينية اللي ستكون الموزعين والموردين وهي الأسكيلات سيكونوا ما عم يشحنوا فانت ما حتستفيد شيء تمام بالحالتين ما حتستفيد شيء فمجال الجيلوري ابعد عنه بكل احوال انت كمبتدئ ابعد عنه هلأ اوكي محمد نحن اخذنا فكرة ولكن انت نصحتنا ما نقرب على هذا المنتج وما نبيع شيء العلاقة بالفالنتين هلأ هننزل لتحت ونشوف شيء ثاني شيء مقنع اكتر شيء فينا نحن نبيعه ولكن انا بيهمني نقطة جدا مهو ما يكون شيء سيزون هذا بالنسبة لي اوكي هينباع بعدين ولكن هلأ حاليا سيزون بدي شيء انا انت تبيعه على مدار السنة ما يخلص بعد شهرين ثلاثة ضل تبيعه لامكن سنة سنتين يعني بدي اياك تبني مجلة سنوات انا هذا اللي اوصل لك اوكي هلأ هننزل نرجع ونبحث هلأ كمان انت فيك تعمل ليستة خارجي وفيك انت كمان مثل ما انك شايف هون تحت الليست تمام فيك انت هون تعمل ليستة للفيسبوك تعمل ليستة للتيك توك تعمل فيسبوك للمؤسرين للبنترست للسنابشا لكل شيء هون تعمل انت هون تشتغل كل شيء ما فدعه حتى تطلع و تجيب شيء ثاني هلأ الف لايك الفين اوكي تشوف انا بحب هذه الشغلات اللي بتكون بعيدة عن يعني كي بدي اقول لك ما بتكون كل الأضواء مسلطة عليها مثلا مثل هذا المنتج اه انا ما حقلك بيعطيت حقلك انه متأكد الأضواء ما لك كلها مسلطة على هذا المنتج اوكي فانك انت تعمل متجر شيء العلاق بالاسماك والعلاق بالصيد فكرة رائعة جدا ليش؟ لانه هذا المتجر نفسه فيه منتجات بسيطة وفيه منتجات هاي تيكت تمام؟ فخلينا نروح نشوف انترستنج أنا بالنسبة لي خلينا نشوف هذا المتجر خلينا نشوف اذا كان عم يعون مبيعات خلينا نشوف اوكي اهي صفحة الفيس بوك بعتقد نحنا دخلنا مكان غلط فحنضغط اوكي هلأ خلينا نشوف اول الشي في عنا 1770 في عنا 3500 شير ايداعش 1500 لايك اه انتبه هون انت الجمهور تبعك حصرا الذكور كما ترى الشخص مستهدف كندا واستراليا وينايتد ستيت تمام؟ ومستهدف هاي الدول من ال 4B countries يعني ما استهدف مثلا استراليا واستهدف بلد بيوروب اوكي ها هذا الشيء الذي نوصل لك هذا هو المتجر طبعا بداية كبداية خلينا نقول 6-7 من 10 ماكس يعني انا بحكم على الكتاب من عنوانه تمام؟ والعميل نفس الشيء بيعمل يبيحكم على المتجر من النظر الاولى اوكي الانطباع الاول جدا مهم انا اول ما افتح لازم شيء معين ببالي يطلعني اوكي هلا انا مبدئيا شو انا شايفون شايفون لون اورنج شايفون باللهات اوكي شايفون لون احمر راجل شايفون لون بني اوكي فهي التعددية زايدة ماكس 3 الوان اوكي هون ترست ترست تمام؟ هاي الشغلات مع التنفاع هلا حاليا هاي الشغلات ستبليش تحس تروح كل البراندس من المتوسطة للممتازة ستشوف كلهم لغو هاي الخاصيات لا تحدث تستخدمها الترست بيتج اوكي الترست تمام؟ فحاول انك انت اذا عملت شي قوي ما تعمل هاي الشغلات بالنسبة لانه نحن سنعمل متجر نسحقه بكل سهولة تمام؟ عنده 630 متجر 630 متج بهذا المتجر اوكي فتخيل قداش عم بيع هذا بشكل يومي مثل ماك شايف بتلاقي صورة هون وبعدها بتلاقي كلمتين هون بتلاقي صورة هون ما في تناسق اوكي هو عامل هون يعني عامل ال ال ممتاز حلو انك انت تشرح بشكل ممتاز انا شو هاي الصورة اللي مغبشة انا ما في نبنى شي انا فيني احسفه وخلي بس هاي افضل ما انا خلي صورة ماء الاطعمة اوكي فما في الابعاد والوزن اوكي ولكن بتحس شيله علاق بال 1 دولار بال 1 دولار شيله علاق بال اي باي ما بتحس فيه كواليتي بموضوع يعني مثلا انا ازلت بيع هذا المنتج انا باخده لكواليتي تاني انا فيني بيعه 39 دولار واطلع بمتجر شي شي بيسرع او شي بيخلي الشخص اللي هيدخل يحس حاله انه داخل على محل لصيد الاسماك هاي الفكرة يشتم رائحة الاسماك وهو هم يتفرج على المتجر تصور لوين الشخص وقت يشتري بالعاطفة ما هيشتري هو هيفكر ويدقق و اوكي و انا لازم اعمل العاطفة هتجره تعمل بوش اوب لحتى يدخل ويشتري هذا المنتج انا بالنسبة للي ما في عاطفة اذا انا كنت صياد سماك ودخلت على المتجر العاطفة ما ستكون كتير قوية مع ذلك انا متأكد هيك متجر رائع جدا ويبيع كتير خلينا نشوفها بشكل تقريبي مثل ما ان هاي الادات ما بتعطي اكساكت ولكن بشكل تقريبي من ساعة بايع هذا المنتج من ساعة هذا المنتج البتجر مطمئنا بياع هلا هذا هو المنتج نفسه تمام هلا كيف فينا نحنا مثلا نعرف اديش عم يبيع هذا المتجر هلا اوكي اخذنا فكرة هذا المنتج بيرفكت هذا النيتش بشكل عام كمان بيرفكت هل هذا النيتش يلتغي محمد بالشيطة لا هل هذا بس بالصيف ونحنا بالشيطة لا هذا النيتش شغال 24 24 و 12 شهر تمام بالاضافة انا كنصيحة لك انك انت بالفش تشيل علاقة بالاسماك ما تبدأ بيوان برودكت ستور تبدأ بنيتش ستور لانه من الطبيعي انه الشخص عجبه هذا المنتج فهيشتري شيء مثلا خيط سنارة حيشتري طعم تاني بشكل تاني حيشتري 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 فهيعمل كذا منتج ويشتري ونسوي فهذا الشيء كتير بيلعب دول بالنسبة لك انا كنت ترفع اتفقنا عليها مبدئيا اخذنا فكرة حطينا هذا المنتج بالليست بيرفكت هذا المنتج نطلع ونشوف شيء ثاني اوكي الشيء الثاني اللي احنا هنشوف هو بدنا نبحث عن شيء يكون واو فكتور كيف يعني شيء ملفت للنظر بحيث انه انا بدي يلفت نظري وحط علي مكان عميلي ويلفت نظري اذا انا كعميلي سيشتري هذا المنتج هذا المنتج حقق يشغل بالنسبة لانه انا اول ما شفت هذه الصورة معرفت شو هات فاضطريت ان انا افتح وشفت فما بقى لك الجمهور مستهدف انا شخص ما لي صياد ولا بصيد ولا لي علاقة بصيد السمك ولكن ولفت نظري فما بقى لك شخص اللي هو علاقة بصيد السمك اكيد حيلفته هذا الاعلان بكل سهولة طبعا هون كمان شغل كتير حلو انك انت كمان فيك تعمل داونلود للفيديوز الموجودة هون وتختبر في المنتجات هلأ هننزل ونتفرج وناخد فكرة ونشوف المنتجات التانية البيتس شيء شائع كتير بالفيسبوك كمان وحكينا عن منتجات البيتس بلندر هون بندر جيت هاد اه ادواء الكتشن كتير كمان هلأ حاليا بالفيسبوك تعرف انت الاشخاص اللي بيشاغلين عن الفيسبوك واعلانة فيسبوك يعرف انه هوم كتشن يعني في كتير ناس تشتري منتجات عن طريق الفيسبوك اوكي منظل منبحث انا على ثقة ما بتطلع من هاي استراتيجية البسيطة على الاقل عشرة برودكتس بنصف ساعة تمام لذلك عمل لك انك انت اسهل اوكي لنا الطريقة المجانية ولكن الطريقة المجانية بالنسبة لي هي واحد بالمئة من الشي اللي انا عم شوفه هون هناك انا ما عم اخذ تحليلات ما عم اخذ عدد الايام احتمال يكون هذا المتجر مثلا شغل اعلانات حاليا انا كهيم الاعلان من السن الماضي مثال فهون انا حتى بعد مثلا هذا 18 يوم خلاص انا عرفت انه هون 18 يوم هون 24 يوم هون 7 تيام تمام انا بحدد قديش انا بدي الاعلان وكلما كانت الفترة اقل كلما كانت نسبة نجاحك يعني او نجاح هذا المتجر هتكون اسهل ليش لانه هاي المنتجات حاليا اوكي مثل هذا اللي شفنا لي فوق هذا المنتج تبع السمكة شفناه بالضبط هذا المنتج اليوم او مبارح خلينقول انه عمل اللو قدس 8 جانواري اوكي وجاء 12 الف فتخيل هذا بعد اسبوع قديش هيصير احتمال 120 الف تماما فمية وعشرين الف لايك فقديش حتكون على المشاهدات خلينقول مليون وميتين خلين واحد بالمية لايك ريت مليون وميتين فقديش فينا حيصيل في تحويلات قديش ستشتري هذا السؤال اللي انت بديك دائما تطرح هذه الاسئلة وتسجل هذه الاسئلة وتذكر حالك فيها دائما بحط منتج قدامي وبسأل حالي الاسئلة هذا المنتج هلا اجاب 12 الف بيوم قديش حجيب بعد اسبوع قديش حجيب كومنت بدخل على الكومنت وبقرأ لنا شو عم تكتب شو هي الشغلات اللي عم تبحث عنها شو نقاط الضعف شو نقاط القوة بتستغلها كل اياتا اوكي بسحب كل اياتا وقالا مستخدم المتجرية تمام تمام هلا الفيسبوك هذه استراتيجية بسيطة استخدم هاي استراتيجية ولا تستخدم اي استراتيجية تانية بالنسبة للفيسبوك رقم واحد منها لانه ستطلع لك نتائج كثير كثير يمكن انت محمد قال لي في منصات تانية بتعرض للفيسبوك هلا انا حكيت عن اداة تانية هي مختصة بس بالتك توك ولكن هاي الادات شاملة شاملة لكل شيء انت اذا بدك تنتقل الى next level وتعمل متجر ومتجرين ببساطة انت بدك تبدأ بس عن تيك توك وتاخد هديك الادات ولكن اذا انت بدك تتك توك وبدك البنترس وبدك الانفلونسر جدا هم الانفلونسر هون يعني ببساطة هاي الادات يعني انا بالنسبة لي قيمة اكتر من الشيء اللي عم يقدمهن ففي قيمة كتير فيه فاليو عالي هون هلا هنروح الى قبل ما نعمل اي شيء اول شيء نحن فينا نعمل بس هون هنختار الشوبيفاي ونختار بس الكنتري بدي اختار انا بس لا نفرض انه حدا من الشباب هلا بديوا يبيع عن طريق اليونايتد ستايد اليونايتد ستايد بنترس موضوع معاول التنافس ماله كثير قوي مثل الفيسبوك والتيك توك لا نفرض بها هنختار اليو اس فنحن شو نعمل هون هون في قيمة تخليه اخر على الاقل 30 يوم انا بدي نتائج كبيرة بدي ناس اكتر بلش بنزل وبشوف شوف شو حتشوف انت هون اهم الشغل بديك تشوفه مثل هذا انا مالي مهتم ابدا هذا المنتج في كتير نصر تعرف نشوف منتجات جديدة مثلا لوقت كتير ما تعدى ثلاثة شهور يعني شهر شهرين ما تعدى ثلاثة شهور وبنزل وباخد افكار مثلا هون 35 يوم جاء بس الفين البينس هاي ننزل لتحت نشوف مثلا هذا 27 سبعة ايام جايب هون 22 41 66 يعني شهر تقريبا فانا بشوف شو هذا المنتج حلو هذا المنتج هو منتج تيك توك وبينترس وكمان فيسبوك يعني هذا المنتج هون هذا المنتج بتعلم ساة احتجاب 37 يوم 1000 انعج هل سألني محمد شئ رأيك في هذا المجال منتصحك انا هلان تحتاجها هالاني كيف حادث بك تتعلم نوعيات ال نوعيات والجودة وكذا ولكنت في اللاعب دور هلاني هناك نوعيات جدلا سيئة بالسوق فمكسور انت اذا تشتغل بالشيء العلاق بالشعر او حدم الصوايا ستشتغل بالإكستنشنز او بالبيروك فيه موديلز معينة وفيه بنفس الوقت كمان كواليتي معينة فهذا الشي لازم ينطبق بالمنتج تبعك او للأسف حسب عندك ريفوند كتير هلا نفس الشي 99 يوم 320 يوم هون مثلا يومين هون الشيء العلاق بالتي شيرت هون موضوع شوي سئيل ما بخفيك ولكن بتطلع معك نتائج اوكي بتطلع معك نتائج بسألت لك انا انه ماله بنفس القوة تبع التيك توك والفيسبوك تمام الموضوع هون شوي اخفف يعني مثل ما انه هتشوف ما هتشوف في كتير تفاعل مثلا مثل هذا شهر بس لتناين بينس مثال اوكي فنحنا شو كتشفنا هون انه المنتجات اللي احنا هلأ شفناه هون التوب حاليا مثلا هذا انا بالنسبة لي حاليا شفته هو احسن منتج بالقائمة حاليا انه شهر واحد جاي في عنا طبعا هو احتمال الكومنتز او السيف هلا عندك السيف كبان كتير منيح يعني 244 اوكي هذا جايب سيف اكتر ولكن اوكي هلا هون الامور هون موضوع انترستنج اكتر انا بعد ان نتبهت لهذا المنتج اوكي هذا المنتج اوكي هذا المنتج اوكي اوكي That's a 10 اوكي هون انا بالنسبة لي انه اوكي هاته اوكي هون احسن الشيء تمام فينا اخذ هذا يعني اعمل فاحتمال الاخليستة توصل معك العشرة واحتمال بس ماكس خمسة تمام هلا ما هنطول كتير بالبنترست نروح لشي اهم بكتير اللي هو التيك توك ادس التيك توك ادس هنا شيء قوي مرعب جدا هنا سترى منتجات لا ترى مرة في حياتك هنا سترى منتجات حتى اذا دخلت بالطريقة المجانية ستطلع فقط الناس الذين يسوقوا لكونتنت مثلا انا ستطلع هذا المنتج لا يوجد اعلان ولكن هنا سترى الاتس هنا سترى الناس دافعين مصاري حتى تطلع هذه الاعلانات ستطلع الاعلانات على تيك توك ابسط الستراتيجية حتى نعمل هنا سندخل هنا ونجعل اخر شهر بالنسبة للكونتريز اختار البلد الذي سبيع فيه اختار الاربع دول مثلا انا اطلق حملة باستراليا مثلا اختار اختار استراليا اختار نروح 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 أنها هذه هي استراليا مثلا مساء ثم يمكنني ارى المنصات الثانية هل يمكنك أن تضع لك عدد 1000 تدخل هنا على المنصات يمكنك أن ترى المنصات يمكنك أن ترى المنصات يمكنك أن ترى المنصات 300 شير لا تقرب عنهم لأن هناك الكثير من المنصات يمكنك أن ترى المنصات يمكنك أن ترى المنصات يمكنك أن ترى المنصات لا يوجد الكثير من المنصات كشكل مبدئي ننزل واحدة واحدة نتفرج ونأخذ منتجات هذا المنصات حوالي 1000 شير 6000 لايك نفتح هذا المنصات هذا المنصات حتى يتطلع معنا قبل المرة قد ترى المنتج قوي جدا هذا المنتج حسنا يجب أن تبدأ المنتج ويجب أن تكون بيئة في هذا المنتج هذا المنتج قوي فمننزل ونبحث بنفس الطريقة لنظر لنا منتجات قوية جدا منتجات العلاقة بالشاعر هذا الشيء ببساطة هو منتج بيعبي الفراغات بالشعر طبعا هذا اويل انا ممنصحك انها تشتغل بالشغلات البي فور وافتر لحتى انت تبعد شوية عن البيفزي بوليسي وما توعب مشاكل لا مع التك توك ولا مع فيسبوك ولا حتى مع الشوي فاي ولا مع اي جهة تانية حاول قدر الامكان انك انت تختار منتج بسيط تمام فانت بتظل تبحس بهاي الطريقة لحتى انت تلاقي منتجات مثلا انا بدي بيع بدولة تانية برجع بختار اليو اسا بدي بيع ببلد ثالث بختار يعني حتى انت تكون فكرة كاملة التك توك هون تك توك كله هيطلع عندك كل شيء اعلام ظاهر بالتك توك هيظهر عندك هون تمام موضوع كتير سهل وكتير محمس انك انت مثلا انت بدك تبدأ بالفيسبوك وبالilateral انا كنت تسوق على طريق الفيسبوك تيك توك ببساطة فيك انت تشوف منتجات هون وتشوف منتجات هون واذا لقيت منتج قوي هون فانت خلاص عرفت انه منتجك شغال على الفيسبوك ومنتجك شغال على تيك توك فشو نعمل احنا مناطلق حملات على المناصطين بكل بساطة هلا منجي للبعد الذي هو الشوبس هلا الشوبس هون هون مثلا مثل ما ترى تشوف منتجات هون المنصات التي تعمل اعلانات والتي موجودة حاليا نحن هلا بين ايدينا كل شي نحن بدنا نعرفه وحتى نحن نوصل لاكتر البرانتس واكتر الستورز اللي عم تطلق اعلانات مثلا ضغطنا هون فهون هلا حتطلع عنا النتائج لمتاجر اوكي الرنك تبع اريو كتير ماله كتير بعيد بالالكسا وكمان فينا نحن ندخل ونشوف هاي المتاجر شو عم تبيع مثال خلينا ناخد اول متجر بشكل فوري اوكي هذا هو المتجر اللي هو اسمه الويسو دوت كوم تمام فهلا هون ما حتخصصلك بس الشو بي فاي حتطلع لك كل المتاجر مثلا مثلا هذا المتجر هو مالو متجر شو بي فاي فعلى هل اساس فيك انت كمان تختبر كل الناس التانين وفيك كمان انت تعرف هاي المتاجر شو عم تبيع سواء كان بشو بي فاي او بمتاجر ثانية فيك حتى انت تستهدف بلدك لحتى انت تعرف اذا انت تحابب تبيع ببلد عربي مثلا تمام هلا جينا على القسم اللي بعده هذا القسم انا بالنسبة لي كشخص مجرب كاغلب البلاتفورمز اللي علاق بالانفلونسر بصراحة هاي الادات الشي اللي شجعني اكتر الشي انه انا بالفعل اعتمد عليها وتكون يعني انا مثل ما حكيت لكم انا عندي بس منصتين ودير فيهم بزنس كل الدروبشينج تمام ودير كل منصات التسويق الحلو بهاي الادات انه حتى بالنسبة للانفلونسرز بتطلع نتائج اكتر من منصات تانية مختصة بس بالانفلونسرز يعني انا جربت منصات تانية وحسيت بالفعل انه لأ هون انا عمشوف نتائج اقوى بكتير من اماكن تانية وفي دقة اكتر تمام هلا هون بالانفلونسرز ماركتنج طبعا هون يعني انت ببساطة فيك تلاقي انفلونسرز وفيك تلاقي البراندس اللي عمشتغلوا عن طريق الانفلونسرز والاهم من الاثنين انك تشوف البروموشينج يعني تخيل انك انت تمام بدك تشوف مثلا بدك تبيع منتج فانت فيك انت تتفرج تشوف شو هي المنتجات اللي عم تنباع يعني عاملها مثلا ستوريز تمام او ستوريز منتج معين فانت شفت هذا المنتج شفت هاي المؤسرة فهلا انا اعلمك بالضبط شو حتعمل كيف انت تلاقي منتجات هون وكيف انت تسوق عن طريق المؤثرين كيف انت تلاقي مؤثرين نحن حكينا بقسم كامل ولكن هون حكينا بشي مجاني هون صح هننحكي بشي مدفوع ولكن شي مدفوع قيمته اكبر بكتير من ملشين نحن هلا اول شغلة واول مكسب انه بالنسبة للانفلونسرز على هاي الاداة هو ما بيقتصر فقط على الانستجرام لا هو بيقتصر على الانستجرام والسنابشات وهي انا بالنسبة لي اضافة جدا قوية يعني في ناس مثلا انا بدي اوكي ابعد شوي عن الانستجرام وروح سوق عن طريق السنابشات او انا لنفرض انه عم بيع بلد السنابشات فيه كثير قوي فانا ليش لحتى روح وسوق عن طريق الانستجرام لا ببساطة انا فين روح وروح عن طريق مين السنابشات هلا السنابشات كتسويق سواء كان عن طريق الاعلانات او عن طريق المؤثرين كمان رائع جدا انه هذو الناس حقيقيين هون عم بيحكوه مثلهم مثل الناس الموجودين على الانستجرام الموضوع بيختلف ابدا الشخص الموجود هون مؤثر بشكل حقيقي مثل الشخص الموجود على الانستجرام هلا الكاتيجوريز فيني انا مثلا لنفرض انه انا كشخص حابب انه بيع بالبيوتي وانا بنصحك ممكن انت تقولي محمد شو اهم النيتش لحتى نشتغل مع الانفلونسرز انا بقل لك كتجربة البيوتي البيبي وكمان طبعا في عندك البيت ولكن البيت اذا شخص عنده بيحكي عن الحيوانات وليس الميمز انا مبلوح على صفحة عنده ميمز بتحكي عن حيوانات مضحكة وبقولون انه عملوا لي قديل اوكي هتجيب مبيع مبيعتين يمكن عشرة يمكن تزبط معك ولكن ما هتنجد تزبط مرة وتفشل عشر مرات اوكي فالموضوع ما له محمس ابدا هلا هون شيء العلاق بالشوز الهير كل شيء بشكل تفصيلي تصور البيوتي كل شيء كل شيء كل شيء انت بدك اياه فيك تتلاقي هون فانا مثلا ونحطه هون بس بيوتي تمام هلا هون انا بختار الشويفاي برجع بختار هون الكنتري اللي انا بدي اشتغل فيها لا نفرض انا بدي اشتغل خلينا نقول بي الونايتد ستيت هلا هون انا بنصحك انك اشتغل مع المؤثرين بالونايتد ستيت ليش هلا يمكن يكون السعر بالنسبة لهذا المؤثر اغلى شوية صغيرة بالنسبة لدول تانية ولكن الفايدة او العائد على هذا الاستثمار سيكون شيء جدا قوي بالنسبة لك مثلا هنختار هون الفولورز الفولورز بالنسبة انا احلى الشيء في انه انا حسب البجيت تبعي فين انا اختار الفولورز مثلا انا البجيت تبعي ميديوم فين اختار من مئة ألف لخمسمئة ألف البجيت تبعي قليل من خمسمئة ألف البجيت تبعي قوي بختار من خمسمئة ألف للمليون فهذا الشيء انت حر انت شو بدك شو بدك نتائج هنا يطلعوا لك خلينا اخد قول انه انا مبتدئ و بدي او منتج فري او اعطي فري او اعطي فري او اعطي مئة دولار مئتين دولار البلاتفورم بدك السنابشات او الانستجرام خلينا مثلا بما انكم انتوا اغلب الاوديونس اللي عندي هنه مهتمين بالانستجرام وهنه بسوقوا عن طريق الانستجرام وحابين نشتغل مبثرين فحنضغط على الانستجرام اوكي هون في شي تاني فينا نحن نعدل طبعا فينا نضغط دروب شيفينج او فينا نخلي اي كومرس هلأ في قد تتبلش وتجرب الطريقتين ولكن مساخين يقول انا بدي بس او متاجر لدروب شيفينج انا بدي المنتجات او الناس او متاجر لدروب شيفينج فهون نقطة مهمة جدا لازم انت تطلع هون تشوف شو الوضع هون 4.5 مثلا هون 1.1% هون 4.8 فتنزل وتتفرج وتشوف شو هاي المنتجات تشوف تفرج هون مثلا خلينا ندخله بس لحتوارجيك بالضبط او 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 نحنا سللوا صور هي عبارة عن صورة شوب يعني ما في اي شي ما حدا طلع ما يحكي عن منتج ولا ولا اي شي طبعا هون شوف الانجاجمت 7.3 which is perfect سوف نضغط هنا حتى نرى انا كنت نفكر انه صورة ولكن فيديو هذه هي وعم تحكي عن المنتج فقط لا غير هنا يمكننا نضيف الى الليستة فورا يمكننا نضيف الى الليستة مثلا يمكننا نرى شيء قريب عليه نضغط هنا حتى نرى هذا المتجر شيء مهم جدا عندما نسوق مع المؤثرين نقطة مهمة يجب علينا اول شيء يجب ان يكون المنتج الذي نسوقنا له بهذا البروموشن موجود بالهوم بيج ثاني شيء يجب ان نعطي اللينك مثلا هذا المتجر يعني انت داخل على براند نظامي لا ستجد شيء معقد لا ستجد شيء صورة هنا مثل متجر الفيش كما ترى هنا كل الأمور مرتبة لان هنا القيمة اعلى تمام؟ هنا انت لما الشخص او هذا المؤثر لحتى يقبل انه يشتغل معك لازم يكون متجرك حلو تمام؟ هذا المنتج حقود دولار على الاليكس بريس تمام؟ عم يقبل 18 هون ب 21 هون فانت بتلاقي في كتير هون اشكال وكمان نفس الشيء هون هذا عندهم 120 برودكت تمام؟ لايف سيل فتتفرج هون بتشوف انه هذا من اربع دقائق والحلو بالموضوع انه الشخص وقت اللي يأتي عن طريق بروموشن لا يشتري بس هذا الخاتم يشتري هاد يشتري هاد يشتري هاد يشتري ثلاثة اربعة اضع ليش؟ لانه وسق بالشخص ومسل لي يعمل بروموشن لهذا المتجر يعني وسق بالانفلونسر فبناء على الثقة هاي او اشتري اضع واحدة او اشتري عدة قطع تمام؟ مثل ماك شايف هذا المنتج نعرض مرة تانية فانا مبدأيا بالنسبة لي قال انا بعرف وعرف انه هذا المنتج هو منتج رابح تمام؟ فهيك منتج سعره 18 ولكن سعره كتير اعليل فانا بركز على هذا المنتج وبحاول مثلا اجيب هذا قريب منه واجيب هذا قريب منه ولكن حكيت لك حاليا نحن في فترة الفالنتاين إذا انت بدك تسوي على طريق المؤثرين هو حاليا أحسن منصة انك انت تبدأ فيها ليش لانك انت بس هتدفع سعر هذا الديل ما هتدفع سعر اعلانات وما هتكون فيه معك منافسة خلاص انت استهدفت هذا المؤثر الاؤديونس سيدخلوا ويشتروا والموضوع اسهل بكتير مما انك انت تطلق اعلانات سواء كان عن فيسبوك انستجرام وواتيبر هكذا كان البروموشنز طبعا هون هناك مئات مئات البروموشنز اللي بتعمل باليوم وبتعمل بالدقيقة فيك انت بشكل يومي حاول خدر الامكان ما يعني محمد يعني انا مثلا بالنسبة لي انا كل يوم ادخل لهون باخد فكرة بشوف شو عملوا هدول المؤثرين بشوف شو المتاجر اللي عم تشتغل بشوف شو البروموشنز اللي عم تعمل تمام هيك خاصية صعبة انك انت تلاقيه على انستجرام انك انت تابعت هذا المؤثر وعملت له فلو اوب بشكل يومي تمام بس ستكون مضوع بكل احوال كمان صعب ولكن هون عم تطلع لك كل هاي الشغلة مثلا مثل هذا المنتج انا عمل له اثنين ستوري واحد فاصل ست هي عنده مئة وتسعة وعشرين الف فلور البلد فرنسا مسال تمام هلا اخدنا فكرة عامة عرفنا كيف بتشتغل نتصفح بشكل يومي اه مندير هاي منشوف كل هاي المتاجر عن شو عم يحكوا شو هاي المنتجات اه مندخل بالاكستنشن ونشوف المبيعات شو هاي المنتجات عم تبيع اكتر شيء وبنانا على ذلك نشتغل هون نحن هلا هون نحن هنشوف البرانس اللي هننشغالين بالانفلونت سارج ماركتينج كما عن نفس الشي نختار الكنتري وبعد منختار الشو بي فاي وبعد منختار وبعد نختار الشي نحن هنشتغل فيه مثلا خلينا ناخد شيء تاني هلا تماما الشيء بعيد عن البيوتي مثلا خلينا ناخد خلينا نلاقي شيء انتريستنج مثلا مثلا للاضافر مثلا خلينا نقول اوكي ما بعدنا كتين على بيوتي ولكن تستل يعني قريبين مثل ما نك شايف هاي متاجر اضافر وهي الشغلات بالعليكس بريس رخيصة جدا ومرابح الحلو بالموضوع المناكير ومزيل الاضافر وهي الاصص كل هاته ان سعره قليل والمربح تبعه عالي وجمهوره مستهدف يعني ان النساء وانت لما انت تروح تعمل مثلا مع صبية هي بتحكي عن الاضافر فطبيعي جدا انه الناس اللي عم يتابعوه انه مهتمين بشكل كتير كبير بشكل جنوني بالاضافر فحيكون الكون عندك مرتفع كتير ليش؟ انه انت عملت جبت جمهور محدد جدا 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 تمام؟ غير الفيسبوك لحتى يتعرف على البيكسل لحتى يعرف متجرك والمنتج فهون الموضوع اسهل بكتير تمام؟ يمكن يأخذ معك الموضوع شوي وقت لحتى تعمل هذا البروموشن لحتى تبعت المنتج ولكن احتمال انت مثلا خلينا اعطيك مثال فيه ناس مثلا بتحب ان تشتغل بس مع الانفلونسس تضرب ضربة مثلا شهر يتعامل مع مؤسر مؤسرين يطالعوا مثلا رقم حلو كتير بس ويقول لك انا ما بدي اوجع راسي بالاعلانات وكذا وانه انا بالنسبة لي اذا انت بدك تدير بزنس بشكل قوي لازم يكون عندك انت فيسبوك تيك توك هاي شراءات كل هذا لماذا؟ اول شي البراند تبعك بنعرف اكتر ثاني شي عملائك بيكونوا اكتر ثالث شي المربح تبعك هيكون اكبر تمام؟ هاي اللقات جدا مهمة هاي اللقات كلها هاي اللقات كلها فينا انا ادخل ااخد افكار شوف كيف الالوان لكن لك شغلة هون بهاي الاماكن انت بتعلم تعمل متجر مو الفكرة ان احنا نجيب صورة ونحطه ونحطه هون تاخد افكار بس اخد افكار بتبلش شوي شوي يعني بترتفع المعرفة عندك بصير عندك نظرة حتى انت بتصير تشوف متاجة وتحللها انت تقول اوكي هذا المتجر وهو عامل هيك لو شايل هاي من هون وحاطه تحت مثلا وكاتب هاي فوق كانت اروح عرفت شو؟ فبصير عندك فن انتقاء المتاجة او الفن التصميم انه انا صرت فنام بالتصميم بعرف انه هذا التصميم فيه مشكلة انت بتبحث عن تفاصيل انا لو عملت هيك او هيك تمام؟ هلأ فيه عليها اكتر من الف انفلونسر بعتقد ما نمتأكد من رقم الف او الف ومئتين ولكن على على الاقل الف اوكي؟ وهو الالف يعني احنا جايبينهم اه بناءا على التعامل معهم بناءا على اه تحليلاتنا لالون بناءا على تحليلاتنا لالا اللي نعمليهم فيها تقريبا كل المجالات فهي خدمة فيك انت تتواصل مع خدمة العملاء عندنا او فيك تتواصل على اه بالانستجرام وفيك انت كمان تاخد هاي الليستة طبعا الليستة هلأ حاليا نحنا عملية عليها عرض اللي هي تسعة وسبعين دولار فقط انت هيكون عندك اه هنا عدة ليستة بعتقد ثلاثة ولكن مجموعا اكتر من الف بعتقد بس فيه واحدة مبيناتهم هي الف وفي الباقيين وكل تمام؟ اه اذا انت حابب ان انت تاخد ليستة وتبلش ترسل بشكل يومي فيك تتواصل مع فريق الدعم وتاخد هاي الليستة وتبلش بشكل يومي تبعت للمؤثرين وفيها تقريبا اغلب البلاد اللي فيها مبيعات قوية مثل ومثل يوروب ولكن يوروب بشكل قليل الاكتر هي مبيعات قوية انا بدي اطلع هون بدي اطلع كليشة لشايفون هدول قدامك هن المؤثرين انا بدي مثلا المئة الف الى الخمسمية الف تمام؟ الكاتيجوري انا بدي اختار بيوتي 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 هون انا بختار الفيميل كمان لان انا بدي مؤثرة بمثال اوكي كمان تضغط هون وتشوف مثلا اخر 15 يوم اخر 30 يوم الفولورز فهي الاصص كلياتها ومننزل نتفرج تمام؟ انا بعتقد هون احنا اه اخترنا الانجليش ولكن ما اخترنا اه سواني شوي اوكي بعتقد نحنا ما اخترنا الكندرز اوكي صح نحنا ما اخترنا هون فاوكي انا هاختار تمام؟ تمام هلا بعد ما اخترنا فينا كمان نضغط هون وفينا نحنا مسلا نعمل الليست اللي نحنا حاب نحط هذول الليست اللي انا هاختنا هون تمام؟ ومننزل ومنتفرج مثلا هي عندها 510 في عندها هون 11 باخر 15 يوم خلينا نفتح لحتى نتعلم شو هنن اليداعش مثل ماك شايف هون هون كل شيء له علاقة بالطبخ او كل شيء بشكل عام بتأتي حاكية بشايف هي كلها شو الفكرة المشي نحنا عملنا مثل ماك شايف هون فيه بروموشن هون فيه الفكرة ان انا بدي اعرف هل هذا الشخص انا اول حدا عمشتغل معه او فيه ناس عمشتول معه قبلي اذا فيه كتير ناس عمشتول معه قبلي مثل ماك شايف ثلاثة فاصلة ثلاثة يو اس بلاتفورم الانستجرام خلينا نفتح نشوف شيء مثلا مثل هاي الستوري مثلا هي عبارة عن صورة بس تمام فهذا الشيء الحلو بالموضوع هون طبعا فيه كمان تضغط سي انفلونسر نطلع من المينيا لالانستجرام وبالانستجرام نحنا نلقي نظرة عليها ونعمله مثلا حاول قد الامكان انك انت يكون عندك صفحة على الانستجرام وكمان تعمل فولو له هذول الناس هون الموضوع اسهل هون الموضوع فيك تطلع ناس اد ما بدك فيك تطلع ناس اد ما بدك فيك تعمل نتائج معهم فيك انت تحللهم تحلل الناس اللي عم يشتغلوا معهم هون فالموضوع جدا 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 رائع وانترستنج هون تمام اطلع ما انك شايف يو اس يو اس يو اس يو اس هون كلياتهم موجودين بالمكان اللي انت عم تبحس فيه بامريكا تمام شايف هلأ هون انا هون ما باهتم كتير لانه اخر 15 ما كان فيه هلأ عادي طبيعي جدا ولكن يفضل انه كان فيه هون هذول التوب مثلا عندك هاي التوب هون هاي عامل شغل قوي جدا خلينا نفتح عليها لحتى نشوف شو الشغل اللي هي عم تشتغله مثل ماك شايف شايف الارقام هون قوية جدا فهون احنا منشوف كل المتاجر مثلا هون فيعنا خلينا نفتح ونشوف عن شو هاي الستوري مثلا هاي اول واحدة صورة بعتقد هاي التيشيرت خلينا نشوف اللي بعدها كمان هاي اه اوكي كمان هون نفس الشي تيشيرت فقط صور مثل ما لك شايف تمام هون جاكيت طبعا تفتح هون اللينك بياخدك فورا وين على المتجر تمام بساطة فيك انت تضيف اللي لست وتعمل كمان قائمة هون بالعدد اللي انت حابه وبعد بتجمع هاي الليستة كمان وفيك تشتغل معا تمام هلا الانفلونسر قلنا هاي الامور بعد هون الليستة فيك كمان انت تختار فيك تضيف كل شي هون بالليستة هلا مثلا نفرض انا عندي شي له علاقة بالهيرلس يعني انا عندي مثلا هذا الهيرلس اللي هو اللي بيعمل كيرلي للشعر مثال اول شي بيعمل شعر ملس اول شي بيعمل شعر كيرلي تمام كيف انا بدي لاقي احسن انفلونسر لهذا المنتج اول شي بروع على الكنتري بختار البلد اللي انا حابب اني انا بيع فيها مثال خين اول يوناتت كيمدوم تمام بعد بروح على الفلوورز انا بالنسبة لقالي ماكس 100 الف ما بدي اكتر هون شو بعمل انا بنزل لتحت مثلا الهير بضغط هون تمام الحلو قلت لك انه مو بس البيوتي بشكل عام او سكين كير لا لا كل شي كل الشغلة انت بتبحث عنه بتلاقي تمام هون ضفنا هون تمام الوديونس فيميل بعد الوديونس ايج هلا فينا نحنا بما انه هاي الشغلات هاي هاي الاعمار فانا بستخدم من الخمسة وعشرين الاربع وثلاثين هذا اكبر عدد احتي ما يكون فيه ارقام تاني ولكن هذا اكتر شي سيكون نصيحة اي محمد اوكي هلا كنصيحة اذا نحسب نحن هاي الادات كسعر بشكل شهري تسعة واربعين بعد انت هتاخد عليها خصم سيكون الرقم اقل من هيك هاي اول شغلة هاي اول التاني انت فيك تاخد حتى لو انت بس هتستهدي بس الفيسبوك فكرة تطلع منتجات لك وتطلع فانت بشهر كامل فيك انت تاخد القيمة كلية بحيث ان انت مثلا جربت الفيسبوك وحسيت انه انت اوكي في مبعاد ولكن قليلة فورا انت بتكون عامل ليستة او اخد كتير معلومات من هون عن الانفلونسس تتواصل مع انفلونسس مثال او تيك توك اتس او 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 كل ما نطلع بدي ورجيك هذا المنتج هذا المنتج نحن هلأ عم نبحث بالمينيا وجدنا هذا المنتج للامانة هذا المنتج انا اه تقريبا اه جديد بالنسبة للي اه متل ماك شايف اه تقريبا هلا هون لسه بعتقد ما في كتير عليه ولكن اذا منبحث عن المنتج منلاقيه متل ماك شايف هذا المنتج كمان تاني هو نفسه تقريبا كمان جديد اليوم نازل عليه تقريبا حوالي ستة لايك وبس مراجعة شي جديد جدا فانا كتير مهتم بهذا المنتج فينا كمان احنا ندخل على هذا المنتج بعتقد هذا المنتج اه اللي هيكون واحد من الثلاثة وانا بعد ما شفته هلأ اه تأكدت انه انا بعد ما شفته بهي الادات تأكدت مية ومية انه انا ها اعمل متجر لهذا المنتج عن طريق هاي الادات كتير حبيت المنتج انا تقريبا اقتنعت حاليا بانه هذا المنتج اللي هو انا ها اعمله اعلان على او هعمل متجر وحعمل اعلانات وكذا تمام سوء مبدئيا هذا المنتج لانه متل ما حللنا سواء شفنا انه هذا المنتج طلع معنا مرتين وبالبلاتفورمز بالاخص بالمينيا وتأكدنا انه هذا المنتج ما له معمول باغلب المتاجر بشكل احترافي قررنا نحن نعمل حتى عرض قوي جدا هذا المنتج بحيث انه نتميز وطبعا نحن نطلق هذا المنتج عن طريق التكتوب حسنا الخبر سار بهي الادات انه نحن لقينا منتج اللي حنبني عليه المتجر فهلا حننتقل للمرحلة اللي بعدها حسنا نوصل لمرحلة التسويق عبر المؤثرين صح صح معي منيح هذا القسم مميز جدا وفيه بنيفت عالي في فايل ادعاء كتير كبير اذا فهمتو انت صح انا اليوم رح اغطي لك التسويق عبر المؤثرين عبر الانفلونسرز من الالف الى اليام لحتى انت تحترف تتعامل مع عدون الناس لحتى انت تعرف كيف انك تحصل على احسن العروض وتعرف كيف تتفاوض معهم وتوصل لهم باسرع واسهل طريقة ممكنة حتى بالاضافة انك انت ما تتعرض للخداع ما تتعرض لانك انت تتعامل مع مؤثر غلط تتعامل مع مؤثر هو بالاساس ماله مؤثر فهلا هعطيك لتراكس هذا القسم ما بيعتاز ابدا انت تسمع عن شيء بعده شيء العلاق بالتسويق على المؤثرين لانه انا هغطي لك هذا القسم كله الموضوع بيتطلب جهد منك بالاخص اذا انت كان الرأس مال قليل جدا او كان معدوم او حتى اذا كان الرأس المال كبير ولكن كل احوال يتطلب منك جهد داية نحن لازم نعرف خصائص هدول الناس مين هدول الناس وشو هي التركيبة فببساطة انواع المشاهير هنن اربع انواع ما في نوع خامس تمام بالبداية هو عندك النانو النانو اللي هو انك انت تتعامل مع اشخاص من صفر لالف اللي بيجي النوع الثاني اللي هو من عشرة الاف لمئة الف فولورز على الانستغرام النوع الثالث اللي هو اللي بيمتد من المئة الف لحد الون مليون وبعدها بيجي القسم الرابع الاخير اللي هو الميجا هدول الناس مشاهير جدا احتمال يكونوا مشاهير كرة قدم او يكون هن الممثلين او يكونوا اعلاميين مشهورين على مستوى العالم تتبعون بيطلع من الواحد مليون فما فوق مين هو افضل نوع بالنسبة لانه كان مبتدئ انا كمبتدئ مين هو احسن نوع بالنسبة للي لحتى انا اتعامل معه لحتى انا يكون رأس المال تبعي يقدر انه انا اتصرف فيه بشكل صح مع هدول الناس و انا اكون اعارف بالاساس حتى لو كان ما معي رأس مال كيف فيني انا احصل على مع هدول الناس بالنسبة للي انا كمبتدئ لازم انا اتعامل مع النوعين المايكرو اللي هنه من 10 الاف للمئة الف والماكرو من المئة الف الول مليون طبعا الماكرو المايكرو من 10 الاف للمئة الف احتمال احتمال طبعا احتمال ضئيل للأسف انك انت تحصل انك انت تعمل ديل مع هدول الاشخاص بفقط منتج فور فري يعني انت تعطيهم منتج مجاني وهم بالمقابل يعملو لك بروموشن بيعملو لك اعلان على الستوري لمدة 24 ساعة سواء كان ستوري واحد او ثلاث ستوري او خمس ستوري طبعا بالاتفاق هلا المايكرو انفلونسر اول الشغل اللي لازم تعرفه انه من 70 لتسعين بالمئة حاليا من المايكرو انفلونسر ما عم يقبلوا انهم ياخدوا منتج مجاني فقط يتصور احياني انت تتواصل مع شخص معه خمسة عشر الف يطلب منك مبلغ بس الفكرة انه الاغلب تعلم فهم وعرف انه انا ما حشتغل ببلاش هو اعتبر بالنسبة له انه انت تعطيه منتج رابح هو ما عم يشتغل شي ببلاش ولكن انت فيك تستفيد من نوع معين من هدول الاشخاص اللي هنن اول شي بيبحثوا عن من هاي تيكت برودكت في ناس بيكون هو مايكرو انفلونسر عندهم مثلا خمسة عشر الف عشرين الف خمسة وعشرين الف ولكن هو بفكر بطريقة هذا الشخص او هذا البراند بعتلي بدي معي بروموشن يعطيني فري برودكت ولكن هذا فري برودكت هو هاي تيكت برودكت شو محمد يعني هاي تيكت برودكت يعني منتج سعره مئة دولار فما فوق تمام فانت اذا كان عندك منتج رابح قوي وهو كان هاي تيكت وانت اطلب منك الامر انك انت تعطي هذا المنتج فور فري لهذا الشخص ورضي انا مصرحك فورو انك انت تاخد هاي الخطوة لانه الشي لازم تعرفوا انه هدول الناس في عندهم كسب يعني بيكسب وثيقة الجمهور فيهم اكتر من الناس اللي عندهم فوق المليون تصور يعني ممكن تقول اوكي محمد موضوع شوي غريب نعطيك مثال مثلا خلينا نحكي على الانفلونسرز اللي هنن المشاهير الميغا مثلا هلا باخر اعلان هلا عن جديد وضج العالم كله فيه اللي هو اعلان كريستيانو ورونالدو مع ميسي مع شركة لوي فونتين اوكي هاي الشركة اللي حاليا صاحب هاي شركة صار هو اغنى رجل بالعالم هلا الفكرة انه اكيد مو كل جمهور هاي الشركة هنن او خلينا نقول اكيد مو كل الجمهور او الفلورز يتابعوا كريستيانو وميسي هن مهتمي بهاي البراند تمام ولكن الفكرة كانت هو التوسع يعني الشخص اللي عمل استراتيجية هاي لحتى يتواصل مع هدول مع كريستيانو مع ميسي ويعمل معهم الديلز هو الفكرة كانت ما للمبيعات ابدا كانت الفكرة انهن خلاص ينعرفوا على مستوى العالم بشكل كامل بالاخص طبعا هنه انتقوا افضل وقت لانه افضل وقت كان قبل كأس العالم فهنن عرفوا يعملوا التوقيت الصح مليون بالمئة وعملوا الاعلان بشكل رائع جدا طبعا اعلان تطلب بس صورة واحدة لا كان فيديو ولا كان اي شي والصورة كانت معبرة اكتر من مئة فيديو تمام طبعا مجمل تقوا هدول شخصين وكان موجود البرودكت موجود بالنصه هنن عم يلعبوا الشطرنج فوق فالموضوع كان بشكل مخيف يعني هذا التسويق مخيف جدا ولكن كان الغرض منه طبعا هو اكيد البنفت عالي جدا واكيد طلع سعر الاعلان واكيد هاي الشغلات كلياتها هنن حصلوا ولكن كانت بالنسبة لالول انه يوصلوا بلكل كل الكلارضية التارجت تبع هاي الشركة انه يوصلوا لكل الكلارضية كل الكلارضية تعرف هذا البرند فشو كانت اسهل الخطة انه نحن نجيب هذو الشخصين لانه هذو الشخصين كل الكلارضية تعرفوا بوقت حساس جدا اللي هو كان قبل المونديال اللي بالسنة الماضية بقطر اوكي فنرجعنا موضوله هدول الاشخاص المايكرو بيحكوا بشي محدد والناس اللي بتتابع بيصقوا فيهم بشكل كتير كبير اوكي فهذا الشخص تصور هذا الشخص هاد الشخص بيصق فيهم بنسبة من ستين لسبعين بالمئة ستين لسبعين بالمئة من الاشخاص اللي عم يتابعوا هذول الناس بيصقوا فيهم تمام؟ تصور الرقم جدا مخيف ولكن انك انت تقنعه بفري برودكت اه احتمال جدا كبير انه ما يرضى حصرا بهاي تيكت برودكت ولكن في منهم احتمال انت بمجامعة تتبعت لناس اكتر كل ما بعت لناس اكتر كل ما كان عندك فرص اكتر احتمال انت تتحصل ديل معاد ولكن بشكل عام اتلك الموضوع شوي صعب هلا كيفينا نحل هذا الموضوع مع هذول الناس وكيفينا نحنا ناخد نعمل معهم ديل وحتى نحنا انه هذا الجمهور بيصق فيهم اذا ان تنتبه تفوت حتى على البروفيل بالانستغرام تجد حتى الانجاجمينت ريت عالي يعني مثلا تجد شخص عنده مليون متابع الانجاجمينت ريت صفر فاصل سبعة ولكن هنا تجد ان الانجاجمينت ريت اربعة فاصل خمسة او سبعة فاصل تسعة فبيكون الانجاجمينت ريت مرتفع لانه لانه هذول الناس هذول الاشخاص يحبون حتى لو كان قيمة كثيرة ولكن عندهم تأثير قوي حتى لو لا تستقل ابدا بشخص عنده متابعين قليلين لانه هذول الاشخاص عم يعطوا قيمة كثيرة فهذول الناس انا بنصحك انك تشتغنوا رقم واحد سوى انت كان معك رأس مال او ما كان معك رأس مال المايكرو انفلونسرز اسهل واحسن طريقة لحتى انت تتعامل مع هذول الناس ولكن موضوع ممل الموضوع بياخد منك وقت الموضوع احتمال يعني تتخبط ولكن صدقني وقت اللي توصل للنتاج عن جد بيستاهل انك انت تتعب هذا التعب كرماله هلا من المية للمليون هذول الناس انا بنصحك قدامك طريقتين حتى تتعامل معهم الطريقة الاولى قد تكون شبه مجانية اللي هي انك انت تبعتهم برودكت اوكي وبالاضافة انك انك انت تتعامل معهم كيف يعني انت تعطيهم افليت لينك للمتجر تبعك وبمجرد ما الشخص يشتري من هذا اليونيك لينك اللي انت عطيتهم يا طبعا هو هيدغط على الرابط الموجود بالستوري اللي هو افليت لينك بالنسبة لهذه الاشخاص و هيدخلوا يشتري الشخص فدغري بتروح عمولة لهذه الاشخاص مصيحتي لقى لك بالنسبة للعمولة انه ما تكون اقل من 20% و ما تزيد عن 30% لانه بالحالتين انت ستكون خسران اقل من 20% ما حيرضى هذا الشخص يشتري معك واكتر من 30% يعني انك ما يكون في عندك خسارة ولكن انت عم تقاسم شخص يمكن احتماله يطلع له اكتر ما انت يطلع لك لانه انت سياخد 30% من سعر المنتج لا تحاسبه انه سعر المنتج حنقيمه مع جنب لا اوكي سعر المنتج 100$ مثال هو هياخد 30% اللي هي 30$ خلاص ما هيسأل على نت بروفت ولا هيسأل انه قديش انت كان سعر المنتج النت تبع المنتج ما هيتدخل بهذه الاسئات اوكي 100$ انا 30$ اوكي انت لحتى تكون انت الجانب الامن بالنسبة لك احسن شي انك انت تعمله من 20% ل 30% بتعطيه افليت لينك هنا تطبيق اسمه جو ايف برو طبعا فيه منه الخطة المجانية ببساطة فيك انت تستخدمها وفيه الطريقة المدفوعة انا ما بنصحك كبيداي انك تستخدمها استخدم الطريقة المجانية هتكون سهل وايزي وطبعا بس انت مجرم انت تنزل هذا التطبيق هو اب عن طريق شو بي فاي بتنزله ومجرم انت تنزلته كمان فيك انت تلاحق كيف فيك انت تتعمل موضوع جدا سهل كأنك عم تعمل الريجيسترينج لأي شيء يعني لأي موقع اكتروني بالاضافة انك انت تضيف اللينك وحتى هذا الشخص فيه هو يروح للأفليت بروغرام تبعك وهو يحط الباي بال تبعه ويستريم الأرباح ولا انت ما في داعي تتعذب حالك اساسا موضوع جدا سهل نسبة للتسويق عبر المؤثرين محمد فيه بالانستجرام فيه بالسناب شات فيه بعدة منصات كتير فيه بالفيسبوك فيه بكل مكان فيه بالتك توك اكتر واهم منصتين فيه بالالفم تاتة وعشرين مبدئا حاليا الرقم واحد هي الانستجرام اوكي مع اني انا بعتقد بالسنوات القليلة جدا ستصير التك توك هي الرقم واحد هلا شو المساوئ وشو الشغلات المفيدة بالنسبة لهذه الاتنين هلا المساوئ بالانستجرام هلا لازم تعرفوا انا كصاحب براند او بشتغل بالإي كومرس او بشتغل بالدروب شبينج اغلب البروموشن او اغلب الاعلانات اللي تصير مع هؤلاء الاشخاص مع الانفلونسر عم تكون عن طريق الستوريز اوكي هلا عن طريق الستوريز للأسف الستوري هي بتمتد لمكس 24 ساعة شو محمد يعني هذا الكلام يعني انت عمل ديل مع هذا الشخص هذا الشخص حتى لو اتفقت معه مع ثري فريمز يعني من تعمل ثري ستوري هو حيعمل بنفس اليوم اذا كان سواء كانوا ورا بعض او سواء كانوا بأوقات متفاوتة حينعملوا كلياتهم يعني خلال 24 ساعة باليوم الواحد تمام هذا هيك بيكون الديل وهيك كل الانفلونسر بيشتغلوا خصوصا بالستوريز يعني الستوريز البروموشن تبعه بيكون هو مدة 24 ساعة 5 3 فريمز احيانا في ناس بتختار بس وان فريمز انا ما بنصحك انا منصحك من ثلاثة لخمسة فريمز يعني من ثلاثة لخمسة بلا المتجر تبعك طبعا هعطيك الانصائح جدا مهمة جدا حتى انت تكون مواسق 100% انك انت تطلع بي اكبر فائدة بمجرد ما انت علقت السنارة معك وبلشت تعمل ديل مع شخص لازم انت تاخد كل الفائدة من هذا الشخص بمجرد ما انت تصرف بيتواصل معه حيتابع هو معك فانت خطيت 70% من ديل تمام؟ هنرجع ونقول انه الانستجرام حاليا هي رقم واحد تيك توك ورقم اثنين هلا التيك توك الشيء الحلو بالموضوع طبعا فيه مساوئ فيه سلبيات وفيه ايجابيات هلا حكينا على السلبيات تبع الانستجرام طبعا الايجابيات انه الستوري في كتير ناسب تحضرها وطبعا هلا انا حالما كيف كمان انت فيك كيف تحسب الستوري وتحسب كمان كيف انت تحسب المبيعات والارباح وهي قصص كل هذا قالنا المساوئ انه فقط 24 ساعة فيك انت تعمل ريلز وفيك تعمل بوست معهم ولكن موضوع حيكون غالي مكلف وما له كتير مهم للأسف هلا بالنسبة للتيك توك حتى انت تتعامل معهم هي طريقة واحدة اوكي على ستوريز فيه ستوريز بالتيك توك ولكن ما لا شغالي ابدا اوكي ولكن عن طريق الفيديو يعني طريق التسويق يعني ان هو هذا الشخص بيوصل المنتج تبعك لعنده وبيطلع بفيديو وبيحكي عن طريق هذا المنتج هلا الحلو بالموضوع انه المنتج تبعك هيوصل لعدد كتير كبير من الناس حتى لو كان مثال اذا كان هذا المنتج او هذا الفيديو اللي عمله هذا الشخص او اللي عمله هذا التك توكر عن طريق لا نفرض ان هذا انت المنتج تبعك اوكي هذا المنتج تبعك وانت بعثت هذا المنتج للتيك توكر وقلت له عمل لي فيديو هلا اذا انت بتقول له بتعمل واحد اثنين ثلاثة بتعمل لي مثلا تطلع وتحكي عن المنتج تبعي تحكي عن المنتج تبعه تستخدم المنتج تعطي كول تو اكشن وتعمل لي تاج وبعده تحط اللينك تبعي عندك بالبايو الامور تمام الحلو بالموضوع انه الفيديو هيشوفه اكبر عدد ممكن من اشخاص اللي عم يتابعوا هذا الشخص بالاضافة اذا هذا الفيديو ضرب على التك توك شو محمد يعني هذا المنتج او هذا الفيديو طلع ترند على التك توك احتمال يوصل احتمال يكون هذا الشخص عنده عشرين تلاتين الف ولكن الفيديو وصل لمليون فانت تخيل الرقم المرعب من الزوار على متجرك الشغلة الثانية تخيل قد يكون سبعين من هذول الناس اللي دخلوا هن اساسا ما لهم مهتمين ولكن انت صار في عندك زوار بيرتفع الرنك تبعك وحيصير في عندك مبيعات نفس الشي لما انت تعمل محتوى مجاني على التك توك لمنتجك احتمال مليون شخص يشوف هذا الفيديو صح اكيد المليون شخص ما هيدخلوا هيدخل عدد كتير ولا نفرض خمسة بالمئة منهم بس ولكن هاي الخمسة بالمئة في رقم كتير كبير منهم هيشتري المنتج تبعك فهيكون الرقم مخيف بالنسبة لك اذا انت سوقت بهي الطريقة عن طريق التك توك فالتك توك اذا انت هتتعامل مع هذول اشخاص هيفيدوك جدا هاته مجاني كتير احكي انا لقدام كمان هأعطيك ميثال على كتابك اكزامبل هون لحتى تذكر نفسي بالمثال انا هأعطيك مرر من المرات عملنا ديل مع مؤثرة هيا مؤثرة بتحكي عن lin extensions المحتوى كان كله extension يعني تطلع بتحكي عن وصلات الشعر وتجيب وصلات شعر وبتحكي عن وصلات شعر فانحنا كان عنا منتج الاعلاقة بال ووصلنا مع المؤثرة المؤثرة كان عندها حوالي 14 ألف تمام ولكن الشيء الملفت الذي لفتنا أنه كان محدد المشاهدات على الفيديوز تبعا في منها 25 ألف في منها 30 ألف في منها 50 ألف في منها 110 ألف في منها ست سبعة ألاف ولكن العدد ما بينزل ما بينزل تحت الخمسة ألاف أوكي كان العدد كبير فتواصلنا مع هاي التكتوكر وكانت الفكرة أنحنا نعرض عليها أنه هي تشتغل معنا ونحن نعطيها منتج فور فري فقط هلأ مثل ما قالنا أنه أغلب تعرف أنت أغلب الناس اللي أحالية ما عاد يردوا بالفري بروتكت طلبت فقط 30 دولار لحتى هي تشتغل معنا يعني هلأ أنت كشخص إذا نعود بنحسبها في حال ما أجتنا ولا ما بيعها من 30 دولار نحن حطيناها ولكن نحن كسبنا كونتنت هلأ كمان أنا أحكي لك ما ففيه بنيفت بكل أحوال أنت رابع بكل أحوال تمام حتى أنه ما يجب المبيعات فبعتنا المنتج طبعا المنتج كان سعره متوسط بععتنا المنتج وعملت لنا فيديوز ولكن قبل ما تعملنا الفيديوز بعد ما وصل المنتج لعنده رجعنا تواصلنا معا إذا ممكن أوكي نحن طبعا هنا صارت الأمور كل جاهزة لنسا ما كنا دافعين أنا معكي لك قصة لحتى أنت تعرف كيف الأمور بتجري فتواصلنا معا وقلنا لها هي تواصلت معنا قالت أوكي أنه شكرا ما وصل المنتج لعنا وأنا هعمل الفيديو يوم الجماعة فانحنا شو الفكرة اللي أنا فكرت فيها اوكي أنا كنت حابب أنه الناس اللي عم يشوفوا هذا المحدد ولي حيشوفوا الفيديو تبعا وقت اللي يدخلوا على المتجر يشوفوا الصور تبعا لك هي نقطة جدا زكية تواصلنا معا وقلنا لها أنه نحن بنتمنى منك تصور لا عرضنا عليها ما لا عرضنا نتمنى منك أنك تعرضينا بس بعض الصور من المنتج تبعنا وانتي ماسك المنتج وانتي مستخدم من المنتج بس ذات سيت فأوكي هي بعتتنا حوالي ست سبع صور الست سبع صور كام منهم أربع صور رائعين جدا استخدمنا أربع صور من الصور اللي هي بعتتهم وحطيناهم بالمتجر تبعنا تمام؟ تصور أنه الفيديو اللي عملته هي كان طبعا نحن نلق هتعملي واحد اثنين ثلاثة أربع يعني هي طلعت لأنه ليك لا لك شغل ما يكون التكتوكر أو الإنفلونسر الصغير ما عنده هاي القوة بالتأثير تمام؟ ولكن لما أنت بتقول بتعمل واحد اثنين ثلاثة أربع خلص هو لازم يتبع كل التعليمات التي بتقولها بالفيديو مثلا بتقول كذا بالأخي بتقول كورتو اكشن يعني شوبنا وروح اللينك بالبايو كذا هي القصص كلياتها فعطيناها هاي الستيبس كلياتها وهي عملتهم واحدة واحدة تمام؟ بالفيديو هلأ هي عملتك الفيديو كانتي شوية ما لكتير بروفيشنال ولكن تصور أول شغل الفيديو تجاب حوالي تقريبا 12 ألف مشاهدة تمام؟ طبعا حتى الهاشتاغات انه تضعين الهاشتاغ فلاني الهاشتاغ فلاني الهاشتاغ فلاني الهاشتاغ فلاني والهاشتاغ تبع صفحة تيك توك تبعا وكل شيء فجاب 12 ألف مشاهدة هذا الفيديو صار فيه تحويلات كتير على المتجر والأحلى من هيك انه صار فيه مبيعات حلوة يعني كانت المبيعات حوالي بين 340 إلى 370 دولار على ما أعتقد ولكن يعني عشر أضعاف الرقم التي نعطيناها هي بالإضافة للفيديو الذي نحصلنا عليه من تيك توك واستخدمنا مرة ومرتين وثلاثة بعدلنا عليه واستخدمنا بالإعلانات بالإضافة للصور التي نحن أخذناها ليش نحن عملنا؟ حركت أنه نحن حطينا الصور ببساطة لما هي طلعت وحكت بالفيديو وجربت الاكستنشن وعملت كول تو اكشن للناس يروح شوفوا المتجر وعملت لنا تاق فدخلوا الناس وشافوا صورته موجودة بصفحة المنتج وصفوا صورته صورة ثانية صورة ثالثة حسناً يعني هدول الناس دخلوا عن طريق فيديو كانت هي مصورته والأحلى من هيك أن هذا الفيديو اللي هي مصورته بعدما هي أنه انتقلوا على المتجر شافوا الصور هلأ هن فكروا واحد من الثانين أو يفكروا أن هذا المتجر لقلاح سيعطي ثقة أكبر واشتروه او اوك هي يعني متعاملة مع هذا البرند بشكل كبير اوكي بالدرجة من هنا نحاطين الصور طبعا فكمان زادت الثقة اكتر فاللي حيقول السعر غالي حيشتري فورا اللي هو خايف ان يكون متجر كسكام حيشتري فورا وحتى اغلب التحويلات اجت وما كان فيه حتى اغلب مبيعات بيعت الكلمة مبيعات ما كان فيه ولا مبيعات اجت عن طريق البيبال ليش؟ لانه زادت الثقة اكتر الناس اللي يشتوقوا عن طريق البيبال بيكونوا عندهم تخوف انه حتي ما لكون سكام او شي فهنا بشتروا عن طريق البيبال فهي طريقة لك حتى اذا انت ما كان عندك بيبال انك انت تتسوق عن طريق الانفلونسر او الفائدة انك انت تسوق منتجاتك عن طريق الانفلونسر هي اول شي الطلبات العالية يعني مثلا انك انك انت بمجرد ما انت تعمل ديل مع شخص وبالاخص اذا كان هذا الشخص عنده بين المئة الف والثلاثمية الف او المئة الف للمليون فانت توقع بيوم واحد من ستوري واحدة اول يوم وتاني يوم واحتمال تالت يوم يكون في عندك عدد طلبات عالية بالاضافة حتى للاشخاص اللي ما اشتروا المنتج عملوا ادتو كارت او عملوا شيكاوت حطوا البيانات تبعهم وفجأة طلعوا انشغلوا او هنن غيروا رأيهم فهدول الاشخاص فيك انت تعملون ريتاركتنج عن طريق الايميل ماركتنج عن طريق الفيسبوك ريتاركتنج طبعا اذا انك تتواصل بيكسلس وهي الاصص كلياته حتى عن طريق تيك توك اوكي فالفائدة قوية جدا لانه هتواصل لك طلبات عالية هلا النقطة الثانية محتوى تستفيد منه على جميع مواقع التواصل الاجتماعي كيف يعني محمد يعني الشي لازم تعرفه انك انت بالاخص بالاخص هو انت تتعامل مع انفلونسر صغير انت قريد يبعث لعنده المنتج تمام فانت احتمال تعمل معه ديل مرة ومرتين وثلاثة تمام وبعد ما انت تكتشف اوكي هو عم يعمل فيديو بشكل رائع ولكن ما عد اجت مبيعات لهذا المنتج ببساطة فيك انت تطلب منه ان هو يعمل لك فيديوز اه لحتى انت تستخدمها بالمحتوى الاعلاني تبعاك او تحط بالمتجر او محتوى الهو جي سي انك انت اه اه طبعا تعرف انت بالتك توق هلا الاعلانات الاقوى حاليا هي الاعلانات الهو جي سي شو هيا اعلانات الهو جي سي باختصار بالعربي يعني شخص بيطلع بيمسك هذا المنتج وبيحكي عن هذا المنتج وهو استخدمه بشكل طبيعي جدا ما في ويقوم بعمل حركات ويقوم بعمل موقع الفلاني ويقوم بعمل أمبوكسينج ويقوم بعمل ثلاث ثواني ملفتين للنظر حتى الشخص يمكنك تكمل لكن الحلو بالموضوع بما أنك أعطيته فري بروتكت أو أنت اتفاءت معه على المبلغ ضئيل جدا وهو قد يصبح لديه المنتج لا يوجد تبع المنتج مرة و مرتين أو ثلاثة فهو سيقول لك أنت تقول له يريد تعملي فيديو ثاني مثلا أنت فأنا على ثلاثين دولار أو خمسين دولار فتجع بتعطيه فقط الثلاثين دولار أو الخمسين دولار لأنه نحن نتحدث عن الماكرو انفلونسر سواء كان انفلونسر أو تيك توكر فأنت ستعطي هذا المنتج مرة وحدة ستستفيد من هذه الفيديوهات مرة و مرتين و ثلاثة بأنك قلت له المرة الثانية وفيك أنت بين الفترة و الثانية بشكل مجاني بعد ما أنت تعمل الريليشنشب حلوة معه علاقة كتير منيحة مع هذا الشخص فيك أنت تطلب بأي وقت أنت بدك إياه كل شهر مثلا بعتلي ثلاث صور جدد لكن لألك شغلة الحلو الصور هاي حتى بالإيميل ماركتينج فيك أنت تستخدمها هذا الشيء رائع جدا كلما أنت توسعت الآفاق تبعك وعرفت أنت كيف فيك تستسمر مبالغ بسيطة من هدول الناس فسدقني الموضوع القيمة أو قلنا نقول عائل الاستثمار سيكون كثير كبير إذا لم يكن اليوم سيكون بالمستقبل القريب يعني إذا لم تجد أردارات عالية من هذا الشخص من نفس اليوم ولكن بالمستقبل القريب ستجيب طلبات لأنك ستستخدم هذا المحتوى مرة مرتين وثلاثة الشغلة الثالثة يعاد استخدام المحتوى عن طريق الوجيسي أربعة مشاركة المحتوى على متجري عن طريق الإنستفيد والإيميجز يعني مثل ما قلنا قبل قليلا حكيت لك بالقصة إنه نحن استخدمنا للصور هاي ولكن تتقوم بالقرآ تطلب الصور قبل الفيديو قبل الفيديو هو قال لك مثلا الجمعة الجاية سأسلمك الفيديو أو سننشر الفيديو عندي بالتيك توك أو بالإستجرام فأنت تقول له أوكي ولكن بقعتنا الثلاث صور حاليا وانت مصور المنتج هذول انت خطوان اعطا بل انت اتفق معه حي ما تكون دافئ عنه تمام فانت حصل على هذا المحتوى المجاني انت فيك تستفيد منه بالانستفيد شو محمد الانستفيد؟ انستفيد هو تطبيق انت ببساطة بتنزل الكونتنت كله عندك على انستجرام وبعدها بتنزل تطبيق الانستفيد هو مجاني بتنزله عندك و بتحطه بالهوم بيج وفيك قد تظهر صور هذا الشخص حتى بالانستفيد اوكي هو الموضوع صار خطير يعني شو خطير يعني مو بس هذا الشخص هو محطوط الصور على المنتج هو مستخدم المنتج بالمتجر لا حتى بمواقع التواصل الاجتماعي هو موجود زادت السقة اكتر عن هذا الشخص فهون احيانا بتلاقي فيه ناس بيبيعوا نفس المنتج ولكن بتلاقي فيه متجر عمبيعوا بسعر اعلى ليش هون فيه value اعلى فيه اشخاص معروفين عم يستخدموا هذا المنتج وعم تنحط الصور طبعا وعم ينعملوا الفيديوز طبعا بالاعلانات او حتى محطوطين على التيك توك من هذا الشخص فالقيمة عالية جدا اوكي انا البدياء منك انك انك انت اوكي حتى لو كان رأس مالي جدا صغير بس فكر بشكل كبير فكر كيف فيك انت تستسمر هذا الرأس المال الصغير بشكل كتير كبير احيانا تصور اوكي تقول انت محمد يمكن انت فيك انت تواصل مع اي مؤسر وتدفع الرقم لأي رقم انت ما عندك اي مشكلة صدقني انا هدول الناس الماكرو انفلونسز والتيك توكارز الصغير هدول احب على قلبي من الاشخاص الكبار صح الاشخاص الكبار بيعملو لك طلبات عالية صح بيعملو لك بنيفت كتير كبير يعني بتنتشر بتنتشر بشكل كتير كبير المتجر تبعك بصير معروف ولكن هدول الناس الصغير انهم تأثير اكبر وحتى اذا انت بتحسبها بالنسبة لل الفيزيترز تبع الستوريز حتى بيكون عدد اكبر يعني العدد اكبر بيكون بالمقارنة بالستوريز هلا احشرح لك بعدين خمسة سهولة اكبر بالتعامل مع المؤسري بالمستقبل كيف يعني محمد شو الفكرة مجرم انت اول شخص انت تعملت معه وحطيت الصور تبعه بالانستجرام تبعك وبالتيك توك وحطيت بالريلز وحطيت حطيتهم بالهايلايت وحطيتهم بالهايلايت فانت صار في عندك اشخاص هنه السفراء للبراند تبعك فلما انت تبعت لشخص تاني انك قد تتعامل معه فهو لما يشوف صفحة الانستجرام ويشوف هو الشخص يمكان هو بيعرفه من قبل وبيعرف ان هو شخص معروف وانت متعامل معه من قبل حتزيد السيقة اكتر حيتطمنوا يتعامل معك تصور الفكرة انه اول بس الخطوة اللي قوله هي صعبة اول اتفاق اول صعب بعدها بتتبلش الامو بسك اسهل 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 عارب شو الفكرة وحتى انت فيك تعمل منشن يعني انت بوقت تبعت الرسالة تبعك او الايميل لهذا الانفلونسر بتذكره انه انت مشتابل مع شخص تاني مع انفلونسر وتعطيه مثال انه هذا الشخص وفيك كمان حتى تعمل منشن يعني حتى تحط التاك تبعه حتى يعرف يروح هو ويشوف من هذا الشخص اللي راح واللي انت عملت معه هذا الدي فهي الفكرة اول شخص تتعامل معه اول انفلونسر او تيك توكر حيكون موضوع صعب بعدها شوي شوي التاني بيكون اسهل التالت بيكون اسهل اكتر الرابع الخمس وبعدها بتوصل لمرحلة احتمال في اشخاص بعدما انت تحط الافليت لينك تحت عندك بالفوتر مينيو تحت بالمتجر لما تصير المتجر تبعك قوي وانت تصير متعاون مع كتير ناس بس ياخذ الافليت لينك ويسوق للمنتج تبعك او حتى شخص عادي اشترى المنتج تبعك وشاف انه انت في عندك هو احتمال يطلع مصاري 30 او 20% من كل مبيعه فاحتمال مثلا تكون ست بالبيت في عندما عارف مثلا 200 او 300 صبية تانية اوكي واشترت منتج العلاقة بالشعر مثلا او هيرلس مثال فهي اشترت هذا المنتج وعجبه كتير فهي هتنصح هذول اشخاص ثانير بتروح وتعمل لينك وهي صارت كتير وحتصير معك بالمستقبل الموضوع جدا سهل طبعا نفس الاب اللي هو GoF Pro انت فيك تحط الافليت لينك تحت بالفوتر منيو وبعدها بكل سهولة فيها هاي الصبية تاخد المنتج وتنشره على الواتس وتنشره على الانستجرام وتسوق لك وحتى تعمل ستوري وتحكي عن المنتج تبعك حتى انت وانت ملأ ما كنت داري اساسا ليش لانه هي حبت انه تطلع سعر المنتج تبع بلاش ففي كتير ناس بتعمل هذا الشيء فانا بنصحك اذا المنتج تبعك رائع جدا وراوح GoF Pro لحتى انت تعمل deals مع المؤسرين وبعدها بتحط بالفوتر منيو تحت مع الشحن والريترنز تحت بالآخر في كتير ناس تنزل للآخر لحتى تشوف هذه الأصفة يشوف affiliate link وعندها معارف هؤلاء الاشخاص العادين هن المحيط حوالي هون فالصابية واحدة وقت اللي تحكي عن منتج هي استخدمته الناس المقاربين جدا منها يمكن احتمال 50% منه المكبير لأنه بتواصل مباشر مع هذا الشخص حتى لو كان ما له معروف حتى لو كان عنده 1000 متابع مثلا ولكن حيكون تأثير كتير كبير فاحتمال لما تحط affiliate link تبعك تحد يصير عندك مبيعات وانت تستغرب انه فيه شخص دخل وعملت رحت affiliate program وحطت البيانات واخدت unique link وسوئت لمنتجك بدون ما الفكرة سهلة جدا ولكن تطلب منك انك تكون واعي على هذه الشغلات البسيطة لأسف 99 من البيجنر يقعون بنفس المشكلة كيف اقنع هذا المؤثر انه يتعامل معي اول شغلة لازم انا ابعت له ايميلات احترافية الاشخاص اللي عندهم من 1000 ل 10000 احتمال يرد عليك على ال DM الخاص ولكن الاغلب احتمال 30 40 50 رسالة صعب جدا انه هن يوصل لرسالة تبعك او احتمال يشوف وما يفتح هو وحتى لو فتح هو ينس هو موضوع حيكون معقد اكتر الاحسن شي انك انت تعمل اللي هو الارسال عن طريق ايميل احترافي no gmail gmail hotmail business email info support يعني هاي الايميل ايميل نفس اللي انت بتستخدمه بمتجرك تواصل معه عن طريق او تواصل مع هذول الاشخاص عن طريقه هلأ في نصيحة جدا مهمة لازم انت تعرف اهم شي انك انت ما تبعت عدد اكتر من 40 max ل 50 ايميل باليوم لانه ببساطة gmail او الموقع او عفوا الموقع الايميل انت عملت ال business ايميل تبعك حيروح على الرسائل غير مرغوب فيها او لانه ليش لانه هيعتبر هاي الرسائل اللي انت بعت نفس الايميل 50 مرة 60 70 مئت مرة فحتروح على الرسائل غير مرغوب فانت بتقول اوك لماذا لا يرد عليه هذا الشخص لا يرد عليه للاسف لانك عم تبعث عدد كثير كبير فانت يروح على رسائل غير مرغوب فيها اوك فمكشور max 30 40 50 بالكثير بشكل يومي مؤكتر من هك رقم 3 لازم يكون متجرك احترافي branded store للاسف في كثير ناس يعملوا متجر عادي يجيبوا صور على المتجر جدا جدا basic اوك يكون صور من عليك سيبريس كوبي بيس مكان ثاني موضوع يعني لازم يكون متجرك unique معمول بطريقة branded store لان هذول الناس يريدون يشتغل مع brand هنه اساسا لك لك اذا عرفوا انه انت drop shipping ستوع مشكلة ثانية هلا اربعة منتج رابع يحل مشكلة منتج مطور يعني محلات وانت تبعت هذا المنتج العادي جدا او احتمال يكون ماله رابح لهذا المؤثر لانه اساسا لا يحل مشكلة لانه هذا المنتج يكون متواجد بكل اماكن فحتى هو حشوف المنتج لا يشتغل معك لذلك لا سيرد عليك خمسة عرض مغري تمام ويفضل يكون مع كود خصم اوك كانت عرض قوي جدا للأوديونس تبعك مثلا نفرض انه هاي المؤثرة اسمها مثال اميلي مثال فانت فيك تعمل مثلا خصم 50% بتعمل كود خصم اميلي 50% فهي وقت تطلع بتحكي بتقول خدوا خصم 50% تروح وتحط الكود وبتحصل على الخصم تمام بتروح على بتعمل كود خصم باسم هاي مؤثرة 50% واي شخص بيجي من طرفها بيشتري وبياخد 500% هيك بتزيد الثقة اكتر فاني بحس انه هي اللي نحن من خلال حصلنا على هذا العرض فبيتشجع اكتر تمام لازم يكون فيه اضافة قيمة حقيقية للمؤثر والجمهور من منتجك يعني اذا كان منتجك ما كان له فائدة وازا كان منتجك انت ما اضفت قيمة جديدة للتسويق هات ما اضفت قيمة جديدة للأوديونس تبع يعني احتمال منتج تبعك من عمل مع اكتر من 100 200 500 مؤثرة تانية اغلب يكون متابعين المؤثرين تاني بيشوفوا هذا المنتج احتمال اشتروا احتمال ما اشتروا ولكن ما عمل اي قيمة تمام يفضل ان يكون منتجك مميز سواء لون سواء منتج مطور سواء منتج جديد سواء منتج يحل مشكلة كبير من المنتج المطور يحل مشكلة أكبر من المنتج الأساسي hinge طور لان حل مشكلة أكبر من المنتج الاساسي كل ما كان منتج تمام كانت الأمور اسهل المشاكل التي تواجهك كمبدأ واغلب المؤثرين الذي عدم رد علي لأن لانه سبجيك بيكون غير احترافي يعني العنوان ما له ما له كاتشينج كيف يعني محمد يعني مثلا احتمال انت الكاتب بس برو موشن بايد برو موشن فقط احتمال انه واصله خمسين ايميل بايد برو موشن فاكيد ما هيكون مهتم تمام او حتى اذا فتح اه يفتح ثلاثة اربعة وبعدها يمل ما في شيء مميين ولازم انت تعمل كاتشينج تمام انا حكيت بالتفصيل في اردي انا عامل كورس للتسويق عامل مؤثرين ولكن انا هغطي لك بشكل الاكبر هلا لحتى انت تعرف الا انه اذا انت الايميل تبعك ما كان كاتشينج احتمال هذا الشخص يوصله 100 200 300 500 ايميل باليوم فحيمرق الايميل تبعك مرور الكرم حتى بيدو ما هو عارف اساسا انه انه انت بعت له ايميل تمام فلازم يكون العنوان السبجيك كاتشينج تمام لحتى يلفت نظره ويقرأ انه يفتح الايميل ويشوف العرض تبعك الشغل التالي لا يوجد اهتمام بالمونتج او البرانل اوكي دخل هذا المؤثر ولكن هو لا لا مهتم بالبرانل تبعك ولا مهتم بالمونتج او عمل اعلان نفس المونتج من قبل فهو اكيد ما هيطلع على الوديونس تبعه ويرجع يحكي عن نفس المونتج لبرانل تاني مثلا هذا المونتج اللي انا عكينا عليه هو طلع قبل بشهر لذلك انا دائما بقل لك انه كنت وقت التواصل مع المؤثرين دائما حاولك تعمل فلو اوب لحتى تشوف انه شو عم يعمل ستوري لأي منتجات عم يسوقه طبعا فيه تولز حنحكي عننا بعدين لحتى انت تعرف كيف كنت تشوف هذا المؤثر شو هي المونتجات اللي كان عم يسوقه لمنابل تمام؟ فصعب جدا اذا كان مسوق من اسبوع اسبوعين او شهر لهذا المونتج يرجع يتواصل معك ويتبعت لمنتجك ويرجع يطلع لنفس الوديونس ويقول لهم اشتروا هذا المونتج ولكن من براند تاني فما حيوافق وما حيرد عليك اساسا الشغل الثالثة عفوا الرابع انه يفكر انه انت سكام ويشوف فترات الشحن طويلة فيدخل هذا الشغل فيدخل مؤثر على المتجر تبعك بيشوف الوديونس بين 25 يوم لشهر ونصف فاوكي بيقول لك اوكي انا لا مستعد ابدا انه انا واقع بهاي المشاكل هذا المتجر سكام او هذا المتجر دروب شبنك لانه ليه كليك شغل بمجرد ما عارف الانفلونسر انه انت دروب شبنك ما هيشتغل معك تمام؟ لانك انت وتلع متعامل مع هذا المؤثر از اي كومرس انا كبراند بشتغل بالي كومرس تجارة كترونية هم متعامل معك ما فيش اسمه دروب شبنك بتسويق بالمؤثرين لا تحط كلمة دروب شب دروب شبنك ابدا بالنصف تمام؟ بالاخر سوات انت تواصل معنا لانه مجرد ما هننا عارفه انك انت دروب شبنك وعم تجيب من عليك سبريس او من اماكن تانية فحيكون موضوع صعب جدا بالمستحيل بالنسبة للك الشغل الخامسة ما تجرى غير احتراف نحن بصفحتي على الانستغرام هلأ من هون هنروح ونبحث عن مؤثرين او كيفنا نحن نلاقي مؤثرين هاي طريقة مجانية اوكي؟ في طرق مدفوعة هنحكي فيها بعدين الطريقة المجانية اللي هي انك انت ببساطة اول شي تعرف بعد ما تجدت المنتج الرابح تبعك وقرنتت به هذا المنتج هذا المنتج تحت اي خانة من المجالات يعني بين درج هذا المنتج هلو منتج فتنس هلو منتج بيوتي هلو منتج بيت هلو منتج هوم اكتشن من خلال فيك انت خلاص تروح وتعرف مين انت مثلا بروح على الجوجل ويكتب طب 5 بيوتي براندس مثلا اوكي بتطلع لك عدة خيال بتطلع لك عدة براندات قدر بتخول على البراندات هلا حالما كيف بالظلط ولكن مكشور قبل ما انت تروح اذا انت دخلت على صبعتي اللينك تحت بتعملي فولو على الانستجرام لحتى انت فيك تتواصل معي اذا فيه جهتك اي مشكلة هلا شو هنعمل نحن نروح على سيرش اوكي وبعده انا بدي اشتغل بالفتنس انا عندي منتج الفتنس اللي احنا عملنا له مثلا متجر كامل اوكي فانه بكتب خانة البحث جيمشارك فطبع هذا البراند هو نفسه ولكن فيه جيمشارك ومن فيه اوكي فانا بضغط هون اوكي الفكرة انه انا بدي ادخل على هذا البراند لحتى انا شوف هو هذا الشخص ما هي طريقة مجانية ولكن هي بتاخد وقت ولكن فيه الا نفع تمام اي صرف على الجيمشارك عندنا حوالي ستة مليون فولور مننزل لهون ومنبحث وان باي وان مسال انا بدي اتعامل مع هذا الشخص اوكي انا اول شي بضغط على هاي الصورة تمام هنن متعاملين مع هذا الشخص تمام الجيمشارك تعاملوا مع هذا الشخص اوكي هن احتمالي كتير كبير ان يكونوا عاملينه منشن وهون تمام باول كومنت وللأسف ما هنونا عاملينه منشن في شو ما نعمل نحن هون نضغط على الصورة تبعه بعد ما ضغط على الصورة تبعه تطلع لكتابي هون يفضل انك انت تعمل عن طريق اللابتوب حتى تكون المورة سهلة اوكي هلأ هذا الشخص عنده اربعة وتسعين الف فولور تمام الانجاجمنت ريد ممتاز اتنهم فاصلة سبعة طبع هلأ حالما كيف تتطلع كيف تعرف هي شغلات اتنين فاصلة سبعة سبعة فاصلة سبعة اربعة عش بالمية اوكي هذا المؤثر بر فيكت اوكي اول شي نحن بعد ما نحن دخلنا على صفحة هذا الشخص اول شي نحن شفنا عنده تمام مية وتلات وسبعين بوست اكتر من بين الميتين لتلاتمية بوست واكتر تحت الميتين بوست الموضوع شوي حكم صعب حتى ما يكون مال ومؤثر تمام هلا متل ما رأيك شايف عم يحكي بالفتنس هو قريدي يوتيوبر عنده مية وستين الف بقرة عنه شوية تفاصيل متعامل مع الجيم شارك اه هو متابع الف وخمسمائة شخص هلا الف وخمسمائة شخص كوان احنا هنعتازه كيف نضغط هون ومن تابع هاي الاشخاص كله ياته اوكي مين اللي هو متابعه اشخاص تانين احتماع بيكون من نفس المجال واثنين اصدقاء ففيك انت كمان تستهدف هدول الناس ولكن كمان فيك انت تستهدف نفس الشخص لانه هو اساسا مؤثر وحابب ان هو يشتغل بهذا المجال وحابب يشتغل مع اغلب يعني اي برند عالمي واي برند احتماع يكون متاجتوع وقوي فهو اكيد حيرحب بالفكرة تمام هلا متما شفنا اتنين فاصلة سبعة ستعاش بالمية انجيجمنت سبعة اداعش اربطاعش الانجيجمنت عالي جدا عنده اوكي هلا بتدخل على شخص عنده مليو او متما شفنا بالجيم شارك كان موصل الواحد بالمية الانجيجمنت طبع هذا شي طبيعي ولكن متل ما قلت لك كل ما كان عدد هذا الشخص التأثيره بيكون قوي متل ما تحت المية الف فمتل ماك شايف في كتير ناس عام خمسة عشر الف لايك واثنين واثنين كومنت هون في عنا عشرة الاف هون في عنا عشرة الاف هون في عنا عشرة الاف فالانجيجمنت ريت عالي عنده تمام هلا من روح على الاكستنشن هاي هخلي لك اللينك تحت طبعا اللي عم يسأل على اسم هاي الاكستنشن طبعا تروع على جوجل كروم اكستنشن وفيك تكتب بس اوب فلوانس بتطلع لك فورا وفيك انت تضيف عندك مرغية جدا مجانية لعدد محدد يعني بالبحث يعني انت بتبحث عن عشرة لازم تطل اليوم لأربعة وعشرين ساعة ثانية او فيك انت تشترك فيها ولكن انت كبداية بنصحك انك ما تشترك فيها تضل على الخطة المجانية بتكبس كابسي هون هلأ هتبلش تطلع لك كل بيانات هذا الشخص تمام اول شي بنجي من اليسار من هون في عنا خمسة وتسعين بالمية ريل تمام هذا الشخص المتابعين يعني حقيقي طبعا اهلا كنت اوكي وغير خمسة بالمية واحتمال وشو عمل فيه اهلا شو الفكرة احتمال يكونوا الاكاونت السكريت او يكونوا فيك اكاونت او يعني بتعرف انتهي اصص كلي هلأ الكونتريس الناس اللي عم بتابعوا اللي الاوديونس تابعوا من اليونايتد ستيت واليونايتد كينغ دوم جي بي يونايتد كينغ دوم مجمع ما تضغط عليها تضغط عليها تحت كندا الي تحت جيرماني فابتعطيك بالتفصيل انت بتمرق طبعا هاي كمان انت حتستخدم عن طريق اللاب توب ما حت تقدر تعمل هاي الشغلات عن طريق الموبايل تمام 43% يو اس 25% عن طريق اليونايتد كينغ دوم هذا العمر الم المثالي الاشخاص يشترون ليش لانه 21 او 24 احتى ما يكون لسا ما عندهم شغل احتى ما يكون لسا ما يشترون لسا ما يشترون كل المنتجات ولكن هذول الناس اكتر ناس انترستيق انه يشترون تمام من ال 25 ال 34 تمام حتى بالتك توك تمام اذا انت بتعمل اعلانات بتعمل تحليلات لمنتجة لحملات تسويقية تبعك تكتشف انه حتى بالفيسبوك انه هذا العمر بالزاد طبعا بالنسبة للبرودكت ولكن اغلب البرودكت هذا العمر يشتريون تمام هلا شوف هون شي رائع بانه المنتج تبعنا نحن له علاقة بالرجال فنحن عنا 82% رجال عم يتابعوا هذا الشخص فالمحتوى تبعه طالع الى الرجال يعني المحتوى اللي هو عم يقوله ما عم يقول له الفانز تبعوا احتمال يكون فيه بنات معجبين فيه وعم يتابعوا لا هذا الشخص 82% من الاشخاص عم يتابعوه لانه هو بالاساس مؤثر تمام هذا مؤثر حقيقي تمام وهذا الشخص يجب لك نتائج قوية جدا تمام هلا مثل ما لك شايف في عنا هون الانجاجمنت بالنسبة للكومنت بعتقد هون الانجاجمنت هون الـ A plus في عنا اللايك A plus الكومنت بهذا الشي طبيعي جدا انه يكون به احتمال يكون C كمان شي طبيعي ولكن لايك ممتاز والانجاجمنت ممتاز جدا تمام طبعا هون بطلع لك كل الشي كل شي انت حاب تعرف عنه حتى الايميل فيك انت تلاقيه هون تمام الايميل اللي هو نعم عن طريق الاكاونت هلا مثل ما شايفو ما لو حاطت الايميل انا ويمدي لأي الايميل احتمال بالموبايل اللي يطلع معك الايميل ولكن اذا انا دخلت من اللابتوب ببساطة انا عن طريق هاي الادات فيني طلع الايميل تبعوه هلا احيانا تطلع عندك هون الرو سهم فيك انت تضغط على هذا السهم ويطلع لك ناس تانين تمام ناس تانين او فيك انت تشوف الفولورز تابعوه او الاشخاص اللي هون متابعوه وتنزل مثلا خلينو ناخد مثال هذا الشخص بمجمعه تتمرر هيك طلعنا عنده 3000 بننزل هيك هذا شخص تاني عنده مليون 800 بننزل هون ستة مليون فاغلب الاشخاص اللي هون بتابعوه هن اشخاص هلا هذا خمسة الاف بنحاول نلاقي شخص عنده مئة الف يعني او مثلا هذا مئة وستة الاف ولكن هذا اذا منشوف ما له علاقة بالفتنس مثلا او كيف نتخطى بنجي على هذا الشخص هذا الشخص عنده ستة مليون تقريبا منظل بننزل معمل سكرولينج لحتى تشوف هذول شخص هلا مثلا هذا الشخص بعدها هذا لازم يكون فيه عنده لا معاني الصورة انيوي فتحس من الصورة ان هو مؤثر ولكن لا فهذا الشخص سبع تلاف نحاول هذول ناس مباعد عنه سبع تلاف اساسا هو الشخص يكون عنده اقل من 10 تلاف وتلي يعمل لك ستوري ما عنده خاصية اللينك او السوايب اوب تمام لانه الانستجرام بتيح حي الخدمة ان تضيف لفوق ال 10 تلاف تمام فهذول اشخاص اساسا ما هيقدر يخدموك بشي الا اذا انت كنت حابب كان هذا الشخص بدي بلدنج وانت المنتج تبعك بيحتاج هيك شخص انه يرويج المنتجك فانت فيك تاخد صور او يعمل لك فيديو لحتى بس تستخدم هذا المحتوى ولكن انك انت تستفيد من هذا الشخص نو ما هتستفيد منه بشكل كتير كبير فهذا الموضوع انا شرح بكورس كامل قبل المرة عن تسويق على المؤثرين اعطيتك بعض النصائح هلا بنجي للشي الاهم اوكي هلا محمد هذا الشخص عنده بيد الف ونحن من نتعامل معه كيفين انا بدي سعر هذا الشخص انا بعت له رسالة هو بعت لي رقم كان هذا الرقم انا ما كنت عارب اوكي انا فيني ادفع هذا الرقم اللي هو طلبه لكن انا ما علي عارف ازا هذا الرقم فيه يعملين نتائجة ولا اول شغلة بعد ما هو يرد طبعا انت بعت لأول مين ما رد ويتينج يوري بلاي ويتينج يوري بلاي بحاول انت قد امكان ترجع تعمله ورد رد لحتى هو يرجع يرد عليك فرد عليك الشخص هذا الشخص وقال لك اوكي شكرا لانك انت تواصلت معنا وشكرا وانا مهتم بالعرض تبعك ولكن انا بعمل ثري ستوري مثال بألف دولار اوكي فانا اول شي بعمله اقول لا الف دولار انا ما بدي لا 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 انا لازم اعرف ليش هو طلب اف دولار فانا شو بعمل هون بقول اوكي شكرا لانك رديت عينوك بتعامل بكل لطف معو وبتقول له بتمنى منك انك انت ترسلنا اخر اربطعاش يوم ستوري فيوز من سبعة الاربطعاش يوم بيرفكت لسه شو يعني هذا الحكي يعني انا انت بدي منك انك تعطيني البيانات لاخر اربطعاش يوم لكل ستوري انت عملتها مثلا اذا انا كمست هون ولا حطل عن ستوري لهذا الشخص تمام في بيانات هون عم تتخزن عنده فهو في طلع عين بيانات ويورجيك اديش او تعرف انت اديش هو عمل ستوري فيوز مثلا لنفرض انه كان في عنده عشرة الاف فيوز بمعدل متوسط مثلا كان في عشرة الاف ووحدة عشرة الاف ووحدة تسعة الاف فنحن ناخد الشي متوسط اللي هو العشرة الاف هنفرض انه اللي هيعملها هتجيب عشرة الاف فيو العشرة الاف فيو هيدخل بشكل تقريبي على متجرك عشرة بالمية من العشرة الاف اللي هو الالف شخص الالف شخص اللي هيدخلوا لعندك النسبة الشبه مؤكدة انه نشتروا المدج تبعك هي الواحد بالمية الالف الواحد بالمية من الالف اللي هي عشرة اشخاص فاوكي انا اكيد ما هتعامل معه لانه اساسا انا هتكون هذا الفكرة ملع ناجحة اوكي لانه انا هكون خسران بها يعني ما في وجه تقارب ابدا فحقول له شكرا تانكيو وما هتشتغل معه هيك انا عرفت حالي عملت بشكل تقريبي جدا قديش انا هتطلع من هذا الشخص اوكي مثلا عنده مئة الف اوكي اه وعنده على الستوريز مثل ما قالنا الف ولكن طلب مبلغ بسيط جدا مثلا اوكي فانا حسبت وحسيت انه انا اه اه حتى لو كان بروفت ماله كتير كبير ولكن هشتغل معه لانه بهمني كتير الكونتين تابعه بهمني هيك شخص متعامل مع الجيم شارك انه يكون سفير لعالمة التجارية فانا هشتغل معه حتى لو ما كان كان بروفت تلاتمية اربعمية دونر ولكن لا لا أضيعي الفرصة من ايدي لأن هذا الشخص بالنسبة لي ويشتغل مع الجيم شرك سيكون سفير للمتجري ويعمل سفقة كبيرة للمتجر وحتى المواقع التواصل الاجتماعي سوف أرجع لكها لآخر مرة إذا من كل ألف شخص سيدخلوا على المتجر تبعك سيشتري بشكل تقريبي واحد بالمئة حتى لا يكون 2 بالمئة 3 بالمئة 5 بالمئة طبعا يكون شخص يوصل بكل سهولة إلى 5 بالمئة ولكن نحن نأخذ أسوأ سيناريو أسوأ سيناريو أنه يشتروا فقط 1 بالمئة الفكرة أنك أنت تأخذ أسوأ الاحتمالات لحتى أن تعرف حالك أنك أنت ستوصل لهذا الرقم بكل سهولة ولكن لماذا لا إذا جاب أكثر إذا جاب مبيعات أكثر ضعف أو 3 ضعف ولكن نحن نأخذ أسوأ سيناريو الذي هو 1 بالمئة فقط هذا كان تسويق عبر المؤثرين إذا أنت حسيت شيء ما لك فاهم وكتبتح بالتعليقات أتمنى هذا القسم أنك تتعيده مرة ومرتين وثلاثة لا إذا أنت بالأخص لك شغل أنت بمجرد ما أنت بدك تسويق لعلامتك تجارية وللبرند تبعك لا يمكنك أن تتخلى عن المؤثرين والتيكتوكر هذول ناس مهمية جداً سيكونوا سفراء للمتجر الفكرة ليس فقط أنك أنت تتعلم كيف تعمل إعلانات تيكتوك وتعمل إعلانات فيسبوك وتعمل إعلانات سناب شات أو إنستجرام لا لا الفكرة أنك أنت كمان لازم يكون عندك تواصل مع المؤثرين وانت عامل ديلز مال موضوع البداية حيكون جداً صعب احتمال تبع تلقى 100 شخص 200 شخص ولا شخص يرد منهم بس أنت لازم تحلل ليش ما ردوا هذول أشخاص ليش ولا واحد منهم اللي تشتغل معك هل منتجي أنا ما له منتج رابح هل برندت تبعي هو معمول بشكل سيء هل الصور تبعي ما لا احترافية هل اسم المتجر تبعي هو أساساً ما له حتى حتى اسم المتجر يلعب دور تمام؟ يعني ما فكرة تجيب اسم جداً سيء وتبعت لهذا الشخص تقوله أنا بدي أعمل دي بمجرد ما يشوف الاسم البرندت حيطلع فوراً ما هيهتم أو حتى إذا كانت شاحن تبعك جداً شهر و شهر و نص كمان هي كمان تلعب كثير دور فحاول قدر الإمكان أنك أنت تحلل بعد ما تترسل لهذول الأشخاص تحلل ليش أنا ما أجاني رد له هلأ ترجع أنت وبتحلل و تشوف أكيد فيه مستحيل أكيد في عندك مشكلة سواء كامل مدى سواء كامل كل الشغلات نحن نعاكي نها فهذا كان قسم التسويق عبر المؤثرين وهلأ حننتقل للقسم اللي بعده طبعاً المحتوى المجاني للناس اللي ما معهم رأس مال أو رأس مال شبه معدوم أو حتى للناس اللي هنن عم يديروا صفحات تيك توك فيسبوك بنترس انستجرام لازم هنن يعملوا محتوى خاص بالمتجر ولكن نحن هنا نحن نحكي عن طريقة تانية نحن نحكي للناس اللي هنن حابين انه يبدأوا بالمحتوى المجاني تمام انشاء المحتوى انه نحن نجيب منتجات وهي المنتجات نحن نعمل له فيديوز في 2023 اقوى و احسن و افضل طريقة انك انت تبدأ بالمحتوى المجاني هو انك انت تعمل كونتنت على التيك توك انك انت تعمل كونتنت لمنتجات معينة طبعاً هون في شيء جداً ما لازم تعرفه قبل ما نحن نكمل هاي المنتجات اللي انت بدك تبيعها او انت بدك تروجها للأسف في كتير منتجات لازم يكون الشخص نفسه موجود و يطلع هو و يحكي عن المنتج او يجرب المنتج على البشرة تبعه او على الشعر و تفرش و مكان المنتج ولكن بحالتنا مثلاً او مثلاً نفرض انه انت شخص لا تحب الكاميرا ولا بدك تطلع على الكاميرا ولا اساساً انت يعني انت بتخجل قدام الكاميرا و ما بتحب تطلع وتحكي و كذا او مثلاً تقول او كي انا لا ما بدي انا اطلع وراء او ما بدي اظهر الصوت الشخصية مثال تمام؟ فالحل الوحيد والافضل والاحسن انك انت تعمل نتائج انك انت تلاقي منتجات اساساً ما في داعي انك انت تظهر فيها اعلم مثال خلينا اخذ مثال خلينا نروح لهون و مثلاً نكتب تيك توك فاونس اوكي نكتب هون تيك توك فاونس لحتى نشوف شو هتطلع عنا نتائج طبعاً هون هتطلع عنا كل شيء العلاقة بالمنتجات تمام؟ تيك توك فاونس امازون فاونس تيك توك ميد مي بايت ويننك برودكتس في كده تكتب كل هاي الكلمات لحتى تطلع عليك نتائج هلا الحلو الموضوع هون انه اغلب المنتجات اللي انت هتشوفها هتشوفها هي منتجات الاغلب ما اللي طالع فيها الشخص عم يحكي عن المنتج بس بتاعت هذا او لا فنحن شو بنعمل بنبدأ بشكل يومي ناخد فكرة عن هاي المنتجات يعني هون الخوارزمية هم بتطلع لك نتائج كتير كبيرة لمنتجات انت اساساً ما في داعي تظهر فيها اللي بديها منك انك انت بهاي الحالة طبعا نحن نحكي على عشيبهم جداً كمان لقدام بديها منك بهاي الحالة تمام انك انت تنقي مثلاً تختار منتج نفض انه انا مثلاً اخترت هذا المنتج وينه المنتج بعتني مثال اوكي هذا المنتج عليه تقريباً اربع مليون اوكي انا حبيت هذا المنتج وانا حسيت انه هذا المنتج فيني انا اعمل عليه كونتنت فبكل بساطة مثل ماك شايف المنتج كتير بسيط وسهل خليل نفتح الصفحة لحتى نشوف هذا شو عم يبيع بالظبط او نفتح وشي المنتج وبعده نضغط على هذا البروفي لحتى نشوف هل هو عم يبيع بس هذا المنتج او عم يبيع عدة منتجات تانية ماذا ما انك شايفون هو عم يعرض كتير منتجات عنده تمام في كتير منتجات ما عم يحكي بس عن بس هذا المنتج فاحتي ما تكون هاي صفحة عامة اعم اشتغل بالافليات انه بس يحط المنتج وياخد عليها عمولة فانا ما باهتم كتير برجع بطلع وبروح ببحث عن ناس تانين فانا بتابع بشكل يومي عن طريق الموبايل احسن بكتير فيك انت تدخل وتنقل شهر واليوم اللي انت بدك اياه وكم يوم صلوا مثلا من اسبوع الهلا وفيك تتشوف التفاعل هيبقى معك هيكون التفاعل او تشوف انت التفاعل بشكل احسن بكتير من اللابتوب فانا منصحك انك تتجرب عن طريق الموبايل هلما انك تشوف هذا منتج سيمبل وسهل يعني ينحط بالتلاجة العلاقة انه بيعمل تلج بيعمل فواكب يعمل كما منتج بيحل مشكلة ورائع جدا ولكن يعني هيك منتج يعني الكمباتيشن هتكون عليها عالي والامازون اللي هو الحصة الاكبر بهيك منتجات تمام فبنصحك انك انت يعني فيك تعمله تست ولكن اه بعتقد يعني في كتير منافسة عالي الا في حال انت عم تعمل اه فري كونتنت اه طبعا انا هعطيك هلا نصائح كتير قوية بالفري كونتنت فبما انه انت عم تبيعه فمسلا بس عن طريق الانشاء المحتوى ففيك انت متبيع نفس المنافسين فيك تبيع ارخص منهم ليش انك انت اساسا ما عندك اعلانات انت ملك مشغل اعلانات فنسبة الربح حتى لو كانت بس الضعف فحتكون بالنسبة لالك منيحة اما بالنسبة لانك انت تبيع هذا المنتج وتشغل اعلانات لازم يكون على الاقل ضرب ثلاثة من سعر المنتج ثلاثة اضعاف سعر المنتج تمام هاي النقطة لازم يكون متفقين عليها هلا هنرجع ومسلا ارجع شوف شي تاني غير تيك توك فانس مثلا تيك توك ميد مي بايت اوكي في كتب هون تيك توك ميد بايت بايت just like that تمام وبعدها تروح وتطلع لك بتك توب تضغط هون على الفيديوز فيك تضغط على الفيديوز فيك تضغط على الفيديوز فيك تضغط على التوب وانت تقلب وتشوف مثال هذا المنتج هذا المنتج حالين متل ماك شايف ثلاثة واربعين مليون تمام هايك منتج يعني ستات البيوتوب يعني بيطير على هايك منتجات بالخص انه بيشتغل بضغط المي وبينظف بشكل رائع جدا تمام هلا هذا كمان ما في داعي انت لا تطلع بالمنتج ولا انت تبين بس ببساطة ايدك هي دي ظاهرة وعم تجرب المنتج وهذا الكونتت حتى لو انت عدتوا نفسه ولكن تغير مثلا مرة كاسة مرة هاي الفازة مرة كل مرة انت بتختار قطع شكل بس هيك انت صار في عندك محتوى هلا بالنسبة للمحتوى انا منصحك على الاقل تنزل كل يوم من ثلاثة لخمسة فيديوز تمام واذا انت بتكتر تعمل اكتر كمان تقول بي بيرفكت تختار كمان هاشتاغات العلاقة بالمنتج وتختار كمان موسيقى ترندي حاليا بالبلد اللي انت هتبيع فيه هلا يمكن انا بيع هذا المنتج بنفس بلدي ما حيصير عندي اي مشاكل بالعكس ولكن هل انا مثلا انا قاعد ببلد وبدبيع هذا المنتج ببلد تاني مثلا انا قاعد ببلد عربي وبدبيع هذا المنتج باليوكي هلأ هون شوي الامور معقدة ولكن تستاهل انك انت تتعب كلمان لحتى انت لانه اساس انت ما عم تعمل انت بس عم تعمل كونتنت انت ما عم تدفع للإعلانات بهاي الحالة لازم انت يكون عندك رقم انك انت تشغل من خلاله حساب التكتوك ويفضل يكون هذا الرقم بريطاني زائد انه انت يكون في عندك في بي ان ليش بالفي بي ان انت هتحط الادرس تبعك بنفس البلد اللي انت هتعمل فيه الكونتنت الموضوع معقد شوي ولكن اذا بتبحث فيه شوي الامور سهلة بتاخد منك شوي وقت احتمال اول مرة ما تزبط احتمال ولكن بالنهاية هتعرف انت كيف فيك تكمل وتعمل كونتنت بالبلد اللي انت حابب انك انت تتبيع فيه هلأ اتن تقول لي محمد اوكي تنصحني انا ابدأ بالفيسبوك ريلز انستجرام ريلز او تيك توك لعلك شغاله بما انك انت عم تعمل هذا الفيديو فهذا الفيديو شغال بالتيك توك وشغال بالفيسبوك ريلز وحتى شغال بالانستجرام ريلز وحتى بالسناب شات اوكي فانا ليش انا ما ارفع هذا الفيديو على كل هاي المنصات هلا انا وانت منعرف انه هي تيك توك رقم واحد بالنسبة لهيك موضوع ولكن انا بنصحك انك انت كمان ترفع هاي الفيديوهات على المنصات التانية ليش لانه ببساطة احتمال فيديو ما يضرب معك بالتيك توك احتمال يضرب معك بالانستجرام او يطلع فيرول او يطلع بالسناب شات او بالفيسبوك فانت حاول تكون تتواجد على كل المنصات كل ما انت زدت المنصات اكتر كل ما كان احسن ولكن التركيز رقم واحد هو على تيك توك تمام هلا كيف انا فيني اعمل اعلانات لهذا المنتج وان اساسها ما عنديها لازم انت تشتري هذا المنتج فيك تتاخد فيديوز وفيك تتعدل على الوان وتعدل على الميوزيك وهي القصص ولكن يفضل انك انت تشتري هذا المنتج لانه هذا المنتج ما هتستخدمه لفيديو فيديوهين انت لنا نحنا هتعمل من ثلاثة لخمسة فيديوز بشكل اليومي طبعا الغرض من صفحة التيك توك تبعك او البروفايل مش انك انت جيب متابعين او جيب لايكات لا الغرض انه نحنا يصير فيه تفاعل ويوصل هذا الفيديو يطلع فيرول اوكي يروح على الاكسبلور يوصل لأكتر عدد ممكن من الناس والناس تسأل بالكومنس ميك شو انك انت تجاوب هاي الناس الناس اللي حتسأل مثلا الاغلب حيسألوا مثلا انه كيف ينا نشتري فيك انت مثلا ترد على كل واحد لواحد وتقول له انه اللينك بالبايو فيك تروح وتاخده فورا ومسلا بالبايو تبعك بالتيك توك فيك انت كمان تعمل كود خصم 10 بالمية اكسترا تيك توك تين مثلا اوكي يوز ديس كود تيك توك تين هيك انت بتكون تعرف من انو منصة جاي هاي المبيع مثلا الشخص اللي على سناب شات فيك تكتب له بالبايو سناب شات 10 اللي على الانستجرام انستجرام 10 تمام هيك انت بصيح تعرف هاي العملاء مين اكتر منصة حققت لك مبيعات تمام المنصة اللي بتحقق لك اكتر شي مبيعات بتحط تركيزك مية بالمية عليها تمام هلا الشي اللي حيكلفك بس ووسع المنتج وحتبني المتجر ومتل ما حكينا نحن بالضبط كل الستيبس تمام طبق الستيبس كله ولكن تخطى اذا انت ما عندك رأس مال تخطى التسويق المدفوع واتجه للتسويق الغير المدفوع او المجاني تمام تسويق المجاني حتى الناس اذا انت عندك رأس مال وانت مشغل اعلانات وانت عم تحقق النتائج ما فيك اساسا انك انت تكمل بدون المحتوى المجاني انت كشخص عندك متجر وانت بيع منتجات ليش حتى ما يصير في عندك مبيعات من الفري كونتنت كتير في ناس تشتري من الفري كونتنت موضوع ممل بالبداية جدا ولكن يستاهل العناء يستاهل انك انت تتعب عليه شوي لحتى انت تطلع نتائج لانه نتائجه كتير منيحة بالمستقبل بالاخص وقت اللي انت ينتشر هذا المنتج ويطلع فيرول هل يمكن تقول اوك يا محمد يمكن هذا المنافس طلع فيرول يمكن انه ما اطلع لا صديقي طلع هو تطلع انت بما انه انت عم تسوي لنفس المحتوى ولكن عم تقدمه بطريقتك انت فبما انه هذا الفيديو تطلع ليش حتى ما يطلع الفيديو تبعك تمام بكل سهولة مثال خلينا نروح على الصفحة تبعي لحتى بس فاهمك انا شو بقصب بالضبط طبع ما يكشو انك انت تتابعني كمان على التك توك انا قريبا حنزل كمان كونتنت رائع جدا مثال خلينا ننزل مثل ماك شايفون في هذا الفيديو جايب اربعمائة مشاهدة الفيديو الجنبه جايب مليو مشاهدة ما دخل ليش لانه انا كنت عم نزل معاني انا هذا الكونتنت يعني ما تعبت فيه كتير كان فيه منه من الانستجرام ومنه اليوتيوب ولكن هلأ قريبا هننزل محتوى خاص بالتيك توك سوف نكشو انك كمان تتابعيني على التك توك فهيك ببساطة فيك انت تبدأ عن طريق التك توك المحتوى المجاني وفيك تبدأ على كل المنصات ولكن بالريلز ركز على الريلز وعلى الفيديوز يعني اللي اخذين طابع التك توك تمام لاني هاي الفيديوز حاليا هي الفيديوز اللي عم تجيب نتائج بشكل كتير كبير فالمحتوى المجاني شرحت لك اه باعتقد اه احتمال انت توقع شوي بمشاكل في بي ان ومشاكل منهم بدي يجيب انا رقم فيك ببساطة انت تتواصل مع ناس بالفايفر بالأبورك از انت ما لك حدا بهي الدول اه وتحكي معهم وهن كمان فيهم انشئو لك هتلاقي صناع محتوى كمان احتمال تلاقي الشخص تتفق معه او حتى التك توكر موجود باليوكي مسلا اه تتفق معه انه اوكي اه فيك انت تدير المحتوى كله هاته مقابل مسلا رقم معين فيك انت تعطيك كل شهر مثلا خمسين دولار اذا في حال زوج كان ما عنده كتير اه او هو اساسا ما له كتير بروفيشنال تمام يعني خمسين دولار بالشهر يعني لحتى تعطي شخص هو موجود البلد انت عم انت به احتمالك او شهر ما تجيب ولا مبيع مسلا ولكن شهر التاني ستجيب لانه اكيد ما انه انه انت ستين يوم انت عم تنزل بشكل يومي اه وانت نزل كل يوم ثلاثة لخمسة فيديوز هذا الشخص عم ينزل لك فليش لا ما حتى انت يطلع واحد من هاي الفيديوز اه يطلع فيرول ويعمل لك نتائج مبيعات وحتى انت تطلع كل يعني حتى انت الخمسين دولار بتطلع عشرة ضعاف لانت تعطيها تمام فهي الفك لانت بتجارية كامل افكاد كامل المكافلون مضاني مهم جدا سواء زي كان معك راسماز وما كان راسماء معك راسمان الازم تبدأ بالمحتوى المجاني لازم تحجز لنفسك مكان هاي المنصات ويكون لك اسم لانه حتى الناس اللي بعد اشتر من متجر سواء ان اجوا من جوجل او اجو من اعلانات او من اي شي كما بيحب يتوقعوا سفحتك على التيك توك ويوش دAmericanبن تجيب انفawat تسكن ولكن اذا كنت موجود على اغلب المنصات او المنصات اللي هنن بتابعوا مثلا اذا هنن بتابعوا تيك توك وانت مشغل اعلانات على تيك توك في حال انت مسلا عندك محتوى مدفوع فهن كتير بيهموا انهم يشوفوك على تيك توك تمام فحيزعلوا او ما هيشتروا اذا هنن شافوا اعلانك على تيك توك ولكن انت اساسا ما عندك اه صفحة على تيك توك وتحكي في عن المنتجات او صفحة للبراند مهم جدا بكل احوال اذا كان عندك تيك توك اعلانات بكل احوال اذا كان عندك انت بروفايل على تيك توك وعلى انستجرام وفيسبوك وعلى سناب شات ولكن الثلاثة المهمين هنا الفيسبوك والانستجرام والتيك توك هذول الثلاثة لا تنسى ابدا ولا تهمل اي واحدة ان بناتو ولكن انا كنظرة لقد اعتدت انه سيكون تركيزك على التيك توك لانه التيك توك حاليا هو المنصة رقم واحد مشاهدة على كل بلاتفورم فنحنا منحط منصب تركيزنا كل هاته على المنصة اللي حاليا احنا بالجوجل ترينز جوجل ترينز هو احد اكتر المواقع الاكتر شفافيه اللي بتعطيك بالزبط اكزاكلي شو الناس عم تبحث حاليا شو المعايير اللي احنا هنشتغل عليها بالجوجل ترينز انه يكون نسبة البحث متخطير خمسين بالمية حتى نحن نتأكد انه اوكي في طلب عالي جدا على هاي المنتجات او على هذا النيتش حرفيا هناخد اول نيتش معنا اللي هو البيت اللي هو الشيء العلاق بالحيوانات الشيء العلاق بالأكسسوريس او الاشياء اللي بيستخدموها الناس للحيوانات بتساعد الحيوانات فالخط الزمني نحنا شايفينه في ارتفاع ولكن ما نزل تحت الاربع وستين تمام نحنا تحت الخمسين فبيعتبر الطلب احتمال انه الاكتر مرتفع اكتر من خمسين احتمال يكون فترة معينة وينتي ولكن كما رأيك شايفون بلش بخمسة وسبعين كانت هاي اكتر فترة نزول لأربع وستين تتفعهم باخر فترة فعلى مدار السنة بشكل كامل طلب تخطى الخمسين هاي اشارة الخمسين نحن هون الخمسة وسبعين وفوما الخمسين وما فوق مدمعك هنا البيتز كنت احتمال احتمال يكون بس هاي الكلمة عليها بحث فجمالا كلمة البيتز مرتفع واسطة للمية تقريبا بطلب بشكل دائم مرتفع عن الخمسين هلما نذهب على الكتب فتطلعنا نتائج هذا احد اكتر المنتجات بالبيتز بشكل عام توب سيلنك حوالي تسلت عشر الاتمونتاش الف خمس ميت اوردرز اربعة فاصل سبعة فهذا الشي بيعطيك كمانه هادا المنتج المشكلة كبيرة هادا المنتج بساعد اشخاص عندهم حيوانات بالاضافة الى اكسزوري ثانية شيء العلاقة بس الاضافر شيء العلاق بالاستحمام تبع الكلاب والقطط والمكان لي بيعدوا فيه هذا النيتش بحر تلاقي فيه كل شيء دائما في مدرجات جديدة كل يوم بيطلع مدرج جديد المشكلة اغلب المتاجر اللي استمروا بالبيت نيتش على تقدم عم يعودوا سيلز اكتر شهر بعد شهر عم تزيد مبيعاتهم وانت اذا كنت شخص عم تبيع بمجال الحيوانات او البيت بشكل خاص كمان اكتبنا بالتعليقات اكيد انت اذا عم تطور التسويق وعم تطور المنتجات وعم تطور هاي الحالة ان احنا حكينا عنها شيء طبيعي جدا انه ترتفع وتتضاعف المبيعات هذا شيء طبيعي لانه الناس اللي عايشين بالدول الاوروبية اللي عايشين بالامريكا كانيدا استراليا يعني بيعتد انه مبين كل عشر بيوت بتلاقي على الاقل خمس ست بيوت عندهم حيوانات بالبيت شيء طبيعي يكون الطلب عالي جدا البيتز هاد احد اكتر اللي عملو بيست سيلنج حاليا بالالفين واثين واثين وشين نروح على النيتش الثاني النيتش الثاني هو الورك اوت ما تكون شايفين عملية البحث ما نزلت تحت ال 67 ما وصلت اساسا على ال 50 ما نزلت لل 50 هي بارتفاع او بشكل متوسط بحدود ال 75 اغلب الوقات كانت مرتفع عن ال 75 بشكل متوسط هذا مؤشر انه هذا النيتش طلب جدا نروح على علي اكس بريس لحينا نشوف كمان هل يترى في كتير ناس عم تبيع هذا المنتج هل يترى هذا في اخبال كتير كبير على هاي المنتجات طبعا هاي المنتجات بشكل عام احد اكتر المنتجات اللي يشيلوا عليه بالفتنس عليه تقريبا حوالي 19000 كمان 4.8 هذا المنتج كمان احد اكتر المنتجات في الفين واثين وعشرين هذا المنتج كمان احنا عملنا حلقة على فيه كمان ترجعوا وتشوف هذا المنتج نحكينا عليه بالتفصيل بنزل الى تحت كمان نلاقي فيه كتير منتجات عدد منتجات تانية شيء العلاب بالوورك او يعني الناس اللي بتعمل رياضة كمان خارج منزل هاي المنتجات كمان هاي المنتجات كمان تعمل بشكل يومي هاي المنتجات عم تبيع نروح نشوف كمان احد الناس اللي عم تطلب اكتر شيء هلأ او الشي اللي حاليا مطلب اكتر شيء هذا المنتج كمان من التوب سينيك حوى اربعين دولار تبعا هذا بيجي اه ادريس كامل فيه منتجات خيارات كتير كبيرة كما عليك انه قد تعمل تستينج لهاي المنتجات اوكي لحتى نتأكد انه كل شيء معك تمام لحتى نتأكد انه طبعا ميكشو كمان يكون متجرك احترافي وتطلق هاي الحاملات الاعدلانية سواء كان عن بالفيسبوك تيك توك او على طريق المؤثرين النيتش التالي اللي هو الترافل والترافل اكسسوريز شيء كل شيء علاقة بالسفر بالترافل بالرحلات خاصة حاليا هلأ الجوة الربيع بعد حيصيد صيف في سومر في كتير ناس هتطلع ترافل في كتير ناس هتطلع وتسافر فدائما هدول الناس بيبحثوا عن اشياء بتهم الشغلات العلاقة بالترافل كمان ما نزل تحت الخمسين المؤشر وعلى ارتفاع حاني بعتقد انه حيرتفع اكتر بالشهر الجاي ترافل اكسسوريز شيء كل شيء علاقة بالشغلات اللي اشخاص بياخدوه هن وقت اللي بيسافروا يعني مثل انت البرفيوم هاي اللي شايف انت فيك انت تعبي فيها اطع صغير بينما انت تاخد العلب كلياته مثلا شنتاية فيك انت تحط فيها اغلب الاشياء وتختصر عليك اماكن صغيرة ومثل اهي كمان احد الشناتي اللي هي فيها . هذا المنتج كان رائع جدا كل شيء علاقه في الشتيق كل شيء علاقه في مشكلة فيك تحط كل شي فيه بقلبها او هي بعتقد ان هي لشي اوت سور هذا المنتج رائع بعتقد خليني بس شوف هذا المنتج بعدها هذا المنتج هو شي الو علاءة بالكامبينج كمان هذا الفيديو له علاءة بالكامبينج يعني للناس اللي حابين هنا اساسا انه ان تتعبي ما في دعا تجيب انت بمب من بره هو بقلبه فيك انت تضغط بالقدم او باليد فبتنتفخ ال اير بمب هاي انه ماك شايف هون فيك انت تضغط تضغط وهي بتتعبى بعد البدائتين ثلاثة وفيك انت تنام بقلبها وفيك انت فقط تتسطح عليها مثل ما كون شايفين هذا المنتج رائع جدا اول مرة بشوف هذا المنتج هنا نزل لتحت ونشوف هذا المنتج هل في اقبال هل هذا الستورز مثل ما كون شايفين بعتقد حتى الكواري التبع للصور يعني بعتقد ما بعف اذا اخذنا اساسا من الامازون او هنه اساسا عاملين الكونتنت لهذا المنتج ولكن المنتج بحل مشكلة كبيرة المنتج سهل لحمل المنتج هلا كتير في طلب عليه سوء هذا احد اكتر المنتجات اللي عليهم الطلب بالاوت دور النيتش اللي بعده هو الشيء المستحضرات الاكسيسوريز اللي علاقة بالعناية بالبشرة حاليا بشكل دائم هذا السكنكير هو في عنا البيوتي في عنا السبنيتش اللي هو السكنكير السكنكير احد اكتر السبنيتش مبيعا بالعالم المنتجر عامل المليونز يعني عامل الملايين بس عن طريق هذا السبنيتش ليش؟ لانه هو بيستهدف اكبر فئة موجودة عند النساء اغلب النساء 99% من النساء هنه بيهتموا البشرة طبعا بيهتموا بالسكنكير وهي القصص كلياتها على مدار السنة نحن نلاقي انه السكنكير هو احد اكتر السبنيتش مبيعا بالعالم هلا خلينا نروح ونشوف السبنيتش او خلينا نروح على الايكس بريس لحت نشوف السكنكير هل يترى مبيعات كتيرة او مبيعات عادية؟ نبدأ بهذا المنتجر عامل خمسة عشر الف اولدر هذا المنتج الثاني اللي شيله علاق بيه ازالة الرؤوس السوداء عن الانف كمان عامل حوالي اثناشر الف اولدر هذا المنتج الثاني يشيله علاق بيه فور وافتر وهي القصص انت بتعمل الاتسيت وكامبينك على الفيسبوك او تيك توك لانه احتمال يتمنى الحساب والحساب انا احد اكتر منتجات مبيعا دائما في منتجات دائما هذا المنتج كمان لشد البشرة بيعمل عملية شد طبعا اغلب النساء بيحبوا وبيعشقوا هاي الشغلات لانه هاي الشغلات بيعملون عناية فائقة بالبشرة وتحسنن المظهر الخارجي يعني انت عم تلعب على شي عاطفي بس تقول سكنكير فيه شي اسمه تسويق بالعاطفي انا بالنسبة لي لان انا احد اكتر السابنيشيز اللي انا بيشتغل فيه اللي هو السكنكير السكنكير يعتبر انك انت فيك بكل سهولة تبيع بالعاطفة المنتجات التي نطلع لك هي اكتر المنتجات مبيعة بالسكنكير اغلبكم شايفين هاي المنتجات من قبل اذا بتروحوا بتعمل بتلاقي الناس عم تطلبها حاليا حاليا بهذا الشهر او بهذه الفترة الاصيرة الناس عم تطلب هذا المنتج الناس عم تطلب هاي المنتجات المنتجات المساج تبع البشرة هاي المنتجات كلاتها حاليا عام حاليا بشكل عام هذا المنتج حكينا عنه قبل المرة سكنكير احد اكتر السابنيشيز اللي انت فيك تبدأ فيه نيجي لاخر نيش هذا النيش كمان يعتبر موسمي ولكن على مدار السنة ما نزلت كتير تحت الـ 25% الا الكامبينج موسمي ولكن بشكل سنوي يعني ما نزلت من حزرة الاخير الطلب عليه انت تبيع فيها هاي المنتجات التجمع اللي هي ابتداء من هذا الشهر واللي بعد و البعض وترتفع للمي بي بي شهر يوليو هاي الكامبينج كل المنتجات الاعلاقة بالتخييم في نصب الكامبينج كل الاكسسوريز المنتجات الشغلات البسيطة انت فيك تاخدها معك بتلزمك لانت التبني المكان انت حتنام فيه فاي منتج له علاقة الكامبينج ضروري جدا اي شخص يطلع كامبينج عنده هذا المنتج في الامسل الحبال اللي بتاخده حتى تعمل الخيمة او المكان اللي انت حتنام في وهذا الورق اللي انت فيك تتغطى فيه بتعرف انتو بالليل بيصير فيه برد فهي هي مادة عازلة هي من السلوفان بعتقد مادة عازلة اه بتعزل البرد عن اشخاص اللي هنا بيحبوا يسهروا بالليل بمسهل يعني عاميك وبيطلعوا بيسهروا بره وكمان الشنات اللي الصغيرة والهنكس هدول الشغلات كلياتها واللمس هاي اللمس رائعة جدا كمان بعتقد كمان فيه اللمس الكولورز اللي بيجي فيه منه الوان بتتعلق بقلب الخيمة وكمان المنتج شفناه قبل شوي بنيتش تاني وهذا المنتج شفناه من قبل كمان هذا المنتج اه فيه يستخدمون اشخاص اللي بيروحوا كامبينج كمان هذا المنتج يعني هذا المنتج اه كمان احد اكتر منتجات بعتقد فيه تبدأ فيه لانه كشكل كواليتي صور كهي القصص كمان خلينا نقول الناس اللي حاكيين الريفيوز جدا راي عربعة فاصل تسعة لتقريبا الفين اردر بداية احنا الساعة حاليا بداعش واربعين دقيق يعني اطناعش لاربعين دقيق شو حنعمل هلأ بالوقت صح صح منيح انا مصح صح كتير لانه هلأ نحنا حنبني متجر لمنتج رابح لمنتج رائع جدا جدا مرأ معنا من قبل اذا انت فوضت مرحلة البحث عن المنتج رجع لاله لحتي تتعرف كيف نحن لقينا هذا المنتج الرائع جدا المنتج اللي نحنا لقيناه وانا اللي رشحته ان هو هيكون احد واحد من الثلاثة يعني واحد من الثلاثة برودكتس ويني برودكتس اللي انا ها اختاره المنتج هو عبارة عن هاند غريب اوكي شو يعني محمد هاند غريب الهاند غريب اللي هو ادامة الطاطية اوكي بتنحطهم بالمعسم في متل باند وبعده بتنحط بالاصابع في انت تعمل ماذا ستريتشينج اللي بدي عمل الستريتشينج بتخلي او شي بتقوي لعصاب تاني شي بتطلع العروق هون حكيت انا عليها بالزبط اوكي هلا شفنا احد القوى المنافسين اللي شفناه على البي باتس طبعا المنتج لقينا على البي باتس لانا عند هذا الشخص ان هو واصف بالامبريشن حوالي ل350 الف اوكي تقريبا انا رايح على ل350 الف اه اه حتى الفيديوز تابعه اتس اوكي ناتس جود يعني يعني وضع عادي ولكن اه حنشوف المتجر تابعه نحن دخلنا على المتجر تابعه خلي كبر الصورة دخلنا على المتجر تابعه وشفنا المتجر تابعه يعني تقريبا خلينا قول متجر عادي ما فيه كتير احترافية اه فيه بعض الريفيوز بس خمسة رفيوز ولكن خلينا نضغط هون على لايف سيل من لاي انه من ستة وعشرين دقيقة باع هذا المنتج هلا يمكن تقول اوكي محمد هاي الاداة اه يمكن متل ما حكيت انا بل ما هتجيب نتائج مني هلا اول شي ليش انا اخترت هذا المنتج بداية اول شي انا عملته رحت على الجوجل تريند اوكي وكتبنا هاند غريب ستريتشي يعني اللي يعمل الستريتش وشفنا انه هذا المنتج عليه عدد بحث عالي متوسط خلينا نقول بين الستين بالمئة اوكي هاي الخمسة وسبعين وهي الخمسين فانحنا منلاقي انه بين هون خلينا نقول نحن لساتنا هون اوكي وعم يطلع هلا اوكي هاي شغلة وبعدها انزلنا وشفنا انه اليونايتد كينجدوم هي حالين اكتر الاماكن اللي عم تبحث عن هيك منتج تمام وهذا الشي نحن بعدنا عن السول امريكي هاي رقم اثنين رقم ثلاثة نحن شو عملنا هلا رحنا على الامازون تمام وكتبنا هاي الكلمة وبعدها عملنا بحث لهي الكلمة لحتى نشوف نحن هذا المنتج اذا في كتير ناس عم تبيعه اذا يعني في كتير منافسين لنا بالامازون فكتبنا هاي الكلمة ونزلنا نحن وبلشنا نبحث فملاقي هادا الاكتر موديل عم ينباع مثل ما اكشف حوالي تساط عشر الف ريفيو ولحظة الان ما نظهر المنتج طبعنا فاوكي هلأ ظهر المنتج طبعنا فازا فتحنا على المنتج متل ما اكشف ما في ريفيوز ابدا ما في ولا ريفيو المنتج متل المنتج شفنا نحن بهذاك المتجر طبعا خلينا بس نحن نروح على هاي الأداة الجنجل سكوتز متل ما انت فيك تستخدم الهليوم تين حتى انت فيك تشوف النتائج فور فري فتصور المنتج اول شي نزل بـ 29-12-2022 تمام يعني فعليا نحن اليوم ستة الشهر هلأ داخلين على سبعة بعد كم دقيقة المنتج هاد صلوا حوالي الستة ايام تقريبا اوكي وعم بيبيع كل يوم ميتين وستة وثمانين وانا بخيره بالحربي والانجليش اوكي ميتين وستة وثمانين تمام فبمجرد هاي الأداة شو بتعمل بمجرد ما بيحسبوا بشكل يومي مسلا عم يبيع بميتين ستوخل فهن الراحف لانوها الأزاني نحسب ان احنا لسا ما صلوا شهر صلوا تقريبا شهي ست سبعة تيام تمام طبعا هذا السعر 12.90 هذا بس لان هو عم يعمل لانوها متل ما شفت فورا نطل الصفحة الاولى هلا بعد كم يوم او يمكن تبقى تشوفها احتمال تلاقي نفس السعر احتمال ارتفع للتساطعاش احتمال ارتفع للأربعة وعشرين اوكي هي شغلة شغلة التانية خلينا نرجع لنفس الموضوع فكيف حسبت هاي الأداة انو هيبيع مئة وسبعة وخمسين الف بالشهر لانو هنن اخذوا متوسط المبيعات الي مثلا احتمال يوم عبيع 300 قطعا يوم 260 قطعا يوم 250 قطعا فهنن اجابوا المتوسط 286 قطعا اوكي لتلك ان هي الأداة جدا دقيقة فمتوسط 286 اوردر باليوم بساوي حوالي 8600 اوردر بالشهر وشيز بيعملوا مية وسبعة وخمسين الف اه دولار بالشهر رقم مخيف تمام وانا هذا المنتج الانت هلا اخذته انا ما عندي اي مشكلة تمام انك انت تعمل كوبي بيست وتعمل نفس الشي بالضبط ولكن انا بتمنى منك بتمنى منك انك ما تعمل هي الحركة ليش تاخذ المنتج ولكن ابني المتجر بطريقتك هلا خلي نرجع ونروح على العلي إكس بريس لحتى نشوف المنتج تبعنا طبعا كتبنا نحن هون هاندي كريب ونزلنا كمان شفنا المنتج المنتج حوالي تسعة وثلاثين كرون حوالي تقريبا ثلاثة ونصد دولار تمام سعر المنتج عليه الف وثلاثمية وثنين وعشرين اردر خمسة ريفيو خلينا نفتح المنتج ما بعتقد حيكون في علي كتير ريفيوز لانا المنتج جديد تمام فملاقي تصور تصور تسعة ريفيو لالف وثلاثمية وثلاثة وعشرين اردر متعارف هلا انا وانت اذا انت كنت شخص اريد عندك متاجر انت عارف بالضبط انا عن شو هم حكي بالضبط وانت عارف بالضبط القيمة اللي هلأ نحنا عم نحكي عنا تمام هذا الكورس بالذات انا بضمن لك خلاص انت بعد هذا الكورس عملت ماي بست تمام ليش عملت ماي بست لانه انا مقدر وضع الشباب لخص الرأس مانوكيريل هذا المنتج لقالك حتى لو كنت انت معدوم رأس المال تمام حيصير حيعمل معك نتائج جدا 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 رائعة تمام انا ندخل ونحكي باحتس تفاصيل وحده واحده هلا بداية نحنا بنحكي عن هذا المنتج المنتج ان ارجع على الكورس من يبيعه هلا اهلا هذا المنتج ان يبيع ب 34 دولار و 35 دولار تمام المنتجر ب 35 دولار والمتجر جدا جدا تمام لاحنا لماذا حدثنا كل هذا الكلمة اذا انت بحكي الاختراف مجانية تكتب اسم المنتج بلس شو بي فاي اذا ما بتلاحظ نحنا اذا منضل بننزل ما منلاقي حتى نفس المنتج يعني فعليا اذا منروح الالتاني التالت بتعتقد هلا اذا بالرابعة احتمال ان نحصل شوية نتائج هلا هذا اعلان تمام اذا مننزل لتحت بتلاقي نحنا لسه عم نبحث عم نبحث عم نبحث عم نبحث صعب حتى اذا انت يعني منافسين يكادوا شبه معدومين تمام طبعا هذا اعلان واعلان بالسويد تمام وعم يباعون تقريبا حوالي عشرين دولار بالنسبة لهذا المنتج الكمبيتشن يمكن ان تشوف حتى لما انت تشوف وتبلش وتبنجزه حتكون معدومة او شبه معدومة تمام لانه حتى بالبي بي ادز ما عم تطلع كتير نتائج ما في كتير ناس عم يعملوا كتير فيديوز ولكن فيه بس هذا الاحتمال هذا كان اكتر الشي هذا كان اكتر ستور وهذا هو الاعلانات تبعه انتماك شايف ثلاثمية وخمسين تاريو رايحة ثلاثمية وخمسين الف فهذا المنتج حيعمل معك نقلة نوعية جدا اوكي محمد انا يمكن قاعد ببلد مثلا تيك توك ان ما فين اعمل اعلانات فين اعمل بس فيسبوك بيرفكت انا بدي ما بدي اشتغل فيسبوك بدي اشتغل يعمل اعلانات تيك توك بيرفكت محمد انا قررت انه اتعامل مع المؤسرين وابعت هذا المنتج لانفلونسر ويعمل لي لقلو ستوريز وانا بحاول اني اطلع منه مبيعات بيرفكت اوكي محمد انا لمعي رأسمالي جدا ضعيف انا بدي اشتغل عن طريق المحتوى تمام فبكل بساطة تطلب انت هذا المنتج اللي عندك على البيت وتبلش انت تعمل محتوى لانك انت تقول لي لا انا ما بحب الكاميرا انا ما بدي اطلع بكاميرا انا بكل بساطة انت ولا هتطلع بالكاميرا ايدك هيل هتطلع مستحيل حريقة يمكن انت ايدك ايدك لي مليسار اذا انت حتشوفه بالفيديو تمام فما تعتلهم هذا الموضوع انت ما حتطلع بس انت حتشوف الفيديوز اللي عامل كتير وانا شرحت كيف انت فيك تلاقي هاي الفيديوز الضرب كتير او كيف المرتفع كتير فانت بتعمل نفس هاي الفيديوز ولكن انت عملتهم يعني ما اخدت الفيديو ونزلته عندك لأ انت جبت المنتج وعملت نفس الشي وحطيت الميوزيك تريند وحطيت الهاشتاك وهي قصص كلها او خلط بشكل يومي لتبالج شرحت احتمال تسلل على الاقل SO hela ثلاتة فيديوز كثيرا لحد انت يجي واحد من هذه الفيديوز ويدرب معك بدل احتمال يوصل عشرة الاف احتمال يوصل خمسين الف احتمال يوصل مئة الف ايهيك منتج جدا جديد سيوصل اكتر تمام ولكن هتنزل بشكل يوميي انا انا عمللك ثلات اتنى انت اضربتنين جوز عملت ست تمام تمام عملت ستة فيديوز لا يوجد محتوى نفس القطعة فقط يتحرك فيها لا يوجد ابتكار للمحتوى ترى الناس الثانيين يعملون فيديو وانت تفعل نفس الشيء ولكن بالطريقة يمكن أن يأتي أحد يقول نحن نجيب الاسم ونجيب كل شيء من الألف وحتى نتميز ونسحق المنافسين نحن نعمل بكل بساطة اذا كنت عايش ببلد عربي ورأس المال ضعيف جدا وشبه معدوم وانا لا يمكنني اعلانات وانا لا يمكنني اعلان وحتى نقعد ببلد لا يمكنني اعلان اذا كنت اعلان اعمل صفحة تيك توك فهتطلع بالبلد كيف يمكنني احل هذا الموضوع الطريقة الاولى انه انت يكون لك حدا ببلد من فور بريك كونتريز ويعمل لك حساب تيك توك فيك انت تعمل الفيديوز وتبعت ليهم وهو ينشرهم من عنده هيا رقم واحد هذا حل وحل جدا سهل يعني بتاع اغلب الناس حاليا موجود بضع في الو الناس عايشين بدول اوربي هيا رقم واحد رقم اثنين انك انت طبعا هي شوي صعبة مثلا انا ببيع في اليونيتد كينغتوم يفضل انك انت تجيب رقم بريطاني وتشغل في بي ان وتشتغل على هذا الاساس الموضوع حيكون شوي مكركب احتمال ما يزبط معك 100% ولكن الحل الاول الحل الاول الحل الاول تصور اذا انت لك حدا قريب بالنسبة لك عايش ببلد حتى يمكن انت تقنع انه يعمل لك حتى الكنتنت انت تبعت المنتج اللي عنده هو يعمل كل شيء تمام او فيك انت مثلا تتواصل مع حدا على الفايفر هو بيعمل كونتنت وتحاول او على الابورك وتحاول انك انت تقنعه لحتى هو يقدر انه يعمل لك كونتنت وحتى كمان ما في مشكلة بيفتح لك حساب تيك توك ولكن هذا انت حتدفع علي ستدفع سعر الكنتنت وحتى تعمل وانت تضطر انك تدفع فيك انت تشوف على الفيسبوك ناس فيه تفوت على الجروب وتسأل عن الناس وتسأل عن هذه الاساس كلياتها ستلاقي حدا يساعدك الفكرة اللي انا بوصل لك انا كنت مبضل قاعد انا انا قاعد ببلد عربي وانا ما فين يسوي لا دور انا قاعد ببلد انا قاعد بأوروبا ولكن انا ما اعطيك حلول لبلد انت عايش فيه انا قاعد ببلد تاني بأوروبا ولكن انا ما اعطيك حل للك المفروض انك انت تعرف اكتر مني ولكن انا ما اعطيك حل تصور هذا الحل رقم واحد رقم اتنين رقم ثلاثة اذا تقولي انا ولا حل بيزوب معناتها الفكرة انه مو الفكرة انك انت مالك حاب تشتغل الفكرة انه انت بالاساس مالك مقتنع ومالك حابب تبدأ انا انا اعطيك فرصة ذهبية اعم اعطيك كورس ذهبي اوكي هلأ سنبني لك متجر رائع جدا وانا ما عندي مشكلة تعمل كوبي بيست ولكن عملها بطريقتك بألوانك ولكن خود الفكرة خود الفكرة من الشي اللي انا اعمله هلأ بداية انا بدي بيع هذا المنتج وانا شفت في عليه مبيعات مثل ما شفنا بالامازون مبيعات مخيفة وانا خلاص قررت انه انا حط هذا المنتج وبيعه الحلو بالموضوع انك انت ما تستمر طبعا هذا المنتج الشي لازم تعرفه انه بعد شهرين ثلاثة انه حينتهي اكيد لا كل شي اغلب تصور المساج قن اللي هو قريب على هذا المنتج اللي هو لعب الفتنس والمساج يعني الشخص اللي يتمرن يعمل المساج تصور المساج قن انا بتذكر اول اول ستور كان من حوالي 2017 تصور لليوم هذا هذا المنتج على الرغم انه تواجد حتى بالمحلات التجارية في شو بي فاي ستورز بيئات الاف دولارات شهريا اوكي منتج سمبل بسيط سهل سعره كثير قليل انت كمبتدئ راس ما لك قليل ما بدك تدفع كثير يعني تصور انت حتشتري حوالي ثلاثة ونص دولار يا سعير بسيط ستخفر احسن من هذا السعر ولا انا اكيد حساعدك انك تلاقي ايجنت وأكيد سعلمك كيف انك تحل كل الامور ومشاكل الشهن ستخفر سعر احسن طبعا ستجدد ستراتيجي كيف يكون هناك تنتقل لتواجد نظام المساجئ وويد تصحق الناس الموجودين اسم يا صديق العزيز ببداية مرحلة التستنج هلا مو الفكرة انك انت تصرف على اللوغو تصرف على المتجر وتلاقي حدا يعمل لك متجر وتلاقي حدا يعمل لك صور وكسي لا لا موضوع التستنج موضوع جدا بسيط اللي هو كالتالي التستنج بروتكت انا بحاول قدر امكاني انا ما اصرف اصرف او ما اصرف شي ابدا الا في حالة اذا كنت بدي اعلانات اوكي ولكن اصرف على اللوغو اصرف يمكن انت هلا ستشتري دومين نيم اكيد انت هتفتح متجر اكيد انت ما هتبقى يعني بدون دومين نيم تمام فهلا بداية بالنسبة لي شوف الفكرة كيف انه هلا نلاقي نحنا اسم لهذا المتجر بكل سهولة وقال له علاقة بالمنتج وحيرتفع الرنج تبعه وحنوصل بالصفحات الاولى حتى بجوجل وحتى بكل شي تمام شو الفكرة هلا هذا المنتج انا بالنسبة لي بداية اول اسم انا حاولت انه نلاقي اللي هو اوكي ولكن اذا اخينا شي كلمة تراي تمام ولكن لما بحثنا بالكلمة طبعا انا عدد خمس دا ياخد معي الموضوع حتى انا لقيت الاسم لا تقعد شهر شهر ونصف شهرين تدور على الاسم وما لقيت ولا موضوع حياخذ منك وهلا حقلك شغل شو هتعمل انت كمان هلا شخص يربح اسم هذا المجر لانه انا ما هشتري الدومين انا هعمل المتجر بهذا الدومين ولكن انا ما هشتري فالشخص اللي اكتر حدا هيكوم تشجع حيشتري هذا الدومين في حال اذا تبقى اوكي هلا الباور كريب ما نموجود ولكن اذا احنا كتبنا تراي باور كريب تمام بكل بساطة الدومين موجود وحقق 12 دولار من جوجل تمام فهذا موضوع simple easy سهل لقيت لك اسم وهذا الاسم rank تمام اسم قوي واسم المنتج نفسه بس نحنا اضفنا عليه التراي هل شو الفكرة لما نحنا الكلمة تراي انساها تمام طبعا هلا كلمة تراي ترندي يعني ما تفكر ان انا حطيت لك هاي التراي انه هي كلمة ما لا لا انا حطيت لك كلمة ترندي يعني انا ما قلت لي عم اعمل شي عم اعمله يعني انا عم اشتغل كأنه عم اشتغل المتجر لي تمام فتراي باور كريب ولكن نحن وحن نعمل لوغو حنشيل كلمة التراي التراي ستكون موجودة بالدومين مثلا trypowergrip.com trypowergrip.co.uk مثلا مثلا حتى زيت مثلا خينا نقول اذا انت بدك تبيع باليوكي انا قررت ببيع ببلد واحد وانا ما بدي مثلا خينا نقول .com.uk مثلا خينا نشوف اذا هذا ال Available هذا ال لا اوكي كمان انا بعتعت كمان ما له Available هاي الخيارات التانية بس انا ما بحب اني اوكي لا هذا شي تاني هذا شي تاني مثل ماك شايف هون writergrip.com حوال 2400 دولار تمام؟ يعني تصور نحن هلأ اعطينا اسم كتير قوي تمام؟ وانا صدقني هذا الاسم بجرد ما تضع عليه try ما فقد من قيمته ابدا لانا نشيل .uk لانه نحن نقوم بشكل جنرال انا بتاسمال لي اوكي احتمال وانه انا متأكد انه سيعمل لك احسن نتائج باللوناتي ال kingdom لانا تتفرج المملكة المتحدة 100 تمام؟ مثل ما لك شايف يعني المنتج باز لبداية وبعده بلاش يطلع يطلع لها يتقريبا سنقوم بإما الأشهر الأخير إذا نذهب إلى 90 يوم الأخيرة ثلاثة ثلاثة شهور لترى ما هو الوضع تفرج ولكن لا نعيش مرة أخرى لكن لا يوجد منتج سيزن في الصيف لا نأخذ ثلاثة ثلاثة يوم حتى نشوف بس اخر الشي وخلاص نشوف اخر ثلاثين وبعدها خلاص قررنا مليون مية هنشتغل تفرج تمام شايف تمام طبعا هلأ المنتج جديد بعد فترة قديلة هيرجع يرتفع اكتر ليش لانه لسه هلأ الناس يعني الناس لسه هلأ عن جديد عم تبحث عنه مثل ما لك شايف نحن رحنا على امازون دوت كوم شو يعني محمد امازون دوت كوم يعني انت هلأ نحن رحنا على اكبر منصة بالتجارة الاكترونية ببيع منتجات ولقينا شخص بالصفحة الاولى وما عنده ولا ريفيو وبمرحلة اللونشنج اللي انا شرحت لك عنا لما نحن بحثنا عن المنتجات بمرحلة اللونشنج عم بيعو ب13 دولار حبيعو ضرب اثنين على الاقل وقت اللي خلاص يتسبت بالصفحة الاولى وحي يوصل بسعر المنتج لمن 24 او 26 دولار اوكي هلأ انا هلأ حعلمك كيف انت هتبيع هذا المنتج وكيف هتعمل عرض قوي تسحق هذا الشب خلين نرجع عليه تسحق هذا الشب بكل سهولة تمام مثل ما نرى من اربع دقائق انا خليت صفحة مفتوعة من اربع دقائق جاب مبيعو 34 اوكي نحن نسحق هذا الرقم كلياته هلأ قبل ما نبدأ قبل ما نعمل كل شي اذا انت كنت بك تعمل محتوى بس على التيك توك فور فري ما هتعمل الاعلانات ولا هتعمل شي انا بنصحك انك تبيع هذا المنتج هتجيب المنتج وتعمل محتوى عندك بالبيت وما هتعمل اعلانات ابدا اوكي فانا بنصحك انك تبيع هذا المنتج بمن من 14.99 ل 16.99 دولار ولكن اذا انت هتبيع هذا المنتج هتطلق اعلانات على فيسبوك على تيك توك على جوجل على بنترست على سناب شات اذا بنصحك انك تبيع هذا المنتج على الاقل على الاقل ساعة المنتج حوالي 3 دولار يعني المربح تعرف انت كيف يعني هون هذا الشخص هو عارف و اصلا اصلا الكلمة صعبة انك انت تلاقيها اوكي هلا شوف نحن شو هنعمل كيف نحن هلأ هنبني المتجر بطريقة سيمبل وسهلة وبسيطة انا ما هادى عليك كثير هعمل متجر حلو وبسيط ونسحك في هذا الشب اوكي كل بساطة هلا بداية اول شغل اللي نحن بدنا نعمله خلينا نقول انه نحن هنشتري هذا الدومين شو انا اخذت خمس دائل حتى لقيت هذا الاسم اوكي فانت احتمال تطول معك عشد دائل احتمال تطول معك نص يوم ولكن بليز ما تطول شهر اوكي ماكس يوم يومين و لازم تلاقي الاسم تمام هلا هين هو الاسم اوكي بعد شو هنعمل نحن اول شي نحن هنعمله هنروح على بدنا نروح على الجيميل دوت كوم لحتى نحن نعمل ايميل لحتى نقدر نفتح في متجر شو بي فاي هلا بتروح وبتعمل انشاء حساب يعني بتعمل جيميل على الجوجل اوكي هلا اليميل اللي لقنا له هو باور كريب تراي تمام هلا كمان اذا انت ملاقي تراي باور كريب انا ممزعك انك تعمل باور كريب تراي اوكي لانه هتكون الكلمة معكوسة تراي يعني جرب المنتج هاته اوكي يعني هاي الفكرة انا الوقت لقينا نحن نسمي المنتج فهلا نحط كلمة المرور هنعمل نكست وبعدها هتحط اذا انت بتحط اليوم التاريخ وكذا وهي اسكليتا اي شي فيك تتحط ولكن بس لحتى نحن نتخط هاي المرحلة بعد ما صار عنا اليميل منروح على الشوبيفاي ومنعمل لوج ان هدخلنا على الشوبيفاي طبعا شوبيفاي حاليا عندو هلا ثلاثة شهر انت فيك تاخد ثلاثة شهر بواحد دولار بس فانا بنصحك انك تاخد هاي الخطوة وتاخد هذا المتجر من ثلاثة شهر بواحد دولار بعد ثلاثة شهر بصير ثلاثة شهر حوالي حوالي ثلاثة دولار اوكي هلا هون فيك تتعمل سكيب مثل ماك شايف تراي باور كريب.ماشوبيفاي.com هلا نحن مبدئيا صار فيه عنا شي اسم متجر شوبيفاي مبروك هلا نحن بداية فينا نحن نبني متجر شوبي ولكن قبل ما نبنى قبل ما نبني قبل ما نعمل شي اه اه انا سعرفك بس بطريقة بسيطة شو في موجود به على هذا الداش بورد اوكي لحتى انت تعرف بالضبط اذا انك خصت قد ماك بتعرف شي ابدا بداية اننا عنا هون الهوم طبعا الهوم هون فيك تشوف المبيعات فيك تشوف بشكل كامل اللايف وهي اسكلاته وبعد تجي تجي الوردر اللي حتجي عن طريق العملاء فكل مبيعات بتجي على المتجر فيك تشيك عليها من هون وبعد البرودكت البرودكت اللي انت العدد البرودكت اللي موجود عندك مثل انت عندك نحن بهذا المتجر حبني بس منتج واحد فانت حتي ما تعمل نيش ستور اتخلي فحيكون كل شي موجود كل شي موجود عندك انت لايف هتلاقي هون طبعا الانفنتوري ترانسفير الكوليكشنز الكفت كارس هتلاقيون هون الكوستومرز هون كل شي حد هيشتري هتكون البيانات و البيانات تبعه كلها موجودة هون الاسم والعنوان ورقم التالي في حال اذا كان هو حط رقم التليفون او الايميل حيكون كل شي موجود هلأ الاناليتيكس هون ببساطة عندك التوتال سيل فيك انت تختار بشكل يومي فيك انت تختار مثلا يستردي اذا انت بلشت شهر فيك تشوف قداش بعت بهذا الشهر او فيك تقارن الشهر الماضي بالشهر هذا مثلا فهون فيك انت تحصي وتعرف انت كل شهر قداش عم تبيع والأيام يعني فيك تعرف بالزبط انت شو عم تعمل بالنسبة من البيعات ريتن كوستومر ريت هون الناس اللي رجعوا مرة تاني واشتروا المنتج وعن هون احنا بنحاول قدر الامكان انه نعمل شي مميز ورائل حتى نرفع قد ما فينا الكونفيرجر ريت الكونفيرجر ريت هو عدد الاشخاص اللي اشتروا من مئة شخص مثال اذا اشترى شخص واحد من كل مئة شخص فالكونفيرجر ريت هيكون واحد بالمئة بعد عندنا الافراج اوضر فاريو بعد التوتال اوضر وبعدها بيجي هون كمان منين اجت الوردر والترافيك اللي انت استخدمته او الترافيك اللي اجت عن طريق الوردر فانت بالبداية يمكن شوي تحس هون الامور الملخبطة ولكن بعد يوم يومين ثلاثة بتحس ان الموضوع كتصار كله سهل فما في دعي تشغل بالك مبدئيا انك انت تعرف كل الشغلة بالزبط شو هي ولكن بالبداية هون اللايف فيو بيطلع لك انت هون لايف تبع السيل تبعك فانت بتشوف من عن طريق الكرة الارضية الموجودة هون وين موجودين الاشخاص اللي عم يشتروا من المنتج تبعك طبعا انت في حال اذا انت كنت مشغل اعلانات فحتطلع مثال حتطلع مسال حتطل مثلا خلينا نقول هون يونايتد كينجدوم وطبعا يونايتد كينجدوم اصغر من هكذا تقريبا فمسلا نقول هاي اليونايتد كينجدوم فحتطلع لك هون النقاط مثلا هون الفيزيترز اللون ازرق الوردرز بيجي هذا اللون اللي هو اللون البنفسجي تمام هلا الماركتنج الماركتنج هو عبارة عن انك انت تعمل ايميل ماركتنج عن طريق الشو بي فاي وفيك انت كمان تختار عدة منصات تانية منها الجوجل البنترست السنابشات ازرق الاسم اس بمب فانت من هون وطبعا هون فيه كمان تعمل كامبينج وبتعمل كريات كامبينج وبتعمل هاي القصص كلها بكل سهولة تمام هلا الديسكاونت ديسكاونت لما انت حاب انك انت مثلا بالريتاركتنج او باليميل ماركتنج حاب انك انت تعمل كود خصم معين لاشخاص معينين فانت فيك بكل بساطة تعمل هون كريات ديسكاونت طبعا موضوع بسيط جدا فيك انت مثلا تختار مثلا انا بدي عمل لبرودكت فأنت هون بتحط طبعا هون الدسكاونت كود انت فيك تسمي مثلا حابب تعمل لأشخاص عم يشترون من تيك توك فأنت بتعمل مثال تيك توك عشرين الشخص اللي بيكتب هذا الدسكاونت بيحصل على عشرين بالمئة طبعا هون فيك تحط عشرين بالمئة طبعا انت فيك تحطه هون بالعملة أو فيك تحطه بالنسبة المئوية أوكي عشرين بالمئة وبعده انت هون فيك تختار المنتج specific product أو collection عامة فأنت فيه أنا مثلا اختار product واحد بحالتنا هي عندنا بس product واحد وبعده هون مثلا خلاص انا فين حط نومنيو يعني ما عندي مشكلة حتى اذا دخلوا كتير اشخاص واشتروا للall customers اذا انت بدك تعمل start date ما فيدعي تعمل هاي الشرق وتعمل safe discount فأنت هون هلأ بمجمع ان تضغط على save صار فيه عندك discount code اسمه تيك توك عشرين قيمته عشرين بالمئة فأنت بتاخد هذا الكود وبتحطه مثلا بال email marketing او اذا انت عام تعمل retargeting بالتك توك او فيسبوك وتاخد هذا discount وبتحطه للعملاء تبعك ال online store هلأ نعمل leave page لان احنا ما عملنا save فميكشو انت كل شغلة تعمل بتعمل save فورا لحتى انت لا تضيع شيء ابدا منك هون في عنا theme التي نحنا حنبني عليها المتجر طبعا انت هون ما فيدعي تكون professional وما فيدعي ما حتدخلها بأكواد ولا ولا بشيء يعني هيكون موضوع جدا بسيط هتعمل بالضبط ما انا هعلمك كيفية تعمل هذا المتجر بكل سهولة هون blog post بداية نحن مرحلة التستنج ما هنقرب على blog post ال pages هنبني هون ال pages الخاصة فينا سواء كامل contact track your order سواء كامل faqs كل هاي القصص بعد navigation في عنا هون في شيء اسمه photo menu اللي انت بتلاقيهم باخر صفحة بكل منتج privacy policy read and policy about us our story وبعدها بتلاقي في شيء اسمه main menu اللي هتلاقيهم فوق انت وقت تفتح متجر بتلاقي فوق بتلاقي في شيء اسمه مثلا home او shop all او حتى بتلاقي track your order هتلاقيهم فوق طبعا هذول كمان كلياتهم هنعملون بعدها ال preferences هون هتلاقي طبعا انت هون مثلا home page title وبعدها هتعمل تحط هون اللوغو مثلا تبعك او شيء هون هتكتب وصف المنتج في حالة انت بعت لينك تطلع هاي الشغلات كلياته للشخص اللي بعت له انت لينك مثال اوكي هلا بعدها ال apps ال apps هون احنا فينا نختار ال apps اللي هنشتغل فيهم هلا بهذا المتجر انا ها اعمل كل ال apps اللي انا حطها فور فري يعني انا هجيب لك apps مجانية لحتى انت ما تتكلف كبداية انت كمبتدئ ما بديك تكلف ابدا طبعا اكيد انت بعد فترة لازم انت تشتري تطبيقات وتدفعها بشكل شهري ولكن انا بالبداية لسه انت ما عندك profit معلش هنبدأ ب باقلتك اللي فعال متل ما انا وعدتك فبعده هون اذا انت حضيف ال ads بنجي بعد لشي اسمه ال setting ال setting اللي هن اللي هتطلع لك هون المعلومات تبعك ومعلومات الشركة تبعك كلها طبعا انت هتلاقي هون ما هتلاقي هون هون ال store currency انا هاشيله وارفع لفوق وحخليه ال US dollar لانه انا كاد محطوض اعمل safe فورا اه وتقريبا هون يعني ما في شي انت ما في تغير شي ابدا بنرجع لهون ال plan انت بما انك انت هلا بالخطة المجانية او انت بخطة ال 1$ فمبدئيا انت هتختار الخطة الاقل بكل احوال اللي هي 30$ حتى اذا استمرت وكفيت اكيد هتختار بداية خطة ال 30$ بعد ما انت تجيب مبيعات كتير كبيرة في انت تنتقل للخطة التانية والخطة التالتة فالامور ابدأ ببساطة ابدأ باقل تكلفة تمام وعفكرة اغلب بالخطة الجديدة كلياتهم بعدين بـ 30$ لا بدأ انت تعمل شي اوكي انا لا خليني اعمل 79$ مثلا حتى انا لا لا خليك على اقل شي هلقم نروح على ال user يعني هون انت فيك تضيف stuff شو يعني محمد انا نضيف stuff يعني مثلا انا عندي شخص يعني بيفهم ويعرف وهو already شاغل بهي شاغل على الشوبيفاي فبوساطة فيك انت تعمل add stuff وتحط الايميل first name last name الايميل ولكن نصيحتي لك انك انت ما تعمله على كل شي موجود عندك مما كان ما تضيفه على كل شي موجود عندك تمام مثلا انا بدي اياه انه هو يدخل على صفحة products لحتى يعدل لي products انا بدي اياه انه هو مثلا بدي اياه انا يعمل marketing اوكي هاي marketing مثلا انا بدي اياه يعمل لي مثلا شيء له علاقة بالثيم اوكي طبعا هاي انت على الاغلب انت هتختار هاي اذا انت هتضيف stuff لانك انت بدك حدا يوصل للثيم لحتى يعدل لك شيء في حال انت مقدر تعمل شيء بشكل احترافي المتجر بشكل احترافي فهتضطر انك تضيف stuff على ال link ويدخل هو على ال link وببساطة بعد بيروح ويدخل فقط على الاشياء اللي انت خليت لها اوكي ما هيشوف كل شيء هيكون كل شيء ما انه موجود الا الماركتنج مثلا او خلينا مثلا بلا بلا خلينا نقول نحنا هتخلي بس على products themes فحتشوفه بس هون اوكي ما هيقدر يوصل لمكان تاني ال link مثلا اذا انت عندك VAT number فيك انت تضيفه اذا انت ما عندك اياه ما بتخليه التكست يعني بتعمل الشغلات العلاقة بالضرائب وهي القصص في حال انت كان عندك شركة نروح لل payments هلا اذا انت كنت قاعد بأوروبا مثل ماك شايفون الموضوع جدا سهل بتعمل active payments وحتى يعني فيك انت تضيف وتبلش فورا وفيك انت بتعمل paypal وال amazon وهي القصص كلها سهل ولكن اذا انت قاعد ببلد عربي حيكون الموضوع الصعب عليك مثل ما انا لازم تعمل شركة وتعمل هذه القصص كلها هون انت الموضوع يعني الموضوع 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 هون انت كانت محطوطة قابل انه على last name لحتى ان تضمن انه لما تضيع الطلبية او ال order تبعك تروح لمكان تاني او توصل للشخص الغلط لازم يحط معلومات وصحة فهاي بكل بساطة هما في داعي كمان تغير ما ضل لنا شي تاني Anyway هون حسنا بترجع وتطلع لفوق لحتى انت نشوف الالشيبنج اندليفري بما انه احنا لدينا عرض فنحن هنضيف الفري شبنج فيك انت بكل بساطة تخليه مبدئيا بس فري شبنج بعد فترة يصير عندك مبيعات منيحة فيك تعمل الفري شبنج فوق ال 50 دولار أنا حكيت بفيديو سابق كيف فيك انت تعمل هاي التراك بكل بساطة وهون الدومين عن طريقه فيك انت تشتري الدومين من نفس الشوبي فاي بكلفك حوالي 14 دولار وفيك انت كمان تاخده من مواقع نيمشيب وهي المواقع التانية بكل بساطة وبعد توصله بشكل يدوي علىه ولكن هون بجرد ما انت تشتري من هون خلاص حين عمل سيت اوب يعني بطريقة اسهل تمام هون ما في داعي انت في كتير شغلات مثلا هون هاي كمان مهمة بكل بساطة هون بدك تعمل كوستوميز ايميل تيمبلت من هون لانه للأسف مو بس البيجنرز تركين الموضوع مثل ما هو هون لأ حتى في متاجر محترفين نفس لساته موجود على نفس هذا الحال شو يعني محمد للحكي يعني مثلا الشخص وقت يشتري أوردر حيطلع له هذا اللون ما حيطلع الوان المتجر اوكي ولا حيطلع لوغو ولا حيطلع شي حتبقى كل شي الامور مثل ما هي طبعا انا شرحت عنا من قبل وحنشرح كمان عنا بحاول اذا انا اه دخلنا هون مرة ثانية حارجع او اكيد انا حارجع وعدل هاي شرات كلها هلأ هون الفايز البوليسيز هون من هون انت حتضيف البوليسيز هلأ فينا نحنا نعمله مباشرة فيك انت تعمله بي يعني انت تعمله لوحدك او فيك فيه هون تيمبلت جاهز انت فيك تضيفه بس مكشور انك تتغير الايميل وتغير عنوان سكنك لما يكون موجود هون نفس الشي هون كمان فيك انت تضيفه من هون وهي القصص وميكشور انك تتشيل العنوان اذا انك تعمل رجيسترينج يعني انت مدخل عنوان بيتا كون ميكشور انك تتشيله من هون وتحط ونعمل سيف بعد ما نحنا نخلص يعني تشيل العنوان تبعك تبع البيت وتخلي العنوان تبع الشركة تبعك اول مكان اللي انت عم تشتر منه هلأ عملنا سيف نطلع من هون لحتى ما نرجع على بعدين اوكي يوم جديد هذا اليوم انا اخترته بالذات انا بحب دائما لما انا ابني متجر بشتغل احتمال كل شيء سوا ولكن في يوم معين انا بخليه بس للتصميم لتصميم اللوغو لتصميم الالوان لحتى انا اختار الوان منتجي لحتى انا اختار لون الصور لحتى انا اقدر انه اعمل الصور بشكل برند اوكي فانا بخلي هذا اليوم هو يوم محدد بس لشيه معين تمام هلا انا بنصحك انك انت كل جزء من البزنس هاته انت تاخده بشكل معين ما تشتغل كل شيء سوا حاول انك تتقسم هاي الاجزاء اول فترة انك تلاقي منتج بعد فترة انك تتسامي المنتج بعدها مثلا تعمل هاي شغلات كل ياته ولكن تشتغل step by step مثل ما انا هقسم لك هذا الفيديو بالظبط هلا هذا اليوم نحنا هنعمل فيه البراندد ستور دائما نحن محمد نحن نسمع بالفيديوز عندك بالانستغرام بالتيك توك باليوتيوب بتحكي عن شي اسمه branded store هل هو البراندد ستور هو نفس البراند العادي الجوابك البساطة لا اكيد لا بيختلف 180 درجة البراندد ستور هو حال استثنائية هو عبارة عن هوية مميزة لمتجر متجر كامل تميز بهوية معينة طبعا هذا الشيء ما نطبق اذا كان المتجر المنتج واحد يطبق على النيش ستور وحتى على الجنرل ستور يعني هذا المتجر لازم يكون له سيمات معينة طبعا الألوان مش كافية وحتى اللوغو لازم يكون في شيء تناسق كامل اوكي بعد هذا الفيديو تمام رح تعرف انت شو ما انت براند رح تعرف كيف تعمل براند رح تعرف كيف تتفنن وانت عم تعمل اللوغو وانت عم تعمل ألوان متجرك وانت عم تبني المتجر بشكل احترافي المتجر اللي هنعمله هو حينقل لديه درو بشيبنج يعني بكل تواضع يعني حتى بالوطن العرب خاصة حينقل الله لنكس لفل يعني نحن حنشتغل شيء مناسب جدا من الفيتيات عشر تمام يعني لنهن ما حنشتغل متجر هو شبيه لما تاجر مثال مثل الويش او متجر الامزون او متجر الابونت دولار للا نحن حنشتغل متجر بشكل يعبر عن البراند نحن ماشيين فيه شو بفيدنا نحن هذا الشيء محمد ليش نحن بننتكلف نعمل متجر عادي بألوان عادية ونحط المتجر ونشتغل ونجيب مبيعات لا لا ستجيب شيء لماذا؟ وهذا الشيء للأسف أغلب الناس بيقعوا فيه ويفشلوا في هذه الناحية بالذات حتى الناس الذين لديهم متجر أو منتج رابح فيكون المتجر جدا سيئ أنا هنا انتبه أنا الحاجة التي قلت له هكذا كله سيكون مجاني أنا لا أقول لك لازم أنت لحتى تبين براند ستور لازم أنت تشتري لوجو أو أنت لازم تشتري ثيم أو أنت لازم تشتري شيء أبدا هنشتغل هذا الشغل كله ببلاش وهلأ أنا حعلم كيف وكل التولز ببلاش ولكن بدنا نشتغل بطريقة إبداعية الفكرة أنك أنت طبعا أكيد ما بدأ كمان تقعد بهذا الموضوع شهر شهرين الموضوع هذا أنت هتشوفه بفيديو خليه يقول ماكس ساعة ولكن بهاي الساعة هتطلع بقيمة كتير كبيرة تمام؟ يعني أنا خصصت بالكورس كامل هذا الجزء احتمال يطول شوي ولكن الفكرة منه أنك أنت تتعلم بطريقة احترافية جدا تمام؟ فهلأ أول شغلة نحن هنبدأ أنه نحن نختار ألوان متجر تماما القسم اللي قبله نحن اخترنا الألوان اللي هي الأبيض والأسود والأورنج تمام؟ فنحن بالثلاث ألوان هاي هنشتغل على المتجر تماما هلأ بداية نحن راح نعمل اللوغو اللوغو تبع المتجر تبعنا هلأ اللوغو لحتى نحن نعمل اللوغو بشكل بسيط ومميز وسهل وبايم بشكل احترافي بدنا نروح على أداة رائعة جدا وأنا هاي الأداة تقريبا 90% من المتاجر اللي عندي يشتغلون كلها اللوغو بيكونوا عن طريق هذه الأداة هذه الأداة هي أداة كامفا كامفا هي أروح أداة مجانية حتى أنت تعمل فيها لوغوز التصاميم حتى الإيميل ماركتينج حتى الصور متجر طبعا نحن نعمل كل شيء هون أول شيء نحن نعمله هون بدنا ناخد أول شيء فكرة عن اللوغوز اللي موجودة بالكامفا لماذا؟ ما الفكرة؟ الفكرة هو نحن ناخد أفكار يعني أنا بدي شوف اللوغوز بشكل عام هلأ نحن ندخلنا على اللوغو بدنا نشوف بشكل عام نحن نلاقي شيء يكون ملفت للنظر تمام؟ للأسف مثل ماك شايف هون في كتير اللوغوز مدفوعة فنحن ببساطة حتى نحن نتجنب هاي الشغلات كل هذا ننزل إلى تحت من القائم اليسار أنت هون ستكون عندك هون مكتوب فري مكتوب اللوغة السويدي فعندما نضغط على فري أنا قلت له هاي الأداة طلعين لنا كل شي فري الحلو بالموضوع مو الفكرة أنك بس تلاقي أيقونة لحتى أن تعمل منها اللوغو واحتمال خط مميز أنت فيك تعمل اللوغو فيه براندز عالمية هناك كاتبين اسم المتجر بس اسم المتجر وعبارة عن بس اسم المتجر مكتوب كتابي ولكن مكتوب بطريقة احترافية أنا هلأ هعلمك كيف تعمل هاي الشغلات بكل بصل هلأ بداية هناخد نبز نحن ناخد فكرة هنشوف فيه كتير لوغوز أنت أول شي ستصحى لك أنك ضايع ولكن هلأ شوي شوي هنبلش ندخل بالموضوع هنبلش نعمل الموضوع جدا سهل هلأ ببداية أنا خلينا نفرض أنه أنا ملاقيت الشي فأنا بطل على فوق بداية نحن اسم المتجر طبعا هو هلأ باور هي عبارة عن قوي ولكن الاسم تبع المنتج اللي هو تمام طبعا هو ولكن اختصار بس نحن أخذنا كلمة تمام باور غرب ثم نحط جي لوغو أنا بدي أشكال أو أشكال أستفيد منه بحيث أن يكون شيء قريب للمتجر أو شيء قريب للشيء هلأ أنا بداية أنا أبحث مبدئيا ما فيه ولا شيء مميز فأنا خلينا نخلي نفس الكلمة وبعتقد إذا نزلنا لتحت شوي بعتقد أننا سنجد شيء يعني أغلب ما فيه أي شيء مميز هلأ هنضيف كلمة ثانية اللي هي الجيم هلأ هنضيف كلمة جيم لحتى نشوف أنه احتمال يطلع معنا الشيء مميز أكثر احتمال نشوف هلأ مثلا دامبلز مكتوب هون لا هون ما فيه شيء هون لا خلينا نزل لتحت هون شيء يعني خلينا نقول حلو بس أنا قلتلك الدامبل اللي موجودة هون هي تسعين بالمئة من المتاجر اللي عاملين شيء علاقة بالجيم بالفتنس دامبل فنحن نعمل شيء مكرر هون شيء حلو ولكن أنا لا أحب أن يكون فيه هاي الشغلة مثل ما رأيك هون بتلاقي فيه مثل نقطة صغيرة وكذا فعلى شكل المتاجر ما حتتطلع كثير حلوة الغرض أنه نتناقش لحتى نحن نوصل لفكرة اللوغو فبديك منك أنك أنت ما تمل لأنه هاي الشغلات ببساطة شغلات تفاصيل صغيرة ولكن تعمل فرق كتير اوكي ويعني ناهيك أنه اللوغو هو الواجهة تبع المتجر تبعك هلا بداية هون كمان نفس المشكلة هاي الحرف الجي فأنا حاول تضلق بحسب ما حاول يطول الفيديو كتير حاول إنه نلاقي حرف مناسب وبعد نضيفه هلا حرف الجي هاد اللي انت شايفه قدامك إذا تنتبه وتتمع بالنظر منيح تلاقي حرف جي ولكن مثل خلينا بصلك يعمل كأنه ايد عاملة هاي اوكي مبدئيا الحرف بيرفكت حيناسب بشكل مميز جدا هلا ضل مني وانا اجيب التكست هلا ببساطة فيني انا اخذ هذا التكست تمام هلا انت هتقول ليش اللون محمد انت هتختاره كذا هالقصص هنعمل بهذا الشكل بعدها هتعرف كل شي اوكي بعدها هتعرف ليش انا عملت هيك بالضغط هلا انا فيني هون اكتب اول شي باور تمام وبعدها كبر هاي الكلمة جيبه لهون هنزغر الحرف هات خلنا اخذ نقرب شوي هاي لهون اهم شي شايف هذا الفرايم اللي جوا لازم يكون اللوغو كله هاته بقلب هذا الفرايم تمام هلا ببدينا هنرجع نشيط هاد هون نرجع نجيبه هون بنحاول قدر امكان انه يكون ظاهر اكتر من الاحرف التاني تمام هلا ببدينا في الخط انا بدي اغير الخط انا فيني روح لهون وبدأ شوف خيارات التانية تمام مثلا مثل هذا الخط مثل هذا الخط انا في خط معين ببالي فحاول اني لاقيه بعتقد هذا هو الخط لا هو انه يكون الخط ما يكون بشكل نحيب يكون بشكل اكبر لا لا هذا اوكي بعتقد هذا هو فخينا شوف كيف حيطلع الشكل هلا هنزغر هون هنزغر هيك لهذا اللي اس دقريبا نضغط كبسة بره بعد نضغط هون هنزكر هاي اول شيء حتى فينا نتحكم قدمة فينا بعدها نحن 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 نحرف اوكي هنخليها بالنص تقريبا وبعدها هنجي على هذا الحرف هلق هون نحن فينا هاي الكلمة نخليها بس لحد هذا المنتصف وبعد نجيب الكلمة تابعنا وبعد نجيب الكلمة تابعنا ونخليها هون وبعدها نعمل نسخ لهاي الكلمة او فيك تعمل الكلمة جديدة وبنعمل هون هون نحن نحرف ال هلا نضغط بره نرجع من الجيلة هون نتفرج كيف صار الشكل هلا بداية يعني الشكل خلينا نقول معقول بس خلينا نحاول قد او كان نحن اوكي هلا فينا كلمة نزغرها اكتر شوي ونزغر هاي الكلمة شوي حتى فينا نحن ناخد هاي شوي كمان لهون اا وهي الكلمة نرجع نزغر بقد الكلمة هاي تمام فهلا هيك اوكي هنعمل هيك اوكي هلا مبدئيا ما لكتير متناسغة فشو هنعمل احنا هنصغر هاي اوكي شوف شو هنعمل نحاول ان احنا نعمل بطريقة تكون احلى هنكبر هاي الفكرة ان كده تضل تحاول حتى يطلع معك شكل مميز تمام ولكن دائما دائما تكون موجود بالمنتصف تمام هون فينا نحن نعمل هيك اوكي تمام هلا انا بداية اراضي عن هذا الشغل اوكي يعني انا كشكل مبدئيا اراضي عن هذا الشيء اوكي اراضي عن هذا الشيء اللي انا عملته هون فشو هنعمل احنا هون هلا فينا نحن نغير هاد اللونين هدول للون الثالث اللون الثالث او فينا نغير الباور هلا بالنسبة لي انا بحب اغير كلمة الباور لان هي هاي الكلمة تعني القوة تمام فانا هلأ هحط لون المتجر تمام ها هعمل هاي الكلمة بنفس لون الكلور الثالث تبع المتجر نضغط هون نضغط على الحرف ا بلس هنحزف كل هدول ونحط اللون الخاص فينا اوكي هلا كشكل بداية اتس اوكي حاول لازم نكبر رحي شوي بعتقد هيك الفكر انه يكون فيه تناسق تمام هلا امانه احنا في عنا مجال من هون مجال هون شو هنعمل هنكبر هذا اللي هون ونخليه بالمنتصف تماما اوكي شايف خط الطول والعرض بالمنتصف تماما فينا احنا نقرب لهون شوي كمان نرجع نكبر ونرجع نشوف اذا صار بالمنتصف بعدها نجيب هاي الكلمة نكبرها شوي نخليها هيك تقريبا اوكي وبعدها هي الكلمة فينا هلأ نحن ما فينا نبعد هاي الكلمة كتير بعتقد نخليها على نفس النسق تقريبا وفينا نخليها تحت هلأ فينا نعمل هذا الشيء لك شو هنعمل تمام الحلو ان انا عم شاركك لحتى انه تشوف ستيب باي ستيب كيفين كيف فينا نحن هنعمل هذا الشيء هلأ مبدئيا لسه مالي راضي عن الشكل هلأ اذا منخلي هذا المكان اللي هون اذا منرفع الباور لهون تمام على نفس المستوى ومنكبره شوي تمام منكبره شوي هيك هيك نزل شوي تقريبا اوكي هلأ منرجع هي الكلمة منكبره تمام باعتقد هيك هيكون متناسق اكتر تمام تفرج كشكل انا كتير راضي عن هذا الشكل الفكرة انا كده كل شوي تكبر وتصغير لحتى انت توصل لمرحلة تمام هلأ ما خلصنا هون هتعمل هون زيادة تمام شو هتعمل هون هون هنعمل شي تاني اللي هو نحن هنعمل اول شي نجيب هاد ونعمل هون ننزله لتحت تمام ليش بقل لك بعدين تمام هلأ بعدين انا حقلك كيف هي من علامات البراند تمام هلأ بعدين انا حقلك لش عملت هادا اللوغو التاني بداية هادا اللوغو الاول وهادا اللوغو التاني تمام تبع المتجر تبعنا وما سهلا نشيء مثبه ولكن قبل ان استخدامه اول شغل احنا هنعملها هننزله لنعمل هون هون هنعمل هن نازل اولها وهن نزل اللوغو التاني هنه empresa انا ما هنزله لانه انا الوغو التاني هنستخدمه لشيء ثاني تمامنه لازم تكون الخلفية سوداء هلأ بد комментيا perpetعا نقوم بتحض aman Eyes Administrator dbdouco first,1 affiliate bang &dzy وبعدين بدأين منڤ leandro postingHi, fedora نرفع هذا اللوغو بعد ذلك سننزل لتحت قليل ستطلع عنا الثيمز المجانية هون اركز معي منيح لحتى انا فهمك بالضبط بالنسبة للثيمز الي هون انا بالنسبة لقلي الثلاثة اللي انت شايفون فوق Perfect is the best انا بالنسبة لقلي هاي ال refresh وال since since انا عامل فيه قبل متجر وحكينا عنه ولكن هالمرة بما اننا جربنا هذا المتجر فنحن هنجرب ال refresh هلأ ببساطة هنعمل Add ونضيفها وبعدها نبدأ ونعدل عليها بعد ما ضفناها فهتطلع لك الشكل اللي انت شايفون هون فنحن هون هنعمل Customize نحن مبدئيا صرنا بقلب المكان غرفة العمليات هون نحن هنبدأ ونصمم المتجر ونعمل كل شيء هلأ قدامنا خطوة واحدة بس قبل ما نبدأ ونعدل كل شيء طبعا اول شغل هنعملها بدنا نروح على ال header لحتى نحن نرفع اللوغو هلأ اللوغو تبعنا مثل ما شايف ظاهر هون ولكن انا مالي راضي عن الاياس فنحن شو بنعمل منكبر شوي نرجع ونشوف اوكي اوكي خلينا بس نرجع ونشوف ونتأكد على الموبايل الموبايل بعتقد لازم نحن نظهر شوي اكتر اوكي بعتقد او فينا كمان نحن نظهر اكتر ونخلي على المية وعشرين انا بالعادة بستخدم اكتر شيء بين المية وثلاثين والمية وعشرين اوكي مبدئيا بيرفكت هنعمل Save هلأ هون ما عاد فيه داعي نعمل شيء تاني نروح على Desktop هلأ الديسكتوب لا ما يهمني اوكي ان يهمني بالفول سكرين تمام هلأ هنرجع كوان نعدل عليه مرة تاني ولكن شيء يجب ان تعرفه قبل ما نكمل بالنسبة للك انا بهمني اكتر شيء ان كنت تعمل المتجر بشكل احترافي على الموبايل هون اوهن يهمني الديسكتوب والفول سكرين ليش لانه خلينا نخذ مثال إذا انا بدير روجه عن طريق تيكتوك الناس تستخدم تيكتوك على طريق الموبايل الناس الذين يستخدمون الفيسبوك 99% يرون إعلانات عن طريق الموبايل و يشتركوا عن طريق الموبايل إذا بدأت تعمل إعلان مع أمفلونسر أكيد الشخص لا يكون فاتح الديسكتوب و يتفرج على ستوري مثلا أنت عملت بروموشن عن طريق الستوري لا يوجد أحد سيشوف بحياتي لم أجدني مبيعة عندما عملت بروموشن مع أمفلونسر ولا مرة صفت أنه دخل شخص يشتره عن طريق الديسكتوب نحن نعلم معنا كيف تعرف بالتحليلات مثل ورجعتك الداشبورد وهناك يطلع لك كل شيء من وين شو هي الأجهزة وكل شيء مبدئيا اطمن 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 أهم شيء إذا كان عندك الديزاين على الموبايل بيرفكت لا أهمني كيف سيكون على اللابتوب نعمل كل شيء احترافي بكل الأحوال ولكن بالنسبة لك إذا كانت واجهة صعوبة لأنك لا تستطيع تخليه أو لا تناسب الصور أو صار في عمعك مشكلة وانت بدك تطلع بأحسن صورة بالديسكتوب لا تقول لها أمدا بس خليك على الموبايل طالب بالموبايل بيرفكت لا تفكر بالشغلات الثانية نحن ما نشتغل شيء هون هلأ مبدئيا سنوقف شوي سنروح أول شغلة ونعمل الصور تبعات المنتج هلأ لك لألك شغلة لازم تعرفوا لحتى أن تجيب مبيعات تستهتم بمنتجك أكتر لحتى أن ترفع سعرك أكتر من ناس غيرك المتجر اللي أنا هعمله أنا ما عندي مشكلة أكتر أن أبيع المنتج بيدي 39 دولار حق ثلاثة دولار ما عندي مشكلة أبدا أن أبيعه 39 دولار ليش؟ لأنه أنا واثق من العلامة التجارية عم تقدم هذا المتجر هلأ ممكن تقول لا بس بلكي شخص راح شاف ودور على الأرخص وكذا أوكي في ناس في جمهور بيحبوا لشير خيص ويروح على الإي باي ولكن أنت لازم تعرف شغل لما أنت قاذب برند أنت في عندك جمهور مستعدة هيا الناس هاي نحن بشتروا لهم برندات نحن بشتروا من ناس متخصصين نحن بشتروا من ناس specific هذا البرند عند دخلت عليه شفت من اللوغو من كل شيء موجود فيه هنا ناس special هنا ناس مختصين بهذا المجال أنا من حق لأنه يأخذوا حق لأنه يعملون أكيد 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 عندهم top quality فها هكذا تفكر ما تفكر أنه لا لا بل كي راح على الامازون اشترى بل كي راح لا لا بل كي لا يدخل الاشتراع هذا الصوت الذي يأتي أدخل عن جد أعطي هذا يعني عطي البرند وحاول أنك تجاره وتعمل تسلا تمام مبدئيا حنرجو على المكان ما نحن كنا فيه بعد ما نحن نزلل هنا هنطلع نحن نعمل صور للمتجر تمام الصور بالنسبة للصور مثل ما حكينا نحن فينا نروح على علي اكسبريس فيك تتكلم المورد وتقول له بعتلي الصور فيك أنت تشوف الصور عند الناس المنافسين بالنسبة لك ولكن نحن لا نعمل كبداية هلأ بمرحلتين سيمرقوا الصور معك أول مرحلة لأنك ستجيب صور وتعدل عليها وتعمل بشكل محترف جدا الطريقة البعدة أو المرحلة التي بعدها تعمل سكيلنج لهذا المنتج ستبعث هذا المنتج أو أنت تطلب له عندك وتعمل صور بنفسك بس لك أو فيك أنت تتواصل مع أحدا من المؤثرين يعمل لك صور صور المنتج لوحده ويعمل لك كمان صور لايف ستايل أوكي أنه يستخدم المنتج هلأ بداية سنقوم بعمل الغرض من هنا سنختار حجم الصور المناسب بالنسبة للشوبي فاي هلأ بداية فيك تحط 2045 العرض وفيك كمان نفسي كمان تحط 2045 الطول وبعدها تعمل تحريل حتى يأخذك على صفحة جديدة هاي صفحة الجديدة التي من خلالها ستبني الصور كلياتها هلأ لحتى الموضوع ما يطول الموضوع كتير سهل هل أنت فيك تعمل هون دوبليكات أو فيك تحط كمان تحت تحت مثلا تعمل 6 صور بتنزل 6 هون وبتجمعهم كلهم بتعمل داولة بشكل واحد هلأ بداية بداية أغلب الناس والمتعرف عليه بشكل خينقول طبيعي الكلاسيكي المتاجر الكلاسيكي ومن الأمازون تكون خلفية بيضة هذا الشي بيعطي جمالية للمنتج بشكل رائع ولكن بحالتنا أول شغل نحن نفكر خارج الصندوق رقم اثنين نحن المتجر والمنتج يتحدث عن الباور ويتحدث عن الفتنس ويتحدث عن الجيم منتج العلاق بالجيم يعني أنت الناس اللي يشترون من عندك هنن يروح على الجيم هذول الناس هنن جمهور مخصص ما لهم أي جمهور ولا لهم جمهور عام هنن ناس محددين حتى أنا أجذب هذول الناس للمتجري ولحتى أنا أخليهم يدخلوا يشوفوا منتجاتي ولحتى أنا يقتنعوا أنه أنا براند حقيقي وأنه أنا عم أقدم أحسن الخدمات وأحسن المنتجات ولحتى أنا أرفع سعري وحط السعر اللي أنا بديه وما حدا يقول هذا المنتج غالي أو شيء أو يفكر يروح يشتري من أمازون أو يشتري من إي باي أو مكاة أو الوان دولار لا لا نحن هذول الناس بدنا نقدمهم قيمة كتير كبيرة القيمة ما بتكمن بس من المنتج القيمة بتكمن بالمتجر اللي أنت مخصصه أو اللي أنت عم تبيع من خلاله هذا المنتج سواء كامل لوغو سواء كامل ألوان سواء كامل صور من كل شيء بداية أنا أول شيء سأفعلها سأفعل هذا اللون الأبيض وسأضع لون متجر طبعا لدينا اللون الأسود واللون الأبيض واللون الأورنج سأختار لون الأورنج بداية نحن لدينا هذه الصورة سنعمل على هذه الصورة على أساس أن هذه الصورة هي الصورة الرئيسية أو الصورة أول ما يفتح الشخص صفحة المنتج سيجد هذه الصورة بالنسبة للي الصورة حلوة ظهر فيها المنتج وعليه شوية shadow وضع عادي طبعا لدينا الصورة من علي إكسبريس وزلنا الخلفية ورفعناها رحنا على موقع remove.bg وشلنا الخلفية وصلنا إلى هنا بالنسبة للي أنا لا أحب أن أخذ الأمور بس هيك لا أحب أن أتطور أو أحب أن أأخذها الـ next أو الـ level أحب أن أأخذها الـ level أول شراء نحن نفعلها نرفع اللوغو هذا اللوغو بدك تضعه فوق بدك تضعه ما سنفعله؟ تفرج نحن نفعل هذا الشيء نرى كيف تضع الشكل يمكننا أن نكبر قليلا تفرج كما لا ترى وكأنه نحن هذا المنتج موجود عليه هذا اللوغو هل يمكن أن تقول محمد بس نحن هذا المنتج وقت الذي يوصل للعميل ما سيوصل معه كيف أنت حطيت اللوغو وبكرة يكتشف العميل ويوصل ويمكن يبعط لك إيميل ويقول لك ليش اللوغو ما موجود أول شيء العميل ما سيبعط لك ويقول لك وين اللوغو وهي رقم واحد يعني لا تخاف من هذا الوضوع الشغل الثاني بما أنك حاب أنك تتعمل المبيعات وانت بدأك تكمل بهذا البزنس وانت بدأك تكمل تبيع هذا المنتج فأنت قدامك هذا الطريق الأسهل والأسرع أنا خلصت عليك يعني خلص عطيتك الأمور من الآخر يعني لما أنت حطيت هذا اللوغو وانت يمكن بعت أول أسبوع أو أول أسبوعين بلاشت بيع 10 مبيعات 15 مبيعات كل هذا بدون اللوغو ولكن بعد فترة هل أنت حتستمر تبيع هذا المنتج على نفس الشركة؟ أكيد لا أنت شو هتعمل؟ أنت حتطلب 100 قطعة من الأجنت الخاص فيك وتحط اللوغو على هنا يعني هاي الصورة حتصير حقيقية بعد فترة أوكي؟ يعني بعد فترة هل يمكن تقول أوكي محق 100 قطعة؟ أنا ما معي السعر 100 قطعة لا صديقي عم قلت لك أنت بلاشت بيع أول شهر مثلا خلين قول ارتفعت المبيعات لعشر مبيعات باليوم والموضوع بزدياد فأنت المية قطعة كلياتهم شفنا المنتج حقه ثلاثة دولار وانت وقت تأخذ مية قطعة هتأخذه احتمال تصل إلى اثنين دولار أوكي؟ وتخليهم عند الإجنت تبعك هناك ما حتشحلوا لمكان ثاني فكلاتهم ميتين دولار ماكس ثلاثمية دولار وأنت هون أوريجم طالع هذا البروفيت لأنك أنت بلاشت تشتغل وبلاش تطلع أرباح أوكي؟ هذا موضوع شلناه على جنب تمام؟ لأنه الفكرة كنت تبيع باللوغو الخاص فيك فكر فيها كل البراندات الموجودة يمكن أن تشاهدتها أول ما طلعت كانت هي بدون لوغو ولكن بعد فترة بلاشوا يضعوا اللوغو هذا ما يعني؟ بيعني أنه هنا خلاص انتقلوا من مرحلة الدولار للمرحلة الثانية مبدئيا مثل ما لك شايف شكل هذه الصورة كبداية رائع جدا ولكن أنا بحب كمان نضيف عليها شغلة صغيرة أوكي هاي القطعة أو هاي الايقونين الصغرية اللي انت شفتها يمكن تكون بالنسبة لك هي الشكل عادي ولكن هاي مفاولها سحري أغلب المتاجر اللي نحن اشتغلنا عليها والبرودكتس اللي عملنا لها تستنغ وبعد نتقلنا لمرحلة السكيلنغ كان الكون فيها عالي وكانت هاي الايقونة أحد الأسباب تمام؟ مثل ما شفت ما جبت لون ذهبي ولون فاقع ولون لا لا جبتها بشكل بسيط بلون أسود 30 day money pack بس طبعا انت تقول لا محمد أنا بس عندي 14 يوم البوليسي تبعي 14 يوم لا ما في شي اسمه 14 يوم انا بنصحك انك تبدأ بتلاتين يوم وبعد ما انت تجيب ستوك وتتأكد انه منتجاتك كلياتها لأيجنتي يفحص المنتجاتي ونقول شي تمام بتسويه 60 يوم ستين يوم بقارنتي ليش ستين يوم بعدين لانا كنت ببساطة خلاص انت تغيرت على كل المتاجر تاني الكل عم يعطي 30 انت عم تعطي ستين تمام؟ انت خارج طلعت خارج صندوق هاي الصورة بكل ببساطة مثل ما شفت جدا بسيطة فيها المنتج فيها اللوغو تبعنا وفيها الضمان اللي نحن هنعطيه لهذا الشخص الشخص اللي يشتري هذا المنتج نحن ننزل نسوي الصورة الثانية والثالثة والرابعة هلا بداية انا ما بدي فيديو يصير كتير طويل بس هعمل الصورة الاولى ولكن انت عارفت كيف تنزل الصورة من عليكس بريس او من احد الاشخاص عم بيعوا هذا المنتج وبعدها تعمل تشيل الخلفية عنا الخلفية البيضة وترجع تحط الخلفية تبع المتجر تبعك وتضيف اللوغو تبعك والموني باك بعدها تعمل هون هيك داونلود خلصت الامور تمام يعني انا بنصحك نصيح حتى اذا انت كنت ديزاينر وانت حابب تعمل وانت بتشتغل ببناء المتاجر وببناء هذه الاصص كلاتها سدين وتقدم هيك شغل لعميل هو اوكي يمكن يعيش بالشكل بالبداية يكون كل شيء ولكن لما تجي المبيعات حيدعيلك اكتر حيشكرك اكتر لانك انت قدمت له قيمة بوبس بالشكل بالمضمون اوكي هلأ رفعنا الصور شلنا الصور هلأ الصور كلهم صاروا جاهزين احنا غيها في عنا هاي الصورة وهي الصورة وهي الصورة اشتغلنا عليهم ولكن هاي الصورة ما اشتغلت عليها انا حاولت انا جبتها من عليكس بريس هي نفسها اوكي ماهتمت كتير انه انا بلش وعدل فيها يعني ما بدي الموضوع يطول اكتر من هيك فنحنا مبدئين اربع صور ولكن نصيحتي الك خمسة لسبعة خمسة لسبعة بعد فترة كمان انت بتجيب المنتج وبتعمله فيديو احترافي وبتضيف الفيديو كمان هون هلأ خلصنا نحنا من اللوغو جهزنا اللوغو وجهزنا كل هاي الامور ولكن بالنسبة للوغو انت سألتني ليش نحنا لعملنا اللوغو التاني اسود هلأ حقلك ليش هنروح اول شي نرجع ونروح على ال الانلين ستور بعد ما نروح الانلين ستور نروح ونعمل كوستومايز بعد ما نحنا نعمل كوستومايز هندخل لصفحة المتجر هندضغط هون على الستنج وننزل عشي اسمه الفيديكون هاي هي متل ماك شايف بتضغط هون بتعمل سيلكت وبتضيف هذا اللوغو اوكي محمد شو هدا اللوغو انا شو بدي استفيد منه بتعمل سيف اوكي شو هدا محمد انا هدا وين بدي طلع هلا الناس لنفرض في حدا قرر انه يفتح المتجر تبعك يعني كشكل ووب سايت فحتبلش تطلع مثل ايقونة صغيرة تمام وبعدها ينكتب اسم المتجر يعني مثلا هلا اذا انت بتفتح بتكتب شو ويفاي دوت كوم بتلاقي بتطلع لك السلة الخضرة مع حرف الاس لا نحنا هيطلع عنا بمتجرنا اوكي انا هنعمل شو برند هاد اللون الاسود مع هاي الايقونة تمام هلا اخلصنا منا هنرجع على الثيم بس كانت هيا الفكر انا ما حبيت نعمل اول شي لحتى ما انساها هلا نصلنا على الجد تمام نحنا نصلنا هون هادا شكل المتجر تبعنا هيك هيكون وهذا هيكون المنتج تبعنا اوكي هلا شو هنعمل احنا اول شغلة هنروح نرجع نضغط هون ونروح على الكلرز واول شي تروح لهون تضغط هون وبتحط الكلرز الخاصة بالمتجر تبعك بعد ما اضفناها بتروح على التانية بتغيرها وبعدها بتروح على الاوتلاين كمان نفسي هتلاقيها هون اوكي نجاهزوا لك هلا شو صار محمد نحنا عنا هون متل ما لك شايف تقريبا بلشت الالوان تطلع بلشت البردقاني يطلع هلا نحنا شو هنعمل هنختار اللون التاني اللي هو اللون التكست هيكون اللون الاسود اوكي فانت هتطلع اللون الاسود من هون وحيكون البردقاني اللي عنا اللي هو اللون الابيض تمام؟ هلا ما بدين هاي اللوان نحنا اللي هنشتغله وبعدها هتشوف طبعا شايف هذا الشي اللي انتشتغل كله هيتغير بعد شوي حتى الالوان هنعمل شي تاني هلا ما بدين نعمل سيف ما هنغير شي تاني ابدا تمام؟ نرجع على السكشنز اوكي بالسكشنز نحنا اول شي هنعملو هنغير الشكل الموجود هون تمام؟ وهي الخلفية تبع المنتج هلا انا بنصحك انك كبداية تحط صورة لشخص اوكي بالجيم كمواقع مجانية في موقع اسمه الانسبلاش وفي موقع اسمه البيكسل تمام؟ البيكسلز عفوا البيكسلز هلا هدول الموقعين في كتة تروح عليهم تكتب جيم او مان او مان اون جيم او هاي الاساس كليادة فبطع لك شخص وعم يتدرب وهي اساس كليادة هلا اذا انت حابب تعمل شي اذا انت حابب تجيب محتوى مدفوع بتروح علي موقع اسمه الشتر ستوك موقع شتر ستوك كمان فيه تجيب صور حصرية تمام؟ طبعا هتدفع اهونيك للأسف ولكن المصحك انك تبدأ بالمحتوى مجاني مثلا هاي الصورة انا عجبناها من محتوى مجاني هلا هورجيك اياها هندخل على السلايد شو اول واحدة هنعمل سيلكت ايميج وانا هاي الصورة اللي انا انطقيتها او شي لقيتها ما عجبتني بعدها لقيتها يعني بعتقد هاي اتس كود هلا هاي السلايد شو فيك اتتعمل الهدن سايز اللي هو هاد وفينا نحن نعمله ميديوم وفينا نحن نعمله سمول هلا الموضوع بعود للك ولكن انا بحاول قد امكان نخلي الامور بسيطة تمام؟ وبعدها في عنا الشوب ناو البوتن لينك فورا بتروح على البرودكت هو ما في غيره هذا البرودكت تبعنا ومنضغط عليه تمام؟ هلا فيك تتعمل هذا الوتلاين بوتن اللي هيكون مفرغ وفيك تخليه بهذا الشكل كمان هذا الشي بعود لك كمان هو نفس الشي فيك وين نحن فينا نقفل مثلا انا بدي اها موجودة بالبوتن سنتر اوكي ليش او فين لا انا بدي الايد لسه انا بدي الايد تظهر اوكي انا بدي الايد او عروق الايد هاي تظهر بعدها كمان لسه ما نظهر خلينا نقول top left خلينا نشوف كيف هيكون الشكل لا خلينا نرجع لتحت اوكي اوكي هلا لسه تاخد كتير مكان انا بطلع لفوق الهيدن سايز بعتقد هذا الميديوم هتكون اكبر اوكي لا خلينا نرجع نفسه اوكي يعني مبدئيا خلينا نروح للموبايل حاول قد امكانك انت كل شوي تروح للموبايل حتى تشوف كيف صارت الامور شايفة موجودة تحت وهي الصورة تبعنا يعني تفرج هون الوان بلشت تطلع هذا براند مع ان الهوم بيج ما لا كتير مهمة بنسبة لي بنسبة لي البرودكت بيج رقم واحد ولكن انا بدي اعملك شي بحيث انك انت اي شخص دخل وكان في فرصة انه يشتري ولا واحد المية حتى زراحة الهوم بيج شاف كدش احترافي يشتري اوكي هنطلع من هون او قبل ما نطلع هنحاول نحن نجيب كلام بشكل تحفيزي لهذا الشخص او لهذا هنحاول نكتب كلام هون معبل بحيث انه الشخص يشوف انه بالفعل احنا عمل شي حلو هلا مبدئيا كتبنا هون شوية كلام معبل حتى انه الشخص يعني يعتبر انه داخل بالفعل على براند منظم فخينا نضغط هون على ديسكتو بحيث نشوف كيف كان صار الشكل بيرفكت تمام مثل ما قدتلك انا بهمني رقم واحد موبايل على الموبايل هلا اول شي انا بالنسبة لي انت فيك تعمل ثلاثة انا دائما بعمل فقط واحدة اوكي بكل متاج عندي موجود بس واحدة ما بحاول ضل تقلب تمام هلا شو شو هنعمل نجي لهون بعدها هنشيل image والتكست منزل تحت image والتكست هنشيلها 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 خلاص هنخلي المونتج اوكي هلا مبدئيا شايف هدا الشوكل انت اوكي تولى امكان محمد الشكل كتير بسيط لا لا الشكل هنشيل هاي تحت لحظة كمان بعتقل السفيلة هنشيل هاي لحد اوكي هنخلي بس اليميل ساين اوب بعتقد ما بقي شي تاني هون كمان في عنا اوكي نرجع خلينا نرجع وحول شي على الديسك لبعد شوف كيف صار شايف المونتج ولكن هلا هنغير هدا الشكل تمام بعتقد هاي collection كمان هنشيله اوكي مثل ماك شايف هلا مبدئيا في عنا الصورة وفي عنا بعدها سبسكرايب اوكي او شغل هنعمل سيف لحتى دائما كل خطوة اعمل سيف لحتى دونت مسيك اوت ولا شي هنروه لتحت ونعمل add section تمام هلا هون هننزل لتحت لحتى انلاقي ال product هنضيف ال product نضغط هون select product ما في عنا غير product واحد هنضيفه select شايف that's it ولكن شو نعمل احنا نرجع الورا نسحب لفوق اليميل تمام بحيز نرجع نسحبه مرة ثانية نرجع نسحبه مرة ثانية اوكي that's it تفرج على full screen تفرج هيك حيطلع الشكل هذا المنتج فقط ولا غير ما هتعمل شي تاني نعمل save لحتى نتأكد كل شي صار تمام ليش محمد انت ما عملت امج تكست وبعد امج يمين ويسار برحلة التست قدر الامكان حاول انك انت ضيعاتك تمام بما انه هذا المتجر نحن بدنا نعمل عليه بس تست وانت اساسا ما عندك محتوى سواء كان صورة او هيدا هيك رائع جدا اذا عملت هيك انت عملت عشرة من عشرة ما فدع يتضيف شي تاني تماما هكذا ستكون عامل شي مميز جدا هاي الشير ستضغط عليها لحتى ان تقوم بتدورة موجود الشير ستضغط على الشير اوكي نرجع نزيب بايتك شاف الشير اللي هون اوكي محمد لماذا عملت لدليت خلي الناس تشارك هذا المتجر خلي الناس يشوفوا اكت لا لا الشخص اللي هيدخل لهون هو داخل اللي يشتري مجرد ما عمل شير ما حيرجع لهون حتى لو عمل شير الشخص اللي يجوز يكون باله مهتم والتنينة تنسيوا والتنينة تنطلعوا لا لا كل شي انت بتجد اي شير هون نشيله محمد لا خليه نشيله اوكي خلص حيطلع هيك الشكل هلأ هننزل بس لتحت هنطلع من البرودكت هلأ شغلة مهمة اذا انت حاب انك تغير شي هون مثلا اذا انا بدي غير بدي شيل الاسم من هون انا ما بدي خليه تمام الاسم الصغير هاد انا ما بدي خليه لازم انا شيله كمان دلت تمام سيف اتلك بدي حاول قدر امكان يكون متجر كلين سيمبل بسيط سهل بألوان برند خلاص هيك الامور ستمشي هلأ شوف شو هنعمل هنرجع نروح لهون على البرودكت لازم نعدل شوي لازم نعمل شي احترافي اكتر هلأ الصور اللي طالع قدامنا هون كمان نفس الشي هضغط على هيئة اللي هون هضغط عليها ضغطة واحدة وعمل دلت انشال هذا اللي موجود اللي هون تمام هلأ حينشال هلأ تاكس انكلودد لا خليه تمام ما تشيله هي ابدا ليش لحتى خلاص يتطمن قبل ما يروح يعمل اتو كرت او قبل ما يطلع او انا بس حتفات 29 ما حينضاف عليه تاكسس او هي قصص تمام هلأ مثل ماك شايف هون نحن نعمل شي احترافي اكتر شو نعمل نحن ما نعمل نحن ما نحن 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 كنا دخلنا هون اوكي نجع ندخل لهون هلأ ندخل على البروداكت انفرميشن بعد منزل لتحت شوف شو هتعمل تضغط هون وبتحط الشو ثمب نيل ليش لأنه ببساطة حيطل عندك هلأ الشكل التالي بيعتاد اليوم انترنت ضعيف سوء شايف تفرج تغييرت الأمور 180 درجة تمام فهنا نحن نشيلها يلا لحتى ما تشوف هذا الأزرق تمام تفرج تفرج على هيك صفحة طبعا هذا مواله الشكل الأخير لسا هنعدل كمان نرجع نضغط هون شفنا شير هون وضغط عليها ضغطة بعمل دليت خلاص راحت ورجع بعمل سيف وين بتلاقي في شير حاول انك تلغيف تمام هلأ هلأ مبدئيا هذا الشكل الظاهر عنا تمام هاي شكل صفحة المنتج هون طبعا نحن نضيف الشحن ونضيف هاي الأزرق هلأ هنروح البيجز ونضيف كل هاي الشغلات خلينا بس نطلع بعتقد فيه شغلات نحن لازم نشيلها من هون طبعا حتى الأبس تكيس من شيل ريش تكيس من شيل ريش تكيس من شيل تمام هون من شيل بس بس بتخلي لي جاء حتى البرودكت لانو نحن معنا ببرودكت ستانية حنشيل تمام هون حنشيل الهاي لايتس انت شوف لالك شعر انا بالنسبة لي انا بنصحك انك تعمل هول اوكي بنصحك انك تعمل تحكي مثلا مسلا على هلأ 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 عملك ياه يفضل أن تكتب هذا الكلام بشكل منامق ولطيف بحيث أن الشخص بعدما نزل وشاف المنتج وشاف الأصص فهو هنا يجب أن نشيله لكن انا لم تضعت تمام لنحاول قدر الأمكان أن نجعل الأمور بسيطة هنا الـ Product وهي الأول سكشن هذا كل شيء علاء بالـ Product بعد الـ Apps هنا الشيء الذي ترى هنا يجب أن نشيل هذه الكتابة إذا لم ترى هذه الكتابة تضغط هنا ثم تظهر لك هذه الكتابة أنا لا أريد هذه الكتابة فأنا بشيلها تفرش كيف ترى الآن سنغير مثلا خليها Medium أنا أريد أن أرى Medium فأكبرها أكثر الآن سنرى أن هناك شغلات تغير هنا ولكن كبداية هنا ستبقى هذه الشغلات التي نحن لديها التي سنضيف الـ Shipping و الـ Returns سنضيف هذه الكتابة و الـ Q&A و كل شيء سنقوم بـ Save الآن دعنا نرى الشكل كيف طلع على الـ Desktop كيف صارت الأمور سنقوم بـ Full Screen تمام هذه صفحة المنتج تمام أنا لم أعدت الأمور أبدا سنقوم بـ هنا الزرق هنا الآن سنغير الآن هنا حاولنا كما ترى الأمور بسيطة سهلة حلوة سمبل هناك كتابة تحت كما ترى ننزل هناك كتابة لطيفة Good Good Mobile نصل على فوق نتفرج الآن إذا أنت الصور حسيت أنه في شيء غلط حسيت أنه أنا لازم أغير شيء فأنت فيك تضغط هنا وتنزل لتحت مثلا مبدئيا صار عنا الشكل يعني تقريبا الشبه نيائي يعني 90% لسه في عنا شغلات سنعملها ثانية ولكن شايف الألوان شايف السيل طبعا هذا السعر بالنسبة للي إذا أريد أن أريد 39 فورا لماذا؟ لأنه تفرج كيف تظهر الشكل عننا إذا أردنا على الصفحة المنتج الأولى تفرج الشخص أول ما يدخل سيشوف تمام مثل ما لك شايف هناك شرع نسيقناها التي هي ستضغط فوق و ترجع و ترجع و تدخل هنا نحن لا نحن 50 50 فكتب تعمل كتابة بسيطة 50 بالمية نحن 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 لدينا 50% لدينا احتمال يجيب بكرة لا يجد السعر لدينا 59 فهذا الشيء يجعل الشخص يسرع لحتى يقوم المرحلة هذه المرحلة المبدئيا خلصنا منها خلصنا خلصنا بشكل 50 أو 60% مبدئيا من نحن نروح على هنا سنضيف الفوتر و المين انا كرمال لا يطول الفيديو كثير سنعرض بالضبط لحتى انت تعمل هذه الخطوات تذهب على البيجيز اوكي وبعدها من هون فيك تعمل اد بيج هلأ اول واحدة انت هتعملها اللي هي الف اي كيو خلينا نفتح الف اي كيو الف اي كيو ببساطة انك انت تشرح للعميل عن مواصفات المنتج تبعك او هل انا فيني استخدم كل شيء العلاق بالمنتج فيك انت تحكي عليه باسئلة واجوبة اوكي الاسئلة الاكتر متكررة اكتر عن هذا المنتج تمام هلأ انت احتمال تعمل هذا المنتج احنا تعمل المنتج تاني فانا ما حضيف الف اي كيو حضيف من الف اي كيو بس الشبنج اوكي بالنسبة للشبنج مهم جدا انك انت تضيفه تمام بال الف اي كيو لانه احتمال يكون شخص بال الف اي كيو بديعه بس مدة الشحن تمام انا شفت كثير متاجر اوكي حاكينا عن المنتج الف اي كيو ولكن ما احدا جايب سيرت الشحن فميك شور لما انت تعمل الف اي كيو يكون موجود فيهم مدة الشحن لحتى الشخص ما يطعب هلأ هاي اول بيج ان نحنا عملناها بعدها منيجي على الشبنج اللي حتكون فيها تقريبا نفس الكلام اللي هو مكتوب ولكن هلأ حقلك شي جدا مهم لازم انت تعرف مبدئيا الناس اللي بتشحن منتجات ثلاثة او من واحد الاربعة بيزنس داي اذا الشخص اشتراها يوم الجمعة ثبت واحد مانهم محسوبين اوكي فهذا الموضوع جدا بس بالبروسسنج تايم شو البروسسنج تايم البروسسنج تايم اللي هو انه انه يغلفوا الطلبية قبل الشحن مرحلت ما قبل الشحن انه هن يجيبوا الطلبية ويغلفوها وبعدها بيشحنوها هلأ مرحلت الشحن هاد الرقم انت كبداية انا بعتقد صعب انت تجيبه انت احتمال تجيب رقم من 6 الى 12 يوم خلينا نقول من 6 الى 12 يوم بيزنس داي محمد كيف تنصحني بالنسبة للشحن بالنسبة للاجنت انا حلم كيف الاجنت وحل لك مشكلة الاجنت كلها موضوع الاجنت انساء هلأ لقدام سنحكي فيه ولكن بالنسبة لالشي لازم تعرفوا عن الاجنت الاجنت في عندهم شي اسمه في اي بي ستور وفي عندهم البيزيك ستور ماذا يعني محمد العمكي اول مرة تسمعه انا متأكد انك انت اول مرة تسمعه لانه هذا الكلام للامانة حيئة ولازم انت تعرفه سواء اذا كنت عم تشتغل مع ايجنت قوي جدا او انت عم تشتغل مع ايجنت جدا عادي او ضعيف فبكل الحالتين او هدول الناس اذا كانوا الافضل اذا كانوا الاسوء هعملوك بنفس الطريقة شو يعني محمد ذلك الكلام يعني انا اذا كنت شخص عندي متجر وهذا المتجر شغال بشكل يومي بيجيب خمسين ستين سبعين مبيعه اوكي انا بالنسبة لهذا الناس انا انا في اي بي شو يعني محمد في اي بي يعني بروسسنج تايم البروسسنج تايم فترة تحضير المنتج زيرو ماكسيوم اوكي حتى بالعطل بيشتغلك حتى بالعطل بروح وبيعمل لك بيعمل لك بيعمل لك بيعمل الوردر وبيشحنه اوكي يعني مثلا انت عم تبيع هذا الرقم سبب احد او معنا مشكلة بيجهزهم 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 للشحن بيجيوم التانين بيشيلوا شركة الشحن تشيلهم فورا هذا الرقم تبيع كل يوم يعني رقم كبير من الوردرز احتمال يوصل هذا اليوم من ثلاثة طبعا بالنسبة للكونتري يعني هذا بيعتمد كمان على الكونتري اللي هو عمش حالة اذا كانت قريبة او البعيدة مثل مثال بالنسبة للشحن يعني احتمال يوصل للشحن من خمسة لسبعة ايام اوكي ماكس ماكس سبعة ايام تمام ولكن هذا الموضوع يعني تصور العميلي فكر انه اجته القطعة من قلب اليوكي يعني ما اجته من الصين هلا الشغلة الثانية انه طبعا حتى كمان احتمال شب شب يعمل السبلاير عندما تنسى عندك اردرز عالي هو احتمال كمان اشتري الاستوك ويكون عنده ويرهاوس باليوكي ويشحم اليوكي بيومين تمام هاي كمان كتير او يقول لك او كمان انت بيع كلمة 560 ماهو لك نجيب ستوك ونضعه بالويرهاوس عندي في فور وفري طبعا الويرهاوس ليك لك ايجنت اذا انت تحط البرودكتس وعن بيع بشكل قوي الويرهاوس فور وفري مو يعني انت انت ويحط لك منتجاتك عنده لا تدفعه للأجار لأجار المكان هذه المعلومات انت تسمع اول مرة ولكن الناس الشغالين بالدرب شفينج وعندهم خبرة بيعرفوا هذا الكلام صح حسنا محمد انا كبداية كيف سيعاملوني سيعاملوك كشخص يمكن ان يبيع كل يوم مبيعتين ثلاثة خمسة ولكن طالما انت تحت العشر ستبيع سيكون من 1 الى 3 الى 3 الى 6 الى 12 يوم احتمال من 6 الى 14 يوم ولكن اذا تبدأ اكثر من 10 منتجات بشكل يومي ستتغير معك الديو 180 درجة ستكون من 1 الى 2 يوم وبعدها سيكون من 5 ايام لما انت يحدود ل 10 ايام احتمال الى 12 يوم بس لما تبدأ تبيع ارقام كبير هذا الرقم ينزل ينزل يصير 9 وبعدها احتمال ينتقل الويرهاوس لاليو كي مثلا نحن نحكيه ينتقل الى اليو كي واحتمال هذا الرقم يصير 6 وبعدها يصير من 1 الى 6 ايام وبعدها يصير من 1 الى 3 ايام كيف حمد 1 الى 3 ايام؟ يعني معنى انت الستوك تبعك موجود باليو كي من 1 الى 3 ايام ماكس اوكي وما في داعي بزنس داي بس من 1 الى 3 ايام دايز اوكي؟ تصور الموضوع كيف يختلف ١٨٨ درجي نحن هذا الكلام الل gossip وهناست قادم았م لكنهي نتكتر نحن واسق لانs تصل الى هذا الكلام لانه عند تصلح الى تصل الى هذا الكلام انت بحاجة الى هذا الكلام فانا محتر Twin نحن خليسة الى الكلام حتى تصل الى هاتا المكان ت intentions with this لانها احفن الطريقة وهذهب حسن tort نخسنا منت manage نقطة جيد dzi هي كثير 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 مهمة وهذا السر لازم انت تعرفه وهذا السر او بيرفع لك مبيعاتك او بيرفع لك مبيعاتك او ينزل لك مبيعاتك اللي هو اغلب الناس وتلي عملوا تستنج للبرودكت شو بيعمل هو فهو بيحاول ان هو يستهدف كثير دول فبيحط مثلا كاني من Она المخلق السر , فبليها كانت نسمعب للربودة من 9 اللي هو من 12 يوم عبر 4 . الانم جيد من الهاتف ربما هو كتب ما بلاكاتب هو مجرد المتجر يعطي مع الاتفضله اوinessBER Dansadlogورام ، ماذا مهمل هو من هذا فهو مجرد في هذا التفاصل Limited لماذا ؟ لأن هذا الشخص كاتب لي ورد وايد ومعناته أنه ليس حمصي نحتمال أنه هو نفسه عليكس بريس أو يكون سبلاير عليكس بريس عم يبيعنا فبطل الشتريم عندك أنت هنا خسرت زبون الشغلة الثانية إذا أنا أريد أن أبيع بكذا بلد ننفض أن أبيع بـ 4 بيك كونتريز United Kingdom, Australia, Canada, America فأنا مطلوب مني أن أضع كل بلد وضع بالتفصيل أديش مدة الشحن لكل بلد لا تكتب Worldwide هذه الكلمة نساها لأن هذه الكلمة صارت معروفة عن الكل حتى الزباين صار يعرفوا أن الكلمة Worldwide حتى لا تكتبها لأن هذه الكلمة صارت مكشوفة Worldwide لا تجرسيني على البيع على الإكس بريس أنا أبيع بلد واحد وأضع بس البلد الذي أبيع فيه لماذا أضع بس هذا البلد؟ لأن شخص يفوت ويشوف بس البلد بس أنت استهدفت بريطانيا ومكتوب هنا محطوط علم بريطانيا أو مكتوب UK shipping من 9 إلى 15 يوم سيتطمن حسنا هذا المتجر موجود ببلدي وأنا سعيدة كثيرا أن أشتري منه لأنه هو يعطيني shipping free فهمت كيف تغيرت الأمور؟ فهمت كيف نحن حطينا حالنا مكان العميل وفكرنا بطريقته هو وكيف وصلنا لنا جواب هاي اللي بدي منك بكل هذا المجال بكل تفصيلة تدخل وتسأل حالك أسئلة وتعطي حالك مكان العميل وتعطي حالك مكان الشخص اللي عم يشوفه في الفيديو تبع التسويق كل شيء بكل تفصيل تدخل وتجرب نفسك أنت كمشتري تمام؟ ليس فكرة أنه نحن لم أجدنا ببيعات فنحن نحلل لم أجدنا ببيعات وهذا أحد أكبر الأسباب اللي لا يجب لك مبيعات فهذه الكلمة نشيلها فوراً مثلاً أنا بدي بيع باليوكي مثلاً وفينا نحط يوكي وفينا نحط العلم تبع الوكي عن طريق الإيموجيز الموجين يفوق تمام؟ وتعمل سيف هلأ هنروح على اللي بعدها بعد الشيبنج في عنا نحن بعتقد كانت الشيبنج والفاكيوز شفناهن بعد الابوت اس هلأ بالنسبة للابوت اس أتمنى منك انك انت تحكي قصة عن متجرك ما فيني انا اكتب قصتك انت ما فيني اكتب قصة شخص تاني كل شخص يكتب قصة المتجر ولو 3 اربعة سطور ما عرفت ما لك شاطر من إجليزي يمكنك تشوف المتاجر التانية وتعمل شيء قريب منه ما تقعد يومين ثلاثة على هذا الموضوع هذا الموضوع يجب من ماكس عشر داية هلأ بعدها بيجي الكنتاكت اس بعدها بيجي الريتن بوليسي وهون بيجي التراك بيجي الريتن بوليسي اتمنى انك انت يكون عندك على الاقل ثلاثة يوم و 14 يوم التغت هذه الموضوع هذه الموضوع ثلاثة يوم على الاقل ولكن تتأكد من منتجك رائع والناس مبسوطين وبلغ يضع لك 5 ريفيوز والدنيا ماشية فورم تحوله لستين يوم لماذا ستين يوم؟ لان كل المتاجر الثلاثة ولكن انت للستين انا اتفوقت على المتاجر الثاني صار في عندك انت هون ضمان اكبر هلأ هون هون انت شو هتعمل هتضيف شي تراك ماي اوردر هلأ الشي المعروف بالتراك ماي اوردر انه الناس بتنزل تطبيق احتما يكلفه 7 دولار 10 دولار 15 دولار بالشهر حتى هنان يقدروا يخلوا هدول الاشخاص يعملوا حتى يخلوا المشترين يعملوا تراكينج لالوردر ولكن انا اليوم جدت لك بحل مجاني 100% ببساطة اول شي نحن نضغط هون اول شي بتكتب انت تراك ماي اوردر ستكون عندك انت هيك هون فاضي اوكي تضغط هون هون سيكون عندك فاضي هذا الكلام اللي شايفه هون بتروح لعندي على التليجرام وتلاقي برسالة مسبتة شباب وصبايا رسائل الموردين رسائل المؤثرين وهذا الشي اللي انت شايفه قدامك هون سيطلع لك تراكينج تراكي اوردر وين ستلاقي يا محمد بالتليجرام لا يسألني عن الرسائل بالانستجرام لانه انا ما فيني ارجع انسخها وابعتها لكل شخص لوحدهم فانا بسبت الرسالة بالتليجرام وانت فيك تدخل باي وقت انت حابب وتاخد هاي الرسالة اوكي انتهينا هذا الموضوع بعد ما انت تاخدها كوبي بتجي لهون ما بتحطها هون اوه ما حتش تغل معك بتضغط هون بتعمل بست هون يعني تعمل نسق بعد ما بتضغط هون بيطلع لك هذا الشكل بيحط الشخص الايميل هون وعفوا ان التراكينج نمبر هون بيعمل تراك ويروح فورا على الموقع ثاني وبيورجيه هون فيه لأي شحنة تبعه بيعمل هذا الوقت بيعمل فولو للتراكينج نمبر اوكي خلصنا من هذا الموضوع تمام؟ هلا بيعمل ما نحن عملناهم كلها تمروح على شي اسمه تمام؟ هون بالنفيكيشن انت هتعمل مثلي بالزبط فوق بالمين منيو شو هي محمل مين منيو اللي هتطلع فوق بالمتجر تبعك تمام؟ يعني الكتابات هتطلع فوق فانت هون هتضيف اول شي للمنتج تبعك تمام؟ هتطلع هون هتطلع هون هتطلع هون هتطلع هلأ اوشي هتطلع المنتج تبعك بعد هتطلع فاكيوز بس نحط الريتيرن بوليسي نحط الريتيرن بوليسي نحط الريتيرن بوليسي أكثر من هكذا تزيد غير هكذا تعمل أبدا حتى لو لغيت هاي خلي هذول ثلاثة و لكن هاي مهمة بعد بتيجي الفوتل منيو هلأ الفوتر مينيو هين الفوتر مينيو اللي بيجو آخر شي تحت بالأخير سيرش سيرش أنا ما عندي غير منتج واحد في نعمل دلت اوكي سيرش بس ما عد فينا نعمل شي تاني أبدا هلأ بدنا نروح على غرفة العمليات مرة تانية اللي هي الانلاين ستور حتى نعمل شي جدا نحن لما نطلع خارج الصندوق نحن نكسر الصندوق كلياته هلأ هنعمل شي مجنون فعلا أنا شفت كانوا حوالي اثنين او ثلاثة متاجر تانين عم بيقوا نفس هذا المنتج هلأ انت لما تبيع حيصيره بعتقد عشرين ثلاثين انوي ولكن هلأ شوف شو هنعمل هلأ هذا المتجر تابعنا هدول نحن نرجو تحت حطينا اللوغو كمان تحت اوكي و هون اذا منضغط هون شايف هذا المنتج تابعنا هون هون كل شي نحن بدنا هلأ هون كتبنا كتابة بسيطة عن المنتج تابعنا بعد شوبناو مننزل تحت بس بتلاقي سبسكرايب طبعا هون الموضوع أنا مبدئا هذه احترافة احترافة المتاجر الثاني نعم احترافي هذا 10 من 10 بالنسبة للمتاجر الثاني ولكن بالنسبة للمتاجر الثاني 10 من 10 لكن ليس بالنسبة للي انا بدي اخرج الصندوق فانا شو ها اعمل هون ها اضغط ها اضغط اروح الكلور تمام اول شي ها اعمله ها اروح التكست اعمل لون ابيض ها اتش كريزي محمد انت بلست خربت المتاجر اوكي نطور عليه شوي ها اروح البركراون هون ونعمل لون اسود ونعمل سيف اوكي محمد هلا انت خربت الدنيا كلها طلع كيف صار بلشنا انا زعت كل شي كل شي نحنا اعملنا انت زع شوف شو ها اعمل هلا هنرجع محل ماكنا بالسكشنز اوكي بعدها هنروح لسلايد شو هنضغط هون هلا بتطلع الصورة هون بعد ننزل لتحت هون هندور على شي مهم جدا اللي هو الكلور اوكي فانحنا اللي موجود عنا اما احنا خربنا كل شي هلا هنبدأ ونبحث هون نضغط هون اكسيت هون ليك فيك تخليها هاي حلوة بس بالنسبة لي لا هنغيرها مرة تانية هتطلع هاي نفسها روح البركراوند وان انا هاي اللي بديها فرج حلوة بس محلونا انت لسا منزوع على الامور كلها هده هون وش يعمل سيف لحتى ما اننسى بعدها هنرجع لهون ونروح الهدر اوكي بعدها نروح الكلور اللي هون تمام نضغط باكراوند هذا بعتقدت كمان لون ابيض باكراوند وان خلينا نحفظها باكراوند وان هي لون اسود تفرج كيف صارت تفرج 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 اوكي هون في غلط ننزل لتحت خلينا نضغط هون حتى نضغر على الهدر نرجع ننزل لتحت على الفوتر سوري اوكي ننزل لهم باكراوند وان تفرج 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 شفت كيف نحنا انتقلنا من انت بالبداية حسيت انه محمد نزع كل شيء ولكن نحنا هلأ شو عملنا لك كل متاجر تسعة وتسعين بالمية مننا او تلاقي ايه ابيض واسود ولون ثالث اوكي لا هلأ انا بالبداية قلت لك ان انا هعمل ابيض واسود ولون ثالث بس انت او انا بيانت لك وانا عم ابني المتجر انه هتكون الاسود اللي هو التكست كولر اوكي فلكن انا لأ نحنا عكسنا الامور نحنا سوينا الاسود اوكي 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 والاشخاص الجيم انا حكيت عنهم قبل شوي ولكن ما وضحت لك بزبط اوكي انه الناس اللي بيروح الجيم هو جمهور مميز اوكي هدول الناس بيحبوا الطاقة يعني بتحسوا عضلات ومعشيه تمام تقفت هدول الناس بحبوا يتدربوا فهدول الناس لحتى انت تجذبن وانت انا متأكد اذا بتحطس المتج تسعة وتلاتين بيشتروا فورا انه هنا نشوف وهيك متجر تمام خلينا نروح على الموبايل لحتى تشوف كيف طلع الشكل تفرج 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 شفت موضوع جدا بسيط ولكن بيحتاج بس شوي انك انت تعطي يعني تعطي اهمية شوي وتحاول انك انت تتميز تمام نحنا تميزنا اخي نعمل سيف اعتقد انا اذا عملت سيف احسن ما حتى ما يضيع معنا شي اوكي هلأ عملنا سيف كيف هاي صفحة المنتج دعي ولكن دعنا نروح هلأ لين على البرودكت بيش انا بيشوف صفحة البرودكت هل نفس الشي احترافية نعم تفرج 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 كيف تغير 180 درجة تفرج كيف نقلنا هذا المنتج لمكان تاني تماما هلأ هون اوكي في عنا مشكلة هون فانا شو ما اضغط هون مثلا انا موقع في مكان اخي نقول باكراوند اوكي فانا بنزل وبحث عن باكراوند اوكي باعتقد هون هنضغط و هندور على شي اسمه color هاي الكلور باكراوند 2 باكراوند باكراوند كيف صارت شفت that's it هاي هي الامور كله عملناها بشكل سيمبل بسيط سهل خلينا نشوف صفحة المنتج تبعنا بالدسكتوب او بالفول سكرين فول سكرين تفرج لا تقنعني انه هيجي مؤثر و مايرضى يشتغل مع هكي متجر تمام طبعا هون هلأ هنعدل هون لسه ما عدلنا تمام هون كتبت بس انا كتابة بسيطة عن بحيث ان هن نجده بهذا الناس ولكن هون نضع الشبينج تايم وفينا نضع وفينا نضع وفينا نضع وفينا نضع هلا سنعملها بعد شوية ولكن بداية نتقنعني انك انت وتكون عامل هكي متجر احترافي وترجع وتسأل ليش ما عم يشتغل معي المؤثر بصراحة لحتى المؤثر يشتغل معك لازم انت تعمل شي احترافي وهذا رقم واحد يعني هذا واحد من عشرة من الأشياء التي ستعملها احترافية المتجر جدا مهم المتجر متل ماك شايف تعمدت انا انه اهتم بكل التفاصيل الصغيرة لحتى انا اوصل لا يعني لا احسن شي هلا بدي يا منك بليز 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 ما تعمل كوي بيس ليش ليش هل يا ترى انا بدي ابخل عليك بهذا المتجر اكيد لا ولكن اتصور انا متأكد ولا مية ولا ميتين ولا ثلاثمائة شخص حينسخوا هذا المتجر لذلك انت ستكون مكرر فنصيحتي لك بعد ما انت شفت هذا المتجر تطلع بشي جديد بصراحة حتى انت ما تخسر لا تجي تعمل نفس هذا المتجر حال فيهم انت بعت لي تقول لي اوكي محمد ليش انا ما بعت لانه صديقي مو بس انت عملت نفس هذا المتجر فيه 300 شخص تاني او 500 شخص او 1000 شخص تاني عملوا كوبي بيست تمام فيه ناس ما تحب تعذب حاله بتحب دغري تنقل كل شي وتعمل هي لا عنجد تحاول انك انت تتميز لسه اكتب نك لانا عملت بعتقد انه عملت 10 من 10 بالنسبة لي هذا المتجر ولكن مو غلط انك انت تعمل شي تاني حتى لو كان 9 من 10 ولكن كمان ليش احترافي بس انت هنا طلعت من يعني انت ما عملت كوبي بيست تمام هلا انحنا شوف اللون فيهم في عنا مشكلة شايف دائما انت عم تبحث دائما دور على المشاكل اللي بي ما تجارك مثلا انا هون شو مشكلة محمد انت لواجهتها هون انا هاقلك تفرج شايفو ما في مسافة شو عملت انا هون شايف صارت الامور احلى برجع مثلا انا هذا اللون ما له عاجبني حاول نحاول لون شي تاني ابيض لا ما يشتغل نحن فقط ايجب ان نحن نجد اونس لان مشكلة اللون الورنج ولكن لا انا ابدأ لون الورنج انا احبت كتير اللون الورنج وريد ان لون الورنج أكتى انتظر لها اسود لازم نتنوع شوي ايجب ان نسي العدد هذا ايجب ان هذا ايجب ان هذا او ايجب ان نجد نجد لهن على اي مل رهن هون منشيل هون منكتب مثلا عشرين ونعمل هون عشرين بالمئة او سوري لحتى تحمسوا اكتر عشرة نكتب بس باحرف صغيرة ونكتب فور يور مثلا الفيرست او دور مثلا اوكي صارت كبيرة محمد بلشتنا لا ما نزغر شاهد هذا الكلام الي هوقنا ما بديها اقوم بتعود فاقه مكان ثاني تماما نحذر الزرقه Als نلقي النظره الى الاخير دعنا نبدأ بيزورة من هنا منجل یہا سيسرح اننحي كل الان ولكن هنا هنا مشاكل اخرى وهي Add to Cart اذا اود اضغط Add to Cart بإدخالك الاجتماعي ولكن اضغط buy now سيأخذني على شيء اسمه check out سيصل هنا سيطلع فبرا بعد ما شاف كل شيء احترافي بعد ما شاف هذا الشيء اللي هون سيطلع فبرا سنضغط على setting ونبلش نعدل هلأ هون سنذهب على شيء اسمه check out لقى وننزل الى تحت هون شو سنضيف نضيف اللوغو هذا اللوغو اللي انت ستضيفه نعمل add بعد هون هنخلي center logo size large هون background color هنخليه اسود text color هون هنغير هلأ هون هنغير هلأ اوكي انظر على هذا يعني مبدئيا مرش الامر تنحل هون شو نشيل نحن الازرق هاد نعمل orange نرجع نضغط على هاد نعمل orange look at this كيف تغير 180 درجة هلأ بالنسبة للوغو اذا بقي معك لسه صغير بدك ترجع تحاول تروح على canva وتكبر وترجع تجيب تمام؟ هلأ أنا ما هنشتغل هون شايف عملنا large ولكن still ولكن هلأ لسه نروح لهون يعني لسه صغير تمام؟ فما استفدنا الشي لازم نعمل logo تاني هلأ ما هنغيره أنا لحتى ما يطول الفيديو نعمل save فورا تمام؟ شايف هاي الصفحة لكيف صارت؟ غيرت 180 درجة خير نروح على الموبايل نحن الناس يجيون على طريق الموبايل هلأ هنرجع نروح على صفحة تاني هنروح لتحت الأخير نروح على setting وبعدها ما نروح على شي اسمه نفيكيشنز هون هنعمل custom white email template add image هنروح نحط نكبس هيك بعدها هنروح لهون colors هنشيل هاد هنروح نجيب اللون تابعنا خير نفترض ان هذا اللون تابعنا كان اوكي يعني بشكل قريب منها اوكي هذا هو تمام save خير نشوف كيف صارت الأمور هلأ اللوغو يمكننا نكبره كمان تمام where is my logo اوكي هلأ هنصار في مشكلة لانه نحن عنا background لونه أبيض وهي background للأسف ما حتتغير اوكي يمكننا نكبر ولكن مثل ما شايف لسه ما حيظهر فينا نعمل change حتى لو استخدمنا هذا هتكون المشكلة هي نفسه مثل ما شايف لازم نعمل save حيعمل update حيطلع شي تاني لا it's still bad حتى لو ظهرنا it's still bad شايف ما نحترف عنا شو ما نعمل نحن من الروح ومنعدل ألوان اللوغو تابعنا من اللون الأبيض لللون الأسود وبس بعدها بتعمل save هاي الحركة جدا مهمة هاي الحركة يعملها فورا اوكي حتى نضمن الشخص يشتري مرة ثانية وثلاثة ورابعة لانه خلاص ويعرف حاله انه هلا هو عم يشتغل مع brand احترافي تمام هلا هنضغط على العين اللي هون حتى نشوف النتيجة النهائية تمام النتيجة النهائية تبع المتجر تبعنا تفرج تفرج على اللون تفرج على background ايميل هلا هي الايميل فيك تتعرضها شوي اكتر بعضها صغيرة فينا نحن نعرضها بشكل اكبر ولكن متل ما قلت لك انا ما بيهمني كتير لانه نحن عم نشتغل يعني على الموبايل فقط هون اي كيو وبعدها هون تسبتك بس اول ضغطها بياخدنا على صفحة هذا المنتج الرائع جدا 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 شايف الصور اللي هون شايف هون شايف هون كل الامور صارت هلا قدامك واضحة هلا مبدئيا هون ما عاد بدنا نحن نغيط شي ابدا لا عفوا لسه في شي جدا هون هي نسينا همشي اللي هو الابس اللي انت حتضيفهم هلا مبدئيا الابس اللي انت حتضيفهم اللي هو تمام خلينا نفتحه لحتى تشوف كيف بيشتغل لازم انا علمك كيف هذا بيشتغل بالظبط هلا مبدئيا مثل ماك شايف هون بعدين هون الستاتوس سيتنج بالنسبة للسيتنج اول شي لازم تعمله هون انك انت تروح وتعمل شي اسمه كوستومايز اوكي شو الكوستومايز محمد يعني مثلا تروح على الريفيو واجت اوكي هون بدك تعدل شي جدا مهم خلينا نزلها تحت هون كانت مثل ماك شايف الالوان هون هذا اللون اللي اننا مستخد منه ولكن هذا اللون ما فيني انا خليه بالمتجر تبعي لازم هذا اللون يتغير فشو هنعمل نحن هنضغط هون هنشيل هذا اللون ونروح نجيب لون متجر تبعنا تمام ونخليه هذا اللون انا لم تتذكر شو كان لون متجر خلينا نروح دور عليه وارجع هنشيل هذا اللون ونحط كونترول في مثلا ماك شايف محمد هلأ تغيرت الوان النجوب طبعا هاي الخطة مجانية اوكي قلت لك انا نجيب نعمل كل شي مجاني تغيرت الوان هلأ الستارز الستار كولر أو الكولر روجت اللي هون لاللون البرداني نعم تمام هاي الخطة جدا هون تغيرت الوان بالنسبة بالنسبة للرفيوز كونه منتج جديد خلينا نروح على الالكس بريس لحتى ورجيك ما فيه غير عشرة رفيوز ولكن عشرة رفيوز كلاهاته مثل ماك شايف ما فيه ابدا بس بس هيك تمام هلا قدامك طريقين او انك انت تشتغل بدون رفيوز تعمل رفيوز انت تكاستومايز وبعدها تنزل وتعمل تمام وتدت تنزل لهون وتضيف تنزل تعمور حتى ورجيك كيف تعمل تعمل تشتغل 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 تضغط هنا في اول وحدة تضيف تكتب كتابة تشتغل تشتغل بهذا الشكل كما ترى تشتغل حسيت ان شكلهم تحت بعض غريب هذا التشتغل تضغط هنا تشتغل مثلا تقول مثلا مثلا نقول زائد مثلا 1000 plus 10 1000 أو 1000 أحب تكتب مثلا تكتب مثلا ترجع هنا تضيف تضيف نقوم مستخدم بشكل من نقوم كيف حصل تضغط فل تضيف نقوم باعتماد من نقوم تغير لا تضيف الوضع نقوم نقوم بتأكد التجربة الآن نقوم بإمكاننا نغير الألوان لأنها تحدثت مثل تريد أن تكون هذه ولكن يمكن أن تقوم بتأكد النون الأسود نقوم بتأكد النون الأسود نقوم بتأكد البناء نقوم بتأكد النون نقوم بتأكد الن ساعة ثم تهيب نرى ما تحدث لا تطلب التحديد صفحة لا واحد اثنين ثلاثة وهو بتعبيك الكلام انت بالدكية وفيك انت تعمل شغلات ثانية انت تحبه ولكن مكسور بتعمل كل شيء مثل ما شفته بالظبط لا تعمل شيء ثاني او تخليها بالطول لا هيك بديها تطلع سوايب يعني هون بيضغط هيك بيضغط هيك شايف لكيف صار الشكل شو المشكلة هي تحت الايميل نمسك هون تطلع هاي ترفع فوق الايميل تفرج صارت فوق الايميل كان هذا المنتج وبعدها تحط صور اشخاص مثلا وتغير هذا الكلام فتطلع صور الشخص وتطلع كلام وترجع اللي قبله نفس الشي وتعمل سيف انا بالنسبة لقلي اليك لك شغلية اذا انت مالك حابب كل يوم تعمل اوبديت للريفيوز كذا بتنقي اقوى ثلاثة ريفيوز يكونوا قويين جدا وتضيفه هون ونقوم بس هون تذهب الى البروديكت بيج هون تنزل لتحت وتعمل هون جديد تمام؟ تقول لي محمد ما رأيك هذا بما انه لسه ما فيه كنتت أبدا وانت المنتج ماله عندك ابدأ بهذه الطريقة ولكن اذا انت طبعا سبب كمان انه حتى على الاليكس بريس ما فيه رفيوز وحتى بالامازون ما فيه رفيوز وتعرف انت شفنا نحن المنتج سوا فشو هتعمل هاي طريقة حتى تجرجمي هذك الوقت الغي حتى نرجع الى الابس حتى تقل لك شو ضغط ضيف كمان حتى نرجع الى الابس انتهينا من مشكلة الرفيوز الكلافيو جدا مهم هناك عدد معين من الابس ولكن بكرا ستعمل الريتارجتنج وهي الاساس كل هذا هون هاد البر حتى ندخل عليه هاد ستطلع مثل ستيكي بار تحت او مثل شريط تحت انه خمس داق وينتهي العرض طبعا هذا مجاني طبعا هذا مجاني فيك انت تدخل عليه وتعدل من هون هون نحن بنا نعدل بعتقد خلينا نشوف هون محطوط بعتقد انا شغلته هنطفي ورجع نشغله هون انت ما هتغير شي ننزل لتحت ليس بالنزل هون وسوف تعمل من البيتار النزل تمام يجب أن تجعلها تحت كارت بطن وبعدها هنا تغيير الألوان كلها وتختار لون هذه مجانية وهناك مجانية فهناك مجانية بداية تتعلم الوضع ثم تتعلم الوضع يجب أن تتعلم الوضع خلال 30% خلال 2 جانب 50% خلال 3 جانب 60% ثم يجب أن تجعل تحت كارت من الأجل ترى التجار المتجر وهذه كلها هناك الكثير من الأعلى ولكن حاول قدر الإمكان لكي شغالي حاول قدر الإمكان لكي شغالي مثلاً الكلافيو السم اس السم اس وكما ستضيف مثلاً أنت تشتغل عن طريق الديسيرز ضيف الديسيرز أو أنت تشتغل عن طريق الاجينت الاجينت سيعطيك هذا الوقت الابس وانت تضيف عنده حتى تعمل فلفلمنت وضيف الجودشمي اللي قلت لك عليه هلأ شفته وكما ستضيف الديكتوك إذا أنت تضيف البيكسل وحضيف الفيسبوك إذا أنت تضيف البيكسل تبع الفيسبوك وحضيف الانستافيد إذا أنت كان صار في عندك كونتنت وحطيت الكونتنت هذا بالهوم بيش كانت نهاية مرحلة بناء المتجر بتمنى تكون عجبتك وأنا واثق بتمنى منك أنك تفكر مثل ما أنا فكرت بهذا المتجر وعملته بكل بساطة وعملت كل شي احترافي لأنه بالفعل هذا المنتج بيستاهل وهيك متجر هذا المتجر أسهل شيء أنه يعملوا أنه يطالع عشر تلاف دولار بالشهر لأنه معمول بطريقة احترافية جدا وانا ما تقول عشر تلاف على الأقل أنا دائما باخد أقل الاحتمالات هيك متجر بيوصل لأرقام كتير كبيرة تمام؟ ليش؟ لأنه معمول بطريقة كتير احترافية والمنتج اللي فيه رائع جدا تخيل أنك أنت تبيع هذا المنتج أو تعمل ديل مع انفلونسر بيوم واحد واحتمال أنك تجيب أرقام كبيرة جدا بخاصة إذا كان بايت بروموشن يعني إذا أنت عملت هذا الديل مع شخص هو مشهور وعنده عالي فصدقني اليوم هذا سيكون أحلى يوم بعمرك إذا أنت تعمل ديل قوي بهيك متجر شفت أنت متعبنا كتير كان موضوع كتير سهل هل أنت ممكن إذا أنك لست جديد ستتعذب بالبداية ولكن بعتقد الأمور ستكون سهلة بس هاي الفكرة اللي نحن بلنا عليها هذا المتجر مبدئياً نحن وصلنا لقسم أنه نحن كيف نحن نصمم إعلان للمنتج تبعنا سواء كان عن الفيسبوك أو عن تيك توك هلأ بالنسبة للفيسبوك كرمال أنا ما يضيع الوقت ونحن نستثمر الوقت حتى نحن نطلق المنتج تبعنا أنا مبدئياً إذا أنت حابب تطلق عن طريق الفيسبوك فبالكورس الأول اللي أنا عملته من سنة تقريباً حاكي بالضبط كيف فينا نحن نعمل فيديو احترافي جداً على الفيسبوك فإذا أنت كنت حابب تبيع عن طريق أو تعمل إعلان للفيسبوك بطريقتك أنت بتروح القوامة تشغيل عندي وبتروح على كورس الدروب شبينج بتحضر القسم اللي أنا عملت فيه إعلان بما أنه نحن المنتج تبعنا هنسوق له عن طريق التيك توك تمام؟ وبما أنه هذا المنتج أساساً هو حالياً فيرل على التيك توك وهذا المنتج منتج تيك توك بحت طبعاً هو رقم واحد تيك توك ورقم اثنين فيسبوك يعني أنت هلأ إذا حابب أنك تتبيع هذا المنتج على الفيسبوك حابب أنك أنت تبيع هذا المنتج وتسوقه عن طريق المؤثرين كمان فيك أنت تعمل هذه الشغلة لماذا؟ لأن هذا المنتج أول شيء يضيف قيمة كبيرة وهو منتج بسيط جداً تمام؟ يعني تصور منتج كثير بسيط مصنوع من المطاط سيحل مشكلة كبيرة تمام؟ بداية نحن الفيديوز دائماً في تضارب بالأفكار لازم ناس تعرف نحن منين حاجين فيديو هل نحن هناخد باند على الفيديو هل حتى توقع الفيديوز تبعنا؟ ليك للا شغالي هلأ أنا حشرح لك بالضبط كيف أنت فيك تتعامل مع الفيديوز تبعك لحتى أنت ما توقع بأي مشكلة تمام؟ هذا القسم كتير مهم ركز كتير منيح بداية بأي منتج نحن في عنا مرحلتين اللي هي مرحلة التست ومرحلة سكيلينج شي يعني ما يعني محمد هذا الكلام؟ يعني أول مرحلة اللي هي أنا بدي جرب فيه هذا المنتج يعني أنا بطلق إعلانات لهذا المنتج من يوم لثلاثة أيام لحتى بس أنا أتأكد أنه هل هذا المنتج رابح أو لا؟ وبعده أنا بأفل في حال طلع هذا المنتج محا النتائج بشوف منتج تاني أو أوكي هذا المنتج رابح بكمل فيه هلأ في كتير نستوع بمشكلة اللي هي أنا كيف فيني لقي فيديوز للمنتجات تبعي هلأ قدامنا طريقتين الطريقة المدفوعة إذا أنت مالك حابب توجع راسك أبداً ومتوع بأي مشكلة أو أنت حابب أساساً ما حابب تتعلم كيف تعمل إديتينج وهذه الأصص فببساطة تروح على اللينك تبعي حتلاقي فيه خدمة هاي الخدمة فيك أنت من خلالها تشتري تعمل فيديوز لمنتجاتك وبي اسم البراند تبعك يعني ناس تبعت لهم أنت المنتج بيمسكوا المنتج وبيحكوا عن البراند تبعك وبيعملوا كل شيء يعني الفيديو حصري لك لا يستخدمه غيرك أما إذا أنا كمبتدئ وكمنتج لسه أنا بادي جديد وهذا أساساً ما لا يعرف إذا هذا المنتج حيكون رابح أو لا كيف أنا فيني أبدأ بدون ما أنا يعني تكون بأقل رأسمال أو حتى فورة فري هلأ إذا أنت تحاب تبدأ كومبليت لفري أول شغلة تعمل أنت بما أنت هتسوق على طريق تيك توك فأنت لازم تجيب هاي الفيديوز عن من التيك توك هلأ لنع طريق التيك توك ببساطة فيك أن تكتب اسم المنتج تحط هاشتاغ وتكتب اسم المنتج وهتطلع لك فيديوز احتمال تكون قوية احتمال تكون لا ولكن أخوض أقوى الشيء تمام؟ أكتر الشيء يجعله تفاعل خوض هاي الفيديوز وتجمعهم عندك أديش هيكون كم فيديو أنا في نجيب؟ يعني حاولك تجيب من ثلاثة إلى خمسة فيديوهات من ثري توفايف أوكي؟ أو الطريق الأفضل جدا أنك أنت تروح على البيبي آتز المنصة اللي أنا شرحت عنها وتشوف أكتر الفيديوز اللي عاملين إمبريشنز واللي واصلين لأكبر عدد ممكن من الناس وتجيب هاي الفيديوز تمام؟ أنا بحالتي هاي مع أنه أنا بدي اختصر على نفسي الوقت وبيدي أنا أنجح من اليوم الأول فأنا ببساطة أخدت هاي الفيديوز من الكومبوتاترز من المنافسين تبعي عن طريق البيبي آتز مبدئيا اكتفينا بأربع فيديوز تمام؟ هاي الفيديوهات أنا قدامي حلين هلا بالنسبة للمنتج تبعنا مثل ما لك شايف إذا بنفتح هذا الفيديو فبتلاقي بس إيد وعم تحرك هذا الفيديو يعني لا في شخص طالع ولا في حدا معروف أو في أي مشاكل تمام أن هاي اللي إذا أساسا مالا معروفة هي إيد مين؟ يعني حتى الشخص إذا سيقول أنه اوكي أنت خطي الفيديو تبعي هلا احتمال أنه اوكي تيك توك يشوف الفيديو عنده أول يعني ويتأكد أنه أنت أخذ منه هذا الفيديو ولكن هاي بحاجة إذا أنت حطيت الفيديو هو نفسه بس إذا أنا جبت هاي الفيديوز وقسمت بطريقتي اللي أنا حلمك هلا كيف شلون وتعمل هاي الشغلات كل هذا فببساطة أنت اتغلبت على هاي المشكلة حتى لو طلع قسم أو اشتكى هذا الشخص على هذا القسم فببساطة تيك توك حيقلك شيل هذا القسم أنت ببساطة بس بتشيل قسم اللي الشخص وهو أنا متأكد 9.900 ما حتوصل لهاي المرحلة ليش؟ لأنك أنت بعد ما أنت تعمل تست لهذا المنتج ويتأكد أنه رابح يعني ببساطة فيك أنت تبعت هذا المنتج فري لحده من تيك توك او من الانفلونسر يعمل لك فيديوز باسم البراند تبعك ليش؟ لأ محمد بلأ المبدأ تكلف لأ أنت حتتكلف بسعر هذا المنتج وترسله هذا الشخص لأنه ليك؟ بمجرد ما الشخص حكي عن المنتج تبعك وقال اسم البراند تبعك أنت فورا بتعلي سعرك عن الكمبيوترز كلياتهم ليش؟ لأنك أنت هون ظاهر هذا براند في تيك توك وفي انفلونسر عبيحكوا عن هذا المنتج فهون نحن نخبر عن قيمة تمام نحن هون ما بتطلت سلعة نحن ما عام نقسي عن سلعة هاي بانسبة لي السلعة منتج بالحال العادي ولكن ابتحدث من حال الاسثنائية لا يأثنوا على هذا المنتج هذا الشخص سيسق اكتر شفت شاب اخطة ثانية او صبية ثانية استخدموا هذا المنتج ونصحوني به فانا هون هنا نسبة او قيلا قولي نقصة تلس شراء هتكون اعلى ضرب عشرة تمام? انا هذا الكلام ما عم احكي لك يا انه بس اه عم اجيب لك كلام وقول لك يا وراء بعضه لا لا انا عم حاكيك عن واقع تجربة الناس اللي بشتغلوا معي والطلاب تبعي وحتى النتائج تبعي قائمة على نفس هذا البيزنس هلأ مبدئيا انا محمد ما معي رأس مال وبدي انا بدي اعدل اوكي علمني كيف عدل في طريقتين لحتى نحن نعدل اللي هي عن طريق اول شي الموبايل وبعد عن طريق اللاب توب هلأ طريقة الموبايل كتير سهلة تمام ولكن انا حبيت انه اعمل الشي الاصعب انت فيك تنزل تطبيق اسمه الكوب كت تمام الكوب كت فيك انت تعدل وتقص وتضيف وتطلع وتنزل وتضيف ميوزك تعمل كل شي انت بدك اياه تمام القصب الثاني اللي هو عن طريق الكمبيوتر طبعا هو الموضوع اصعب شوي ولكن بنفس المبدأ فيسبوك كمان هينعمل بنفس الطريقة تمام بنفس هاي الادات اللي انا مستخدمها حاليا طبعا للأسف هاي الادات مدفوعة اسمه فيلمورا اوكي ولكن كمان في بدائل مجانية بالنسبة اذا انتك حاب تنزل هاي البدائل في بدائل كتير مجانية في كنت تعمل له داونلود على الكمبيوتر تبعك او على اللاب توب وفي كنت تبدأ وتشتغل الكل بيشتغل على نفس المبدأ تمام يعني انت اللي هتتعلم هون بيشتغل على الادوبي برمير بيشتغل على كل التطبيقات الثانية اللي 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 علاها بالاديوتينج والمونتاج تمام هلا نحن شو هنعمل هلا بداية لازم تعرف ننفرض انه انا في عندي اربع فيديوز وهي الاربع فيديوهات هي الاقوى حالي انا نقيت اربع اقوى اربع فيديوهات موجودة بالبيات واصل لأمبريشنز عالي وفي عليها كتير تفاول اوكي هلا مبدأيا انا اطعت خمسين بالمية من الرحلة كيف يعني محمد يعني انا جبت بالاساس جبت فيديوز قوية ما في داعين انا اعزب حالي تمام قدامي حلين او انا فيني ااخد هاد الفيديو متل ما هو وعمله ابلود وشغل عليه اعلان او فيني انا ااخد هذا الفيديو وعدل عليه تمام وارجع اطلق في الحملة انا الطريقة الاحسن محمد هي او هي ليك للك شغل الطريقتين ونحن جاربنا الطريقتين وطريقتين جاوبوا نتاج ولكن في شي جدا مهم لازم انت اعرفوا اذا انا اخدت حرفيا نفس الفيديو ونفس الميوزيك ونفس كل شي ورحت وعملت ابلود لهذا الفيديو على الاعلان تبعي وشغلت الاعلان يعني هتحس انه شوي مش تمام كمان مال كتير تمام ليش لانه تيك توك اساسا عنده بيانات هذا الفيديو واردي مرفوع مساء عطيك مساء تاني لحتى انت توصل لفكرة انه شخص عنده صفحة على تيك توك اوكي وانت اعملت هذا الفيديو ورحت رفعته على الصفحة تبعك هتتفاجئ انه هو اه الفيديو الاصلي جايب مئة اه خليناقول مئة الف اه متابعة يعني مئة الف شخص تابعوا هذا الفيديو وانت وقت ترفعوا هتلاقي ثلاثة او اربعة بس تابعوا فمن هون انت بتعرف انه تيك توك كشفك انك انت اخدت هذا الفيديو كوبي بيست وشغلته مئة تاني فخلاص خوارج مئة تيك توك عارفة اساسا وحللت انه الفيديو تبعك انت اخده من مكان تاني وما حيوصل تمام هلأ بالاعلانات بيختلف الموضوع شوي ولكن بنفس المبدأ فانا بديها منك انا كنت اتعدل شوي هاي الفيديو شو اوشنا نحن هنعملها هلأ فينا نحن بكل بساطة نجيب اقوى فيديو حاليا موجود من بين هذو الاربع نور فانا هذا كان اقوى فيديو انا جبته هلأ مبدئيا انت بتسأل مثلا قديش محمد الاياس تابعه هلأ مثل هات 540 960 تمام فانت بتخليه بنفسه هذا تمام هون هتضغط هون ليش لحتى يبقى نفس الاياس نحن ما غيرنا شيء ابدا لو نحن غيرنا فينا ببساطة نخسر هذا السائز تمام هلأ بالنسبة لهون الناس اللي حيستخدموا نفس هذا اللي حيستخدموا الفيلمورة تمام فيه يضغطوا هون اول شيء مستأكدوا انه الجودة عالية لان هي بتكون هون اول شيء تمام يعني افضل جود ولكن هنا حبدنا افضل الشيء الجودة العالية تمام منسكر هون بعدها منشوف الفيديو تابعنا حنعلي الصوت شوي تمام هلا هادا الفيديو تابعنا اول شيء نحن نضغط له لحتى ترجع الاول اول شيء هنعمله هنسكر الصوت على الاخر ليش محمد انت عم تساكر صوت لان انا بدي استخدم موسيقى تاني تماما اي موسيقى انت عم تستخدم محمد الموسيقى الترندي حاليا بالبلد اللي انا بدي بيع فيه تمام يعني وان احنا في نلاقي شغلات طبعا انا في اه في فيديو عملته من قبل من زمان اللي هو كيف انت تنشئ محتوى عن طريقة تيك توك كيف انت تلاقي محتوى مجاني انا حكيت بظلط وانت بتلاقي الميوزيك تمام ففيك ترجع لهذاك الفيديو اسمه التسويق عبر التيك توك مجانا تمام ففيك تترجع لهذاك كيف تتعرف كيف تتلاقي الميوزيك تمام هلا بننزل نحن ميوزيك على الاخر ونرجع ونشوف هذا الفيديو هلا مبدئيا انا بالنسبة لي خلينا نرجع شوي شايف في عنا هون احنا اول ثاني ثانيتين ثانيتين وشوي تقريبا تمام هلا هو موضوع شوي ممل ولكن لازم انت تعلمه هلا اوكي حنرجع نرجع لهون بعتقد اوكي اتس انف بضغط هون بعمل قص هذا اللي هون شو بعمل انا هون بشيل اللي هون تمام انا اخذت اول ثلاثة ثواري قوية هلا ببساطة انا في شو في نعمل في نزل فيديو تاني كمان نزل على الاخر اوكي وشوف انا شو طالع هون مسلا اوكي هاي كمان لقطة قوي فينا استخدم الفيديو تاني اوكي ولكن بدي شوف اذا كان في شي اوكي هلا هون كمان نفس الشي تقريبا يعني ما في كتير شي انترستنج فانا شو عملا حاشيل هذا الفيديو وحاول انه انا ابحث عن فيديو تاني مثلا خلينا شوف هذا الفيديو اوكي خلينا نشوف هيك اوشي نوة تنزل للصوت اوكي هلا هون مسلا طلع معنا شخص انه صار فيه اوشي لدومبلز خمسة عشر كيلو بكل سهولة تمام هلا انا في شوف اعمل انا هون اول شي انا فيني مثلا اوكي هنشيل هاي من هون هناخد المنتج تمام اوكي هناخد المنتج من هون مثلا تمام ونقص هاي اللي بالنص وبعدها مثل ماك شايف خلينا نبلش من اول اوكي هلا نحن طلعت ان هاي البداية القوية وبعد ان طلعت انه شخص عميد مرن مثل ماك شايف صار يقدر اوشي لدومبلز فيه ناس بتعاني من اوزان كبيرة فهذا المنتج كمان بيساعد هلا فيه شغلة مثل ماك شايفون ادى عشر ثاني انا بالنسبة للي كنصيحة من عشرة لعشرين كل ما طول الفيديو اكتر احتمالي تكون اعلى تمام اذا كان فيديو ست سبع ثواني ما حتلاقي سي تي ار سفر فاصلة سبعة مسلا ولكن حتى يعني احتمالي عن الواحد بالمية لازم نحن بقدر الامكان انه نحن نطول هذا الفيديو فبحالتنا هاي هون نحن شو منعمل خلي نرجع بس لهون اه بعتقد هون بالزبط او هون تمام هلا هون بعد ما صارت شاشة سوداء تمام هون اوكي فين انا ببساطة شيل هاد اوكي وروح دور على شي تالت تمام هلا انا شو عملت هون دقيق شوي خلينا ننزل هاي نشيل هون اوكي هلنا هنا فينا نعمل متابع على هذا مسلا اوكي انا حسيت هنشيل هاي حسيت انه الجزء اللي نحن نضفناه هات احسن من الجزء اللي نحن اساسا اخترناه فرج فينا مسلا نحن نشيل هاي هون انا حال لكم بالزبط او فينا نحن نخليه انه اوكي في شخص اه اه ظهروا العروق تبعوا الهي الازم و بعدين فيه شخص سأل ان انا مثلا كيف فيني احصل على نفس هاي النتائج فالشخص ورجان منتج وورجان نتائج وهي الاصص هلا هون نحن بحالتنا هاي لساتنا 13 ثانية فنحن شو نعمل هون نرجع نجيب هذا الفيديو تبع تمام فمتل ما لك شايف هلا هون فينا نحن نشيل هاي اه دقيق شوي ها شيف شو حان نعمل خلينا نطلع منه بس حتى تعطيك اه مثلا مثالي من الفيديو فينا نحن نقطع لهون شايف هاي هي فينا نحن نستخدمك ببداية جديدة طبعا مو بنفس الفيديو هاد نحن هون حان محيا ولكن فينا نحن كفكرة فيديو تاني بس انا هون حان محيا لانه ما فينا نحن نعمل تو فيديوز يعني بنفس الوقت متل ما لك شايف هلا هون بما انه لسه كاتبين كتابة نحن حنشيل الكتابة متل ما لك شايف هون نحن صار عنا فيديو طوله ثلاث عشر ثاني يعني وش هز هو اعلى من كل يعني هذا تسعة هذا ايداعش هذا عشرة هاد صار عنا ثلاث عشر فينا نحن نطوله بشكل اكتر شو عندك فكرة حتى نحن نطول الفيديو اكتر ببساطة فيك انت من الموبايل تبعك تحط على اللابتوب تبعك هون صفحة المنتج وتعمل وتصوره هون انت كسبت مثلا اثنين او ثلاثة يعني من ثانيتين لثلاثة ثواني زيادة وبتكتب شوب ناوي يعني كول تو اكتر بتحفزهم اكتر بتورجهم المنتج تبعك احترافي فا اها اوكي نحن شفنا المنتج رائع كما شفنا المتجر فهذاك الوقت بيروح الشخص وبشتري هذا المنتج اخر جزء مكشور انك انت تضيف اه تصور المتجر تبعك بكامير لازم تكون يعني كاميرا الايفون يعني كاميرت الايفون حاليا لتيك توك هي احسن الشي لصناع المحتوى انت هون كمان هيكون اسمك ساني محتوى لانك انت عم تعمل محتوى للمنتج تبعك تمام ففيك انت تضيف شي من عندك اوكي انا اخد من هذا اخدنا ولكن انا احبب بحط بصمتي كيف انا فيني اضيف بصمتي لهذا المنتج انه انا اصور بالموبايل المتجر تبعي انا افتع صفحة اوكي على جوجل مسلا واكتب اسم المنتج تبعي وروح على صفحة المنتج وبعدها ايجي من بعيد وقرب مسلا على صفحة المنتج شو بمسال اوكي طبع انت هلأ اذا تشوف اعلانات كتير على تك توك بعرف انه في كتير ناس تستخدم هذه الخاصية لحتى يطول مثلا حتى يكون الفيديو اطول في الحالة انتي وصل مثلا لستباعد عشر ثاني فيجاء العالم او سباعد عشر ثانيا لعشرين ثاني او من خمست عشر الآن هل سيكون عالي عندك انت هون بكل بساطة sin تنزل هون ميوزك من الاعني لكون تكنزل من التك توك وبعدها بس بتعمل تصدير seven setup وبتكتب اسم الفيديو امير تبعك معض ايجي ؟ تمام وبعد تكتب مثلا تكتب اسم المت أو مثلا تكتوك فيك تسميك تكتوك فيديو ون مثلا تمام وبتخليها بسطح المكتب مثال او فيك تتروح على الاعدادات تخليها تمام بعدين بتعمل هنا تصدير تمام بعدما تعمل تصدير حعمل شي اسمه يعني يرندر الفيديو لحتى يخلص وبعده بينزل بسطح المكتب تبعك هيك بكون جاهز لحتى انت ترفعه على التكتوك وبعد تضيف الميزيك حاب انت تضيف كتابات فيك تضيفه من هون بتروح على العنوين وتختار عنوان من هون وتنزله مثلا وانت تكتب اللي بدك اياه او فيك انت من التكتوك نفسه انت كمان تنزل الشي اللي انت بدك اياه تمام فمن هون خلينا نرجع بعدين احنا محينا تمام هون طبعا انت فيك ترجع ايش مثلا انا محيته متما شفت بضغط واحدة رجع فكتير مهم انه كنت كمان تضيف كتابات ازل اذا كان مكتوب كتابات او كتابات كانت قوية انا ما فيدعي يضيف شي خلاص تمام هيك انت اتميزت عن الناس تاني انه انت حتى لو انت استخدمت هاي الفيديو ولكن لا تروح على مركات قوية او منتجات او طبعا انا هحكي على المنتجات هيكلاتها او على هاي الشغل او المنتجات اللي هي فيها حقوق ملكية لا تروح تاخد اه فيديو لشخص معروف او لمنتج عليه حقوق ملكية وتعمل هذا الشي لانه احتمال كتير كبير انه يتبند الحساب تبعك فحاول قدر امكانك انت مثل حالتنا هي لاقينا منتج او انت بتشتغف بالبيت مسلا تلاقي منتج مع كلب فقط لا غير يعني حاول قدر امكان انك انت تتبسط الامور لا تصعبها ابدا لا تروح تختار منتج معقد منتج لازم تطلع صبية مشهورة وتعمل هاي الشغلات لانك انت هتوقع بمشاكل هذا بمرحلة التستينك كونك انت لسه جديد اوكي ممكن تمرق اوكي يعني احتمال سبعين مئة تمرق خلينا نقول ولكن بعدها صدقني بعد فترة لما يصير متجرك معروف للمنافسين ويكتشف الشخص انك انت اخذ الاعلان او المحتوى تبعه ففورا هيتشكى عليك على التيك توك واذا انك تاخذ محتوى تبعه وعمل كوبي بيست لمتجرك هيشتكى للشوبي فقط حيوقفو لك المنتج تمام فورا بيوقف المنتج اوكي فاللي بديها منك انك انت تحاول قدر الامكان بمرحلة التست انك كنت تكون حذر بهاي النقطة بعد مرحلة التستينك انت هون من اليوم اول بي معك بلاش تجيب مبيعات فورا بتجيب الليستة وبتدور على الانفلونسرز طبعا انا حكيت كيف كنت تتلاقي الانفلونسرز سواء كان مجاني او مدفوع حتى تكتوكار في كترة كمان تشوف ناس بيحكوا عن الفترة ناس بيحكوا عن مثلا بحالتنا هي بيحكوا الناس عن الفتنس فينا انا شوف تكتوكار عنده مثلا حتى لو عشرة الاف انا ما بهم ليجي مبيعات منه اه بحكي معه وبخلي يعمل لي فيديو بطريقة احترافية من واحد لثلاثة فيديوز مع الصور طبعا شوف هلأ هون نقطة جدا مهمة بالنسبة للصور لما انت تاخد صور وتاخد فيديو من هذا الشخص وتاخد المحتوى تبعه كله وتخليه عندك بالمتجر انا بضمن لك اذا انت بترفع خمسة دولار سعر المنتج عن المنافسين هتجي مبيعات اكتر منهم كمان ليش لانك انت خلاص عن تصرف مثل براند تصور شخص عنده عشرة الاف يمكن تعطيه بس فري برودكت يعني يعملك براند ويرفع لك مبيعاتك ويرفع لك مبيعاتك مدون ما انت تكون عندك ولا 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 مجهود يعني هون نحن نعمل مجهود هناك بالمرحلة الثانية بس انت حتبعت هذا المنتج لشخص يعملك فيديو وحتى هو حيعدله ويعمل كل شي تمام وحينزله عنده كمان على التيك توك واحتمال تجيك مبيعات منه وبنفس الوقت انت حتاخد هذا الفيديو او الاعدت فيديوهات والصور وتستخدمه بمتجرك وتستخدمه بمواقع التواصل الاجتماعي تبعك وحتى ترفعهم على التك توك اذا انت كمان عندك صفحة تك توك فيك انت ترفع نفس هاي الفيديوز هلا في نقطة جدا مهمة انا نسيتها فينا نحنا بكل بساطة نروح على مثلا نحنا فينا نختار مثلا هذا القسم ونضغط على الرسم هون ماك شايف هون مثل هاي اللوحة الرسامين تمام تضغط عليه وبعد فيك انت شو تعمل التعدل شوي كيف يعني ليش انا بدي اعدل هل انا حال لك ليش اول شي مسلا انا بغير اللوم مثلا مسلا برفع شوي درجة الحرارة واللوم بحاول ان انا خليقه شوي مسلا برجع بنزل هون وغير السطوع والكشف مثلا بخليه هون اغمأ هون كمان نفس الشي يعني هيك بيطلع شوي احترافي اكتر تباين فينا نعلية شوي حيوية والتشبع تمام وبعمل هون تمام هلا شوف كيف صار شايف اتغيرت الالوان شو حيفيدنا شايف هون لسا الالوان عادية هون الالوان اختلفت كماك شايف شوف هدني هذا الشيء اول الشغل الاولى ان انا عطيت حيوية اكتر للفيديو تمام بما ان انا شبعت الالوان وعملت الالوان اقوى شوي شبعت الفيديو اوكي فهون طلع عندي الالوان احترافية هاي رقم واحد رقم اثنين انك انت لما انت ترفع هذا الفيديو على التيك توك التيك توك هيعتقد انه هذا فيديو تاني لانه لما انت تعمل كوبي بس نسق لسق لفيديو تاني الخوارزمي خلاص هتعرف انه انت كل شيء اخدته نفسي ولكن انت هون غيرت الالوان وغيرت الموسيقى وقطعت الفيديو وشلت من الاول وحطيت من الاخر والعكس صحيح شلت من الاخر حطيت من الاول وغيرت كل شيء فهون خلاص تاه التيك توك اعتبر انه فيديو جديد سيبدأ ينشره بشكل كبير جدا حتى اذا انت عم تعمل كونتنت مجاني لمنتجك انا بنصحك انك انت تعمل نفس هاي الاستراتيجية هاي الاستراتيجية قوية جدا نحن نستخدمها على كل المواقع بالنسبة حتى بالتيك توك وبالفيسبوك وبالانستجرام بكل مكان اوكي هاي الاستراتيجية بسيطة وسهلة وما لم يمكن فيه ابدا فيك بكل بساطة تعملها على الموبايل او تعملها على اللابتوب اللابتوب في منهم مثلا من هاي البرامج مجاني وفي مننا مدفوعة مثل حالتنا هاي هذا البرنامج مدفوع ولكن انت كمان فيك تعمل على على الموبايل عن طريق الكوب كوت اوكي هلا بالنسبة للفيديو انا كان فيديو محمد عدل انا بنصحك على الاقل انك انت تعدل من ثلاثة لخمسة واذا بتعمل اكتر لسه احسن اذا بتعمل عشرة تمام كلما كترو الفيديو تبعك كلما كانت احتمالية نجاة سراحك اسرع تمام فهذا القسم انا غطيت لك بشكل كامل لحتى انت فيك تبدأ بكل سهولة وصلنا لهذا القسم هذا القسم مهم جدا لمتجرك اوكي لحتى انت تتميز عن المنافسين المعروف المنافسين بيستخدموا صور اللي متل ما نحنا حنعمل هلا بمتجرنا اه بيكون كلها يعني شخص متجر اخذ من متجر ثاني من متجر ثالث بحالة نهاية نحنا حنعمل شي مميز داني اوكي كيف نحن نعمل محمد شي مميز داني اول شي بدك تدخل على موقع اسمه جيفي دوت كوم هذا هو مثل ماك شايف جي اي اف اتشواي دوت كوم بس بعد ما قد تدخل حط لعلك غير هيك هتطلع لك انه انت لازم تعمل ساين اب تمام بتعمل انت ساين اب تحط اسمك وايمايلك وهي الاساس كليات المتعرف عليها بكل اه منصة جديدة انت بتخل اول مرة بعدها هتطلع لك هاي الداشبورد اوكي هلا هون بالنسبة لشي اما حنشرح لك والاشي هون الا انك انت تضبط ابلود تمام بعد ما انت تضغط ابلود اطلع لك هاي الخلفية اوكي هون نحنا في عنا شي اسمه ال جي اي اف وفي عنا شي اسمه الستيكرز الستيكرز نحنا ما قلنا دخل فيها ما حنقرب عليها نحنا هون حنشتغل تمام الجي اي اف هي الصور المتحركة اللي موجودة بالديسكريبشين الخاص فيك كيفينا نحن نعمل محمد هاي الصور بشكل احترافي انا هلا حلمك كلبساطة اول شي بتعمل انا عملت بعد ما ضغط ابلود ارتفع وضغط معي هاي الشاشة اوكي هلا هون شو موجود هون هون مكتوب ترمي الفيديو يعني انت هون خلص انت هون حنا نعدل تمام 14 ثاني هذا الفيديو تمام هلا بالنسبة لي اول شي انا بحضر الفيديو كله بدي اعرف انا مين اكتر جزء مهم بهذا الفيديو لحتى انا اختاره هلا فيك انت تقسمهم كيف يعني فيك انت تعمل ثلاثة من اليوم الاول داي وان مسلا داي فايف داي سبن مميسال او فيك انت بس تختار قسم واحد تمام مسلا مت بحالتنا هاي بنختار مسلا الدي سبن اوكي خلينا رجع شوي حاولنا نخليها مسلا خلينا نقول طولة حوالي التلاتة ثواني تقريبا اوكي مثلا مثل هاي تمام هلا شو بنعمل نحن هون بنعمل كونتينيو اوكي نحن لمرحلة للكون هون هترجع تطلع لك هاي الشاشة بشكل اصغر تمام هون انا بديك انت ما تغير شي ابدا شو هتعمل فيك انت تضغط هون اوكي فيك انت تعدل بايشي فيك تعمل اوكي فيك انت تعمل كتابة بتعمل كوبشن تمام فيك انت تعمل اي شي انت بدك تعمل هون اضيف اللي بدك يا مثلا انا بحالتي هاي مثلا فيه كتابة فيك انا ما بدي اضيف شي ابدا تمام فهون شو بصير بيعمل سيفن طبعا انا ما عدلت شي ولكن ما بسعك تخلي 12-13 ثانية كمام نفس الوقت لحتى ما يصير صفحة المدرج تبعك تقيلة يعني كيف يعني انه ما تتحمل بشكل سريع تمام لازم تكون سريع تت سواني it's perfect تمام وبعدها او فيك تتختار ثلاث ثواني هاي ومسلا الخمسة دايز ثلاث ثواني هاي seven days مثلا مثلا ال five days مثلا كمان ثلاث ثواني ومسلا one days او three days بحالتنا هاي نحنا اخترنا day seven تمام وورجين نحنا شو النتائج بعد اسبوع هيحصل عليها الشخص تمام انا هون بكل بساطة فيني اعمل upload وفيني اعمل download تمام كيف يعني انا ببساطة فيني اضغط هون اعمل هون اه هون مكتوب بالسويدي انت هون هتكون عندك copy مثلا copy image فانم اضغط عليها وبروح على مثلا المتجر تبعي بنزل على description وبعمل مثلا paste فيك انت تعمل له download وهذا download فيك انت تروح وتعمل مثلا image with text فيك انت تحط مثلا شيل التكست وتخلي بس وفيك انت تستخدمه يعني ترفع نظامي على متجرك بدون copy paste ولكن هون ما هتنزل بالdescription هتنزل بالsections تمام الdescription شي والsections شي description هو المكان اللي موجود الصندوق اللي انت فيك تكتب فيه الdescription توعك فيك انت تعمل copy paste اضيفه ولكن بالsections فيك انت تعمل add section image with text مثلا تلغي التكست وتضيف بس الصورة بتعمل ابلود وترفع على الشو بي فاي وبتنزل هونيك تمام بكل سهولة هلا مثل ما قلت لك نصيحتي ايلك انك انت تحاول بقدر امكان انه ما تكون هاي الصورة ما تخطى لعشر ثواني max max 10 ثواني لانه كلما طالت المدة كلما كانت مملة اكتر كلما كان المتجر تبعك هيكون بضيء تمام فميك شور انه تكون يعني المدة السواني قليلة وكما بنفس الوقت تكون مهمة وملفتة للنظر تمام يعني احنا اخترنا شيء اعطينا وفهمنا انه نحنا اذا بيتمرن بعد سبع ايام بيوصل لهي النتيجة تمام حاولنا كده تنطقي اه شكل كتير ملفت للنظر تمام لانه زي ما كان ملفت للنظر فحيتلع المتجر تبعك ما له اخترافية او صفحة المنتج تبعك هتكون ما الهترافية وكتير مهم انه تبين شكل اخترافي انا كتير ركزت هلا لما نحنا هتشوف بالمتجر تبعنا هتشوف انه انا كتير مركز على التفاصيل الالصغيرة والكبيرة مركز علي كل شيء ليش لانه انا بعرف كيف بفكر العميل تمام انت هلايع لاي يمكنك تعرف هاي الصغلات ما بتعرف كيف يفكر هو ما بتعرف ليش هو دخل ما بتعرف ليش هو اشترى حتى لوصل عندك مواعات ممكن يكون تحليلك شوي بسيط ولكن انا بالنسبة لي بطلي هابني هذا المتجر هركز على كل تفاصيل تفاصيل الصغيرة والكبيرة وقال لك تعمل ليش نحنا عملنا هيك هون وليش نحنا عملنا هيك هون لحتى نحنا نوصل لاحسن نتيجة نحنا بدنا ايها الغرض من الاعلان نحنا هنعمله ومن التست مو الفكر انه نحنا بس الناس تدخل على المتجر نحنا بدنا مبيعات نحنا بدنا عملاء وحتى هي العملاء بعد حيتحولوا لعملاء دائمين تمام فانا بكل محطة عم مركز بشكل كبير لحتى انت تستفيد وتاخد احسن نتيجة هلأ وصلنا لمرحلة انه نحنا نبحث عن ايجنت وكلام كتير مهم وخطير جدا لازم انت تعرفه لحتى انت تاخد احسن نتيجة بداية ازا انت بمرحلة التستينج انا بدأت بكرة اوكي محمد وبلشت ابحث عن منتج ولقيت منتج وبنيت متجر وعملت كل شيء اوكي كيف انا بدي اتعاون مع ايجنت هلأ كبداية اوكي انت لساتك حاليا بالمرحلة الاولى بالانطلاق الاولى اذا انت ما عندك ايجنت فانا بنصحك انك انت تبدأ بالطريقة التقليدية تمام اللي هي انك انت تشحن عن طريق علي اكسبرس او تشحن عن طريق اه المواقع التاني في كتير مواقع تانية في كتير تبحث عنه وتلاقي يعني حتى في كتير تلاقي مثلا اه مدة شحن منيحة اوكي هالاحتمال كتير كبير انه تكون اسعار المنتجات عالي اعلى بكتير او بقليل من علي اكسبرس ولكن بكل احوال انت يعني حصلت على فترة شحن منيحة هاي انت في حال انت عم تبيع من صفر لخمس مبيعات باليوم مثال تمام لساتك جديد يعني انت ما عندك مبيعات ولكن اذا انت انتقلت بلشت تبيعك اليوم اكتر من عشر مبيعات خلاص انت هون صار لازم يكون عندك ايجنت ايجنت شو هو الاجنت محمد الاجنت هو الشخص اللي موجود عندك بالصين القائم بالاعمال هو وكيلك هونيك هو هيدر لك كل البزنز وكل شيء العلاقة بي منتجك يلء كل شيء العلاقة بي منتج لجودة المنتج لسعر المنتج لان هو يشحن المنتج بشكل سريع بكل شيء تمام كل شيء يعلاقة بالفلمان تبع المنتج تبع كله العلاقة فيه تمام حتى بعد ما انت تتعامل مع شخص اللي هو الاجنت حيكون عنده وظيفة تاني اللي هي بمجرد ما انت تتعامل معه فانت ببساطة فهو تشتري المنتج و هو يضيف الـ data و هيعمل انه انشحن المنتج و هيبعت الـ tracking للمر للعميل انت هاي شراط كل ما قالك علاق فيه ابداً بيختلف عن AliExpress تماماً تماماً هو هيعمل هاي الشغلات كل هذا حيضر لك كل شيء تمام من الوقت ما انت تلاقي المنتج لوقت ما هو يشحن يعمل tracking للمر للعميل تمام خلاص من الالف الى الياء هو مسؤول عن الـ filament تمام حتى اي مشاكل بتواجهك انت شخص يبعت لك انه المنتج ضاع المنتج ما وصل فهو دغري يدخل من عنده ويبين معه شو صاب المنتج ويحل لك هاي المشكلة بكل سهولة بداية منك انك ما تتحمس بالبداية على الاجنت اوكي انا زمان في ايجنت ما حشتغل لا لا الاجنت خليه بالمرحلة القادمة مرحلة اولي لا ركز بس على المبيعات اوكي ركز على منتجك ركز على انه بتعمله سكيلنج بعد فكر بي بعد ما تطلع فوق العشر منتجات او عشر مبيعات باليون دور على ايجنت متل ما انا حال ماك لا او متل ما انا خليك تلاقي ايجنت بكل سهولة هلا في نقطة جدا مهمة لازم انت تعرفها لحتى انت تحصل على احسن نتائج لازم انت يكون عندك عشر مبيعات باليون لانه الاجنت حيفضلوك اكتر بكتير على الناس تانين بينما اذا انت ما عندك مبيعات او مبيعاتك قليل جدا فالاسف ما هيهتموا كتير تمام وانا حكيت وقطيت هذا الموضوع بشكل تفصيلي هلا كيف ينا نلاقي الاجنت بداية اول موقع عنا اسمه اوبورك اوبورك هو منصة موجود فيها كتير ناس جاهزين لحتى يقدمو لك خدمات ولكن بشكل مدفوع طبعا انا هلا هنتعلم بشكل مدفوع بشكل مجاني تمام بالكورس كل شي في عنا شي مدفوع وشي مجاني انت فيك تختار ما بدك يا حسب البجت تبعك هلا هون انا بكتب ايجنت اوكي طبعا انا كتبت ايجنت فيني انا اكتب هاي كلمة مفتاحية بشكل عام وفيني انا مثلا اخليها بشكل خاص مثلا ايجنت بعد بحط شاينا اوكي يعني الصين هون هتطلع لك ناس كتيره هن مثل هاي الصبية من الصين تمام هون عم تقل لك مهي بتاخذ 10 دولار بالساعة و 100% طبعا هون هي اخدة مثلا تصور مثلا هاي نجعل الماوس هنا تبطلق أنه يشاغل لـ 5532 ساعة ومطلع لـ 20 ألف دولار فأنا هنا صرت أعرف أن هذا الشخص لديه عملي ستتواصل معه هنا كانت بـ Unprofessional Customer Service فأنا أعتقد هنا أنه ستعمل لك شيء لعلى بـ Customer Service فأنت ببساطة لا أنا أرجع إلى هنا و أكتب مثلاً Agent مثلاً In China أو مثلاً Sourcing فأنت ترى أن ترى لك نتائج فأنا هنا مثلاً 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 8000 و عامل شغله بشكل مليح 100% هنا نفس الشيء 100% يرى 60 ألف مثلاً Lots of Shopify and Facebook seller use drop shipping حسناً أنا أرى ما فهمت فهمت أن هذه الصبية تتحدث عن الـ Business From AliExpress Bad Service Quality حسناً فهنا كمان تتحدث عن طريق الـ AliExpress ستكون Bad Service والـ Delivery وهي القصص كل هذا فهنا ستحلل لك المشكلة فأنا ببساطة أضغط و أذهب لعندها و أفهم بالضبط ماذا تقدم مثلاً أول شيء أنا فهمت أنه موجودة به اللي اسمه TING من Sunshine China 100% 40$ تأخذ بالساعة و بعدها نرى ريفوز مثلاً هون حاكي جميعاً كله خمسة 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 فأنا فهمت مبدئياً أنها تعمل شغل رائع جداً فأنا بابدائياً 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 أتواصل معها و أجلت تحليك كل هذه المشاكل هناك خدمة مدفوعة ثانية المنصة الثانية هي الفايفر ببساطة فيك عن طريقه بس كمان نفس الشي كمان نفس الشي فيك تكتب ايجت انشينا وكمان بيطلعوا لك ناس بيحكوا عن ال ايجنس وبيلقوا لك ايجنس او حتى احتمال يكونوا هن ايجنس تمام هلا بهاي الطريقتين فيك بالطرق المدفوعي فيك مثلا مثل هذا بياخد حوالي 40 دولار هذا بياخد 20 دولار هذا 160 دولار او سوري 16 دولار وفيك انت تدور فيك انت تضغط هون فيني انا اخذ الجدد او best selling مثلا خلاص الناس اتبيعك مثلا مثل هذا اسمه امران كان من باكستان او من الهند او لا اعلم بس يعني مثلا هذا الشخص يتعلم كما يحكي لك انه ايجنت او ايجنت او انت تدخل دقري و اتنفسر منه قبل ان اطلب منه الخدمة تمام هلا هاي الخطوات خطوات المدفوعة نذهب إلى علي بابا وكتب هنا نفس الشيء ستطلع كل شيء له علاقة بالأجنت مثل ما ترى هنا تبدأ تطلع لكل شيء تدخل لعند واحد واحد وتسألهم ولكن تتأخذ الرسالة الموجودة بالتليجرام لا يشتغل مع بيجنرس ولكن لا يتحمسوا لا يتحمسوا كثيرا لأنهم يريدون الناس نتائج حتى يجبوا بيجنرس فأنت لا يوجد أن تخبرهم أنه أنا مرتدئ لا أعطيهم الرسالة ستجدها بالتليجرام انسخة وبعدها سيتواصل معك ولكن لأسف تجرب كذا حتى تصل لشخص منيح واحتمال من أول مرة تجد شخص رائع فورم وتكمل معه الشغل الثاني المجانية انك انت تروح على الفيسبوك وتكتب وحتطلع لك صفحات كثيرة بالإنجليش بيحكوا عن وفي ناس كثير هناك موجودين ستجد هناك ايجنت وفي أبساطة تكتب انه أنا بحاجة ايجنت ففي ناس ستبعت لك ولكن للأسف في عدد كثير كبير منهم انهم يكونوا محتارين احتمال تتعرض للنصب او احتمال توقع بمشكل معهم كمان الموضوع طرق المجاني قليلا لانك انت تجد ايجنت وحتى انت تجد ايجنت بالمثال اعطيك بالنسبة لي انا مريت بعدة مراحل مع الاجنت لحتى ما قدرت ان اوصل لأحسن ايجنت طبعا لما انت توصل لناس محترفين هدول الاجنت يعني بعد ما انت تجد ناس محترفين كثير حيريحوك بالمستقبل كثير انت حتستفيد منهم وحتستفيد من خبرتهم ويعطوك حتى نصائح انت كمكتدئ فيك كمان يقول لك مثلا اوكي لا تعمل هيك بيهاك لا تبيع هذا المنتج مثلا اوكي فحيبال شو هنه طول طريق يساعدوك تمام ليش سيساعدوك اوكي انت تقول محمد ليش هو بده يساعدني هو شو بيستفيد اوكي انت لما تبيع اكتر هو حيطلع مصاري اكتر فانت بالنسبة له حتكون كنز بمسابة كنز يعني تخيل انك انت تبيع بمئة الف شهريا اوكي مئة الف دلار انت عندك مبيعات شهرية كم ستكون كم ستدفع سعر المنتجات 30 او 40 بالمية 30 او 40 بالمية احتمال توصل النسبة كمربح احتمال يوصل مربح نت بروفت لهذا الاجنت من 3 بالمية ل 10 بالمية فهذا رقم مخيف ومن شخص واحد ناهيك عنه عنده مئات الدروب شكبر الثاني فهي الفكرة ستستفيد منه بمرحلة مثلا انا اوكي اجيب منتج بيع 10 مبيعات بعد اصار بيع 15 20 او 20 انا اعمل بروفت فانا متواصل معه وحطي لي اللوغو تبعي اه مثلا هو خلاص بتواصل مع المعمل وبيقلك اوكي نحن هنعمل لك وحيزبط لك هاي الامور كله وباقل اوكي مثال خلينا ناخد هذا المنتج طبعا الاجنت كمان هو فيه يلاقي لك احسن معمل بيصنع هذا المنتج بلاقي لك احسن سعر هاي شغلات كلياته بحده حتى بيبعت لك سامبل وهي شغلات كلياته اوكي ولكن مثلا هون مثل ماك شايف اذا بتعمل لوغو على الاقل بدك تشتري 100 اطعام هون نفس الشي ولكن الاجنت بما انه هو صيني وهذا المعمل صيني هو له اسم بين هذول الناس فهو ببساطة وقت ليتواصل معه اوكي هيجب لك يمكن نص هذا الرقم فهذا الحلو بالموضوع انك انت فيك ببساطة ما تتروح رأس مالك او البروفيت تبعك انك تشتري 100 اطعام حتى ما هو لقي لك 70 اطعام 50 اطعام احتمال 20 اطعام تمام حسب المنتج طبعا فيه كتير عوامل مخلافه ولكن تأكد انه هيجب لك احسن جودة واحسن عرض واحسن اوكيو يعني يكون اقل من هذا الرقم تمام هذا الرقم مثال فهذا الحلو بالاجنت فيك تناس تسأل محمد الاجنت وليش انا بدي اخد ايجنت وليش لازم يكون معي ايجنت لحتى انت تستمر وتنتقل للنكست لازم يكون معك ايجنت لان ببساطة انت ما هتكون هتكون مشغول بكتير شغلات هتكون مشغول بمونتجات تانية بستورس تانية بالماركتنج بكل شي اوكيو كمان انك انت كل مبيعة تتعذب فيها وتروح وتدور وتسأل فهيكون موضوع كتير مجهد بالنسبة للك ما هتضيع وقتك بالنسبة للك تمام فهذاك الوقت الاجنت هو هيعمل في الفيلمنت هو هيبعت التراكينج نمبر انت بكل وساطة بس اذا تأخرت القطعة على هذا الشخص فيه تواصل معك على الايميل تبع المتجر تبعك وانت اوكيو مثلا تأخر او مثلا صار في مشكلة باللون او طلع لون مغير او شي طبعا هي نادرة لما تحصل مع الاجنت فهي كتير تبعث للاجنت طبعا حسب السياسة اللي انتو متفقين عليها او هو يتحمل كل التكاليف يرجع بعد المنتج طبعا هنا في حالة اذا كانت تبيع بشكل قوي اكيد هو اللي حيبعت المنتج هو اللي حيبعته يعني من جيبه الخاص ولكن اذا كانت مبتدئ احتمالي لك اوكي طبعا كمان فيه برايفي يعني الريفوند بوليسي كمان كل الاجنت عنده سياسة خاصة مثل المتجر تبعك كيف انت عندك ريفوند بوليسي للمنتج هو نفس الشي فقبل ما تبدأ معه بتسأله عن مثلا اذا انا صار في مبيع مرتجعات اذا صار في تأخير بالشحن مين حيكون المسؤول عن هاي الشغلات اوكي فدائما لما انت تعامل مع ايجنت خلي الامور تكون واضحة ونحن لقينا اجده نشتغل فورا لا يعني تكون مبسود اوكي واخيرا نشتغل مع ايجنت لا لا لازم تتواصل معه وتسأله عن كال هاي النقاط قديش مدة الشحن لكل بلد قديش سعر الشحن اه وكيف حيكون الفيلمنت وكيف حتكون تراكينج نمبر وهي القصص كلها لانه ازا انت الايجنت تبعك ما كان محترف او يعني كان هو اساسا سكان حتى تراكينج نمبر حيبعته غلط كيف هون انت حتوقع بمشاكل مع البيبال ومع كتير شغلات تانية مثال يعني هي البيبال احد المشاكل لانك انت تضع تراكينج نمبر غلط تمام بالنسبة للاجنت هاي الطريقتين هنن احسن طريقات الطريقتين مدفوعة وطريقتين مجانيات هنن يعني ببساطة فيك انت تلاقي ايجنت من خلالهن ولكن بالطرق المجانية وحتى المدفوعة كمان يكشور انك انت تكون حاصل على كل حقوقك وبنفس الوقت ما تكون عم تشتغل مع الشخص الغلط او هذا الشخص الذي ما يكون سكان موضوع شوي حساس انا بعرف وصعب ولكن هلا مبدئين انت لا تركز عليه ركز على المبيعات وعلى منتجك بعد ما انت تأكد ان منتجك ناجح وانطلقت مرحلة هداك الوقت فيك انت او تاخذ الطريقة المدفوعة او تاخذ الطريقة المجانية اتس اب تيو لماذا نحن لازم نظل مجهودين بهذه المنصات لماذا انا بالبداية ما ابدأ بمنصة واحدة انا بننصحك انك تبدأ بمنصة واحدة ولكن حتى انت تعمل لازم انت تتواجد باغلب المنصات يعني انا المنتج تبعي اعملت رونيك ادز على تيك توك اعملت ريزلت اعملت نتائج رائعة جدا وينط اصال معي بروفيت انا فورا انا مبعد بستنى بشغل بروفيت تاني خلاص بس انا بجمع ارباح لا لا انا فورا اطلق المنتج تبعي على منصات تانية برجع انا بلاقي منتجات تانية بعمل او بسوي بها بانضل اوكي الناس بتابع القناة بتعرف انا بالضبط شوية الاستراتيجيز اللي انا بشتغل فيها زائد بالاضافة استحيل جدا انك انت تنتقل بلامت commodity منصاتي بدون انت تعمل مت Bern infecting المؤس lessない القصة ليس تواجد مووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو fascin يل murder الي علاقه الدل وطلعنا ألف دولار مع هذا الـ Influencers نحن ببساطة ما فينا نحن نسكرنا الأمور وخلاص نحن نروح ندور الـ Influencers ثاني 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 رابع نحن ندور ولكن ليش نحن ما نرجع نعمل الـ Retargeting للناس اللي عملوا Add to Cart ليش نحن ما نعمل الـ Retargeting للناس اللي عملوا Checkout ولكن ما كملوا بيانات الدفع أو ما خيلوا الأتموا عملية الدفع ليش نحن ما نجيب Look-Alike Audience نجيب audience نفس حرفية نفس هدول الـ Audience لازم أنت تعلم هاي الشغلات الأساسية أنك أنت كيف تطلق حمل إعلانية كيف تعمل Retargeting هي الأصص كلياتها طبعا كل شيء أنت حاول أنك تتعلمه حاول الشيء والفائد بشيء موجود A to Z في قوائم كاملة للإعلانات قوائم كاملة للتسويق عبر المؤثرين قوائم كاملة إيجاد منتج رابح شرح شوفي كل شيء موجود وتروح على القناة تلاقي كل شيء بدك إياه نحن خلينا بيصل الموضوع نحن هلأ بقلب الفيسبوك How to do it كيف نحن نعمل بطريقة مميزة دائما وأبدا اللي لازم تعرفوا الناس اللي بتشتغل على المنصات أو اللي بتطلق حملات آآ ماشي بسياسة القطيع أوكي شو هي سياسة القطيع يا محمد أنه كل الناس بتعمل نفس الاستراتيجية نحن كل لاتنا ماشي عن نفس استراتيجية يعني احتمال حدا جاء متج رابح عمل متجر احترافي أطلق إعلانات سواء كان على تيك توك أو على انستجرام سناب شات أو حتى فيسبوك بأي مكان ولكن بيجي بعد ثلاثة ايام أوكي بيلاقي الحمل اللي فشلت ليش الحمل اللي فشلت بكل بساطة لأنك أنت ماشي أو أنت أول شغلة حاطة نفس البوجيت اللي كله الناس حاطينه ونفسين تبعك الشغلة الثانية أنت عامل نفس الاستراتيجية كل اللي يتكون عاملين نفس الاستراتيجية والشغلة الأهم حتى احتمال يكون كل شيء كوبي بيست يعني تكون احتمال أغلب المتاجر تكون كلها مثل بعضا حتى حتى نحن كيف نتميز بكل شيء أو الشغلة نحن لازم نتميز بأمونتج تبعنا سواء كان باللون سواء كان نحن نعملنا بنضل سواء كان نحن نعملنا حطينا للوغو كل شيء موجود بالقناعة أو مثلا كيفيني أنا حتى أتميز بألوان المتجر كيفيني أتميز بشرح كيفيني أتميز بالدسكريبشن والربيوز كل حي القصص بالإضافة كيفيني أنا أتميز بالثبنال كيفيني أنا أتميز بالإعلان نفسه أغلب الناس تروح بجيب نفس الاعلان أو مثلا على اليوتيوب أو على فيسوك بجيبوه نفسها نحن نقوم بعمل طريقة جديدة جدا نحن نقوم بعمل شيء اسمه انا سأعلمك بالضبط باستطيع أن تسمع الشئ الهلا و تتعلمه أول مرة نحن نطلق حملة علانية ولكن حملة علانية مميزة جدا ولكن ضع بعين الاعتبار عندما نبدأ الخمسة دولار لعشرة دولار لحتى نحن نقوم بعمل التستنج و أولت هديك الأيام ببساطة بدل ما انا اضع عشرة دولار لكل يوم و ضيق هذه المال نحن نصرف ولكن نحن عارفين بما نحن نقوم بعمل كل شيء صح و يولد رزولت بكل بساطة نحن صار عنا اي حدا يعمل بيزنز اكاونت تبع الفيسبوك و اطلع لك انت تضغطون او مثل هاي الصفحة او صفحة مشابهة نحن نجيب سيلز نحن ولا بدنا ترافيك ولا بدنا انجيجمنت ولا بدنا حدا يعملنا لايك نحن فورا نحن بدنا سيلز بمجرد ما نحن ضغطنا على السيلز فتطلع لك هون الكون نحن نشغل على الكون نحن نشغل على الكون الفيديو الماضي اللي نحن حكينا فيه عن تيك توك ادز كمان نحن نخترنا الكون نحن صرنا بقلب هذه الحملة بكل بساطة نسمي الحملة سي بي او او نضغط او نضغط رقم واحد مثلا هاي الحملة الاولى للمنتج برقم ما نحن نبدأ نسيجب منتج نسيجب منتج نسيجب منتج ونقش ناخذ المنتج نحن نحن نقش نقش فرق نجد نجد منتج يكون عامل رزلت من قبل من نقول منتج محقق مبيعات نحن نأخذ هذا المنتج اللي موجود هون ولكن نأخذ الاعلانات اللي هون ونضعها للفيسبوك ما نجيب اعلانات تقليدية بالفيسبوك نحن نجيب اعلان للفيسبوك هذا المنتج رابع هذا المنتج هو حل مشكلة منتج داني ما يعني منتج حل منتج داني نحن نعرف اغلبكم يمكن نباع المساج جون المساج جون الصعب لما انت بدك تعويب بالباك لازم تجيب شخص تاني يجيساعدك فهي القاعدة تحلك مشكلة يعني ببساطة نحن نبيع المساج جون مع هاي القاعدة بانضل مع بعض نحن نأخذ هذا الفيديو او فيديو اخر او نحن نأخذ اسم المنتج مثلا نحن نفتح هذا الفيديو طبعا هون انت متاح انك تعمل فانا فانا سأعمل داونلود ما فيت عادي تعمل اي شيء فورن انت فيك تعمل داونلود هلا خلينا نرجع على الحملة تبعنا لحتنا نشوف كيف فينا نحن نطور هاي الحملة وكيف فينا نحن نجيب رزلت من هاي الحملة هلا بداية فينا نسمي الحملة هاي الحملة ونسميه مثلا المساج جون المساج جون المساج جون مثلا المساج جون مثلا نفرض ان هذا اسم المنتج الناس المعتادين الذين نصرف 10 دولار نحن نصرف بدل العشرة 30 دولار لا محمد لاحظة بس انا البلجت تبع كثير صغير ولكن انت العشرة ستخسرها لديك منتج رابح ومتجر رائع ومتجر تماما لا انت واثق لك خدق هذه انا لا افكر ابدا ان ازيد البلجت او نضغط هنا او نضغط هنا او نضغط هنا بعد ان نضغط الى صفحة ثانية سوف نختار الجمهور المستهدف تنزل لتحت وتبحث عن Purchase نحن لا بدنا ناس تاني نحن نريد الناس بعد ان ننزل لتحت لا يوجد داعي نعدل شيء ابدا لشغلة واحدة انه نحن نشغل اعلام منتصف الليل نحن نعدل نحن نشغل الحملة بكرة الساعة 12 ام تمام نحن نشغلها اليوم التالي لا نحن نشغلها من اليوم لا نحن نشغلها من اليوم الاول نحن نأخذ اليوم الاول نحن نستهدف بحملتنا اليوم التالي ببساطة نحن لا نستطيع دمج هنا لا نستطيع دمج نستطيع دمج نستطيع دمج لا الناس التالي البلدان التالي نستطيع دمج بكامبين واحد ولكن انا اجيب امريكا وضيفها مع استراليا وضيفها مع كندا وضيفها مع بريطانيا لا تشتغل معك الحملة لا تجيب نتائج بالنسبة لهذا المنتج هذا المنتج مناسب لكل اعمار مناسب للجندر مناسب للرجال مناسب للنساء نحن نغير شيء نحن نقول مثال نحن نقول كلمة مفتاحية اللي هي الجيم اول كلمة مفتاحية اللي هي الجيم انا ببليش بورد جيم مثال هناك عدد كبير موجودين بهذا الشيء مثال نحن نعطي مثال هذه الحملة الغرض منها انك انت تتعلم كيف انت تطلقها بالطريقة الصحيحة نحن نعطي هذه الكلمة الغرضition الغرضين جدا مهم انا بكل وساطة السحوء لا بس أثناء مثال حرق الكلمة そう الغرض بالإضافة إذا كنت تبيع كلوذينج تشين مواقع الشين وهي الأصص أنتم تعرفون أن الناس تبيع كلوذينج أعرف هذا الشين حسنا عملنا إكس كلوذينج ننزل إلى تحت نحن هنا المفصل المفصل ما كان بأنه نحن تزدودنا الحملة لا نحن نعمل المنول المنول ولكن المتعارف عليه كل الناس تعمل شغلة واحدة السياسة تبقى على الكل لا أعرف لم الفكرة أن الناس تجرب دائماً بشيء كل العالم تعملوا لماذا لا أجرب شيء مختلف عن هؤلاء الناس كل الناس اللي بتعملوا أن يطفوا كل شيء ويجعلوا جسد الفيتس الفيتس أنه بوست يطلع لك عادي على الإستجرام أو الفيسبوك لا نحن نعمل شيء مختلف تماماً بكل بساطة نعمل أنشيك هون للأوديونس نتورك ونعمل أنشيك للمسنجر أما بالشخص يروح يكتب بالمسنجر وإلى الإعلان أما بالشخص يدور أماكن مالة أساساً هي مكان أن تلفت نظر العميل ولا حتى يشتري فأين ستطلع بالماركت بلايس؟ ماركت بلايس ماركت بلايس شيء رائع في كتير سيلز تعمل عن طريق الماركت بلايس فيسبوك فيد، إنستجرام فيد، فيديو فيد هاي كل شيء انت لقيته هون هذا نحن ما بدنا نعمل بس ما بتعمل والإضافة منك شايفين كل شيء نحن ما بدنا أبس نعمل هلأ نعمل ننزل لتحت هلأ هون الديفايس في حال انت بيع مثلا هلأ هون هلأ هون هلأ صار فيه 5G الناس صارت تتصرف بشكل طبيعي جدا حتى لو هن نشغلين على الانترنت الموبايل ولكن هون نحن بالنسبة للإدفايس الناس اللي أنت بيع آيفون كيس لا يمكن أن يضع للأندرويد لا يمكن أن يضع أول أوكي سنفعل هلأ ننزل لتحت هون مبدئيا ما في شيء يتغير نعمل نكست ونروح للصفحة الأهم صفحة المونتج صفحة سيظهر في الفيديو نعم نعمل الانتريستنج سوف نرجع للمشاهدة سوف نرجع للمشاهدة ثم نبدأ هنا هناك تضيف الفيسبوك باج والانستجرام باج تبقى لديهم للمشاهدة دائم تبقى للمشاهدة نقوم بعمل على المنوذار بساعة امجن وفيدو بعد تعمل ابلود حينلا نزل لنا الفيديو سننزل الفيديو مبدئيا يبدو بالنسبة لل ادكوبي قدامي حلين أو أروح على فيسبوك عدس ساعده وشوف الناس كيف تعملون ادكوبي وأنا اطور حسن اخذ فكرة ندكوبي بيست لا تقوم بيست او انا بروح على البيبياتز كنت اشغال بالبيبياتز فهناك تلاقي اثنان اساسا بيعطيك انه اثنان اساسا فنحن نضع الاتكوبي نضع الهيدلين نضع الهيدلين نضع الهيدلين بكل بساطة نحن نجيبها من المكان ولكن تحكي عن مثلا انا بدي اعمل 50% انا بدي اعمل الجهاز لان مكانا حكينا عن هاي الشغلات بالفيديو الماضي بعدها نضع الهيدلين ودخليه تحت هنا نضع الهيدلينك للمنتج وبعدها تصل الامور نضع الهيدلينك الان اضع الهيدلينك ونضع الهيدلينك الآن يجب أن نغير هذه الثابنيل لا أحد يدخل و لا يهتم فنحن نقوم بإضافة فيديو و نذهب على الثابنيل فنحن نجيب الثابنيل لهذا المنتج أو مثلا كان هناك شيء ملفت للنظر في هذه الصور كان هناك شيء قوي فنضيفه الآن نحن لا نضيع عواتنا بالثابنيل ولكن ما يكشون أنها قد تعمل الثابنيل الثابنيل جدا مهمة الآن نقوم بعمل الثابنيل نقوم بعمل الثابنيل الغرض أنه لا أرجوك المنتج الغرض أنه علمك كيف تعمل أو كيف تعمل هذه الاستراتيجية نحن بالكامبينج موجودة هنا وهذه هي أول واحدة نحن نقوم بعملها هذه الثانية نساها وهذه أول واحدة نحن نقوم بعملها الـ CBO هو لا نقوم بعمل شيء نضغط هنا الآن المهم أنك أنت تعمل الـ W ولكن نريد أن نغير ما يعني نغير الـ W نقوم بعمل ونقوم بعمل ونقوم بعمل 5 ونقوم بعمل الـ W ونقوم بعمل الـ W ونقوم بعمل نسخ نسخة إلى 3 ونقوم بعمل كما أول نقوم بعمل ونقوم بعمل P-Ctrl-V ونقوم بعمل ونقوم بعمل الـ W ونقوم بعمل الذي نقوم بعمل ولكن هنا بكل بساطة أنا لا أعرف ما الكلمات لا أعرف ما الكلمات 24 فتنس هذه الكلمة جداً فيه ناس مهتمين فيها يلغي القديمة بعمل كونترول سي أو كومينت سي إذا عندك أبل بعد كونترول في بنرجع و بننزل اللي تحت كمان نفس الشي بننزل اللي تحت إذا كنت مجهز الكي ورد ما عندك كي ورد ماك عارف انت شو القصة هاي الكبسة رائعة جداً بس مجدداً تضغط عليها فبتطلع الفيزيكال فتنس هذو الناس اللي يعني بشتهم الفيزيكال فتنس هاي الكلمة قوية جداً هلا نحنا بكل بساطة كمان نعجز نعمل كونترول سي منطلع لفوق شي لها الكلمة كونترول في مضغي شي أبداً هلا الشي اللي هم خلينا ننطره خلينا نطلع من هون بعد ما نطلعنا من هون انت واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة لان اغيرنا بس اثنين بعتد ولكن انت هون هاي كلمة جديدة هاي كلمة جديدة كل واحدة من الخمسة لازم نكون الى اهتمام مختلف عني قبله شو الفكرة من الموضوع ليش انا بدي اعمل هذا الشي بكل بساطة لحتى انا اعرف شو هاي الكلمة اللي هتعمل لي نتائج زائد هون انا بعمل هاي الكبسة بنزل لتحد مثلا خلينا نقول مثلا انا مجهز وحدة بالنسبة لهذا او بعمل كوستومواز خلينا نعمل واحدة موجود لحدة تعرف انا شو بوصل بالضبط هون مو كل شي انا موجود هون ما بدي اعرف اين تحت انتهي الحملة لان انا اعامل الحملة مفتوحة انا ما بدي اعرف اذا كانت لسه اكتف او لا او كي كل بساطة انا كتير بيهمني شي جدا مهم اللي هو CPC Cost Per Click CTR والCost Per Purchase هنرفع هذول لفوق منرفعهم لفوق ونرجع منرفع الثاني لفوق بحيث انه تكون موجودة بالبداية وانت فيك بحيث انه تكون مهمة لانه اعرف اساسي حاطب ولكن انت عندك عشر وعشرين ثلاثين سوء اكيد انت لازم تعرف عديش حاطب بكل واحدة هون بكل بساطة انا بيضغط هون بيضغط هون انا بديها على طول انا بدي هذه الاستراتيجية ويسميها بالاسم اللي انا حاب بسميها باسم المتجر بسميها باي اسم بعدها بتعمل أبلي هون هون شو هنعمل نحن هلا الحملة لازم تعرفوا مو كل واحدة حتصرف 30 الحملة كلها هون 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 مقسمة 30 على كل هاي الحملات هون 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 ن بحياته لا يلمك عمل فيسبوك ادز او المنصة التيك توك ادز تعمل تعمل في كثيرًا خيارات دائمًا أبل أعطي أحكام لأن هذا البلد النزل لم يليح هذه المنصة للعنية منا منيحة يجرب في الأول يوجد بحياته لا يلمك ادز تيك توك ادز او بحياته لا يلمك ام لديك توقفي مع مجربي ادز او بحياته لا يلمك ام لديك التواصيل صعب جدًا أنه يوصل لك الفكرة لازم انا اتعلم من الناس الان بهذا المجال هلأ اللي بتمنى منك انا كنت تاخد هذا الشي بعين الاعتبار بعد ثلاثة ايام الناس اللي الحملات اللي عملت لنا نتائج كان الكوست بر برشوس مقبول ما كان كتير عالي يعني مثلا مسعى المنتج 30 والكوست بر برشوس 30 فورا نوقفه او مثلا ال سي تي ار خلينا نقول 0.50 وانت بشغل الحملة لازم تكون 1.5 او 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 اتليست بالفيسبوك سنقول 1 بالمية تمام ال سي بي سي كوست بر كليك لازم تكون ما تكون متعديد دولار اوكي متعديد دولار ثلاثة دولار كوست بر كليك يعني الشخص اللي عم يضغط هذه الحملة عم يتكلفك انت فوق نو جوست بر كليك تمام فانت بهذه الحالة شو بتعمل هلأ هون لنفرض انه انحنا عنا هاي الحملة هاي الحملة مالشغالة مالشغالة هاي الحملة مالشغالة مالشغالة هتروح وعنك فيديو ثاني يعني ستطلق فيديو جديد ستطلق ثب نيل جديدة لا تطلق نفس الشي لا تجيب نفس الفيديو وترجعت لا اطلق شي جديد اطلق فيديو جديد اطلق ثب نيل جديدة هي الشغلة الشغلة الثانية بترجع لهون على الكمبين نفسها اوكي وبتحولها من 30 دولار ل at least اوكي 50 دولار بالنسبة للي معك بوجيت وضع 60 دولار ولكن انا اوكي هلأ بلش تطلع بروفيت ما عندي بروفيت تريعلي اوكي بس خلاص هيك بتبلش الفيسبوك خلاص عارف هو مين الناس اللي هيوصل للمنتج انت عارف شو هي الاتسات اللي عندك اللي بلش تطلع نتاج بلش تعمل رانينك لهي الاتس بلش تعمل نتاج تاتسات موضوع سهل بسيط سمبل ولكن بده دراية معارفة يعني قلت لك أنا انه نحنا نمشي نعمل نفس كل الناس بس بس نحنا اوكي كل الناس اللي بي تسعة وتسعين مية منهم بيعملوا بس على الفيسب مين ناس بتعمل رزلت مين ناس بتعمل أربع الناس اللي بيشتغلوا بشكل مختلف بس هاي الفكرة انت وشخص تريع تبيعوا نفس المنتج عادتكن نفس الاعلان عادتكن نفس المتجر نفس الاغون نفس كل شيء ولكن انت مشغل هاي الحملة هو مشغل جست فيد انت تتوقع مين الشخص اللي سيجيب مبيعات اكيد انت ليش لانك انت تواجدت بالستوريز تواجدت بالانستجرام تواجدت بكثير مكان اماكن اوكي ولكن هو تواجدت بس بالفايسبوك بوست انستجرام فيتس ما حدا مهتم مثلا اوكي بتمنى تكون موسط للفكرة هاي استراتيجية بسيطة خليه نقول ما حقا عقد لك الموضوع اكتر يمكن تاخد منحناب تاني يمكن تتخليك اوكي لا ولكن كبداية تعلم هيك انطلق هيك ذات سين لأ وصلنا لمرحلة التسويق هلأ المنصة اللي احنا هنسوي عليها هنذكر بس كل المنصات ولكن هنذكر ليش نحنا اخترنا هاي المنصة بالذات هلأ مبدئية نحنا في عنا الفايسبوك في عنا السناب شات في عنا جوجل في عنا التيك توك وكمان في عنا فيس بوك والانستغرام والتسويق عبر المؤثرين هلأ بالنسبة لكل هاي المنصات انا اخترت منصة واحدة لسبب واحد او لعدد اسباب ولكن اهم سبب منه انه لحتى انا احصل على نتائج فورا يعني احتمال ااخد نتائج من اليوم الاول واحتمال ماكس من اليوم التاني هلأ بالنسبة لمنصة الفايسبوك والانستغرام مثل ما بتعرف لما احنا بنعمل وانا عملت لك كيف انت تعمل اعلان عن طريق الفايسبوك او الانستغرام بس انا لهذا المنتج ما حا اختار اني انا نسوق عن طريق الانستغرام او الفايسبوك لسبب انه انا بالنسبة لي انه هذا المنتج حيوصل بشكل اكبر وارخص عن طريق تيك توك انت حر فيك اكيد مية ومية انك انت اتاعلن عن طريق الفايسبوك والانستغرام هذا الشي بعود لك طبعا الفايسبوك والانستغرام احد يعني يعتبر من الاوائل جدا تمام اما بالنسبة لسناب شات و بنترست انا هدول اتنين مبدئيا ما حقرب عنيه لانه بصراحة حاسس انه هذا المنتج تبعه تيك توك اكتر وبالنسبة للجوجل بما انه المنتج الجديد اهلا احتمال في ناس تبحث عنه ولكن انا ها اعمل الخطوة اللي بعد يعني انا ما فيني اول خطوة لانه انا اعمل تسويق عبر الجوجل اوكي انا اول خطوة لازم اعملها بدي عارف الناس على البراند تبعي بدي خلي اكبر عدد ممكن من الناس يعني احتمال انا الجوجل نفسه انا استهدفه عن طريق انه انا اضع كلمات قوية بالدسكريبشن وباليسي او تحت مطرف ما شاهدنا احنا عم نشرح بالبرودكت بيج فانا وبالنسبة للتسويق المؤثرين اللي بيطلب مني انه انا لازم اشحن هذا المنتج للمؤثر وهذا المنتج احتمال بحدود الاربع خمس ايام احتمال اسبوع لحتى ما يوصل المنتج ويحتمال هذا المؤثر ياخد اسبوع حتى هو يعمل هذا البروموشن فانا ما بدي طول اكتر سأبدأ فورا ولكن بالطريق سأبدأ هنا ولكن بالجانب سأحاول عدد كل الشغلات تانية ولكن اذا نذهب على الهوم بيج ونجد ان هناك شغلات غيرت اضافات جدا مهمة بداية اول يوم ثاني يوم سنجد السعر العليل حوالي حوالي حكينا بالضبط وحكينا عن وحكينا عن وحكينا عن شيء اسمه فببساطة نحن عملنا هاي الـ Reviews مثل ما رأيك شايف ثريا هاي اول Review بعدها بتعمل سوايب لهاد الجنب فبطلع ال Review الثانية وبعدها كمان منعمل سوايب بتطلع ال Review الثالثة تمام فقط ثلاثة يعني ما في داعي تعمل اكتر بعدها بنزل لتحت حكينا عن Customer Service وحكينا كمان عن الموني باك كارينتي في حال تواجه اي مشاكل للعميل وبعدها كمان حتى هنقدم free written لمدة 30 يوم يعني برجع القطعة for free هلا البلد المتاح فقط اللي انا هستهدفه هو الـ UK تمام هلا مبدأ مثل ما رأيك شايف اعتقد هلا حاليا صار المتجر رقم واحد بالنسبة لهذا المتجر المنتج اوكي هلا نحن بمرحلة انحنا نطلق اعلان على التك توك طبعا التك توك بكل بساطة فيك انت تعمل sign up وبعد ما تعمل sign up تدخل وتحط المعلومات تبعك واذا انت عندك معلومات شركة يفضل احسن تحط معلومات الشركة تبعك وبعدها بتعمل ads manager والامور بسيطة جدا تمام بس انت تتبع الخطوات وبعدها هتنتقل له هاي الخطوة اللي نحنا هون عملنا campaign حتى نحن نطلق اعلان اوكي ولكن قبل ما نحن نطلق اعلان نحن لازم نعمل pixel وشي مروح على assets نضغط events تمام الغرض منه نحن ننشئ pixel جديدة للمتجر تبعنا فهلاء نحن شو هنعمل فيه شي اسمه app events او شي اعمل accept all بعدين فعنا شي اسمه app events وبعد عنا شي اسمه web events نحن هنختار بكل تأكيد بانو نحن عنا website هون نعمل create website شو هنسميه مثلا انا هسميه باسم المتجر تبعي اللي هو power grip تمام خلاص هذا هكون الاسم بعدا نختار tiktok pixel next اه بيقولك ان انت تعملها manual or automatically automatically اه فينا نحن نعملها manual او فينا نحن نعملها automaticly next نختار الشو بي فاي next وبعدها هتروح وتكون جازة هلا هو فيه انه open new showbify فينا نحن نعمل هون finish ونشتغل بدون بيكسل وفينا نضغط على open showbify ضغطنا finish هتطلع عنها ولا يهمك طبعا هنه بس عم يحذروكم انه انت ما عملت ما اه يعني ما وصلت البيكسل على الشو بي فاي وانا بهاي الحالة ما حا اعملها يعني ما حا ضيف البيكسل ليش لانه بسراحة يعني النتائج هون عم تكون بشكل افضل على رغم انه لما انت ضيف البيكسل هتعطيك المعلومات وكل هاي الاساس ولكن اه بيعتقد انه الموضوع بسيط جدا ما انه انت عندك كل شي تمام واحترافي وعم تجيب مبيعات اه وال ctr وال cbc الامور كلها تمام عندك فما في مشكلة ابدا هلا هون 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 عم يحكو انه هنا باوكرانيا وهي الاساس كله وانا باوكرانيا بتعطي بس اوكي خلاص ما في داعية تعمل شي هون هلأ منروح منعمل create هلأ الريش كاتبلك sure your ads to the maximum number of people يعني انه حيورجي الاعلان تبعك الاكبر عدد ممكن من الناس ولكن هل هادول الناس هايشتروا على الاغلب لا وبعدين لحتى انه نشوف الويب سايت تبعك او الاب اوكي وبعد الفيديو فيو ازا انت في عندك فيديو حابين يشوفوه وان شاء الله تاني نحن ندخل فيها ولا الاب هنختار الويب سايت conversion هنضغط عليها وبعد ننزل لتحت هلا هون بالنسبة لي هنسمي هاي الحملة بداية cpo test تمام بس لحتى نحن بس نختبر هاي المنتجات هلا مثل ما لك شايف فيك تبدأ انت بمثل ماك شايف هون 50 باوند فيك تبدأ بخمسين باوند خمسين دونر ولكن بالنسبة لي انا هاختار 100 باوند ليش لانه انا بدي اتغلب على منافسين ما بدي ابقى بنفس المكان اللي انا اللي هننا عم يمشوا فيه يعني مثلا الاغلب حاطين او خمسين فانا وقت لي بحكمية انا اتفواط عنه هي تعرف انت الاعلانات مثل المزاد التوك توك او فيسبوك او اي بلاتفون اخرى اي حدا بيدفع اكتر بيحصل reach people more يعني بيحصل على عدد زوار اكتر تمام وانا بهاي الحال ما بدي ادخل بنافسة مثلا تحت معاهم لاني متأكد منه هو رابح لحتى يعني متأكد منه هو رابح وشفنا نحن بالمنية وشفنا بال بي بي اتس وتأكدنا فالأمور واضحة مثل عين الشمس يعني التست هو بس عبارة ان احنا نتأكد منه كل شيء هلأ هون البيكسل تبعنا هتطلعنا هون اول شيء وبعده هون مننزل ومنختار complete payment تمام هلأ بالنسبة لهون في عنا شيء اسمه automatic placement في عنا شيء اسمه select placement هلأ في كتير مبتدين بيقعوا بهذا الخطأ انو بيخلوها بيقول لك خلط خلال خلال ديك توك هو يبعت وين ما بدو لأ بمجرد من هذا الضغط هون حيكتشف انه ديك توك هيبعت لك اعلاناتك على شيء اسمه البنجل يعني حيتشارك معه نحن ما بدنا هذا الاب لان انا انا ولا سامع فيه من قبل فهنزل اضحة الـ comments حوقفه لسبب معين انه هو اغلب الـ dropshiver التانيين حيكتبو لك سكام حيكتبو لك from aliexpress وهي تصص كذلك ستوقع بحراجات كتير وترد وتمحي مالك مضطر فانت حتضيع يومك وانت عم تجاوبهم وانت عم تتمحيلهم وعم تحذرهم فبالبداية انا بوقف الـ comments على الرغم انه وقتلي نحن نخلي الـ comments بيصير فيه تفاعل اكتر بس بهاي الحالة لا نحن ما بدنا هذا التفاعل فيه يجينا التفاعل من اماكن تاني عن طريق الفيديو شيرينج نحن هي لحتى الناس اللي شافوا هاي اللي شافوا هذا الاعلان يشاركوا مع بعضهم لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن فنحن منتحلوا هاي الفرصة انه يعملوا شيرينج الفيديو download ما في داعي حدا ينزل فيديو وحيكون على الاغلب هو منافس لك وشاف انه الفيديو تبعك ناجح فحيقرر انه ياخده هلأ بالنسبة للكرياتيف تيب ها خليه هيك هلأ انا بفهمك بعدين ليش بعدها هننزل لتحت location عندنا uneighted kingdom language all انا حقول لا انا حصل لي اقول لسبب معين انه الناس اللي عايشين ب انجلند او united kingdom بشكل عام في من مختلف البلدان في من الهند في من باكستان في من بولند في من دول عربية كتير فاغلب هذول الناس اللي جاي من جاليات اجنبية على united kingdom بيكونوا مسل المبايس طبعا باللغات البلد مثال ونعايشين باليونيتد كينجدوم فانا ما في داعي خلي بس الانكليج لحتى يظهروا بس للناس اللي ينفعني خاصية الانكليج انا بدي خلاص طالما انا حطيت فالتيك توك حيوصل للناس اللي هنن already شارين قبل هالمرة فانا ما بتهمني اللغة تبعا فححخلي ايه all بالنسبة للمنتج تبعنا المنتج هو للرجال بحث فانا ما لمضطر اختار النساء ولكن انت اذا منتجك للنساء فيك تخلي بس للنساء اذا للتنين فيك تعمل all او بحالة نهاية حنختار بس الرجال المنتج تبعنا الاعمار تبعوا من بين 18-24-25-34-35-44 45-54 و 55-55 انا ما انا مهتم فيهم لانه اذا انتبه بتروح الجيم تلاقي هاي الاعمار اكتر شي موجودين في الجيم وهي الاعمار بالذات هن المهتمين انه هن يعملوا بودي بيلدينج ويعملوا هاي الشغالات كلها فمبدئيا هنخلي بس هدول الثلاثة هلا قبل ما ننسى هنطلع لفوق ونسمي اسم هاي الحملة open لماذا؟ لانه اذا مننزل لتحت نحنا هنخلي ما هنضيف ولا interest بالبداية اوكي فحنخليه open وبعدها هننزل لتحت لهون ومنجي لهون ونحاول انه نخلي بالnext day ومنروح على التوقيت ونخلي الساعة 12 بالليل بنعمل اوكي وبعدها بنعمل هون اوكي خلاص هلا حيشتغل اليوم الثاني بعشرة واحد الفين وثلاثة وعشرين تمام؟ all day specific time لا specific time هنخليه من 12 بالليل الوحدة بالليل وبعدها هنخليه من العشر او عفوا من الثماني الصبح لالثلاثة وعشرين هلا في ناس بيقولك لا خلي كل اليوم في ناس بيقولك خلي من الستة الصبح انا بالنسبة للي اغلب المتاجر واغلب الرزولت نهاية عن طريق تيك توك جابت مبيعات رائعة جدا بهاي الاوقات شغلنا كتير حملات ولكن كانت الامور كتير ضعيفة عم يصير فيه مشاهدات ولكن ما حدا عم يشتري بشكل كبير فهي الاوقات كان نصيحة لحتى انت تستسمر من المال تبعك وما تصرفه بهذا الوقت فمن ثماني لثلاثة وعشرين ومن ثلاثة وعشرين ومن ثلاثة وعشرين ومن ثلاثة وعشرين للساعة واحدة بالليل بعدها من نزل تحتهم ما في شي نحنا نغير شيء ابدا طبعا هي قول دي محطوط على لوست كوست يعني على اقل شيء بالنسبة للعدد سعر اللي نقرأ وهي الأصص والنمبر فهلا حنعمل هون شيء جدا هون نحنا لازم نعمل بعدها نضع حرف جيهن كبير لانه أنا بالنسبة لله الحرف هذا هو الايقونة تبع اللوغو وبعدها هضيف اللوغو هنا بعدها اضفنا اللوغو سيطلع لك بهذا الشكل في كتل تعملوا ريس سايز في كتل تزغر مثلا فيني انا زغره هيك لحتى يبين اكبر مثلا فيني ارجع زغر شوية كمان هيك لحتى اللوغو يكون مثلا خلاص موجود بالمنتصف واخد كل المكان فان بعمل سبميت هلا بداية ستشوف هذا الشكل ستقول لا هنا في شي غلط لا ستشوف كيف سيطلع هذا الشكل شكل احترافي جدا بداية سننذهب وننزل الفيديوهات الموجودين عننا بمجرد ما نحن عملنا ابلود نزل الفيديو كلهم هون طبعا شفت اللوغو كيف تغير سيطلع اللوغو بحسب الخلفية الموجودة وراء لأن الخلفية شفافة فهذا الشيء يعطي احترافية أكبر بالنسبة للوغو الشغل المهم أن نحن نشوف الفيديو لحتى تعرف تاخد فكرة انت عن الفيديوهات الموجودة بداية بالنسبة لمرحلة التستنج انا فيني اخذ فيديوهات من المينيا او من البيبي ادز فيها طبعا هذول فيديوهات جبناهم من المناصطين هذول لأنه بالفيديوهات هاي ما له موجود شخص او موديل او حدا مشهور لذلك بس الايد موجودة فانا بالبداية فيني انا ااخدهم وعمل فيهم تستنج ولكن بعدين وقت اللي اعمل روح لمرحلة السكينينج فانا هتواصل مع مؤسرين وحجيب منهم كونتنت وحعمل شي خاص فيني انا خاص بهذا الاسم حتى وقت اللي اطلع المؤسر اول شيء هو الاسم البراند تمام هيك انا بضمن انه انا يعني صرت بالسيفتي سايد تمام هلا خلينا نسمع ونشوف الفيديوهات هاي واحد واحد اوكي هلا بالنسبة لهذا الفيديو انا بالنسبة لي تقييمه خمسة من عشرة بس لانه ببساطة اول سواني ما كانت كتير ملفتة والسبب الثاني انه الفيديو قصير خلينا نشوف الفيديو الثاني خلينا روح لانا على الفيديو الثاني ونفتح مع بعض ونشوفه اوكي هلا بالنسبة لهذا الفيديو انا باعطيه تسعة من عشرة الفيديو كاتشينج بالبداية طويل ويحكي عن كل الستيبس وكيف حيكون اسبوع الاول اسبوع الثاني اسبوع الثالث فانا بعتقد هذا الفيديو حيكون اكتر الشي بعتقد خلينا نشوف لي بعده ولكن بعتقد حاليا هذا the best الثاني اوكي هذا نفس السيستم عم يحكي نفس الشي كمان ولكن سبعة من عشرة بعتقد انه ما له كتير اوكي لا لا هون يعني انا لو كانت هاي التفاحة اللي حيعمله بالبداية فحيكون قوة بكتير تمام لانه حتلفت نظر كتير هايطلع شغل حيطلع بالبداية شخص سوبر هيرو فالناس حتتنتبه اوكي شو هذا فبيكملوا الاعلان اوكي نشوف التالت او عفونا الرابع اوكي جدا عادي ما في كتير بعتقد كمان حوالي خمسة من عشرة ما فيه حتى اصير كمان اوكي هلا ولكن احنا نعملوا تستنج انا بالنسبة لي اه فيني انا غامر اعمل دليت لهذا اوكي اوكي اوخلي بس هذول ثلاثة بعدها هذول ثلاثة احسن من الباقيين تمام هلا يفضل انك تجيب على الاقل خمسة فيديوز ولكن اذا ما كانوا التالية الوستمتعي معلش حتى خليك برقم اخل لحتى انت تضمن انه الامور كلها هلا بداية هنضيف الاتكوبى بالنسبة للاتكوبى اولا احنا نعملتها انه فيه ايه 60 100 فنحن نضيف عليها اه اوكي او لا ما في دع او فينا نقول اوكي اوكي فنحن نقول اوكي اوكي ما فينشي اوكي اوكي فنحنن نقول اوكي اوكي فنحن نقول اوكي بس فاتا اا بعدها ما نحن نقلع 60% اه today only ليش انا ما خطبت واحدين بنات ولانا بدي التك توك هو اللي يشوف مين الاكتر شي عمسي في تفاعل ونشوف اه بعد ان احنا كيف كان وكيف كان الكليكس وهي القصة كلاتها فيبين معنا بعدين تمام هلأ هون هنجيب الويب سايت هلأ مهم جدا انا كنت ما تجيب الهوم بيج تجيب البروتاكت بيج تمام هلأ هنفتح هنفتح صفحة جديدة وبعدها نضغط هون هلأ هياخدنا على صفحة المنتج هاي صفحة المنتج تبعنا فهلأ هنحاول نحن ناخد هذا اللينك يعني حتى متل ما لك انتبه متل ماك شايف رايو برودكت 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 تريد مارك يعني بعتقد حتى اللينك تبع البروتاكت معمول بشكل احترافي جدا فهذا الشي كمان بالنسبة للعملاء شي جدا مهم هلأ هنضغطه هون ولكن اول شي نحن هنتأكد انه هيشتغل هننطر شوي لحتى نشوف هاي بلاشت توقف بعد ما توقف نحن هنعمل بري فيو لحتى نتأكد انه طلعت نفس الصفحة عنا تمام فهلأ متل ماك شايف نفس الصفحة تأكدنا كل شي تمام ما في داعي نعمل شي تاني ابدا منجي لهو نعمل كوستومايز توكول تو اكشن نعمل هون ايدت بعد منعمل هون فيو سيلكت تيكست منشيل هاي شكت اوت فيو ناو ريد مور او در ناو حخليها ساين اب واتش ناو لأ بس هدول الاتنين ليش انا ما حختار التانين لانه انا ببساطة هدول ما فيهن كول يعني سي تي ار قوي تاما او فيني انا اعمل كانسل وفيني اروح على الاستاني ويعتقد هون يعني كمان فيك تتلاقي خيار الشوب ناو حيكون اقوى تمام من التانين وبعدها بعمل لحال وعمل خلاص هلأ نحنا صارت جاهزة هاي لحملة كنت تضيف حملات شايف لساتهم هلأ هنن اه ازا نرجع لهون خير نرجع الكمبنج فحنا نلاقي انه صارت الحملة اكتف طمع بتاخد شوية وقت لحتى ما يوافق تيك توك اه تيك توك يوافق على الاتجروب ويكون كل شي تمام اه فهي الحملة نحنا عملناها بداية نحنا فينا نعمل شغلة كتير بسيطة بنعمل كوبي وبعدها منضيف اربع مرات تانية اوكي هلأ ليش انك خليت هديك اوبن وهدول شو حتخلي محمد هلأ هون انا حالك شغلة شو حتعمل قدامك طريقين او انت اتخلي الكل اه مثلا الكل بدون انترست اه وبعدها بتشوف الستي ار والسي بي سي اللي اذا كانوا ممتازين بتخليهم والحملات او الاتس اللي كان فيهم الستي ار والسي بي سي ماله منيح اه فورم توقفهم تمام او فيك انت اضيف اه انترست مثلا مثلا مثل الجيم الفتنس وهي القصص كلاته يعني بس انا بالنسبة لمنتج هاد بعتقد اذا شخص عادي كمان اذا شافوا عم يقلب وعجب وحيشتري فانا مو شرط ان انا خلي بس للجيم لان انا بعرف اردي الناس اللي بيروح يمكن اقول لا لا طالما انا عم روح الجيم ما فيدي اشتري هذا المنتج فانا بخليه اوبن اوكي فهمت علي ايه انا هاي الفكرة بدي اوصلك انا بعمل كوبي هون نحنا عملناها كوبي اربع مرات نفس كل شي هون مثل ما قدت لك اذا انت غيرت رأيك وحبيت انك تضيف اه 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 مثلا انترست فيك تعمل هون اد انترست وفيك تضغط هون مثلا فيك تختار الشي اللي انت حابب طبعا هذا الشي يعتمد على المنتج اللي انت تبيعه تمام ايه مثلا مثل حالتنا ينزيد انترست في السبورت spend. اوكي. ولكن بالنسبة لي انا هاخليه اه aop in وطبعا هون حيكون كل شي متل ما هو بس مايكشور انك انك انت تغير التاريخ لليوم اللي بع давай. كمان اضغط هون من خليه zero هن ارجعоротd l zum oder 0克 اوكي هون اوكي اي設 حالت غير back. ثم سأقوم بإمكاني هذا الفيديو بالنسبة لي حسيت أنه الأقوة على خبرتي وعلى الأعلانات التي أفعلها وعلى كل شيء فأنا أشعر أن هذا الفيديو سيجيب أكبر عدد ممكن من الإمبريشن فأنا سأقوم بعمل ليلة لهذا وهذا كان أيضا منيح سأقوم بعمل أكبر عدد ممكن من الإمبريشن فأجعل هذه الأطلاق سأجعل كل شيء فقط وما أرى كل شيء فقط لا يمكن أن تغيير شيء فقط نضيف ثم تقوم بعمل ثم تقوم بعمل ثم نضيف ثم تقوم بعمل 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 مية مية ان يكون المنتج او الفيديو اللي انت عم تعمل له اعلان ما يكون مخالف للبرايفيسي بوليسي وهي الاسكلات حتى انت ما توقع مشاكل يعني ويتبند الحساب على او ما حيتبند ولكن حيوقفو لك مبدئيا الاعلان فهلأ هيك مبدئيا نحن نحن نحط ميت باوند وحنعمل تست لهذا البرودكت وحنشوف كيف النتائج وبس بعد ما انت تعمل تست وتشوف صار في مبيعات طبعا في حال انت ممكن تحاطط مثلا خمسين او عشرين ففورا فيك انت كمان تروح تعمل اعلانات تانية تعمل اعلان تاني مشابه او فيك تعمل شي اسمه الابي او اللي هي الحملات بعشرين باوند على الاقل وفيك انت تحط الانترس اللي انت بدك اياها فيك تحط خمسة تانية مثلا بميت باوند وانت عندك مثلا هذا عشرين مئة وعشرين بشكل يومي مثلا اذا كان عشرين تمام او اذا كان خمسين فبس بالسي بي او كل الحملات السي بي او بداية من الخمسين دولار فما فوق حملات الابي او اللي هي انت اللي ما تعمل انشك محل ما كنا بالبداية اه فحتكون بس عشرين دولار تمام الحملة هاي نحنا ما اضفنا البيكسل عليها لانه انا بالنسبة للي عارف منين هاتيجي المبيعات وانا بعرف الفيديوز وحشوف السي تي ار والسي بي سي هلا بالنسبة حنحكي بس عالسي بي ار والسي تي سي قبل ما اه ننتقل للمرحلة البعدة هلا السي بي سي شو معلتها السي بي سي محمد اللي هو الكوست بير برشيس اوكي خلنا نروح لهون حتى انت تعرف انا شو بقصو بالزبط هلا هنروح لهون اول شي تروح بتعمل كاستوم تمام بعد ما انت عملت كاستوم هتحزف كل شي موجود هون تمام كل شي انت موجود عندك هون هتحزفن لاني اه هدول اللي موجودين هون معني ما له مش الكل مهمي بالنسبة للك هلا اول شي انت حتعمله هتحط مثلا امبريشن اوكي قديش وصل هذا الفيديو بعدها الكوست بير كليك بعدها فيك انت تضيف السي تي ار وبعدها السي بي ام كليكس هلا كليكس بعتقد حتكون قبل يعني لازم انت تعرف بعد السي بي سي قديش اجي ضغطات وبعدها فيك انت مثلا ازا انت ضايف البيكسل تحط الكون فيك كمان انت تحط الريزلت بيعطيك قديش انت جيت مبيعات فيعني بعتقد هدول تقريبا تسجد كبداي بالنسبة للك كمبتدئ فيك انت تعمل سكرينشوت هلا وضيف هدول كلياته عندك واخر شي بتعمل هون سيف وتسميه مثلا شي لانت بدك اياه مثلا بدي بسميه مثلا مثلا الكريب اوكي مثلا فانا بعمل كومفيرم فانا هون شو صار عندي هون شفت بس تضغط هون فاقطع للك اول شيء سي بي سي كليكس سي تي ار سي بي ام تمام هلأ بما انه انت ما عندك بيكسل ازا انت ما عندك بيكسل يعني ما حتطلع لك النتائج هون اه بالنسبة للكمورجن والريزولت تمام او عفوا نبس الريزولت تمام هلأ خلينا بس نتأكد انه صار كل شيء تمام نحن عنا ازا نشوف ازا اتفعل عنا احيان يتفعل بشكل فوري اوكي وحيانا بياخد وقت احيانا بياخد وقت نصة احيانا فيه ناس بيوصل مع ونص نهار واحتمال نهار كامل ولكن على الاغلب التك توك عم يتطور يوم بعد يوم فعم تكون الامور اسهل فهي في كتير حملات في كتير استراتيجيات ولكن بالنسبة للستراتيجية اذا انت بدك تعمل تست لبروتكت انا بعتقد هاي الاستراتيجية انا طبقت الكل وشفت انه النتائج عم تجي احسن شي من هاي الحملة اللي هي سي بي او اوكي نحن عملنا اعلان كان بي عاشرة الشهر عشرة واحد الفين وثنة وعشرين للمتجرES تبعنا المتجر احنا بننا عليه منتج واحد وهذا المنتج نحنا قررنا انحنا اه بعد ما نحنا 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 شفنا التحليلات وعملنا تحليلات لهذا المتجر قررنا احنا نبيع هذا المنتج على التك توك. اوكي لانه هو يعتبر هو منتج توك بحت وبعده يجي الفيسبوك. تمام? ولكن حاليا بما انه التك توك هي افضل واقوى منصة وهذا المنتج انا حسين انه يلبق كتير للتيك توك فقالنا خلاص نحن بيع هذا المنتج على التيك توك نحن متل ما شفت انت كيف عملنا الاعلان التيك توك وكيف حطينا الفيديوز واخترنا الفيديوز وطبعا متل ما حكينا نحن حتى الفيديوز كانوا قصار الفترة جدا قصيرة يعني ما في منه تلاقي تسعة ستسعة ثواني منه تلات عشر ثانية وتعبر ولكن اخترنا فيديوز معينة واطلقنا حملة سي بي او ب وان هندرد بيميت نحن نروح نرجع لهن حتى نحن نعمل ريفريش هي عشرة شهر اذا نضغط هنا عشرة شهر مرتين نعمل ابلاي فمتل ماك شايف حتى نحن كنا بالاساس اذا بترجع بتشوف انه نحن كاتبين اولا دي سي بي او تويست هي المفروض كون تست انووي ولكن اذا نحن منشوف طبعا هاي الحاملة نحن اوكي جربناها بس يوم واحد اوكي نحن كان التحدي يوم واحد فنحن اشتغلنا بيوم واحد وبعده سكرنا تاني يوم فورا اوكي هلا متل ما انك شايف هون بي عشرة واحد افين وتلاتة وعشرين نحن في عنا الكوست بير كليك اللي هي صفر فاصلة تلاتين باوند اوكي وبعده في عنا السي بي ام واحد فاصلة تمانية سبعة احنا ام بريشن اربعين الف اتس جريت كليك كانوا كثير الال بس ميتين واحد وخمسين وبعده في عنا السي تعار وهذا كان الاسوأ اللي هو صفر فاصلة ستة بني متل ما حكينا انو نحن بالنسبة له السي تي آر لازم يكون على الاقل واحد بالمية هلا الكوست بير كليك انا بالنسبة لي بعتقد كان اس جود تمام يعني صفر فاصلة تلاتين مليح ولكن لو كانت هاي الفيديوهات اطول و لو كانت معمولة بشكل افضل اكيد سيرتفع CTR اكتر احتمال يوصل واحد ونصف احتمال اثنين و هيكون الكوست بيركليك ارخص تمام فهون هذا الشي اللي نحنا عملنا وهي نتيجة نحنا وصلناها ولكن اذا نحنا منروح هلأ هون لحتى نشوف قديش التكلفة كانت فمنشوف نحنا التوتال كوست بعشرة واحد من عشرة واحد عشرة واحد كما نحنا عملنا ولكن اخترنا هذا اليوم الحملة لمصرفة الميت دولار كله اوكي يعني تيك توك نحنا حطيناه 100 ولكن مصرف المية كله صرف بس 75.32 باوند خليناول 75 باوند يعني الحملة نحنا حطيناه 100 ولكن تيك توك مصرف كل البوجيت صرف بس 75 باوند هلأ خلينا نروح المتجر تبعنا ونشوف قديش بعنا نحن هذا طبعا هذا المتجر والمنتج تبعنا اذا نروح لهون اذا نفتح بالسيل شانل تمام ونروح على الاونلاين ستور ونضغط هون تمام يعني انا ما طلعت لك داشبورد تاني او شي لأ انا طلعت لك الداشبورد تبع نفس المنتج تبعنا خلينا نرجع الداشبورد تبعنا ونروح على التحليلات هلأ بالتحليلات اذا نضغط هون مثل ماك شايف طلعنا العشرة هون هنختار العشرة وبعدها بنعمل أبلاي تمام هلأ النتائج نحن جبنا مبيعات 205 باوند اللي هي تسع مبيعات سعى المنتج كان 21.99 يعني it's normal ما له كتير منيح ولا له كتير سيء مو بالمنتصف 2.75 ولا انه كبداية من اليوم الاول it's nice تمام 2.75 كان يكون وهذا يعني اغلب الاشخاص اشتروا قطع 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 هلأ نحن اذا منقسم الميتين وخمسة تقسيم تسعة فبيطلع معنا الرقم 22 وكسور تقريبا ليش لانه في شخصين تاني في شخصين دفعوا اكسترا يعني دفعوا باوندين زيادة للمنتج حتى اننا اعطيناهم خيارات احسن بالنسبة للشعر طبعا هي نفس الخيارات ولكن انت فيك تخلي او تخلي فريشبينك او تعطي اكسترا يعني شخص هيدفع 2 باوندين اكسترا تمام فهدو الشخصين دفعوا كل حدا 2 باوند زيادة لذلك كما ترى 2.5 كانوا التسع مبيعات ولكن هلا او كان التحدي انه انت اجيب عشر مبيعات باليوم تمام ثم ما احنا طفينا باليوم اوكي انا بالنسبة للقلي كان هو التحدي ان نجيب 10 يعني انا كان التحدي انه انتهي عشر مبيعات هلا شو السبب اننانا ما وصلنا على عشر مبيعات السبب انه كانت الاعلانات جدا سيئة انا بعتبر الفيديوهد طبعا الديئ الوقت وحتى انا يكون التحدي بشكل سريع جدا ما اخدت الوقت الكامل ان انا اعمل الاعلانات او ما طلبت المنتج اللي عندي وانا اعملت الاعلانات فالوقت كان جدا ديء اضطريت ان انا مثل ما شفت وحكينا جبنا فيديو تانية من الكمبيوترز وعملنا عليها الاعلانات بما انه انا موصلت للعشان وبيعات انا اعتبر نفسي ان انه موصلنا للعشان وبيعات بهذا اليوم فللأسف انا كنت في حال اذا انا وصلت عشان وبيعات سأعطي بس الشخص واحد كونسلتينج لمدة ساعة ساعة كاملة بنحكي في انا وياه عن الدجدز وبعطي اهم النصائح وشو يعمل بالظبط ولكن ما انه انا خسرت هذا التحدي فانا ها اعطي لثلاث اشخاص انه هنو يفوزوا معي بهذا الكنسلتينج هلأ انت كيف فيك تعرف او كيف فيك تتشارك بهذه الشغلة او كيف فيك تتربح هاي المكالمة الكنسلتينج لمدة ساعة ببساطة انت فيك تحت تنزل وتكتب بالتعليقات اسمك والبلد اللي انت عايش فيه لا تكشو انه كده كمان تكون تابعين على انستجرام واكيد عامل سبسكرايب وحاطة لايك للقناة فهذا كان التحليل تبع هذا المنتج مثل ما شفنا كان الاعلان هو بس ليوم واحد بعدما انت تشوف هذا الفيديو كمان ما حتشوف هذا المتجر للأسف لانه انا كان غرض من هذا المتجر انه انا ابدأ فيه بس لهذا التحدي نصيحتي لك انك انت ما تبيع هذا المنتج لعدد اسباب هاذكر بعض الاسباب منه اول شي هذا الفيديو احتمال نشوفه 1000 شخص 100000 شخص الكل هايكون متحمسين ويبيعوا واحتمال حتى يعمل كوبي بيست لذلك كانت احد الاسباب ان انا شيل المتجر لحتى انت تتعلم من نفس الكورس ما تروح دغري تاخد كوبي بيست لغرض انك انت تتعلم ما انك انت تنسخ تمام هاي رقم واحد رقم اثنين هذا المنتج حاليا اذا انت بدك تبيعه مثل ما انه في كتير ناس هتتحمس هلأ ويروح يبقى فهترتفع المنافسة اه وانت يكون رأس مالك قليل تحط ممكن على خمسين دولار باليوم عشرين دولار باليوم وحتضيع وما حتستفاد شي باحتمال جيبه ولا ما بيعه تمام ليش لانه في مثلا اشخاص تانيين هيحطوا مية مية وخمسين متين متل ما شفت متل ما حكيت انا وقالت انا عملت الاعلان ليش انا ما حطيت خمسين وعشرين لانه انا كنت عارف حالي انه اذا بدي امشي بنفس المستوى الماشيين في الاشخاص التانيين انه هنا نحطي نفس البجت فانا هتطلع لي نفس النتائج او انا ما حجيب المبيعة او هنجيب مبيعتين او ثلاثة ماكس خمسة اوكي ولكن ما انه انا عطيته ميت باوند للتيك توك هو صرف منها خمسة وسبعين اوكي انا طبعا اذا انت لو انا كنت مشغل لليوم التاني كان سيصرف المية انا متأكد تمام ولكن انا بكل الاحوال حتى لو انا كنت مقرر ان اكمل بهذا المنتج انا هالغي كل هاي الفيديوز وحعمل الفيديوز تانية هاي الفيديوز ما حتجيب نتائج كتير كبيرة الا انه متل ماك شايف الكلك كانوا بس 251 وبعدها الCTR كان 0.62 متل ماك شايف هون كانوا بس خليل نرجع شايف هون بس 250 يونيك كليك تمام بس 251 ولكن اذا شع fas 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 ويعينوا ويشوفوا المنتج ويشوفوا المتجر ويشوفوا يعني هنا هيحللوا تمام حيدخلوا لحتى يعملوا اكسبت لهذا الاعلان تمام فكان الدخول بنسبة لهم بشكل يعني برقمع طبعا اذا انت عمت اذا انت عمت اذا انت مشغل اعلانات من قبل على تيك توك او بمكان تاني عارف تماما شو انا عم حكيم بالضبط ولكن اذا انت كنت متدق حقك ان انت تسأل منين اجت الكليكس التاني تمام فهذا شي طبيعي شي طبيعي انك انت وقت اللي تبدأ وتعمل اعلان لازم يروح تيك توك ويعمل تحليلات للمنتج اذا كان هو مثلا بالنسبة موافق للاحكام تبع الفيسبوك او تيك توك او بأي مكان انت عمد بيها فيه هذا كان نهاية التحدي بالنسبة لهذا المنتج متل ما شفت ان احنا بيوم واحد جبنا بس تسع مبيعات للأسف وخسرت انا التحدي فالثلاثة اشخاص هدول اذا انت كنت حاب تكون من الثلاثة اشخاص هدول اللي حيربعوا طبعا انا هتروح على التعليقات وانتخي بشكل عشوائي تمام اكتوب اسمك من ايباد عم تتابعني وحط لايك للفيديو واذا انت لا تشترك بالقناة اكيد انا اصدنا باخر فقرة بالكورس هلأ في كتير ناس شافت النتائج اوكي خلاص نحن اعتبروا ان هنا حضروا الكورس وانتهى الامور وما اهتموا بشي اسمه المايندسيت انا اصريت ان يكون هذا القسم بالاخر تماما ليش لسبب انه انا عارف تماما مو كل الناس مهتمة بقوة التفكير وكيف هي دير البزنس بمايندسيت مختلف عن الناس التانين ليش لانه مثل ما حكينا انه اغلب الناس بتفشل لانه مو هنن المنتق ومنتج رابح او هنن كان رأس مالهم ضعيف او هنن او هنن لا 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 اللي هنن كان عندهم مايندسيت ضعيف جدا مايندسيت بيخليهم يستسلموا عند اول مرحلة او اول درجة احتمل هنن يفشلوا فيها فخلاص يقولون اوكي انا هذا البزنس هو بزنس فاشل انا ما حكمل فيه تمام هلأ بحب طملك وبحب بشرك اذا انت فشلت بي المرة الاولى وانت هلأ تبعت هذا الكورس وصلت لهي المرحلة وقررت انك انت تبدأ او جديد بداية انت اختلفت عن ت 90 ملبيين من البيجنرز اللي هنن بس بيجربوا شغله وبيفشلوا تمام ليش لانه انا وانت منعرف حاليا صرنا نعرف انه نحنا مستحيل انه نحنا نكمل اذا نحنا ما نفشلنا ما في شخص موجود بالعالم ولا انا ولا اي شخص تاني اطلعنا وحكينا او حتى شخص عادي هو موجود في وناجح فيه هو ما كان عارف تمام انه الفشل هو احد الدرجة الاولى احتمال تكون او التانية من النجاح تمام ليش لانه انا اذا فشلت معلاته في شي غلط انا عامله اوكي مو الفكرة انه البزنس غلط انا عامل شي غلط والدليل سواء كان بهذا البزنس او بزنس تاني ثالث رابع فيه كتير ناس ناشحين بكل بزنس وفيه ناس فاشلين بيفشلوا فيه فالسؤال بيطرح نفسه هلأ ليش هذا الشخص قرر انه يترك هذا البزنس هل هو لانه هذا البزنس فاشل اكيد لا لانه الخطة تابعه والماينسيت تابعه كان مصمم بطريقة مالة موازية لهذا البزنس لألك شوالي اي كومرس بشكل عام التجارة الالكترونية من اي بزنس فيه مستحيل انت تكمل باي مشروع اذا انت ما كان عندك ماينسيت قوي جدا وماينسيت مصمم لانك انت تكمل بهذا البزنس هلأ يمكن يجي احد يقول لي اوكي انا يمكن بعرف شخص بلش بزنس ونجح فيه اعمل مثلا متجر وجاب مثلا مبيعات اوكي هدا احتمال انا بالنسبة لي هدا الصدفة حرفيا ليش لانه بالخطوات القادمة حيفشل لا محال ليش لانه ما عنده ماينسيت قوي طالما حضرت كل الكورس وانت عارف تماما انه انا دائما بحب انه انا خلي المعلومات القيمة للاخر انا بالنسبة لي انت يمكن شفت مبيعات فرحت يمكن شفت متجر حلو فرحت وشتجاعد ولكن انا بدي ادعى ما تسك noveว لا يستعمل اي خطوة من بكرة بدي منك انت تاخد قرار وتسال نفسك من اليوم هل انا حرفيا جاهز لانه حتى ابداء انا هذا البزنس طبعا انا عمسالك هل انت جاهز انا محكي بالنسبة لي الرأس المال احتيبان انت يكون انت رأسمالك صفر ولكن انت هلأ جاهز انك انت تاخد اكشن وتبدأ من بكرة انك انت تلاقي عمل انك انت تجمع ولكن هل انت جاهز فكريا لهذا البزنس هذا السؤال لازم أنت تكتبه على ورق وتسأله لنفسك اليوم قبل بكرة لازم تسأل نفسك هل أنا بالفعل حاليا بموضع قادر أني أنا دير هذا البيزنز الفكرة مثل ما حكينا مو نحن نلاقي منتج بس ونعمل متجر ونبيع ونطلع بروفيت هذا الموضوع البيزيك هذا الموضوع كل الناس فيه تعمله حتى أي شخص عنده ما يستعادي فيه أنه يعمله ولكن نحن عم نحكي على الاستمرارية النجاح هو استمرارية وما لحظات معينة أنا أوصلها وإفرح فيها وإنبسط فيها لا النجاح هو أنك أنت تستمر تمام؟ الاستمرارية هي النجاح ديما أنك اليوم تعود بينك وبين نفسك وتسأل حالك هذا السؤال هل أنا جاهز حارفية أنه أنا أبدأ من بكرة بهذا البيزنز حتى لو ما كان معي رأس مال روح دور على الشغل روح أبدأ حاول قادر الإمكان أنه أنا لأقي طريقة أنه أنا طلع فيه رأس مال ولو كان قليل وطبق استراتيجية وأنجح فيها هل أنت جاهز؟ السؤال الثاني لازم تسأله لنفسك ليش أنت بدك تنجح بهذا البيزنز؟ شو هو الغرض من نجاحك؟ هل أنت عندك هدف معين أنت ببالك حاب أنك أنت توصل له؟ بعد ما أنت تسأل نفسك وتحس أن بالفعل أنا في عندي هدف تسأل نفسك هل يترى هذا الهدف هو بيستاهل أنه أنا أتعب كلماله وأعطيك مثال؟ مثلا أغلب الناس وللأسف هالأموضة طالعة حاليا أنك أنت تشوف شخص ماشي بالبيزنز معين وبعدا بيورجيك اللايف ستايل تبعه بس على الكاميرا بورجيك اللايف ستايل تبعه أنت بصير تفكيرك كله بهذاك المكان أنه أنا بدي أشتغل بالشو بيفاي درب شبينك أو بدي أشتغل بالأفليا بدي أشتغل بأي شيء بالكريبتو بس لحتى أنا أركب سيارة بس لحتى أنا أطلع بالطيارة بس لحتى أنا سافر من بلدي إذا أنت كانت هاي الطموحاتك الصغيرة أنت اللي عم تفكر فيها فللأسف بحب بشرك أنه مشوارك رح يكون كتير أصير أي بيزنز بالعالم إذا ما تطور بالبداية بالأخص بالبداية فهو حتما مصير الفشل يعني إذا أنا حطيت هدفي أوكي أنا اليوم مبتدئ تمام الرأس مالي كتير قليل ولكن أنا أوكي أنا حطيت أنه أنا هدفي أنه أنا بدي أشتري سيارة أوكي ننفرض أنت بلشت بلشت صح بلشت تطبع ولشت طالع نتائج وانت جمعت سعر سيارة واشتريت السيارة أوكي ولكن شو صار بالبزنز تبعك تستيل ذا سيم ذا سيم لفل بنفس الليفل حتي ما لكون نزل كمان أوكي ولكن إذا أنت كان هدفك إذا أنا كتبت بدل السيارة وبدل ما أنا روح سافر وبدل ما أنا روح على المطاعم وإلبس ماركات فأنا بدل ما أكتب كل هاي الشيارات كله بروح وبكتب أنه أنا بدي أطور هذا البزنز أنا من ثاوزن دولار من مربح ألف دولار بالشهر لتن كي مثال هذا أنا أعطيتك مثال بسيط لأنه حتي ما أنت كي مددك تقول أوكي تحسبها لعملة بلدك أو تحسبها بالعمل لأنه أوكي 10 تلاف دولار يمكن رقم كتير كبير بالنسبة لك ورقم رقم تافع أوكي خليني اتفق أنا وأنت هذا رقم صغير أنت إذا بتلاقي متج خوين أنت تطبق استراتيجيز وأنت عندك هدف وفشلت وقعت مرة ومرتين وثلاثة ولكن أنت شايف دام أنت وين هتوصل فصدقني كل المراحل والحواجز اللي حتطلع بوشك هتكون كل سهلة تمام؟ أنت بحاجة لبروفت بعدين أنت بحاجة لمرابح بعدين لحتى أنت تطور البزنس تبعك إذا كنت كنت مفكر نفسك أنك أنت حتبقى عالق وقاعد بالدروب شبينج فللأسف تفكيره كتير محدود وخطأ كيف يعني محمد؟ يعني هذا البزنس لازم أنت تنقله للنكست ليبل تنقله أنك أنت تبني العلامة التجارية الخاصة فيك تبني البراند تبعك محطوط اللوغو بالمونتجات تبعك وأنه عمل كوستمايز باكيجينج بينشحن بنفس البلد اللي أنت عم تبيع فيه مثال لنفرض أنت بكرة لقيت منتج طبعا هذا الشيء بيصير مع أغلب الناس اللي أساساً هم متخبطين ما نعرفين شو الدروب شبينج لأح أعطيك هذا السر اللي للأسف يمكن أن تسامع فيه ولكن أغلب الناس ما بتعرفوا بالدروب شبينج اللي هو أنه الناس اللي بتبدأ بالدروب شبينج خلاص بيباله أنه نحن بس نجيب منتجات ونشحن من عليكس بريس ونشحن من أي مكان ولكن هنا ما عندهم طموح لقدام أنه هنا يصيروا عندهم ستوك يشتروا هذا المنتج ويشحنوا لويرهوس حتى ما يكون تري بي إل شركة ثالثة هي بتشحن لك المنتجات فأنت زي ما كان هذا الحلم تبعك بالمستقبل أو حتى أنت تجيب لبلدك وتبيع كمان للأسف هتكون النتيجة تبعك هي أنك أنت حتضل على بالدروب شبينج وحتوق بعد فترة يصير المنتج تبعك من ورابح وينزل أنه في ناس تانيين عملوا براندينج لهذا المنتج وحظي أنت وتتفاجئ أنه بعد فترة قصيرة جدا بعد ما أنت بلش منتجك يبيع وبعد ما أنت بلش تطلع نتائج تبلش تتقل المبيعات لأنه صار في منافسين صار في عندهم كوستومايز باكيجين صار في عندهم براند كامل ومحضوط اللوغو على المنتجات يعني هنن بيتعاملوا معك آز براند بيشحنوا لك بيوم لثلتة أيام عمل فأكيد الشخص سيدفع أكثر هناك أكيد شيء طبعا أنت بوطل يكون عندك براند باسمك أكيد أنت ما هتخلي سعر المنتج 20 دولار مثل ما أنت تبيعه من قبل أكيد أنت هترفعه لـ 25 و 29 واحتمال 34 ليش؟ لأنك أول شيء أنت صرت ماركة تجارية معروفة في كتير ناس يشترون منك قبل هالمرة بالإضافة أنت سوقت مع ناس وفي كتير ناس مؤثرين أو تيك توكارز حكوا عن منتجك وبالإضافة أنك أنت حاط اللوغو تبعك عام Customize Packaging وعندك فترة شحن قصيرة جدا ما في حدا بيرفض هيك عرض ما في حدا بيدخل على متجر بيشوف كل هيئة احترافية فيه وبيرفض هذا المنتج وما يشتري فاللي بدي أمنك أنك أنت بدل ما تفكر حاليا أنت بدك تعيش اللايف ستايل تبع فلان وبدك تصير مثل فلان حاول أنك أنت تركز بشخصيتك أنت كيف بدك تطلع بالبرند تبعك بعدها أنا بالنسبة لألي كنت أقول لي محمد أوكي بعدما أنا بلش وأعمل هذا البرند وأعمل هاي الشرارات كل هذه وسعني عندي مبيعات أنت شو تنصحني نروح اشتري سيارة لا أنا كباب بنصحك نروح تعمل برند تاني لأنك أنت تعلمت هاي الطريقة كيف أنت فيك توصل فأنت هتوصل مرة تاني لبرند تاني بكل سهولة يعني إذا الفكرة أنه هذا البرند الأول أخذ منك سنة لحتى أنت توصل لعلامتك تجاري خاصة فيك البرند تاني هتقول معك بس شهرين ليش؟ لأنك أنت عارف تماما كيف فيك أنت تدير هذا البزنس بكل سهولة تمام؟ بعدها هذاك الوقت أنت حر وما أنت في عندك برندين باسمك في عندك منتجات تحوّط لنش ستور بكل المتجرين وصار حتي ما يكون عندك شركتين لكل برند في شركة فهذاك الوقت أنت انتقلت من الشخص حتي ما يكون عندك عمل أو أنت كنت موظف بتنتقل من الشخص موظف لرائد الأعمال تمام؟ هاي بكل بساطة بس أنت انتقلت لرائد الأعمال الحرية المالية صارت موجودة قدامك فأنت بكل بساطة فيك تتقرر وإنت تعيش تقرر أنت شو بدك تعمل الوقت كله لقلك حيصير عندك تيم حيصير عندك ناس يساعدوا ويصير عندك مرشدين بالنسبة لك يقول لك أوكي بتعمل هيك بتعمل هيك وهذا اللي أنا بدي وصل لك من خلال البرنامج اللي نحنا عاملينه وكمال فيك أنت بعد ما أنت تتطور شوي تطلع نتائج من هذا البزنس فيك ببساطة تتواصل مع طريق الدعم أو تتواصل معي على الإنستجرام لحتى فيك أنت تاخد منتور سواء كان ساعة فيك أنت تاخد ساعة وحدة وتالي محاول أنت صار معي هيك شو بدي أعمل هون شو بدي أعمل هون أو فيك أنت تاخد كوتشي كونسيلتين كامل لمدة شهر تفاصيل كل هذه موجودة بالدسكريبشن طبعا أنا عملت لك هذا الكورس لحتى أنت تبدأ لوحدك ولكن بمرحلة لسكيلينج أنت هون أكيد هتطلع من نتائج ولكن بالسكيلينج لازم في ناس حواليك لازم أنت تتطور بالبزنس تنقل درب شبنج من درب شبنج عادي لأنك أنت تتطور تشتغل مع تشتغل مع ناس محترفين تدفى هذا المشاكل اللي حتيجي بك لقدام فهون هذا الكورس بالنسبة لك هو هيكون البوصلة هاي البوصلة هتدلك على الطريق الصح ولكن حتى بالطريق الصح في مطبات تطلع وتنزل لحتى ما أنت تكمل أنا معا خوفك بالعكس أنا عم حمسك هذا الكلمة زي محمسك إذا رعبك هذا الكلام وحسنت لا محمد أنت بلشت أنا خاف من الدروب شبنج لأ معلاتها أنت في لسه المينسيت تبعك في أنت لازم تجعل تطور هذا المينسيت لأنه لازم أنت تعرف أنت للكشغل ما أنت عم تبيع منتج بيحل مشكلة فأنت لازم تكون كرائد عمال لازم أنت تتعلم حل المشاكل يعني كلما كان فيه مشاكل عندك لازم أنت تكون سعيد لأنك تتعرض لمواقف أكتر عم تعرف تحل بالمستقبل ستكون بكل سهول أن تخطي هذه الأشياء ببساطة فهلأ يا عزيزي اللي بديها منك أنك تسأل نفسك هذه الأسئلة وكمان تسأل نفسك هل يترى إذا أنا تعرضت لموقف إذا أنا بدأت بكرة متجري وبلشت أبحث عن المنتجات ولقيت منتج رابح وتبعت هذه الاستراتيجيات ولكن أكيد بما أنه هذا الفيديو يتابع شخص عشر أشخاص مئة شخص مئة ألف شخص احتمال الكل يمشوا بنفس الطريق أنا بدي أمنك أنه يكون عندك طريقتك أوكي أنا بتتبع الاستراتيجيز ولكن أنا بطريتي أنا لازم أنا أشغل الإبداع عندي يعني كيف أنا أشغل الإبداع عندي محمد يعني لازم يكون عندي بصمة خاصة ما في داعي أنا أروح طبق كل شي أوكي محمد سوى المتجر أسود أنا أعمل أسود محمد جاب الفيديو أصوم لازم أعمل هيك بالتسويق المؤثرين هو كتب هذه الرسالة المعينة لازم أخذه الرسالة هي نفسها ما غير عليها لا هذا كله غلط بدي أنت أوكي أنا شفت حمد ما أعمل تمام أنا صرت عارف هلأ أنه هذا الطريق إذا أنا مشيت فيه فيني أنا أعمل ولكن بالنسبة للي بتمنى لك كل النجاح وأنا واثق وعلى علم أنك أنت قادر طالما أنا قادر طالما شخص تاني قدر فمن السهل أنك أنت تقدر وشغلة مهمة أنا حعطيك بونس قبل ما أختم هذا الكورس بديك متلوم أبدا الظروف اللي أنت عايش فيها سواء أنت كنت ببلد فقيرة جدا أو بلد محزور أو حتى أنت كنت كنت فقير أو رأس المال عندك جدا قليل بديك أن تكون متعايش بالظرف الحالي اللي أنت عايش فيه ولكن أنت شايف حالك وشايف نفسك بعيد أنت وين حتوصل تمام بديك أنت أوكي أنا بهذا المكان أوكي أنا حاليا في كتير ظروف برا في كتير ظروف سلبية ولكن أنا محافظ على البلانس تبعي وأنا متوازن أوكي وأنا عارف شو بدي ما حخلي أي شي شوش على ذهني ما حخلي أي شي أبدا بالحياة إنه ما يخليني والصين الهدفي أنا عارف هدفي شايفه وعارف أنه أنا رح أوصل مو بيوم الأيام لأ لازم أنا أعمل خطة من اليوم بديك أنت تكون عندك خطة بهذا البزنس أنا قديش هطلع بالشهر لازم أنا يكون فيه تارجت معين لما أنت يكون فيه تارجت أنت ما حتنام اللي إلا حتى توصل لهذا التارجت وإذا أنت ما وصلت له رح تحول أنك أنت تعمل أي شي لحتى أن تتوصل بالشهر اللي بعده تمام لما أنا بحط تارجت لنفسي حتى لو كان التارجت كبير ولكن أنا لازم أعمل أحسن الشي عندي لحتى أن أوصل هذا التارجت لذلك أنا عم بقال لك لازم يكون فيه عندك الطريقة الإبداعية تبعك لازم أنت تتعلم كل يوم بالطريق أنت تتعلم كل يوم تمام لازم تتعلم بشكل يومي لحتى أنت تقدر توصل للهاتف الدكية بمينسيت قوية تمام إذا أنت شخص سلبي مشتكي تحط اللوم دائما على الظروف وعلى فلان وفلان فسدقني للأسف أنت حتاخد هون دور الضحية وأنا كشخص إذا بدي أخد دور الضحية عمري ما رح أوصل لي مكان بين الناس اللي ناشحين لأنه الشخص الضحية هو شخص مشتكي بشكل دائم شخص دائما بيحط الأعزار لكل شي حيبدأ بكرة حيبدأ بكرة وما هيجي بكرة وأساسا ما هيجي يوم الأيام إن هو يبدأ فاللي بدي أياه منك تسأل نفسك هاي الأسئلة ودقول هل أنا بالنسبة لي هل أنا قادر اليوم لأنه ندير هذا البزنس هل أنا جاهز إذا حسيت عندك كل هاي المقويمات طبعا رأس المال انتبه أنا كل اللي حكي اللي حكيت ولا جدت لك صيرت رأس المال وقال لك إذا كان رأس مالك قليل أو لا تبدأ أو لا بكل الأحوال لأنه هذا البزنس بكل بساطة فيك أنت تبدأ وبيقر رأس ما مثل ما شفت بالنسبة لحالدنا عملنا كل شي فور فري بس استخدمنا كيف نحن نلاقي منتج وبعدها أطلقنا هذا المتجر بواحد دولار وهذا المتجر طبعا تسكر حاليا مثل ما حكينا لأنه ببساطة هو كان بس للتحدي أنا عملت هذا التحدي فقط لغيره شد الأحزمة وتابع هذا الكورس مرة ومرتين ثلاثة لحتى تترسخ كل المعلومات بزهنك لأنك أنت هلأ أنت قالت من مرحلة المرتد إلى مرحلة الشخص المحترف تمام أنت صار عندك كل هاي المعلومات هاي المعلومات في ناس بتحلم أنه هي تأخذها أنت أخذتها هون بهاي القناة ببلاش وأنا سعيد جدا أنا الفضل لله بالبداية وأنا مهمتي أن أعطيك أنا ما عمل لك أنه أنا عملت لك هذا الكورس والتعاطف لا لا أنا مهمتي وواجبي أنه أعطيك هذا الكورس مجانا لحتى أنت يكون هو الدرجة الأولى بالنسبة ل الكورس كامل اللي أنت شايفه بأي بزنس بالعالم هو بحر أنا اللي أعطيتك هي هو يمكن يكون نقطة ببحر الدروب شيفينج ولكن هاي النقطة صدقني لكن هاي النقطة هي النقطة الأولى اللي حتوصلك للهدف ومشروع الدروب شيفينج واللي أكيد حينقلك من شخص موظف من شخص عاطل عن العمل لشخص عنده بزنس خاص فيه وشخص رائد أعمال بتمنى لك من قلبي للشباب والصبايل اللي عم يتابعوا هاي القناة شكرا للكم لأنكم تبعتوا هذا الفيديو أنا سعيد جدا أنه أنا وأخيرا قدرت أنه أنا أكمل هذا الفيديو وطلعوا بأحسن صورة وأنا راضي جدا عن النتاج اللي أنا عملتها وراضي عن المعلومات اللي أنا قدمتها شكرا للك بتمنى لك سنة مليئة جدا بالنجاحات سلام عليكم شكرا للمشاهدة